انتهت فترة الانتظار الطويلة بالنسبة لشعوب اوروبا زالت فترة التوتر والخوف والقلق تسارعت خطى الزمن في السنوات الاخيرة وسارت بالقارة فوق جولة من المشاعر عام 38 كانت بريطانيا تخشى الحرب وزعت كمامات الغاز واستدعت قوات الاحتياط فيما دفع هتلر بالقارة نحو حافة الصراع حيث طالب بضم الاقلية الالمانية في تشيكو سلوفاكيا الالمان السودية الى المانيا العظمى التقت الديمقراطيات البريطانية والفرنسية بالدكتاتوريات في ميونيخ في اول مؤتمر قمة حديث والنتيجة تسوية فرضت على الدولة التشيكية تمنح هتلر كل رغباته ابتهج سكان اوروبا بالاخبار معتقدين بانه اتفق على نظام جديد يضمن سلاما دائما مع التزام القوى العظمى باجراء المفاوضات بدل الحرب اعتقدت القارة بانه لم يعد لهتلر اية مطالب اخرى وانضمت اراضي السودية الى الرايخ اوهام النجاح هذه تحطمت خلال اشهر تقسمت بقية تشيكو سلوفاكيا الى عدة اجزاء قسمت فيما بين الدول المجاورة وفق تخطيطات المانيا الان ركز النازيون اطمعهم تجاه بولندا مطالبين باستعادة الاراضي الالمانية التي منحت البولنديين بعد الحرب العالمية الاولى هذه المطالب كانت تخفي اطمعا توسعية المانية تجاه الشرق لا نهاية لها انها نتاج الايدولوجية النازية المتعطشة للارض حيث استولت على اراضي الشعب سلوفاكي لم يكن هناك مجال للتسوية او التهدئة وعلى العكس من التشيكيين رفض البولنديون الرضوخ لمطالب هتلر وانضمت بريطانيا الى فرنسا في التحالف مع بولندا اخر عملية ربط للطرق التي تؤدي الى الحرب قام بها جوزيف ستالين تحالف القائد السوفيتي مع هتلر وهذه الصفقة تمنح هتلر مطلق الحرية في تدمير بولندا ويكافأ الشيوعيون بمنحهم نصف بولندا بدافع حدودهم نحو الغرب خلال بضعة اسابيع تمزقت الدولة البولندية ودمرت جزء منها ضم الى الرائخ الالماني والاجزاء الاخرى خضعت للاحتلال النازي او الشيوعي وقف الحلفاء عاجزين امام اجتياح الدولة التي وعدوا بنجدتها وقامت الجيوس الحديثة الالية المدرعة باكتساح الجنود البولنديين المشات والخيالة ثم لا شيء بعد عدة اسابيع من القتال الشرس خيم الهدوء ثانية على القارة الفترة التي اعقبت دمار بولندا خلال خمسة اسابيع فقط كانت ملتهبة وسميت بالحرب الزائفة الحرب التي لم تجري حقيقة اطلق هذا التعبير في الولايات المتحدة تحدث البريطانيون عن حرب البور وحرب الشفاق الفرنسيون اسموها بلادرول دوغير وفي المانيا لقبوها بالستسي كريك اكدت فرنسا وبريطانيا الديمقراطيتان على قرارهما بالتخلي عن سياسة التهدية واحترام التزامهما بنجدة بولندا لكنهما فعلتا القليل لمساعدة بولندا باية وسيلة مادية مما قد يؤدي الى مساعدة البولنديين بشكل غير مباشر بلفت انظار هتلر رؤية قائد القوات الفرنسية جاملان للحرب كانت في الدفاع عن فرنسا ورد اي عدوان الماني انتشرت هذه العقلية بين افراد الجيش الفرنسي لم تجد هناك محاولات المدفعية الفرنسية الثقيلة لقصف البلدان الصناعية الالمانية التي كانت ضمن المدى كانت هناك هجمات صغيرة داخل المانيا وعندما وصل الفرنسيون الى خط زيكفريد والذي كان تحصينات المانية موازية لخط ماجينل توقفوا هذا الجمود والانتظار السلبي احبط معنويات وارادة الجيش الفرنسي احبط معنويات الاف الجنود الاحتياط الذين استدعوا من حياتهم المدنيين اظهرت بريطانيا هي الاخرى ترددا في مواجهة هتلر بريطانيا خاصة كانت تخشى الغارات الجوية رفض اقتراح سلاح الجو الملكي باحراق الغابة السوداء في المانيا حيث حضر قصف مصانع الاسلحة الالمانية لاعتباره اعتداء على ممتلكات خاصة كان هناك اقتراح لتشيرتشيل بتلغيم الانهار الالمانية الشرايين المهمة لاقتصاد الرايخ لكن رفض البريطانيون والفرنسيون ذلك خشية عمليات انتقامية مماثلة لم يقتل اول جندي بريطاني قبل ديسمبر عام تسعة وثلاثين روح التصميم والعزم التي اكتسحت الدول الديمقراطية عندما اندلعت الحرب بدأت تخبو تدريجيا تلاشت الرغبة في مقاومة هجوم فجائي متوقع وتحولت الى الضجر عمليات التعتيم وحصص الطعام واجلاء الاطفال بعيدا عن منازلهم واغلاق اماكن الترفيه اصبحت كلها ازعاجات قوانين الطوارئ العديدة التي صدرت في الاشهر الاولى من الحرب فرضت قيودا وتدخلات في حياة الناس اليومية بحيث اصبحت بلا فائدة او جدوى لم تكن سلبية الحلفاء هي فقط التي خلفت الحرب الزائفة ولم يستعجل الالمان تصعيد وطيرة الحرب ارادوا استيعاب محتلوه في بولندا بعض الجنرالات الالمان اعتقدوا بان الجيش لم يستعد للحرب بعد املوا كالفرنسيين والبريطانيين بتلاشي الحرب والتوصل الى تسوية سلمية اذا لم يزعج احد الجانبين الاخر ربما يكون هناك سبب اخر للحرب المزيفة وهو حقيقة ان التقصى خلال ذلك شتاء كان قاسيا للغاية موسيقى كانت الحرب تبدو حقيقة فوق المحيطات فقط ولم تكن زائفة كانت استراتيجية البحرية الالمانية في مهاجمة سفن العدو استخدام الغارات الجوية وقواربيو في اخر اسابيع فترة السلم تسللت اعداد هائلة من السفن من الموانئ الالمانية واختفت في المحيط الشاسع اطلق اصول قواربيو في البحر واتخذ اماكنه في المحيط الاطلسي مع اندلاع الحرب بدأت الهجمات السريعة على السفن التجارية والصدامات بين القوات البحرية كان مرسى سكابا فلو في جزيرة اوركيني البريطانية في عقص الشمال يستخدمه الاصول البريطاني محاولا اغلاق بحر الشمال ليلة الثالث عشر من اكتوبر دخل قاربيو الماني المرسى واطلقت تربيدات على السفينة الحربية البريطانية رويا لوك والتي غرقت وقتل فيها ثمانمائة وثلاثة وثلاثون بحارا بريطانيا في هذه الحرب اصبحت قواربيو وحاملات طائرات السلاح المسيطرة في الحرب البحرية لكن المواجهات الاولى كانت بين السفن على السطح بنت المانيا اصولا من السفن الكبيرة والمصممة للرحلات الطويلة في المحيطات لاغراق وتدمير السفن التجارية احدى هذه السفن الحربية هي الادميرال غراف سبي اغرقت سفن الحلفاء في المحيط الهندي وقبال تشاطي امريكا الجنوبية واشتبكت في معركة ضد القوات البريطانية وتفوقت عليها مشاكل المحركات اجبرت غراف سبي على الالتجاه الى ميناء مونتي فيديو لجأت البحرية البريطانية الى استخدام اشارات مزيفة ليقناع الالمان بوجود اصول بريطانى ضخم يحتشد فوق الافق اختار الالمان اغراق غراف سبي قدمت المواجهة الى الشعب البريطانى بكونها انتصارا مظفرا اشتركوا في القناة موسيقى كانت السفينة غراف سبي اصرت العديد من البريطانى ونقلتهم الى سفينة التزويد اولت مارك التي حشدت قبالة شواطئ النرويج والتجات الى المياه النرويجية المحايدة اقتحم فريق من سلاح البحرية البريطانى اولت مارك حيث خرق البريطانى حيادية النرويج وانقذوا السجنة موسيقى تعلمت بريطانى بعض الدروس من الحرب العالمية الاولى وارسلت قوافل السفن لمواجهة هجمات الغواصات اخذة في الحسبان كل ما يلزم للمساندة ولكون تشيرتشل اول لوردن ادميرال بريطانى مسؤول عن البحرية البريطانى فقد اظهر طبيعته المتوحشة اصر على ان الاجراءات الدفاعية لم تكن كافية وطالب بارسال دوريات بحث وتدمير ضد الغواصات كان ذلك مخالفا للنصائح التي قدمت له واثبتت بانها طريقة سيئة للتعامل مع الغواصات رفضت تشيرتشل النصائح الادميرالات النتيجة كانت غرق حاملة الطائرات البريطانى وتعريض حاملة اخرى للتدمير كانت الحرب تجري على اليابسة في اوروبا في غابات فنلندا الصراع العالمى والذى اصبح الحرب العالمى الثانى كان بطرق عدة عددا من الحروب الصغيرة التي اندلعت في نفس الوقت وتصعدت معا احد هذه الصراعات كان يجري بين فنلندا والاتحاد السوفيتي القتال الذي اندلع نهاية نوفمبر عام تسعة وثلاثين نتج عن الحلف النازى السوفيتي والذى طالب السالم فيه بان تصبح فنلندا جزءا من السيطرة الروسية بدى القتال بعد ان رفضت فنلندا مطالب السالم بان تنتقل جبهتهم المشتركة الى فنلندا وان تمنح الجزر الفنلندية الى الاتحاد السوفيتي كان الروس يخشون الغزو وارادوا دفع حدودهم ابعد باتجاه الغرب كما فعلوا مع بولندا كان السال المساعدا للوصول الى تسوية لكن الفنلنديين رأوا في الاتحاد السوفيتي عدوا شرسا واعتقدوا بان اية تنازلات ستزيد المطالب السوفيتية هاجمت القوات الروسية فنلندا على امتداد الحدود قام الاتحاد السوفيتي بعملية غزو كاملة لفنلندا قيل للجنود الروس بان العمال الفنلنديين سيرحبون بهم لانهم سيحررونهم من الرأس مالية كان الجيش الفنلندي صغيرا ومجهزا بشكل سيء في المجالات كافة لكن قواته كانت مدربة تدريبا مكثفا مدربا على القتال في الغابات الكثيفة في الصيف وفي اعماق الثلوج الشتوية والاكثر من ذلك ان الجنود الفنلنديين كانوا مشحونين بالوطنية كان الروس يتفوقون بالعدد على الفنلنديين باكثر من 150% وقد تخيلوا تقدما سهلا لكن الفنلنديين السوعب الهجمات المتكررة بالاضافة الى ان تفوق القوات الجوية الروسية كان بلا فائدة بسبب ايام الشتاء القطبي والطقس السيء بدت الدبابات الروسية عاجزة امام الاسلحة البسيطة المبتدعة قنابل المولوتوف وهي زجاجات مليئة بالبنزين والغاز تلقى على محركات الدبابات وتشعل فيها النيران كانت التكتيكات الروسية متخلفة مما ادى الى فصل الدبابات عن المدفعية كانت المدرعات الروسية تطارد وتدمر بين الغابات بالمدفعية الفنلندية المحمولة على الزلاجات حاول الروس اجتياح الفنلنديين بتفوقهم العددي استخدموا الهجمات البشرية المكثفة كانت النتيجة ابادة الجنود بالمدافع الرشاشة طوال فترة الحرب الفنلندية وخلال المراحل الاولى من القتال مع المانيا النازية فيما بعد قسم ظهر القوات الروسية بسبب تعرض قيادتها العليا للمذابح في عمليات التطير التي قام بها السالم دمر الدكتاتور الشيوعي قيادة جيوشه بسبب عقدة الخوف من المؤامرات والخطط الانقلابية ما لا يمكن تصديقه هو ان القوات الروسية لم تمتلك المهارات ولا ملابس تمويه بيضاء للبقاء في الشتاء وتجمدوا حتى الموت لعدم وجود ملابس شتوية موسيقى 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 لجأت فنلندا الى عصبة الامم وفي اخر تدخل رئيسي لها في الشؤون الدولية اثبتت عصبة الامم عجزها في منع وقوع الحرب طرد الاتحاد السوفيتي من عصبة الامم وتم حث الدول الاعضاء لمساندة فنلندا وبمساندة المانيا للاتحاد السوفيتي فان اية مساعدة يقدمها العالم لفنلندا وجب مرورها عبر النرويج لذا كانت تلك الطريق طريق السلاحف وكان على الفنلنديين القتال دون مساعدة مع انتهاء عام تسعة وثلاثين وقدوم عام اربعين تحول الفنلنديون الى الهجوم المعاكس وفازوا في انتصارات مذهلة على السوفيت واستسلمت كتائب مدفعية شوعية كاملة واستولي على اعداد هائلة من الاسلحة الثقيلة والجهد ضد الروس انتصارات الفنلنديين اجبرت الروس على الجلوس على طاولة المفاوضات وجعلت الفنلنديين يعتقدون ايضا بامكانية النصر الكامل وقادهم ذلك الى الضغط على الاتحاد السوفيتي هذه النجاحات التكتيكية كانت اوهاما من الناحية الاستراتيجية حيث سحقت فنلندا على المدى الطويل بسبب ثقل حجم قوات جارتها الروسية خطط بريطانيا وفرنسا لنجدة فنلندا كانت مجرد تشجيع انزاف وعلى ارض الواقع هدفت الخطط للسيلاء على مخزون الحديد الخام للسويد المحايدة وادرك الفنلنديون بان ذلك لم يكن عرضا جديا ينفذه البريطانيون والفرنسيون حقا في هذه الاثناء ومع سمرار المفاوضات اعاد الجيش الروسي تنظيم صفوفه ونفذ هجمات اقوى لم يتحمل الجيش الفنلندي المزيد وتهاوى في النهاية في بداية مارس عام 40 وقع الفنلنديون على هدنة مع السوفيتي في موسكو كان بامكان الاتحاد السوفيتي الحصول على انتصار شامل واحتلال فنلندا باكملها وتنصيب حكومة شيوعية تابعة لكنهم لم يفعلوا احتلوا بعض الاراضي اكثر مما طالبوا في البداية لكنهم ابقوا على المؤسسات الديمقراطية الفنلندية ومعظم اراضيها سليمة ربما بسبب ان الاتحاد السوفيتي تحاشى الدخول في حرب مع بريطاني وفرنسا للحصول على حرية التفاوض على اوروبا الجديدة في قتاله مع فنلندا خسر الاتحاد السوفيتي مئتا الف رجل مقابل خمسة وعشرين الف فنلندي خسر الجيش الاحمر مصداقيته وتجاهل العالم انتصاره النهائي موسيقى هذه الحرب دفعت فنلندا والتي كانت دولة ديمقراطية وحليفا طبيعيا لفرنسا وبريطانيا الى احضان هتلر وبمجرد التوقيع السلام بين روسيا وفنلندا تقدم النازيون سرا نحو فنلندا حيث رأت المانيا بان فنلندا كانت حليفة في الصراع النهائي القادم الحرب المصيرية لتدمير الاتحاد السوفيتي زودت المانيا فنلندا حدث بالمعدات الحديثة واعاد الفنلنديون بناء جيش حديث وخططوا للانتقام من روسيا جيوش عام تسعة وثلاثين التي اخذت مكانها في شمال فرنسا شكلت طريقة لخوض الحرب العلاقة بين القوات المسلحة والمجتمع ما زالت بعيدة حتى اليوم القوات البريطانية التي نقلت ببط ووحدة وحدة عبر القنال الى حقول شمال فرنسا جاءت باسم قوة البعثة البريطانية انطلقت تحت نفس التسمية التي عرفت فيها في الحرب العالمية الاولى كانت تشبه جيش عام ثمانية عشر في اكثر من التسمية في الشكل والعقلية في الفلسفة في الاطار العقلي لكبار الضباط كانت حربا مميزة لتحقيق الفوز عام ثمانية عشر حقائق التاريخ العسكري تعد الجيوش المظفرة لحربها القادمة بتوقع تكرار التاريخ لنفسه احدى العمليات الاولى التي قام بها الجيش هي بناء الخنادق المواقع الدفاعية والتي سيطرت على القتال قبل عشرين عاما موسيقى موسيقى كانت قوة البعثة البريطانية حديثة كانت قوات موسيقى وكان الجنود يتنقلون على الشاحنات وليس سيرا على الاقدام اما مدفعيتها الثقيلة فكانت الية ولم تكن تجر بالخيول لكن قوة البعثة البريطانية لم تكن قوة هجومية بامكانها نقل الحرب الى المانيا كانت قوتها موزعة لم تكن متمركزة فى وحدات مدرعة متخصصة مثل الجيش الالمانى فى بولندا كانت تنقصها وسائل الاتصال الكافية وكانت تدريبها قليلا وسلاحها الجوي ضعيفا لا يستطيع تقديم اى دعم للجيش موسيقى 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 طوال الشتاء حفرت قوة البعثة البريطانية الخنادق وبدأت بالتدريبات وانتظرت ما سيحدث موسيقى فى ربيع عام اربعين تم تدعم قوة البعثة البريطانية بوحدات ارضية جنود احتياط بدوام جزعى بدأت اعدادها تقترب من اربعمائة الف جندي لكن نصفهم كان عمالا لديهم خبرة عسكرية قليلة ولم تكن معداتهم كافية موسيقى التزمت قوة البعثة البريطانية بالنمط التقليدي والذى تتوقعه بريطانيا من جنودها كان الجيش البريطانى صغيرا ويمارس دور الشرطى فى بلدات حضارتها اقل تطورا من الناحية الفنية ضمن الامبراطورية البريطانية وكان بامكان عدد صغير من الجنود باسلحتهم المتطورة السيطرة على اعداد كبيرة من السكان الجنود الذين كانوا يشكلون هذا الجيش كانوا محترفين كانت الجندية مهنة لهم اكثر منها واجبا وطنيا كانت الدبابات احدى الاختراعات المذهلة فى الحرب العالمية الاولى كانت تطورت من التركتورات الزراعية كعربات مدرعة لعبور مستنقعات الاراضي تحت وابل نيران المدافع الرشاشة والتي جعلت الهجمات التقليدية بالحراب والخيال والسيوف معارك تشهد العديد من القتلى لعبت الدبابات دورا مهما فى الانتصارات البريطانية عام ثمانية عشر ولكن فى خضم المعارك فان قراءة قدرات اى سلاح تحتاج قفزة فى الخيال كانت فى غاية الصعوبة بسبب انتصار الحلفاء كانت قوة البعثة البريطانية جيشا تقليديا اضاف فقط الدبابات للتشكيلات العادية التفكير الذى وجه قوة البعثة البريطانية كان نتاج جدل حد بين الحروب حول ما يمكن ان تفعله الدبابة اما الذين كانوا الى جانب التشكيلات المدرعة كما كانت تفعل المانيا تعرض للهزيمة لذا كانت قوة البعثة البريطانية جيشا كان المشات يحاربون فيه على الاقدام وكانت تجر المدافع الى ساحة القتال وتركز للقصف المدفعى وكان سلاح الفرسان يستخدم عربات بدروع خفيفة تقوم بدور الفرسان او الخيالة فى مطاردة المشات المهزمين كانت الدبابات مربوطة بالمشا لتتيح للجنود عبور الاراضي المحرمة كان الجيش البريطاني صغيرا ومحترفا تقليديا وكان لدى فرنسا علاقة مختلفة بين الجندي والدولة انها الصورة التقليدية للمواطن الذي يحمل سلاحة والتي تعود الى ايام الثورة الفرنسية وبكونها قوة اوروبية دولية لها حدود متاخمة لجيران عدوانيين فقد احتفظت فرنسا دوما بجيش كبير يعتمد على التجنيد الاجبارى والخدمة الوطنية والواجب تجاه الدولة مرة اخرى عام تسعة وثلاثين استدعى الجيش وتم حشد الاحتياط كانت قوة هائلة من ثلاثة ملايين جندي اصطفوا الى جانب الجيش البريطانى ولجمع هذا الجيش الهائل كان على فرنسا الاعتماد على اجيال الشباب الذين يقضون فترة الخدمة الالزامية ارتدى معظم جنود الاحتياط هؤلاء البزات العسكرية بعد تدريبات لسنة واحدة فقط مقارنة مع عشر او خمس سنوات في السابق من ناحية التفكير العسكري فشل الفرنسيون في تعلم الدروس من الحرب العالمية الاولى كالبريطانيين كانت اعداد الدبابات الفرنسية تزيد عن ثلاثة الاف نفس عدد تلك التي في الجيش الالمانى وكانت نوعيتها الفنية عالية لكنها كانت مصممة لمرافقة المشاه وليس للعمل كقوة ضاربة مستقلة كان الجيش مدربا تدريبا فقيرا لم تكن فرنسا تستطيع تحمل الكلفة الاقتصادية لتزويد هذه القوة الهائلة بوسائل نقل آلية كان يجر موظم المدافع الفرنسية بالخيول كان المشات يمشون على الاقدام نحو ساحة القتال كانت الاوامر تنقل بالرسل وليس بالراديو او الهواتف لكن الامة التي انطلقت نحو الحرب كانت وافقة من النصر الاستطلاع العام للمواطنين الذين ارتدوا البزات العسكرية اظهر بان كان 75% من الفرنسيين ايدوا عملا عسكريا ضد هتلر بسبب بولندا كان الجنرالات يشددون دوما على الحاجة لاهداف مركزة في هذا المجال كان ينقص الجيش الفرنسي الحافز هدفه الوحيد كان المقاومة اعتقد الجيش الفرنسي بان درس الحرب العالمية الاولى كان بان الدفاع هو الذي يسيطر في المعارك وبان الاستحكامات في الخنادق بامكانها الدفاع ضد الكتاب كان ذلك الدرس القاسي الذي تعلمته فرنسا في الجبهة الغربية بالنسبة للجنود الفرنسيين الذين دافعوا عن الحدود الغربية لبلادهم كانت اللحظة الحاسمة في تاريخ الحرب العالمية الاولى معركة فيردان وهي حصون على الجبهة الغربية والتي تم الدفاع عنها حتى الموت وحدثت مئات الالاف من الاصابات على كل الجانبين رأى الفرنسيون الطريق للنصر عام تسعة وثلاثين بجعل بلادهم باكملها فيردان حصونا جديدة ضد الالمان الذين سيبادرون بالهجوم هجمات تتحطم على الجدران المحصنة بحيث تتعرض القوة الالمانية للدمار هذه التكتيكات ادت الى انشاء خط مجنل مجموعة رائعة من الدفاعات موسيقى في ربيع عام اربعين ارسل الجيش البريطاني وايضا الجنود الى هذه الحصون كانت التحصينات التي حفرها الجنود البريطانيون وحصنوها بسرعة محاولات لمد خط مجنل تجاه البحر العامل الاقتصادي جعل الخط ينتهي عند الحدود البلجيكية موسيقى كانت بريطانيا وفرنسا مراكز الامبراطوريات العالمية وغالبا ما كان الجنود الذين جندوا للحرب من تلك الامبراطوريات كان الجنود الهنود يشاهدون في حقول فرنسا كجزء من الجيش البريطاني وجندت فرنسا العديد من جنودها في افريقيا بعض القوات التي كانت تحشد ضد المانيا كانت بولنديين قطعوا رحلة طويلة حيث هربوا عبر هنجاريا وبولغاريا وتركيا والشرق الاوسط ليلتحقوا مرة اخرى بالحلفاء الفرنسيين والبريطانيين موسيقى احدى المهمات المحددة خلال الحرب بالزاعفة كانت الغارات التي شنها سلاح الجو البريطاني والفرنسي ضد المانيا كانت غارات منشورات في الاشهر الاولى من الحرب اعتقدت بريطانيا خاصة بانه ما زال يمكن اقناع بريطانيا بالاستماع الى لغة المنطق والتفاوض على السلام ولياشهر ان القى السلاح الجوي البريطاني المنشورات فوق المانيا الغربية يثير فيها قضية منطقية وعقلانية ضد الاطموع النازية في اوروبا ويبدو بان ذلك لم يؤثر على الرأي العام العالمي في الرأي الثالث الفائدة الوحيدة للغارات كانت تدريب الطيارات على الطيران فوق المانيا ليلا لم يسع سلاح الجو الالماني او البريطاني او الفرنسي للدخول في معارك خلال الحرب الزائفة كانت الهجمات تنفذ على الملاحة بالاضافة الى عمليات الاستطلاع التصويرية اذا بدت الاحداث في البحار البعيدة والسلام في ساحات القتال الاوروبية بعيدا وغير متصل بتجارب السكان اليومية خلال الحرب الزائفة فقد بدت الاحداث البعيدة في اسيا كذلك ايضا ربما فكر القليل من الاوروبيين بالحرب الشرسة التي كانت تجري في الصين من قبل جيش الامبراطورية اليابانية لم يتخيل الا اناس قليلون بان الحرب في اسيا مرتبطة بالقتال في اوروبا كانت اليابان تقاتل لتحتل وتسيطر على المصادر الطبيعية لدولة الصين الشاسعة لكنها كانت ضعيفة وفي حالة فوضى كانت اليابان تسعى لاحتلال مكان القوى الاوروبية بكونها السيدة للسامارية في اسيا عملت المستعمرات الاوروبية مثل هونج كونج على تقوية دفاعاتها خوفا من انتشار الحرب عبر الصين تلك الحرب نفسها كانت شبكة معقدة من الحروب شبكة من الصراعات داخل الصراعات كانت الصين تحارب اليابان ولكن تلك الحرب كانت حرب دولتين ضد اليابان القوميون الحكومة الرسمية للصين والشيوعيون الحكومة البديلة وضمن هذه الحرب واصل القوميون والشيوعيون حربهم الاهلية قادت اليابان استراتيجية تمد الحرب الى العدو باكمله ضد المدنيين والجنود سلسلة من الحملات الوحشية من الجو والارض عملت على ذبح المدنيين الابرياء وذلك لدب الرعب في نفوس السكان الصينيين موسيقى في السابع من مارس عام اربعين اكملت الباخرة الملكة اليزابيث اكبر باخرة ركاب في العالم رحلتها الاولى ورست قبالة شاطئ نيويورك كانت الباخرة عبرت المحيط الاطلسية بسرعة قصوى وسرية بلا مرافقة حيث اعتمدت على سرعتها العالية لتتمكن من الهرب من اية هجمات محتملة من قبل الغواصات الالمانية ارسلت الى نيويورك لاكمال تجهيزها والهرب من هجمات الغارات الجوية حجم الباخرة الهائل وسرعتها العالية جعلها سلاحا حربيا فعالا كسفينة حربية اخرى حيث كانت تنقل مصادر الحرب بكميات هائلة وخلال السنوات التي تلت ذلك قامت هي وشقيقتها الملك ماري برحلات عديدة عبر المحيط على سرعات عالية كانتا دوما وحيدتين ودوما في رحلات سرية في ابريل عام اربعين اختفت الحرب الزائفة وتحولت الى حرب حقيقية شنت المانيا هجوما على الدولة الاسكندنافية المحايدة النرويج رأى هتلر النرويج كجناح شمالي ضعيف كان ميناء او نارفيك في اقصى شمال النرويج المنفذ لدخول الحديد الخام السويدي الضروري للمجهود الحربي الالماني خلال الحرب الروسية الفنلندية خططت فرنسا وبريطانيا للاستيلاء على الميناء وحرمان المانيا من الملاحة فيه بحجة مساعدتهم الفنلنديين في حربهم ضد روسيا وتم تخلي عن هذه الخطة بعد انهيار الفنلنديين امام السوفيت كان هناك اعتقاد في جهود الحرب الالمانية بانها لم تعتمد على التجارة العالمية المصادر الطبيعية التي لم تمتلكها المانيا كالمطاط والزيت وجدت بدائل مماثلة لها بالتقنية المتطورة حيث كان بالامكان استخراجهما من الفحم احدى المواد القليلة التي احتاجتها بريطانيا لصناعة الاسلحة كانت المواد الخامة لصناعة افضل نوعية من الفولاذ كان يجب الحصول على هذه المواد من الدول الاسكندنافية من السويد المحايدة ولكن عبر النرويج المحايدة ايضا حرب المصادر البريطانية اعتمدت على التجارة الحرة في المحيط الاطلسي كانت الملاحة تتعرض لهجوم مكثف واصبحت معارك الاطلسي بين سلاحي البحرية صراعا حاسما في الحرب بالنسبة لسلاح البحرية الالماني كانت مشكلة تنفيذ الحرب البحرية هي الحصول على منفذ الى البحار المفتوحة كان الشاطور الالماني قصيرا ويمكن للبريطانيين السيطرة عليه سبق لسلاح البحرية الالماني ان انتشر في البحار قبل اندلاع الحرب والان مع توسع الصراع فان المصدر الرئيس لسلاح البحرية الالماني يكمن في الحصول على المزيد من السواحل والتي يمكن اطلاق هجمات الغواصات والسفن منها قدم شاطو النروج بمخارجه العميقة سلسلة خلجان وقواعد للالمان بحيث مكنهم من تهديد الملاحة التجارية وتفادي الهجمات المعاكسة لسلاح البحرية البريطاني كانت النروج والسويد تسيران على حبل الحياد وفي حرب اعتمدت على المواد التي يتم الحصول عليها بالتبادل التجاري الدولي فانه يصعب البقاء في حياد واحترام الحياد واذا كانت المانيا خرقت حيادية النروج فقد فعلت ذلك بريطانيا وفرنسا ايضا وبينما شنت الهجمات على النروج تحول النازيون ضد الدينمارك بقيت الدينمارك محايدة في جميع الشؤون الاوروبية منذ عام الف وثمانمائة وخمسة عشر وقبلتها القوى كافة بكونها الساحة الخلفية لالمانيا كانت الدينمارك مسالمة سياسيا وكانت ضعيفة عسكريا عام اربعين كان جيشها اربعة عشر الف جندي وسلاح البحرية خمس سفن فقط وسلاح الجو خمسين طائرة بدى غزو الدينمارك في الساعة الرابع والربع من صباح يوم التاسع من ابريل استسلمت الحكومة الدينماركية خلال ساعة وخمس واربعين دقيقة فقط لقد هجمت الدينمارك لانها كانت عائقا بريا في الطريق الى الهجوم على النرويج جميع الدول التي وقعت تحت الاحتلال في الحرب كان عليها اختيار كيفية التعامل مع المحتل اختارت الدينمارك طريق عدم المقاومة ونتيجة للاستسلام احتفظت الحكومة بتولي ادارة شهون الدينمارك الداخلية الثمن كان ما اسماه البعض بالتعاون لكنها كانت سياسة حظيت بالدعم بالانتخابات بالنسبة للشعب الدينماركي كانت تلك وصفة للبقاء كانت النرويج تأمل في البقاء محايدة مع انها بالمقارنة مع الدينمارك كانت تمتلك جيشا اقوى وكانت هناك مقاومة اقوى ضد النازيين كان هناك حزب النازي النرويجي وعين الالمان زعيمه فيدكون جوزلينج رئيسا للنرويج المحتلة اصبح اسمه مرادفا للخيانة والتعاون حيث حاول فرض نظام نازي على بلاده ومع غزو الالمان شن جنودهم الهجوم وتزودت الطائرات والسفن بالوقود والاسلحة كانوا شاركون في عملية خطط لها بعناية للاستيلاء على المصادر لمواصلة الحرب التاريخ يخفي عنا حالة ارتباك الطرفين عام اربعين اذا كان هناك درس في التاريخ العسكري فانه في الطريقة التي لا تسير فيها العمليات المخطط لها بعناية وفق الخطة لقد حصل ارتباك كبير في القتال الذي جرى في النرويج مع ابحار القوات الالمانية من الشاطئ واجهت القوات البريطانية وتعرضت لعملية هجوم كبيرة كانت هناك ضغوطات مكثفة في بريطانيا لانهاء الحرب الزائفة للقيام بعمل شيء ما قررت فرنسا وبريطانيا بدون علم المانيا وضع الغام في المياه الساحلية النرويجية الهدف اجبار الملاحة الالمانية على الخروج من المياه المحايدة النرويجية الى البحر المفتوح ليصبحوا ضحية للمدمرات والغواصات البريطانية انطلقت سفينتان لزرع الالغام وسط الضباب وبسرعة قررت بريطانيا تغيير الخطة واحتلال النرويج كانت خطة اعدت واديرت بشكل سيء ومن البداية للنهاية صارت العملية في جو من الاضطراب بدأت العملية بشكل سيء وانطلقت الوحدات من السفن ثم صدرت اليها الاوامر للعودة للسفن تاركة خلفها المدفعية الثقيلة عملية برمائية خطت لها الادميرالات والجنرالات الذين حافظوا على استقلاليتهم من خلال السفر على سفن منفصلة كان القتال يجري بين الجبال النرويجية شبه القطبية لكن المشات البريطانيين دخلوا في قتال ضد قوات المانية خاصة محمولة ارسلت هذه القوات بدون وحدات مضادة للطائرات بحيث تعرضت لهجمات الطائرات الالمانية المستمرة رغم بعض الهجمات القوية التي نفذتها البحرية البريطانية عندما دمرت المدمرات البريطانية قوة كبيرة من السفن الالمانية تماما تعرضت القوات البريطانية مجهزة تجهيزا سيئا للهجمات الجوية وبدأت بالتراجع امام القوات الجبلية بقيادة بعض افضل الجنرالات الالمان بعد اسبوعين من القتال فقط اصبح الالمان يسيطرون كلية على جنوب النرويج فيما شرع البريطانيون والالمان بعملية اخلاء يائسة بواسطة البحر موسيقى موسيقى المبادرة لهذه العملية جاءت من تشيرتشيل واظهرت عادة تشيرتشيل في اقتراح مغامرات استراتيجية طائشة باسوأ صورة لها انها عادة تسببت في سقوطه قبل ذلك في الحرب العالمية الاولى كانت هناك مغامرة مشابهة في جاليبولي في تركيا تسببت في مقتل الاف الجنود البريطانيين وحيث ان العديد من اولئك الجنود كانوا من السوراليا ونيوزيلندا فقد هدد ذلك الامبراطورية البريطانية اكثر الخوف من تكرار ما حدث في جاليبولي ساهم في فشل حملة النرويج المزيج من المفاجأة القصوى التي تمكن الالمان من اعدادها والتنظيم السيء للقوات البريطانية والفرنسية كان يعني بان هناك مصيرا سيئا اخر كان ينتظر تشيرتشيل موسيقى وبدلا من ذلك فان الاحداث في النرويج عملت على رفع شان تشيرتشيل في السلطة كما ان الكارثة التي كادت ان تؤدي الى سقوط هتلر رفعت من شانه واثبتت بان هناك شيئا اسمه القدر الخط الزمني للحرب هو نسيج معقد من الاحداث من الاسباب والنتائج ممزوجة معا وفي مكان اخر من اوروبا اتخذت الحرب منحا اخر كانت هناك صورة ترسم على قماش ذي حجم اكبر حيث بدأ الاحتلال الالماني لفرنسا والدول المنحفظة لكنه في بريطانيا ظل تأثير حلقة الاسباب والنتائج الذي انتشر نتيجة حملة المانيا يلعب دورا كانت الحكومة تحت قيادة نيفلت شامبرلين حظيت شامبرلين على مكانة غير محظوظة في التاريخ كونه المهندس الرئيسية لسياسة الاسرداء وارتبط اسمه للابد باتفاقية ميونيخ والتي نتج عنها احتلال تشيكو سلوفاكيا والنقص بالوعود وخيانة الثقة لقد مثلت شامبرلين فقطارا الجميع تقريبا في بريطانيا وحليفتها فرنسا كانت غلطة شامبرلين انه صدق كلمات هتلر لقد عزز من سقوطه في عيني التاريخ بسلسلة خطابات درامية اثبتت الاحداث خطائها وافقدت هذا الرجل مصداقيته لدى عودته من اجتماعا مع هتلر في ميونيخ وقع ديكتاتور على اتفاقية مبهمة تنص على عدم الدخول في حرب ضد بريطانيا لوحد شامبرلين بورقة واحدة فقط ووعد قائلا سلام في زمننا كانت شامبرلين رجل مبادئ وقد دمره اندلاع الحرب حيث رأى ذلك فشلا في حياته السياسية طبيعة الحرب الزائفة كانت نتاجا لتمسك شامبرلين بخيار السلام حتى في تلك المرحلة المتاخرة وخلال قيادة شامبرلين لبريطانيا لم تسقط قنبلة واحدة على ارض المانية بعد ستة اشهر من الحرب الزائفة في السادس من ابريل وفيما كان الالمان يتقدمون لاحتلال النروج علقت شامبرلين خطابا حيث قال عبارته المشهورة لقد فاتت الحافلة هتلر حيث تنبأت شامبرلين بالنصر قائلا بان هتلر اخفق في القيام بعمله فيما كانت بريطانيا وفرنسا تستعدان للحرب مرة اخرى ساخرت الاحداث من كلمات شامبرلين عندما اصبحت الحرب حقيقية تمت الدعوة لاجراء نقاش في مجلس العموم البريطاني لبحث حملة النروج ظل المجلس منعقدا ليومين في جلسة متواصلة ووقف عضو تلو الاخر لتوجيه النقد الى تشامبرلين جاء ابطال الحرب القدامى الى المجلس في بزاتهم العسكرية وعوسمتهم واتخذوا موقف الادانة قام اليو امري اقدم الاعضاء من حزب المحافظين الذي يتبع له تشامبرلين واقتبس كلمات من اوليفار كرومويل التي قالها في المجلس قبل مئتي سنة مشيرا الى تشامبرلين لقد جلست مدة اطول من اي عمل جيد قمت به غادر اقول لك دعنا ننتهي منك بحق الاله امضي تبع ذلك عملية تصويت تخلى حزب تشامبرلين عنه وانخفضت الاصوات المؤيدة للحكومة من مئتي صوت الى واحد وثمانين النتيجة صاقة تشامبرلين غادر المجلس والاصوات تتعالى امضي امضي في ارجاء القاع لم يتخلت شامبرلين في الحقيقة عن السلطة بسهولة طلب من الاحزاب خاصة حزب المعارضة الانضمام الى حكومة تحالف قائد حزب العمال اتلي رفض قائلا بان حزب العمال سيخدم فقط تحت قيادة رئيس وزراء اخر عقدت شامبرلين اجتماعا مع الملك جورج السادس والشارتشيل ومعظم الوزراء الكبار اللورد هاليفاكس وزير خارجية بريطانيا كان هاليفاكس اختيار اولئك في الحكومة لكي يخلف تشامبرلين طلب الملك من هاليفاكس تشكيل حكومة لكنه رفض على غير طبعه حققت شارتشيل طموحات حياته ببقائه صامتا اختيرت شارتشيل لانه كان معارضا لسياسة الاسترضاء والتهديع كان الوحيد من بين السياسيين خارج المؤسسة المركزية للسياسة البريطانية الذي يمتلك ترسانة من النشاطات الاستراتيجية والسياسية وموهبة قوية في لعبة الحرب وقد علق فيما بعد على توليه الحكومة قائلا اعتقدت بانني كنت اعرف الكثير حيال كل شيء كنت متأكدا بانني لن افشل بعد ان اصبح رئيس وزراء بريطانيا اعتبرت شارتشيل نفسه يقوم بانجاز مصير شخصي كان ارتقاء شارتشيل الى السلطة اخر فصول مسرحية الاحداث التي بدأت في الدول الاسكندنافية احد اعمال تشارتشيل الى الاولى لدى توليه الحكومة كانت في اظهار نشاطه اللامحدود بعد ان استمع الى نصيحة ضباط سلاح الجو منع ارسال المزيد من الوحدات الى فرنسا وتوصل الى انها ستقاتل في قضية خاسرة كانت لهذه الطائرات مكانة في معركة اخرى معركة بريطانيا القادمة كانت شارتشيل قائدا طبيعيا مخططا استراتيجيا لكنه في تلك الايام الاوائل لم يستطع تاثير على الاحداث كان التاريخ يحوم حول بريطانيا حول قائدها وشعبها التاريخ الذي كان يغمر الفرنسيين حلفاء البريطانيين تحت انهيار الحرب الجليدية في الحلقة القادمة من الحرب العالمية الثانية التاريخ الكامل شعب اوروبا يحن لسنوات الحرب الزائفة حيث ان جميع الامال بالانتصار جميع التوقعات كلها تلاشت خلال اسابيع حيث ان نجاح الالمان في بولندا تكرر بشكل اكبر في حرب جديدة خاطفة للدروع تم اجتياح خط ماجينل ووقع الجيشان الفرنسي والبريطاني في مصيادة المانية سهلة حصروا وظهورهم الى البحر اجلي الجنود البريطانيون بقوارب صغيرة وفي معجزة معركة دانكارك انقذ الجيش ليحارب من جديد اتجه الالمان جنوبا وقام بتدمير فرنسا القوة المسيطرة القديمة في اوروبا تعرضت للهزيمة خلال اسابيع وذاق الذل لاستسلام من قبل المانيا المنتقمة وتتهاوى فرنسا الضعيفة والمهزومة في جحيم الاحتلال وخزي التعاون مع العدو تقف بريطانيا الان في احرج اوقاتها وحيدة ضعيفة يفصلها عشرون ميلا من الماء فقط عن العدو النازي يعاني شعب بريطانيا من الرعب والخوف الذي تحملته القوى الاوروبية الاخرى الخوف من الاحتلال والغزو كان الغزو والهجوم متوقعين وتم اللجوه الى وسائل دفاعية يائسة هتلر يهرض السلام مرة اخرى رد تشيرتشيل كانت تحدي الصرف القتال على الشواطئ القتال على الشوارع عدم الاستسلام ابدا اشتركوا في القناة انه العام ثمانية وثلاثون خطوات التاريخ تتسارع القارة الاوروبية تسير باتجاه الحرب مع ازدياد حدة التوتر انتهت الحرب العالمية الاولى قبل عشرين عاما الحرب التي اندلعت لانهاء كل الحروب كانت نتيجة للتوترات العميقة بين امم القارة الامة الجديدة في اوروبا المانيا الاكثر قوة والاكثر سكانا والاقوى صناعيا احتلت لها مكانة كقوة عظمى القوى العظمى القديمة فرنسا وروسيا وبريطانيا رفضت القادم الجديد الرفض والمنافسات تحولت الى حرب رهيبة حزنت اوروبا على خسارة جيل كامل من الشباب الافضل والاشجع عندما وضعت الحرب اوزارها لم تنتهي بشكل واضح بشكل نهائى او حاسم بل انتهت بطريقة تعني بان حربا كبرى ستعود الى اوروبا قريبا المانيا تعاني من الهزيمة ومع هذا تظل الاقوى والاكبر في كل اوروبا كانت المانيا تؤمن بان جيشها لم يتعرض للهزيمة لم يشاهد الشعب الالماني بلاده تتعرض للغزو لم تتعرض مدنهم وبلداتهم وقراهم وريفهم للدمار عاد الجنود الالمان الى بلادهم بنظام وليس كجيش مهزوم وبرزت الصورة الطعن من الخلف الخيانة من قبل الاعداء داخل المانيا معاهدة فرسايل السلام لم تكن تسوية سلمية بل عاقبت المانيا باقتطاع اراض منها عقبتها بالتعويضات بمبالغ طائلة من المال تدفع كتعويض للحرب لاعادة بناء فرنسا تدفع لسداد ديون الدول الاوروبية من حليفتهم امريكا عقبت المانيا بتدمير القوات المسلحة فخر الامة كان على الجيش الالماني ان يتقلص ليصبح جزءا مما كان عليه قبل الحرب ويحرم من معظم الاسلحة الحديثة لم تعمل التسوية على تدمير المانيا كمصدر للتهديد كمنافس بل زادت من احقاد المانيا خارطة اوروبا الجديدة اوجدت مجموعة من الدول الضعيفة على الحدود الالمانية دول كان على المانيا تصفية حساباتها معها ابقت معاهدة فرسايل حية في اذهان جميع الالماني في المانيا التي استاءت من التاريخ في المانيا التي ظلت تعاني من الازمات الاقتصادية واحدة تلو الاخرى برزت حركة وقائد عبرا عن هذه الاستياءات ووعدا بالعمل حركة وعدت بعملية انقاذ قائد وعد بالاصلاح وباحياء المصير الالماني موسيقى تولى هتلر والنازية السلطة عبر التركيبة الديمقراطية الالمانية ثم قام بالغاء هذه الحريات نفسها انطلقت المانيا بشكل منظم لتدمير تسوية الحرب العالمية الاولى والتركيبة الاوروبية التي صاغتها وفي ارجاء القارة وفي ارجاء العالم كافة تسارع تدفق الاحداث بدأت اليابان تتوجه نحو الحكم العسكري والذي يعتمد على الاعتقاد بالتفوق العرقي الياباني في الحقيقة بدأت الحرب عام سبعة وثلاثين بهجوم اليابان الوحشي والغاشمي على الصين موسيقى عادت الحرب الى اوروبا حيث مزقت الحرب الاهلية البلاد وقامت الفاشية والشوعية بسكب الوقود على نيران الحرب فيما بقيت ديمقراطيون على الحياد موسيقى القوة الفاشية الثانية في اوروبا ايطاليا دخلت في حرب الغزوات واحتلت الحبشة الدولة الافريقية المستقلة الدرس الذي وجه للعالم ان العنف هو الوسيلة للوصول الى الغاية وبانه لا يمكن معارضته الغاهتلر معاهدة فرساي واعاد تسليح الامة الالمانية ووجه انظاره العدوانية والجائعة نحو جيرانه الضعاف توحدت المانيا مع النمسا حركة جعلت المانيا اكثر قوة موسيقى مزقت الديمقراطيات تراجعت امريكا خلف المحيطات فى عزلتها قامت فرنسا بالدفاع عن نفسها ببناء خط ماجينال ليكون درعا ضد العدوان لكن خشيت من تجديد الحرب لم ترغب بريطانيا فى الحرب ورأت بان مطالب هتلر كانت عادلة موسيقى سعت الدول الديمقراطية الى حل المشكلة الالمانية دون اللجوء الى الحرب عن طريق استخدام الدبلوماسية والمفاوضات والتسويات العادلة الكلمة التى استعملها التاريخ فى تلك الفترة كانت التهدئة فى خريف عام 38 حول هتلر انظاره باتجاه تشيكو سلوفاكيا تمت الدعوة لعقد مؤتمر قمة للدول فى المانيا ميونخ بعد الاتحاد مع النمسا ادركت اوروبا باكملها بان شيئا اخر سيحدث وادركت ايضا بان تشيكو سلوفاكيا هي الشيء الاخر فى اكتوبر عام 38 اجتمع قادة الدول العظمى فى اوروبا فى مدينة ميونخ الالمانية فى اول مؤتمر قمة حديث لم يكن اجتماعا دبلوماسيا يُعقد فى القصور سافر القادة الى اجتماع عقد امام كاميرات الاخبار العالمية تحت انظار العامة وكان يدلون بتصريحات لوسائل الاعلام عندما ساعود ساجد لدي الامكانية لاقول ان مآسي الحرب القاتمة انتهت وان الخطر قد زال شكرا لكم ستنموا الوردة بسلام اجتمعوا لحل مشكلة تشيكو سلوفاكيا كانت تشيكو سلوفاكيا دولة ديمقراطية دولة حليفة لفرنسا كانت شوكة فى حلق هتلر حيث كانت من الناحية الجغرافية تخترق الرايخ ومن الناحية السياسية تتحدى افكار ومعتقدات نازية كانت تشيكو سلوفاكيا دولة معزولة وكانت المانيا تفصلها عن حليفتها فرنسا كانت محاططا بدول غير صديقة واذا ما فشل مؤتمر القمة اذا ما اختار هتلر والنازية التحرك ضد تشيكو سلوفاكيا فلن يكون هناك حل وسط امام فرنسا وبريطانيا لن تفيد العقوبات او تزويد الاسلحة خماية تشيكو سلوفاكيا من العدوان النازى تتطلب حربا شاملة فى اوروبا موسيقى الامة التي وضع مصيرها على الطاولة فى ميونخ كانت تمتلك جيشا حديثا لكنها لم تكن دولة قوية سياسيا لم تكن تشيكو سلوفاكيا دولة للتشيكيين كان هذا المجتمع الديمقراطى الحديث يحوي اقليات سلوفاكية وهنجارية واقليات المانية الالمان السوديتن ثلاثة ملايين من الاقلية القوية يعيشون فى المناطق المتاخمة لالمانيا الاتحاد مع النمسا الهب حماس هؤلاء الناس اصبحوا فى حالة هيجان حركهم نداء التاريخ والمصير والدم تخلى مواطنون نمسا عن الديمقراطى مقابل القومية صار المان تشيكو سلوفاكيا فى نفس الاتجاه لم يعمل هتلر على اثارة مشاعر القومية لدى المان تشيكو سلوفاكيا بل انها المشاعر والرغبة الموجودتان اصلا بالطبع سعى هتلر لتحدي مواطنيه الالمان ورغب ايضا فى تصفية الامة تشيكية كونها حليفة لفرنسا وكذلك اضعاف الاقتصاد الصناعى تشيكو سلوفاكى الحديثة الى المانيا لدى اجتماع القادة كان لكل طرف اهدافه المختلفة اراد كل من هتلر والرئيس تشيكى بنش حلا للمشاكل كافة لم يرغب هتلر او بنش بتقديم اية تنازلات ادركت تشيكيون بان اية تنازلات للاقلية الالمانية تؤدي الى بروز المطالبات من الاقليات الاخرى اراد هتلر نجاحا كاملا اراد الفرنسيون والبريطانيون ابداء بعض التنازلات لم يرغبوا في اللجوء الى اخطار الحرب والاذلال اثناء المفاوضات اعتقد البريطانيون بقيادة تشامبرلين بان الالمانا السودية اقلية مهضومة الحقوق من قبل تشيكيين كانت فرنسا تقيم حلفا مع تشيكو سلوفاكيا حلفا اقامه الفرنسيون لصالح فرنسا لتهديب المانيا بحرب على جبهتين الان ادركوا عجزهم عن مساعدة حليفتهم لكنهم احتاجوا يا اسين تجنب الاذلال الناتج عن نكثهم بوعودهم للشيكيين قالت تشامبرلين بتردد اذا ما قررت المانيا تدمير تشيكو سلوفاكيا حقا لا ارى كيف يمكن منع ذلك لم يكن هدف بريطانيا وفرنسا في ميونيخ كبح جماح المانيا او معارضة اطمع هتلر بل لجعل تشيكيين يقدمون التنازلات التي تحول دون اندلاع حرب اوروبية كبرى عرضت تشيكيون اية تنازلات باسرار وفي ربيع عام تسعة وثلاثين قاموا بحشد كافة جوشهم على الحدود الالمانية مرعبين بذلك فرنسا وبريطانيا خلال صيف عام ثمانية وثلاثين التقت القوى العظمى في اوروبا حول بعضها في محاولة منها لتخمين النوايا اعتقد بنش بان تصعيد الامر قد يجبر فرنسا وبريطانيا على التلويح بالحرب وبذا يقود هتلر الى التراجع اما هتلر والذي ادرك بان فرنسا وبريطانيا كانتا مترددتين في دخول الحرب فقد اصر على مطالبه كان يرفض التسويات كافة متاهما التشيك بمحاولات تطهيرهم العرقي ضد الالمان التشيك وبان الالمان السودات سيكونون امنين عندما يصبحون جزءا من المانيا كانت شامبرلين متأكدا من نوايا هتلر الطيبة عندما قطع وعدا بانه ليس لديه مطالبات اخرى في تشيكو سلوفاكيا سوى تحديد الالمان السودات ترأست القضية مؤتمر القمة الذي عقد في ميونيخ في 29 سبتمبر لم يقدم هتلر اية مطالب في هذا الاجتماع بل انتظر رؤية الاقتراحات التي ستقدم العرض الانجلو فرنسي الذي قدم لهتلر كان كل شيء طالب به وهو ضم اراضي سودات كانت شامبرلين يؤمن بان ضم اراضي الالمان السودات كان العمل الصحيح وقد صدق هتلر عندما قال بانه لا يرغب في حكم تشيكيين قيل للشيكيين بانهم اذا لم يقبلوا فانهم سيكونون مسؤولين عن الحرب وان لا يتوقعوا اية مساعدة وهكذا وقعت شيك واصبحت اراضي سودات جزءا من الرايخ الالماني بعد سنوات من انتهاء الحرب وفيما كان الرئيس بنش ينظر الى براغ كونها احدى المدن التي بقيت سليمة طوال الحرب قال اليست جميلة المدينة الوحيدة في اوروبا الوسطى التي لم تدمر وكل ذلك بفضلي يعتبر مؤتمر ميونيخ في التاريخ مؤتمر سياسة الاسترضاء وقد جعل هذه الكلمة مرادفة للخيانة ولكن مع انحيازنا لحكم التاريخ هل كنا سنختار الحرب ام هل كنا سنرى كما رأى تشامبرلين المبادئ والعدالة جنبا الى جنب مع التسرع ربما لا تكون الكلمات التي تذكر من خلالها ازمة ميونيخ هي التي اتفق عليها فيما يخص تيكو سلوفاكيا عندما عملت الاتفاقية طالبت شامبرلين بعقد اجتماع اخر مع هتلر حيث قدم الى هتلر مسودة الاتفاقية لقد اتفقنا على ان اسلوب التشاور سيكون الاسلوب الذي سيتم تبنيه لمعالجة اية اسئلة اخرى قد تهم بلدينا اننا مصممان على مواصلة جهودنا لازالة مصادر الاختلاف المحتملة وبذلك ضمان سلام اوروبا وقع هتلر بكل سعادة وحماس كانت تلك الورقة هي التي لوح بها تشامبرلين بكل فخر للجماهير في لندن وقال بهذه المناسبة هذه هي المرة الثانية التي نحصل فيها من المانيا على سلام مشرف اعتقد بانه سلام لزماننا لو ان القادة الفرنسيين والبريطانيين عمدوا لخيانة تشيكيين لو صدقوا اكاذيب هتلر ستكون خيانة تلقى ترحيبا كانت مجموعة اكاذيب صدقها الشعبان البريطاني والفرنسي ابتهج الناس في شوارع لندن وباريس لدى سماعهم ان الحرب لن تعود الى اوروبا وفي ارض سوديت خرجت الجماهير بكل حماس للترحيب بقوات الاحتلال التابعة للرايخ الثالث اعتقدت الدول الديمقراطية بان ميونخ هي فيرساي الجديدة حدث تاريخي يعمل على تأسيس نظام جديد في اوروبا للامن والسلام عبر القارة كانت تسوية عملت على قتل معاهدة فيرساي للابد ازالت التوتر وسوء الثقة والاستيام وسبدلت النظام السابق بنظام اوروبي جديد تديره المانيا ويعتمد على العدالة والنزاهة لكن الاحداث التي اعقبت ذلك جعلتنا ندرك بان المسألة كانت احتيالا كانت الاحداث في ميونخ تكملة لاحداث بدأت في الماضي تخلى الفرنسيون عن بنود اتفاقية فيرساي بدون قتال لم يخشى الفرنسيون الهزيمة العسكرية لثقتهم بخط ماجينل لكنهم لم يروا جدوى دخول حرب على قضايا ثانوية فتخلوا عن حليفتهم عندما هددت بالتسبب في الحرب لم تكن امريكا متواجدة في ميونخ وفي السنوات اللاحقة سعدت بعدم مشاركتها في تلك المسألة وادانت الدول الديمقراطية الاخرى الدرس الذي تعلمه الامريكيون عندما ساءت الامور في ميونخ هو ان عليهم الابتعاد اكثر عن شؤون العالم لكن كلمات روزفيلت حول الاتفاقية التي عقدها تشامبرلين كانت بسيطة رجل جيد لا يجدي تساؤلنا ماذا لو وضعت امريكا ثقالها لقضية الديمقراطية في ميونخ اقتنع الروس بعدم الثقة بفرنسا وبريطانيا لكونهما حليفتين ضد النازية وبان على روسيا ان تسعى للتوصل الى تفاهم مع هتلر كانت بريطانيا تعمل بناء على موقف اخلاقي كان موقفها يقول لالمانيا حق اخلاقي في اراضي الالمان السودات رأوا بان اوروبا التي شكلتها اتفاقية ميونخ اكثر امنا واستقرارا وبعد ان تحطمت سلطة الحكومة تشيكية جراء انتقال اراضي سودات تقوضت الدولة تشيكو سلوفاكية وانهارت خرجت الاقلية سلوفاكية بمطالبها بالاستقلال قام النازيون بدعم ورعاية سلوفاك اقترحت الحكومة تشيكية في براغ احتلال سلوفاكيا بواسطة الجيش الا ان هتلر اعترف باستقلال سلوفاكيا تعرضت الدولة تشيكية للدمار قام هتلر باستدعاء الرئيس هاتشا خلاف بنش وعمره بالتوقيع الاستقلال بوهيميا وهي ما تبقى من الاراضي تشيكية وقد اصبحت في الخامس عشر من مارس تحظى بالحماية العلمانية لم ترى الحكومة البريطانية في الاحتلال الالماني البراغ خرقا للنظام الجديد الذي تقرر في ميونيخ ومع ادخال الجنود الالمان النظام النازي الى تشيك قالت الحكومة البريطانية بان الاحداث اثبتت بان دولة تشيك كانت ضعيفة متصدعة جراء القوميات وستكون اوروبا اكثر امانا دونها مع تبدل الاحداث واتخاذ التاريخ منحا جديدا بدأ الراي العام العالمي بالتفاخر وفي ردة فعل للابتهاج باتفاقية ميونيخ موقف البريطانيين في الشوارع فقد تغيرت اراء الناس لا يمكن الثقة بهتلر ثانية انقلبت بريطانيا ضد سياسة التهدئة وطالبت بمعارضة هتلر واذا ما بحثنا عن نمط معين تحليل عقلاني لما حدث في الثلاثينيات نرى بان اطماع هتلر كلها تركزت في الشرق وليس في الغرب لقد فقدت المانيا اراضي لصالح فرنسا في الغرب الالزاس واللورين ولكن لم تكن هناك ضجة لاستعادة هذه الاراضي في الجنوب كان هناك المان يعيشون في ايطاليا ولم يطالب بعودة هذه الاراضي وبعودة الالمان الجنوبيين الى الوطن الام جميع الاطماع والطموحات كانت موجهة نحو الشرق الى النمسا وتشيكوسلوفاكيا امن هتلر بان التوسع باتجاه الشرق هو قدر الشعب الالماني كانت نظرة النازية للعالم تتمثل في عالم مستقبلي يعتمد على الزراعة وترى الاراضي الارية الالمانية تتوسع وتمتد شرق نحو مساحة حية انتشار المانيا يعني طرد شعوب اخرى رأى هتلر بان هذا التوسع سيكون باتجاه الشرق نحو روسيا واوكرانيا اندما اكمل الجنود الالمان ضمت شيكوسلوفاكيا في الخامس عشر من مارس عام ثمانية وثلاثين سرعان ما طالبت دبلوماسيون الالمان ببولندا وبعودة مدينة دانزينج الى المانيا وان تمنح المانيا طريقا وسكة حديدية تربطها بشرق بروسيا اي معبرا المانيا عبر الممر البولندي كانت دانزينج مدينة المانية كان هذا الممر ارضا المانية يقطنها المان منحت للدولة البولندية الجديدة نهاية الحرب العالمية الاولى رفض البولنديون مطالب الالمان اقامت الحكومة البريطانية حلفا مع بولندا في الحال تجنبت بريطانيا سابقا قطع وعود رسمية والتزامات ضد النازيين الزمت تحالف البريطانيين وحدد الخيارات المفتوحة امام الحكومة البريطانية اقامت فرنسا تحالفا لتهديد المانيا لكنها وجدت نفسها معرضة للخطر اقامت بريطانيا التحالف كاشارة انذار الى هتلر كان ذلك تبدلا تاما للسياسة البريطانية الخارجية منذ الحرب العالمية الاولى ولكن ما نوع الدولة التي اقامت بريطانيا معها تحالفا مثل فرنسا الاراضي التي تم احتلالها من قبل بولندا كانت مناطق مقسمة بين النمسا وروسيا وشهدت قتالا عليها لم تكن حكومة بولندا حكومة ديمقراطية مثل فرنسا وبريطانيا كان الجيش يسيطر على الحكومة البولندية الحزب الحاكم حركة التطهير حاولت سيطرة على اشكال الحياة كافة في بولندا كانت بولندا دولة عدوانية تجاوزت حدود قوتها ورفضت التفكير في اية تسوية كانت رأس الحكومة البولندية اشخاص لديهم نفس الشهية للخداع غامروا لاخافة الاعداء كما فعل هتلر كانت الحرب العالمية تكملة للاعمال المتبقية من الحرب العالمية الاولى معظم هذه الاعمال التي لم تنتهي كانت بين المانيا واعدائها السابقين وبين المانيا والدول الصغيرة في الشرق كانت هناك حسابات تصفية بين بولندا وروسيا او لنقل الاتحاد السوفيتي لم ترسم الحدود الشرقية بين روسيا وبولندا ورسمت اخيرا بعد سلسلة من المواجهات المسلحة التي وقعت بداية العشرينيات واذا كان الاراضي السوفيتية بكل حسد بدأ جو العدوان بالتصاعد في ارجاء اوروبا في ربيعي عام تسعة وثلاثين احتلت ايطاليا البانيا كان مسلين يسعى دوما لمنافسة هتلر كانت الدوافع التي تحركه دوما هي الحسد من المانيا وكذلك رفضه لما كان يسميه هيمنة القوة الفاشية في اوروبا وشن هجوما على جيرانه عبر البحر الادرياتيكي كان انتصار الايطاليين سهلا كانت البانيا والتي يبلغ تعدادها مليون نسمة اكثر بداية في اوروبا من الناحية السياسية كان يحكمها نظام اقطاعي وقد سقطت البلاد خلال بضعة ايام وبدون قتال تقريبا وتم ضمها لتصبح اراضي ايطالية واصبح ملك ايطاليا ملكا على البانيا كان هدف مسلين استخدام البانيا لتكون جسرا في الطريق لاحتلال دول البلقان واوروبا الجنوبية لتمكين ايطاليا من السيطرة على البحر المتوسط وفي محاولة لانهاء الحرب التي تقوم بها المانيا على بولندا اعترفت بريطانيا وفرنسا بهذا الاحتلال وقبلت به في الطريق الى الحرب خلال اشهر السلم الاخيرة ازداد اهتمام الاتحاد السوفيتي بهذه الحرب رغم بقائه بعيدا عن الشؤون الاوروبية طوال ذلك العقد اذا كان هتلر المحرك الرئيس للحرب والذي بدأ بالاحداث التي اجبرت القارة على الدخول في الصراع فقد كان السالم هو الرجل الذي فتح الباب امام هتلر ليسير نحو الحرب وفي الصراع على الممر البولندي ومدينة دانزينج بدأت اطمع هتلر وغزواته تتعارض مع مصالح السالم والاتحاد السوفيتي راءت فرنسا وبريطانيا ان الاتحاد السوفيتي هو المفتاح الذي يغيق هتلر عن شن الحرب ادرك رئيس الوزراء البريطاني ورئيس الوزراء الفرنسي بانه اذا مختار هتلر القتال في بولندا فان تحالفهما مع بولندا لن يجدي نفعا كانت بولندا معزولة كتشيكو سلوفاكيا لم يكن بامكانهم تحريك قوات نحو الاراضي البولندية كان بامكانهم التلويح بالحرب فقط من الغرب وقد يلعب هتلر ثانية لعبة الجرأة مع فرنسا وبريطانيا حيث يتحداهما في الدخول في حرب اوروبية عامة لانقاذ دولة بعيدة لا تستطيع الدولتان مساعدتها لا تستطيع بريطانيا وفرنسا مساعدة بولندا بشكل مباشر وتجنب الحرب بذلك لكن بولندا كانت ترى الروس سيئين ان لم يكنوا اسوأ من هتلر ورفضت دخول القوات السوفيتية لاراضيها كان البولنديون يؤمنون انه اذا دخل الجيش الاحمر لبولندا لن يغادرها ابدا ولم يكن هناك اغراء او حافز تقدمه فرنسا وبريطانيا غالبا ما يستخدم التاريخ لغة المغامرين في وصف افعال القادة كان ذلك صحيحا في حالة هتلر ومع فائدة التاريخ فان من الصعب علينا ان نتذكر بان جميع قادة القوى العظمى عام تسعة وثلاثين كانت لديهم فكرة قليلة عما يفكر به كل منهم لم يستطيع التفريق بين الدعاية والحقيقة طوال صيف عام تسعة وثلاثين كان هتلر مشغولا بالمفاوضات مع السالن لم تكن المفاوضات على اي شيء ولا تسير في اي اتجاه لم يكونا مستعدين للافصاح عن مبتغاهما ولم يثق كلاهما بالاخر كانا يدركان بانهما يمثلان نظامين متناقضين لا يمكن لهم التواجد معا بسلام بعدها غامر هتلر كشف عن اطماعه في مهاجمة البولنديين وعرض على السال نصف بولندا وقبل السال بالعرض كان السال مهوسا بالارض ورأى في توسع حدوده نحو الغرب تسوية لحسابات قديمة وكذلك تأمينا ضد الغزو تم التوقيع على اتفاق عدم الاعتداء بين وزير الخارجية الالماني روبين تروب ونظيره الروسي مولوتوف في الثاني والعشرين من اغسطس صدمت هذه الاخبار العالم وتعرضت الاستراتيجيات البريطانية والفرنسية للانهيار لم يعرف احد بالبنود السرية للحلف ومن ضمنها انه عند وقوع الحرب بين بولندا والمانيا سيهاجم الاتحاد السوفيتي من الشرق ويستولي على نصف بولندا الشرقي كانت بولندا تعيش في ثقة مزيفة حيث لم تعرف عن الاتفاقية الجديدة اعتقدت ان بريطانيا وفرنسا ستهاجمان من الغرب وتجبران هتلر على توزيع قواته في الحقيقة عندما اندلعت الحرب لم يفعل الفرنسيون شيئا جلسوا خلف خط ماجينال ينفذون الهجمات الصغيرة ويحشدون القوات ببطء اما البريطانيون فكانوا ينظمون حركة جيوشهم عبر البحر موسيقى غامر هتلر على ان فرنسا لن تتحرك في الوقت المناسب ونقل قواته من الغرب وحشد الجنود على الجبهة البولندية خطط لحملة سريعة جدا بحيث لم تستطع فرنسا وبريطانيا الا مراقبة بولندا تتعرض للدمار كان الجيش البولندي اقل عددا وعدا وكان سلاح الفرسان البولندي يستخدم الخيول لم يكن لديهم دبابات كان على طائراتهم القديمة مواجهة طائرات لوفت فافا الحديثة في الحادي وثلاثين من اغسطس قامت بولندا بمهاجمة المانيا في الحقيقة ان جنود الاساس الالمان شاركوا في هذا الهجوم موسيقى موسيقى مع نهاية اليوم التالى كان سلاح الجو البولندي قد دمر والجيش الالماني يتوغل في بولندا في الثالث من سبتمبر طالبت بريطانيا وفرنسا بانسحاب المانيا من بولندا واندلعت الحرب اصدر رئيس الوزراء البريطاني بيانا عبر فيه عن خيبة امله لفشله في منع عودة الحرب الى اوروبا اتحدث اليكم من مجلس الوزراء من عشر داونينج ستيت هذا الصباح السفير البريطاني في برلين ابلغنا بان السلطات الالمانية قد انذرتنا حتى الساعة الحادي عشرة بان نجيبهم على ضرورة وقوفنا على الحياد في حربهم مع بولندا اود ابلاغكم اننا لم نتلقى اي معلومات وعلي فانني اعلن من هنا ان هذا البلد في حرب مع المانيا مع المانا موسيقى الهجوم على بولندا شاهد استخدام الالمان الاول للحملة المفاجئة الكاسحة حرب جديدة تستخدم ارتالا مسلحة تتحرق بسرعة مع دعم جوي منسق عبر وحول القوات البولندية البطيات والقديمة حوصر الجيش البولندي بسرعة وعزل كانت هناك اسطورة حرب حول مهاجمة سلاح الفرسان البولندي للدبابات لكن النظريات العسكرية في اغلب الدول ومنها بريطانيا وفرنسا امنت بان الفرسان كانوا يستطيعون دحر الدروع تجاهلت بريطانيا وفرنسا الدروس البولندية ترجمة نانسي قنقر بحلول السادس من اكتوبر كانت جميع القوات البولندية مخاصرة المثير ان روسيا انتظرت انتصار المانيا ثم تحركت اخيرا في السابع عشر من سبتمبر عام سبعة عشر كان الانتصار الالماني مذهلا خلال اقل من شهر وبخسارة تقل عن اربعة عشر الف قتيل هزم البولنديون وبدت فرنسا وبريطانيا عاجزتين في امريكا حث الرئيس روزفيلت مجلس الشيوخ على الغاء الحظر على تزويد الاسلحة لكن هذا كان محصورا بالدفع نقدا كان يجب دفع ثمن الاسلحة بالعملة الصعبة ولا يمكن نقله بالاسلحة الامريكية كان الراي العام الامريكي ضد النازية وكان ينظر نظرة شك وريب نحو الاطمع اليابانية في المحيط الهادئ لكنه في نفس الوقت كان ضد الحرب مشاعر الامريكيين العاديين انعكست في اغلبية الامريكيين في الحياة العامة كانت شارلز لندنبيرغ طيارا وبطلا قوميا ومعارضا لتدخل امريكا في الحرب الاوروبية كانت امريكا تأمل في تمكن فرنسا وبريطانيا من احتواء النازية بطريقة ما وبانه يمكن التوصل الى تسوية مع اليابان وفي خضم الاحداث التي بدات منذ قرار هتلر بشن الهجوم كانت هناك رسالة من البريط اينشتاين الى فرانكلين روزفيلد كان اينشتاين اشهر عالم في عصره وهو الماني يهودي ولاجئ هارب من النازية كان الوحيد الذي بامكانه الكتابة مباشرة الى الرئيس وكان يؤخذ مأخذ الجد حذر اينشتاين روزفيلد من خطط المانيا لاستخدام اليورانيوم عسكريا اي في استخدام الطاقة النووية المكتشفة حديثا حذر من انه بعد احتلال المانيا لتشيكو سلوفاكيا حصلت المانيا على منجم غني باليورانيوم ادت هذه الرسالة ثمارها بعد ذلك بخمس سنوات فوق مدينتي هيروشيما ونجزاكي بقيت ايطاليا حليفة المانيا بعيدة عن الحرب بقيت محايدة في مارس عام تسعة وثلاثين كانت المانيا واليابان قد دخلتا في حلف الرسمي والذي دعاه موسوليني بالحلف الفولاذي نص الحلف على مساعدة كل دولة للدولة التي تتعرض الى الهجوم ومنح ايطاليا مطلق اليد في توجيه السراتيجية في البحر المتوسط ومع تدوين الحلف على الورق وقعت ايطاليا على المفهوم الشفوي بان الحرب لم تبدأ قبل عام ثلاثة واربعين فقد اغفل التاريخ بان العلاقة بين ايطاليا والمانيا قبل الحرب لم تكن قوية كان موسوليني يمقط هتلر اعتقد الالمان بوجود اطمعا استعمارية لدى الايطاليين كان هتلر يأمل في اندلاع حرب بين ايطاليا وفرنسا فقط تضعف فرنسا كان البريطانيون والفرنسيون يأملون في التفريق بين المانيا وايطاليا كان النظامان الدكتاتوريان مختلفين على الاتحاد الالماني مع النمسا لو سعى موسوليني للتحالف مع بريطانيا وفرنسا لقبلتا بذلك كان هتلر وموسوليني يقدران بعضهما لكن ذلك الامر لم يشارك هما به القادة العسكريون والبحريون ولا الايطاليون والالمان العاديون كانت مصالح ايطاليا الاستراتيجية تكمن في التوسع والسيطرة على البحر المتوسط الارض الحية الايطالية والذي كان موسوليني يشير لي بمير نوستروم بحرنا جاءت الحرب فجأة تسارع الاحداث فاجأ قادة العالم لم تكن اية دولة على كل الجانبين مستعدة للقتال عام تسعة وثلاثين وفوجئت جميعها بالحرب عملت المانيا في خطة طويلة الامد كان هتلر تولى السلطة عام ثلاثة وثلاثين كان يخطط لعشر سنوات قبل اكمال اعادة التسليح وقبل السيعاب النمسا وتشيكو سلوفاكيا لم تكن ايطاليا مستعدة للحرب ورأت في الحلف الفولاذي ضمانا لخمس سنوات من السلم مع اعلان فرنسا وبريطانيا الحرب انتشر القتال عبر العالم كان البلدان مركزا لامبراطوريات دولية استدعت بريطانيا الجنود من السوراليا والنوزيلندا وكندا وجنوب افريقيا وكلها دول ذات حكم ذاتي واعضاء في الاسرة البريطانية اعلنت هذه الدول الحرب على المانيا بلا تردد مع بريطانيا ومن مستعمرات الامبراطورية استدعت بريطانيا الجنود من الهند وافريقيا والبحر الكاريبي اما القوات الفرنسية فاستوعبت الجنود من افريقيا والهند الصينية وكان الفيتناميون من اشرس جنود فرنسا اول اسبوعا في الحرب شاهد هجوما فرنسيا في الغرب لكن تاثيره كان محدودا توغل بعض الجنود الفرنسيين لثمانية كيلومترات داخل المانيا بحيث كان خط سيكفريد على مرمى انظارهم وهو عبارة عن خط من التحصينات الالمانية والموازي لخط ماجنال وتوقف الجنود هناك المنظرون والمتوقعون المحترفون ينظرون للمستقبل ويحاولون التوقع بحروب المستقبل وغالبا ما يفشلون في التكهن بدقة ويسيئون قراءة دروس الماضي في صيف وخريف عام تسعة وثلاثين عاشت معظم غربة في رعب وهلع كانت تخشى وقوع هجوم جوي بالقنابل والغازات السامة النظريات المستقبلية حول الحرب توقعت هجمات جدية مكثفة على مراكز المدن كان مفهوما بانه ما من دفاع يستطيع صد الهجمات بالقنابل تم بناء الملاجئ في كل مكان كانت اكياس الرمل توضع حول ابواب ونوافذ المحلات والمباني العامة وزي على سكان بريطانيا ثمانية وثلاثون مليون كمامة غاز لم يترك مواطن بدون كمامة كانت تلك فترة من حياة المدنيين التي انحضرت نحو الكوميديا السوداء ونحو الحقائب التي تحتوي على كمامات الغاز والتي تحولت الى اكياس يحمل فيها العمال طعام الغداء ازدهرت صناعة اكياس الرمل واعد المضاربون كميات كبيرة منها قبل الحرب برزت رتب جديدة من المسؤولين كان هناك مراقبو الغارات الجوية والذين يجوبون الشوارع كانت مهمتهم التحذير من هجمات الغازات السامة باستخدام العاب الاطفال وفرض التعتيم الليلي والتأكد بان ما من ضوء يرشد طائرات الاعداء وكرد فعل فوري خشية اندلاع الحرب والخوف من الهجمات الجوية تم نقل جماعي للاطفال من المدن الى مناطق امنة ومع مساء الثالث من سبتمبر نقل حوالي مليون ونصف مليون طفل وامهات الرضع والحوامل الى مناطق امنة في الحقيقة كان الخوف من الهجوم المضضب الاسلحة الكيميائية يعني بان اوروبا لم تستطع المخاطرة باستخدام هذه الاسلحة في اي وقت في الحرب ومع ان بريطانيا وفرنسا فعلتا كل ما بوسعهما لتجنب الصراع فقد كانتا تستطيعان مواجهة الحرب القادمة بكل ثقة وبلا خوف التاريخ اللاحق الانهيارات والهزائم التي شهدتها السنوات اللاحقة تبين انه لو حشدت بريطانيا وفرنسا قوتهما واستدعايتا قوات الاحتياط وسلحتا جنودهما فان الحرب التي اندلعت عام ثمانية وثلاثين تسعة وثلاثين كانت مخاطرة كبيرة اقدمت عليها المانيا لو وضع قادة بريطانيا وفرنسا قوتهم على الورق لكانتا قد نامتا بسهولة واذا احصينا اعداد قوات الجيشين فستتفوق على اعداد الجيش الالماني وبالصدع الاحتياط بلغت اعداد الجيشين ثلاثة ملايين جندي مقابل مليونين ونصف المليون جندي الماني مع ان جيش بولندا القوي البالغ مليوني جندي تقوض تماما واصبح الان بامكان المانيا توجيه قوتها نحو الجبهة الغربية الا ان فرنسا وبريطانيا كانتا واثقتين سلاح الجو الملكي البريطاني وسلاح الجو الفرنسي كانا يعادلين سلاح الجو الالماني وبالطبع كانت بريطانيا لا تحب ان ترى نفسها تقليديا كقوة بحرية عظمى مفهوم التحالف مع فرنسا كان في ان يفرض سلاح البحرية الملكي حصارا على المانيا فيما تتولى فرنسا مهمة التركيز على المعارك الارضية كان سلاح البحرية اكبر سلاح في العالم يتكون من خمس عشرة سفينة حربية مدرعة وزوارق حربية وسبع طائرات بالاضافة لاكثر من خمسين غواصة اما فرنسا العدو البحري التقليدي لبريطانيا حينها كانت تمتلك تسع سفن حربية واكثر من سبعين غواصة وسلاح البحرية الالمانية امتلك خمس سفن حربية وخمسين قارب ايو في الحرب العالمية الاولى كادت حملة الغواصات الالمانية ان تخرج بريطانيا من الحرب حيث كانت تدمر واردات الطعام من الامبراطورية والتي احتاجتها بريطانيا لاطعم شعبها في السنوات المتاخرة من الحرب العالمية الاولى تسبب حصار بحري نفذه سلاح البحرية الملكي في مجاعة الشعب الالماني كانت بريطانيا ضعيفة لان الكثير من طعامها وموادها كان يأتي عبر طرق بحرية طويلة خط المانيا الساحلي كان صغيرا لذا كان سهلا حصاره واغلاقه بسهولة ولدى استعداد اسلحة البحرية لدخول الحرب كان يعتقد بان الحرب ستجري بناء على نفس النص الدائم منذ الازل مفخرة سلاح البحرية اصول السفن الحربية الكبيرة المدرعة والمزودة بالمدافع الثقيلة كان عدد وحجم هذه السفن يعتبر مقياسا لقوة كل امة وفي هذه الناحية لم تكن الاوراق في صالح المانيا في الحرب الاعلمية الاولى تواجهت الاساطيل الحربية البريطانية والالمانية لاول مرة لبضع ساعات فقط لم يكن احد يعلم بعد اهمية سفن المدافع الكبيرة فيما بين الحربين كان حجم الاساطيل محدودا من قبل المعاهدات الدولية الحرب القادمة اظهرت ان السفينة الحربية لم تعد السفينة الرئيسة السلاح الذي يحدد مصير الحرب البحرية جعلت الطائرات هذه السفن ضعيفة جدا صنعت بضع طائرات رخيصة خلال اسبوع كان بمقدورها تدمير سفينة حربية الرئيسة يحتاج بناؤها سنوات طويلة ومبالغ طائلة لكن ذلك لم يكن واضحا عام تسعة وثلاثين بعض اسلحة البحرية فقط ادركت القيمة الحقيقية للطائرات وحاملات الطائرات وفي خطط المرحلة الطويلة الالمانية تم بناء سلسلة من السفن الحربية الكبيرة مثل بيسمارك لتهديد بريطانيا وبناء حاملات الطائرات للحرب المستقبلية مع الولايات المتحدة كانت الغواصة تعتبر سلاحا فعالا بحيث حضرته معاهدة فرساي كانت الغواصة كقوارب يو مرتبطة بالسلاح النازي في الحرب العالمية الاولى ولكن كجميع الاسلحة البحرية كانت الغواصة تعتبر سفينة من الدرجة الثانية من قبل ادميرالات السفن الكبيرة وعليها ان تكافح الاثبات نفسها عام تسعة وثلاثين ومع اندلاع الحرب وضعت شامبرلين سلاح البحرية البريطاني بين يدي وينسون تشيرتشيل لورد البحرية المظهر ان تشيرتشيل كان يشغل نفس المنصب في الحرب العالمية الاولى كانت شيرتشيل الناقضة القوية للحكومة في سنوات ما قبل الحرب حيث كان يدعو للتسليح ومواجهة اتلر عسكريا كانت شيرتشيل قد خسر منصبه في الحرب العالمية الاولى جراء مغامرة استراتيجية خطط جرية خاصة في تركيا والتي نتج عنها فقدان الاف الارواح في عملية فاشلة لدى عودته الى المنصب الحكومى عادت صفاته هذه للظهور ثانية حيث نظم واعد سلاح البحرية البريطانية للحرب مظهرا طاقة جبارة لكن بدأت سلسلة من الخطط والمؤامرات بالظهور ومرة اخرى كان ذلك لجر تركيا الى الحرب ولزرع الالغام في الانهار الالمانية ومهاجمة السفن والقوارب المحايدة خاصة سفن النرويج والسويد التي كانت تزود المانيا بالمواد الخام المهمة ومنذ توليه المنصبه تلقت شيرتشيل رسالة من الرئيس الامريكى روزفيلت دعا روزفيلت شيرتشيل قائلا ابقني على اتصال شخصي مع اي شيء تريدني ان اعرف العلاقة الشخصية بين هذين الرجلين تخطط التركيبة الادارية في بلديهما كانت مهمة في السنوات التي تلت ذلك بعد ان تعرض البولنديون للهزيمة والاحتلال اعرض هتلر على فرنسا وبريطانيا السلم ادعى بانه ليس على خصام مع فرنسا ويرغب في اقامة علاقة فعالة مع بريطانيا وصف الحرب في الغرب بانها ازهاق الارواح واقترح اقامة مؤتمر للقوى العظمى يعمل على انشاء نظام جديد للسلام والامن لكنه رفض اننا معتادون على قصة الحرب العالمية صراع عالمي ينتشر عبر العالم لكن الحرب التي بدأت عام تسعة وثلاثين كانت صغيرة نسبيا بحيث كان يمكن احتواؤها وحلها اكتوبر عام تسعة وثلاثين في اوروبا كانت بريطانيا وفرنسا قد دخلتا الحرب كانت المستعمرات البريطانية والفرنسية في اعالي البحار كانت المانيا في حالة حرب بولندا الدولة المهزومة والمحتلة تعرضت للتقسيم والضياء كانت دول البلقان في حالة سلم مثل رومانيا وهنجاريا بعضها كان مواليا لالمانيا وبعضها لبريطانيا مثل غوزلافيا واليونان بقيت ايطاليا حليفة المانيا على الحياد اسبانيا التي كانت دولة فاشية بقيت على الحياد كانت بلجيكا وهولندا محايدتين الدول الاسكندنافية كانت محايدة لكنها تزود النازيين بالمواد الخام اما روسيا السوفيتية والتي عانت من عقدة الخوف فقد اقامت علاقة جديدة مع المانيا النازية واعتقدت بانها في امان من اي هجوم وبقيت محايدة امريكا بقيت محايدة في الصين البعيدة كانت هناك مجموعة اخرى من التوترات والحسد لم تكن متعلقة بالمشاكل الاوروبية ادت الى حرب وحشية بقيت مستمرة لسنتين انضمت هذه الحروب الى الحرب العالمية في بولندا برز نظام جديد بسرعة واعيد رسم الخريطة تحرك الاتحاد السوفيتي غربا وتحركت المانيا شرقا في هذه الاراضي البولندية التي احتلتها المانيا وروسيا خيم ليل مخيف من الاحتلال فرضت القوات السوفيتية حكما شيوعيا واختفى جميع اقطاب النظام السابق قتل اكثر من 4000 ضابط في الجيش البولندي على ايد السوفيت في منطقة بولندا المحتلة من قبل المانيا فرض نظام وحشي عبر البلاد اعتبرت النظريات النازية العنصرية الالمانية البولنديين اقل من البشر اصبحت مجتمعات اليهود الكبيرة ضحايا نازية خصصت فرق من الاس اس لحل مشكلة اليهود بعد تبدد اي خوف من هجوم قادم من الشرق حولت المانيا قواتها الى الغرب وبدأت بحشد قوتها ضد الدول الديمقراطية ومع مرور ثلاثة اشهر على اندلاع الحرب ساد بريطانيا وفرنسا هدوء غريب بدأت الصدمة الناتجة عن هزيمة بولندا بالانحصار لم تتحقق عمليات القصف الجوي وقنابل الغاز سمى التاريخ هذه الفترة باسم لا يخلو من السخرية الحرب الزائفة في الحلقة القادمة من الحرب العالمية الثانية الحرب تجري في اماكن نائية فيما تشارك السفن الحربية العملاقة في الصراع يحاصر سلاح البحرية البريطاني سفينة الحرب الالمانية غراف سبي ويجبر قبطانها على فتح كوة في السفينة بدلا من تدميرها في الشتاء الثلجي في فنلندا يستغل الاتحاد السوفيتي الوضع الجديد حيث يسعى الاحتلال هذه الدولة الصغيرة يشكل جيش فنلندا الصغير حلقة حول الروس وسط الغابات والبحيرات بالنسبة للشعب البريطاني والفرنسي بدت الحرب بعيدة كانت الحرب غير الحقيقية الحرب الزائفة في حقول الشمال فرنسا تتقدم قوة بريطانية جديدة كسابقتها في عام ثمانية عشر لكي تتخذ لها مكانا مع القوات الفرنسية انه الجيش الذي حارب الصم ايبر والباشنديل وعاد للحياة وبالاضافة الى خط ماجنال في الغرب كان هناك في الجنوب فيردان انه حصن منيع لم يكن بمقدور الالماني تجاوزه تستيقظ الحرب من حلم الحرب الزائفة لتواجه كابوس الواقع احتلال النرويج الجريء والاستراتيجي يضع بريطانيا وفرنسا في مواجهة مباشرة مع القوات الالمانية لاول مرة النتيجة كانت اخفاقا تاما حيث تتقهقر القوات البريطانية تماما ونتيجة لذلك تسقط الحكومة البريطانية ويترأسها رجل جاء وقته للحكم وينسون تشارتشل اشتركوا في القناة 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 انتهت فترة الانتظار الطويلة بالنسبة لشعوب اوروبا زالت فترة التوتر والخوف والقلق تسارعت خطى الزمن في السنوات الاخيرة وسارت بالقارة فوق جولة من المشاعر عام 38 كانت بريطانيا تخشى الحرب وزعت كمامات الغاز واستدعت قوات الاحتياط فيما دفع هتلر بالقارة نحو حافة الصراع حيث طالب بضم الاقلية الالمانية في تشيكو سلوفاكيا الالمان السودية الى المانيا العظمى التقت الديمقراطيات البريطانية والفرنسية بالديكتاتوريات في ميونيخ في اول مؤتمر قمة حديث والنتيجة تسوية فرضت على الدولة التشيكية تمنح هتلر كل رغباته ابتهج سكان اوروبا بالاخبار معتقدين بانه اتفق على نظام جديد يضمن سلاما دائما مع التزام القوى العظمى باجراء المفاوضات بدل الحرب اعتقدت القارة بانه لم يعد لهتلر اية مطالب اخرى وانضمت اراضي السودية الى الرايخ اوهام النجاح هذه تحطمت خلال اشهر تقسمت بقية تشيكو سلوفاكيا الى عدة اجزاء قسمت فيما بين الدول المجاورة وفق تخطيطات المانيا الان ركز النازيون اطمعهم تجاه بولندا مطالبين باستعادة الاراضي الالمانية التي منحت البولنديين بعد الحرب العالمية الاولى هذه المطالب كانت تخفي اطمعا توسعية المانية تجاه الشرق لا نهاية لها انها نتاج الايدولوجية النازية المتعطشة للارض حيث استولت على اراضي الشعب سلوفاكي لم يكن هناك مجال للتسوية او التهدئة وعلى العكس من التشيكيين رفض البولنديون الرضوخ لمطالب هتلر وانضمت بريطانيا الى فرنسا في التحالف مع بولندا اخر عملية ربط للطرق التي تؤدي الى الحرب قام بها جوزيف ستالين تحالف القائد السوفيتي مع هتلر وهذه الصفقة تمنح هتلر مطلق الحرية في تدمير بولندا ويكافع الشيوعيون بمنحهم نصف بولندا بدفع حدودهم نحو الغرب خلال بضعة اسابيع تمزقت الدولة البولندية ودمرت جزء منها ضم الى الرائخ الالماني والاجزاء الاخرى خضعت للاحتلال النازي او الشيوعي وقف الحلفاء عاجزين امام اجتياح الدولة التي وعدوا بنجدتها وقامت الجيوش الحديثة وقامت الجلالية المدرعة باكتساح الجنود البولنديين المشات والخيالة ثم لا شيء بعد عدة اسابيع من القتال الشيء الفترة التي اعقبت دمار بولندا خلال خمسة اسابيع فقط كانت ملتهبة وسميت بالحرب الزائفة الحرب التي لم تجري حقيقة اطلق هذا التعبير في الولايات المتحدة تحدث البريطانيون عن حرب البور وحرب الشفق الفرنسيون اسموها بلادرول دوغير وفي المانيا لقبوها بسيتسي كريك اكدت فرنسا وبريطانيا الديمقراطيتان على قرارهما بالتخلي عن سياسة التهدية واحترام التزامهما بنجدة بولندا لكنهما فعلتا القليل لمساعدة بولندا بأية وسيلة مادية مما قد يؤدي الى مساعدة البولنديين بشكل غير مباشر بلفت انظار هتلر رؤية قائد القوات الفرنسية جاملان للحرب كانت في الدفاع عن فرنسا ورد اي عدوان الماني انتشرت هذه العقلية بين افراد الجيش الفرنسي لم تجد هناك محاولات المدفعية الفرنسية الثقيلة لقصف البلدان الصناعية الالمانية التي كانت ضمن المدى موسيقى كانت هناك هجمات صغيرة داخل المانيا وعندما وصل الفرنسيون الى خط زيكفريد والذي كانت تحصينات المانية موازية لخط ماجينل توقفوا هذا الجمود والانتظار السلبي احبط معنويات وارادة الجيش الفرنسي احبط معنويات الاف الجنود الاحتياط الذين استدعوا من حياتهم المدني موسيقى اظهرت بريطانيا هي الاخرى ترددا في مواجهة هتلر بريطانيا خاصة كانت تخشى الغارات الجوية رفض اقتراح سلاح الجو الملكي باحراق الغابة السوداء في المانيا حيث حضر قصف مصانع الاسلحة الالمانية لاعتباره اعتداء على ممتلكات خاصة كان هناك اقتراح بتلغيم الانهار الالمانية الشرايين المهمة الاقتصاد الرايخ لكن رفض البريطانيون والفرنسيون ذلك خشية عمليات انتقامية مماثلة موسيقى لم يقتل اول جندي بريطاني قبل ديسمبر عام تسعة وثلاثين على النقيض مما حدث في الحرب العالمية الاولى حيث قتل خمسون الف جندي في مثل ذلك الوقت لاعجب ان الحرب بدت زائفة روح التصميم والعزم التي اكتسحت الدول الديمقراطية عندما اندلعت الحرب بدأت تخبو تدريجيا تلاشت الرغبة في مقاومة هجوم فجائي متوقع وتحولت الى الضجر عمليات التعتيم وحصص الطعام واجلاء الاطفال بعيدا عن منازلهم واغلاق اماكن الترفيه اصبحت كلها ازعاجات قوانين الطوارئ العديدة التي صدرت في الاشهر الاولى من الحرب فرضت قيودا وتدخلات في حياة الناس اليومية بحيث اصبحت بلا فائدة او جدوى لم تكن سلبية الحلفاء هي فقط التي خلفت الحرب الزائفة ولم يستعجل الالمان من تصعيد وطيرة الحرب ارادوا استيعاب محتلوه في بولندا بعض الجنرالات الالمان اعتقدوا بان الجيش لم يستعد للحرب بعد املوا كالفرنسيين والبريطانيين بتلاشي الحرب والتوصل الى تسويات سلمية اذا لم يزعج احد الجانبين الاخر ربما يكون هناك سبب اخر للحرب المزيفة وهو حقيقة ان الطقص خلال ذلك شتاء كان قاسيا للغاية كانت الحرب تبدو حقيقة فوق المحيطات فقط ولم تكن زائفة كانت استراتيجية البحرية الالمانية في مهاجمة سفن العدو استخدام الغارات الجوية وقواربيو في اخر اسابيع فترة السلم تسللت اعداد هائلة من السفن من الموانئ الالمانية واختفت في المحيط الشاسع اطلق اصول قواربيو في البحر واتخذ اماكنه في المحيط الاطلسي مع اندلاع الحرب بدأت الهجمات السريعة على السفن التجارية والصدامات بين القوات البحرية كان مرسى سكابا فلو في جزيرة اوركني البريطانية في عقص الشمال يستخدمه الاصول البريطاني محاولا اغلاق بحر الشمال ليلة الثالث عشر من اكتوبر دخل قاربيو الماني المرسى واطلقت تربيدات على السفينة الحربية البريطانية رويا الاوك والتي غرقت وقتل فيها ثمانمائة وثلاثة وثلاثون بحارا بريطانيا موسيقى في هذه الحرب اصبحت قواربيو وحاملات الطائرات السلاح المسيطرة في الحرب البحرية لكن المواجهات الاولى كانت بين السفن على السطح بنت المانيا اصولا من السفن الكبيرة والمصممة للرحلات الطويلة في المحيطات لاغراق وتدمير السفن التجارية موسيقى احدى هذه السفن الحربية هي الادميرال اغرقت سفن الحلفاء في المحيط الهندي وقبالة شعط امريكا الجنوبية واشتبكت في معركة ضد القوات البريطانية وتفوقت عليها مشاكل المحركات اجبرت غراف سبي على الالتجاه الى ميناء مونتفيديو في الوروكوي المحايدة لجأت البحرية البريطانية الى استخدام اشارات مزيفة لاقناع الالمان بوجود اصول بريطانى ضخم يحتشد فوق الافق اختار الالمان اغراق غراف سبي قدمت المواجهة الى الشعب البريطانى بكونها انتصارا مظفرا اشتركوا في القناة موسيقى كانت السفينة غراف سبي اصرت العديد من البريطانى ونقلتهم الى سفينة التزويد اولت مارك التي حشدت قبالة شواطئ النرويج والتجهت الى المياه النرويجية المحايدة اقتحم فريق من سلاح البحرية البريطانى اولت مارك حيث خرق البريطانى حيادية النرويج وانقذوا السجناء موسيقى موسيقى تعلمت بريطانى بعض الدروس من الحرب العالمية الاولى وارسلت قوافل السفن لمواجهة هجمات الغواصات اخذة في الحسبان كل ما يلزم للمساندة ولكون تشيرتشل اول لوردن ادميرال بريطانى مسؤول عن البحرية البريطانى فقد اظهر طبيعته المتوحشة اصر على ان الاجراءات الدفاعية لم تكن كافية وطالب بارسال دوريات بحث وتدمير ضد الغواصات موسيقى كان ذلك مخالفا للنصائح التي قدمت له واثبتت بانها طريقة سيئة للتعامل مع الغواصات رفضت تشيرتشل نصائح الادميرالات النتيجة كانت غرق حاملة الطائرات البريطانية وتعريض حاملة اخرى للتدمير كانت الحرب تجري على اليابسة في اوروبا في غابات فنلندا الصراع العالمى والذى اصبح الحرب العالمى الثانى كان بطرق عدة عددا من الحروب الصغيرة التي اندلعت في نفس الوقت وتصاعدت معا احد هذه الصراعات كان يجري بين فنلندا والاتحاد السوفيتي القتال الذي اندلع نهاية نوفمبر عام تسعة وثلاثين نتج عن الحلف النازى السوفيتي والذى طالب السال فيه بان تصبح فنلندا جزءا من السيطرة الروسية بدى القتال بعد ان رفضت فنلندا مطالب السال بان تنتقل جبهتهم المشتركة الى فنلندا وان تمنح الجزر الفنلندية الى الاتحاد السوفيتي كان الروس يخشون الغزو وارادوا دفع حدودهم ابعد باتجاه الغرب كما فعلوا مع بولندا كان السال المسعدا للوصول الى تسوية لكن الفنلنديين رأوا في الاتحاد السوفيتي عدوا شرسا واعتقدوا بان اية تنازلات ستزيد المطالب السوفيتية هاجمت القوات الروسية فنلندا على امتداد الحدود قام الاتحاد السوفيتي بعملية غزو كاملة لفنلندا قيل للجنود الروس بان العمال الفنلنديين سيرحبون بهم لانهم سيحررونهم من الرأس مالية كان الجيش الفنلندي صغيرا ومجهزا بشكل سيء في المجالات كافة لكن قواته كانت مدربة تدريبا مكثفا مدربا على القتال في الغابات الكثيفة في الصيف وفي اعماق الثلوج الشتوية والاكثر من ذلك ان الجنود الفنلنديين كانوا مشحونين بالوطنية كان الروس يتفوقون بالعدد على الفنلنديين باكثر من 150% وقد تخيلوا تقدما سهلا لكن الفنلنديين السوعب الهجمات المتكررة بالاضافة الى ان تفوق القوات الجوية الروسية كان بلا فائدة بسبب ايام الشتاء القطبي والطقس السيء بدت الدبابات الروسية عاجزة امام الاسلحة البسيطة المبتدعة قنابل المولوتوف وهي زجاجات مليئة بالبنزين والغاز تلقى على محركات الدبابات وتشعل فيها النيران كانت التكتيكات الروسية متخلفة مما ادى الى فصل الدبابات عن المدفعية كانت المدرعات الروسية تطارد وتدمر بين الغابات بالمدفعية الفنلندية المحمولة على الزلاجات حاول الروس اجتياح الفنلنديين بتفوقهم العددي استخدموا الهجمات البشرية المكثفة كانت النتيجة ابادة الجنود بالمدافع رشاشة طوال فترة الحرب الفنلندية وخلال المراحل الاولى من القتال مع المانيا النازية فيما بعد قسم ظهر القوات الروسية بسبب تعرض قيادتها العليا للمذابح في عمليات التطير التي قام بها السالم دمر الدكتاتور الشيوعي قيادة جيوشه بسبب عقدة الخوف من المؤامرات والخطط الانقلابية ما لا يمكن تصديقه هو ان القوات الروسية لم تمتلك المهارات ولا ملابس تمويه بيضاء للبقاء في الشتاء وتجمدوا حتى الموت لعدم وجود ملابس شتوية موسيقى لجات فنلندا الى عصبة الامم وفي اخر تدخل رئيسي لها في الشؤون الدولية اثبتت عصبة الامم عجزها في منع وقوع الحرب طرد الاتحاد السوفيتي من عصبة الامم وتم حث الدول الاعضاء لمساندة فنلندا وبمساندة المانيا للاتحاد السوفيتي فان اية مساعدة يقدمها العالم لفنلندا وجب مرورها عبر النرويج لذا كانت تلك الطريق طريق السلاحف وكان على الفنلنديين القتال دون مساعدة موسيقى مع انتهاء عام تسعة وثلاثين وقدوم عام اربعين تحول الفنلنديون الى الهجوم المعاكس وفازوا في انتصارات مذهلة على السوفيت واستسلمت كتائب مدفعية شوعية كاملة واستولي على اعداد هائلة من الاسلحة الثقيلة التي وجهت ضد الروس موسيقى انتصارات الفنلنديين اجبرت الروس على الجلوس على طاولة المفاوضات وجعلت الفنلنديين يعتقدون ايضا بامكانية النصر الكامل وقادهم ذلك الى الضغط على الاتحاد السوفيتي موسيقى هذه النجاحات التكتيكية كانت اوهاما من الناحية الاستراتيجية حيث سحقت فنلندا على المدى الطويل بسبب ثقل حجم قوات جارتها الروسية خطط بريطانيا وفرنسا لنجدة فنلندا كانت مجرد تشجيع انزاف وعلى ارض الواقع هدفت الخطط للسيلاء على مخزون الحديد الخام للسويد المحايدة وادرك الفنلنديون بان ذلك لم يكن عرضا جديا ينفذه البريطانيون والفرنسيون حقا في هذه الاثناء ومع سمرار المفاوضات اعاد الجيش الروسي تنظيم صفوفه ونفذ هجمات اقوى لم يتحمل الجيش الفنلندي المزيد وتهاوى في النهاية في بداية مارس عام اربعين وقع الفنلنديون على هدنة مع السوفيتي في موسكو كان بامكان الاتحاد السوفيتي الحصول على انتصار شامل واحتلال فنلندا باكملها وتنصيب حكومة شيوعية تابعة لكنهم لم يفعلوا احتلوا بعض الاراضي اكثر مما طالبوا في البداية لكنهم ابقوا على المؤسسات الديمقراطية الفنلندية ومعظم اراضيها سليمة ربما بسبب ان الاتحاد السوفيتي تحاشى الدخول في حرب مع بريطان وفرنسا للحصول على حرية التفاوض على اوروبا الجديدة في قتاله مع فنلندا خسر الاتحاد السوفيتي مئتا الف رجل مقابل خمسة وعشرين الف فنلندي خسر الجيش الاحمر مصداقيته وتجاهل العالم انتصاره النهائي هذه الحرب دفعت فنلندا والتي كانت دولة ديمقراطية وحليفا طبيعيا لفرنسا وبريطانيا الى احضان هتلر وبمجرد التوقيع السلام بين روسيا وفنلندا تقدم النازيون سرا نحو فنلندا حيث رأت المانيا بان فنلندا كانت حليفة في الصراع النهائي القادم الحرب المصيرية لتدمير الاتحاد السوفيتي زودت المانيا فنلندا بالمعدات الحديثة واعاد الفنلنديون بناء جيش حديث وخططوا للانتقام من روسيا جيوش عام تسعة وثلاثين التي اخذت مكانها في شمال فرنسا شكلت طريقة لخوض الحرب العلاقة بين القوات المسلحة والمجتمع ما زالت بعيدة حتى اليوم القوات البريطانية التي نقلت ببط ووحدة وحدة عبر القنال الى حقول شمال فرنسا جاءت باسم قوة البعثة البريطانية انطلقت تحت نفس التسمية التي عرفت فيها في الحرب العالمية الاولى كانت تشبه جيش عام ثمانية عشر في اكثر من التسمية في الشكل والعقلية في الفلسفة في الاطار العقلي لكبار الضباط كانت حربا مميزة لتحقيق الفوز عام ثمانية عشر حقائق التاريخ العسكري تعد الجيوش المظفرة لحربها القادمة بتوقع تكرار التاريخ لنفسه احدى العمليات الاولى التي قام بها الجيش هي بناء الخنادق المواقع الدفاعية والتي سيطرت على القتال قبل عشرين عاما في الشهر الذي اعقب اندلاع الحرب كانت القوات البريطانية تتكون من خمسة عشر الف رجل ودفعت القوات بين صفوف الجيش الفرنسي على امتداد الحدود البلجيكية بقيادة الجنرالات الفرنسيين بالاضافة الى ذلك شكل سلاح الجو البريطانى بعثة جوية كانت تتألف من عشرة الاف رجل واثني عشر سربا من الطائرات كانت قوة البعثة البريطانية حديثة كانت قوات آلية وكان الجنود يتنقلون على الشاحنات وليس سيرا على الاقدام اما مدفعيتها الثقيلة فكانت آلية ولم تكن تجر بالخيول لكن قوة البعثة البريطانية لم تكن قوة هجومية بامكانها نقل الحرب الى المانيا كانت قوتها موزعة لم تكن متمركزة في وحدات مدرعة متخصصة مثل الجيش الالماني في بولندا كانت تنقصها وسائل الاتصال الكافية وكانت تدريبها قليلا وسلاحها الجوي ضعيفا لا يستطيع تقديم اي دعم للجيش موسيقى طوال الشتاء حفرت قوة البعثة البريطانية الخنادق وبدأت بالتدريبات وانتظرت ما سيحدث موسيقى في ربيع عام اربعين تم تدريب قوة البعثة البريطانية بوحدات ارضية جنود احتياط بدوام جزئي بدأت اعدادها تقترب من اربعمائة الف جندي لكن نصفهم كان عمالا لديهم خبرة عسكرية قليلة ولم تكن معداتهم كافية موسيقى كان الجيش البريطاني صغيرا ويمارس دور الشرطي في بلدات حضارتها اقل تطورا من الناحية الفنية ضمن الامبراطورية البريطانية وكان بامكان عدد صغير من الجنود باسلحتهم المتطورة السيطرة على اعداد كبيرة من السكان الجنود الذين كانوا يشكلون هذا الجيش كانوا محترفين كانت الجندية مهنة لهم اكثر منها واجبا وطنيا كانت الدبابات احدى الاختراعات المذهلة في الحرب العالمية الاولى كانت تطورت من التركتورات الزراعية كعربات مدرعة لعبور مستنقعات الاراضي تحت وابل نيران المدافع الرشاشة والتي جعلت الهجمات التقليدية بالحراب والخيالة والسيوف معارك تشهد العديد من القتلى لعبت الدبابات دورا مهما في الانتصارات البريطانية عام 18 ولكن في خضم المعارك فان قراءة قدرات اي سلاح تحتاج قفزة في الخيال كانت في غاية الصعوبة بسبب انتصار الحلفاء كانت قوة البعثة البريطانية جيشا تقليديا اضاف فقط الدبابات للتشكيلات العادية التفكير الذي وجه قوة البعثة البريطانية كان نتاج جدل حد بين الحروب حول ما يمكن ان تفعله الدبابة اما الذين كانوا الى جانب التشكيلات المدرعة كما كانت تفعل المانيا تعرض للهزيمة لذا كانت قوة البعثة البريطانية جيشا كان المشات يحاربون فيه على الاقدام وكانت تجر المدافع الى ساحة القتال وتركز للقصف المدفعي وكان سلاح الفرسان يستخدم عربات بدروع خفيفة تقوم بدور الفرسان او الخيالة في مطاردة المشات المهزمين كانت الدبابات مربوطة بالمشا لتتيح للجنود عبور الاراضي المحرمة كان الجيش البريطاني صغيرا ومحترفا تقليديا وكان لدى فرنسا علاقة مختلفة بين الجندي والدولة انها الصورة التقليدية للمواطن الذي يحمل سلاحة والتي تعود الى ايام الثورة الفرنسية وبكونها قوة اوروبية دولية لها حدود متاخمة لجيران عدوانيين فقد احتفظت فرنسا دوما بجيش كبير يعتمد على التجنيد الاجباري والخدمة الوطنية والواجب تجاه الدولة مرة اخرى عام تسعة وثلاثين استدعي الجيش وتم حشد الاحتياط كانت قوة هائلة من ثلاثة ملايين جندي اصطفوا الى جانب الجيش البريطاني ولجمع هذا الجيش الهائل كان على فرنسا الاعتماد على اجيال الشباب الذين يقضون فترة الخدمة الالزامية ارتدى معظم جنود الاحتياط هؤلاء البزات العسكرية بعد تدريبات لسنة واحدة فقط مقارنة مع عشر او خمس سنوات في السابق من ناحية التفكير العسكري فشل الفرنسيون كان في تعلم الدروس من الحرب العالمية الاولى كالبريطانيين كانت اعداد الدبابات الفرنسية تزيد عن ثلاثة الاف نفس عدد تلك التي في الجيش الالماني وكانت نوعيتها الفنية عالية لكنها كانت مصممة لمرافقة المشاة وليس للعمل كقوة ضاربة مستقلة كان الجيش مدربا تدريبا فقيرا لم تكن فرنسا تستطيع تحمل الكلفة الاقتصادية لتزويد هذه القوة الهائلة بوسائل نقل آلية كان يجر موظم المدافع الفرنسية بالخيول كان المشاة يمشون على الاقدام من نحو ساحة القتال كانت الاوامر تنقل بالرسل وليس بالراديو او الهواتف لكن الامة التي انطلقت نحو الحرب كانت وافقة من النصر الاستطلاع العام للمواطنين الذين ارتدوا البزات العسكرية اظهر بان 75% من الفرنسيين ايدوا عملا عسكريا ضد هتلر بسبب بولندا كان الجنرالات يشددون دوما على الحاجة لاهداف مركزة في هذا المجال كان ينقص الجيش الفرنسي الحافز هدفه الوحيد كان المقاومة اعتقد الجيش الفرنسي بان درس الحرب العالمية الاولى كان بان الدفاع هو الذي يسيطر في المعارك وبان الاستحكامات في الخنادق بامكانها الدفاع ضد الكتائب كان ذلك الدرس القاسي الذي تعلمته فرنسا في الجبهة الغربية بالنسبة للجنود الفرنسيين الذين دافعوا عن الحدود الغربية لبلادهم كانت اللحظة الحاسمة في تاريخ الحرب العالمية الاولى معركة فردان وهي حصون على الجبهة الغربية والتي تم الدفاع عنها حتى الموت وحدثت مئات الالاف من الاصابات على كل الجانبين رأى الفرنسيون الطريق للنصر عام تسعة وثلاثين بجعل بلادهم باكملها فردان حصونا جديدة ضد الالمان الذين سيبادرون بالهجوم هجمات تتحطم على الجدران المحصنة بحيث تتعرض القوة الالمانية للدمار هذه التكتيكات ادت الى انشاء خط ماجينل مجموعة رائعة من الدفاعات موسيقى في ربيع عام اربعين ارسل الجيش البريطاني وايضا الجنود الى هذه الحصون كانت التحصينات التي حفرها الجنود البريطانيون وحصنوها بسرعة محاولات لمد خط ماجينل تجاه البحر العامل الاقتصادي جعل الخط ينتهي عند الحدود البلجيكية موسيقى كانت بريطانيا وفرنسا مراكز الامبراطوريات عالمية وغالبا ما كان الجنود الذين جندوا للحرب من تلك الامبراطوريات كان الجنود الهنود شاهدون في حقول فرنسا كجزء من الجيش البريطاني وجندت فرنسا العديد من جنودها في افريقيا بعض القوات التي كانت تحشد ضد الامر كانت بولنديين قطعوا رحلة طويلة حيث هربوا عبر هنغاريا وبولغاريا وتركيا والشرق الاوسط ليلتحقوا مرة اخرى بالحلفاء الفرنسيين والبريطانيين احدى المهمات المحددة خلال الحرب الزائفة كانت الغارات التي شنها سلاح الجو البريطاني والفرنسي ضد المانيا كانت غارات منشورات في الاشهر الاولى من الحرب اعتقدت بريطانيا خاصة بانه ما زال يمكن اقناع بريطانيا بالاستماع الى لغات المنطق والتفاوض على السلام ولياشهر ان القى السلاح الجوي البريطاني المنشورات فوق المانيا الغربية يثير فيها قضية منطقية وعقلانية ضد الاطموع النازية في اوروبا ويبدو بان ذلك لم يؤثر على الرأي العام العالمي في الرأي الثالث الفائدة الوحيدة للغارات كانت تدريب الطيارات على الطيران فوق المانيا ليلا لم يسع سلاح الجو الالماني او البريطاني او الفرنسي للدخول في معارك خلال الحرب الزائفة كانت الهجمات تنفذ على الملاحة بالاضافة الى عمليات الاستطلاع التصويرية اذا بدت الاحداث في البحار البعيدة والسلام في ساحات القتال الاوروبية بعيدا وغير متصل بتجارب السكان اليومية خلال الحرب الزائفة فقد بدت الاحداث البعيدة في اسيا كذلك ايضا ربما فكر القليل من الاوروبيين بالحرب الشرسة التي كانت تجري في الصين من قبل جيش الامبراطورية اليابانية لم يتخيل الا اناس قليلون بان الحرب في اسيا مرتبطة بالقتال في اوروبا كانت اليابان تقاتل لتحتل وتسيطر على المصادر الطبيعية لدولة الصين الشاسعة لكنها كانت ضعيفة وفي حالة فوضى كانت اليابان تسعى لاحتلال مكان القوى الاوروبية بكونها السيدة للسامارية في اسيا عملت المستعمرات الاوروبية مثل هونج كونج على تقوية دفاعاتها خوفا من انتشار الحرب عبر الصين تلك الحرب نفسها كانت شبكة معقدة من الحروب شبكة من الصراعات داخل الصراعات كانت الصين تحارب اليابان ولكن تلك الحرب كانت حرب دولتين ضد اليابان القوميون الحكومة الرسمية للصين والشيوعيون الحكومة البديلة وضمن هذه الحرب واصل القوميون والشيوعيون حربهم الاهلية قادت اليابان استراتيجية تمد الحرب الى العدو باكمله ضد المدنيين والجنود سلسلة من الحملات الوحشية من الجو والارض عملت على ذبح المدنيين الابرياء وذلك لدب الرعب في نفوس السكان الصينيين في السابع من مارس عام 40 اكملت الباخرة الملكة اليزابيث اكبر باخرة ركاب في العالم رحلتها الاولى ورست قبالة شاطئ نيويورك كانت الباخرة عبرت المحيط الاطلسية بسرعة قصوى وسرية بلا مرافقة حيث اعتمدت على سرعتها العالية لتتمكن من الهرب من اية هجمات محتملة من قبل الغواصات الالمانية ارسلت الى نيويورك لاكمال تجهيزها والهرب من هجمات الغارات الجوية حجم الباخرة الهائل وسرعتها العالية جعلاها سلاحا حربيا فعالا كسفينة حربية اخرى حيث كانت تنقل مصادر الحرب بكميات هائلة وخلال السنوات التي تلت ذلك قامت هي وشقيقتها الملكة ماري برحلات عديدة عبر المحيط على سرعات عالية كانتا دوما وحيدتين ودوما في رحلات سرية في ابريل عام اربعين اختفت الحرب الزائفة وتحولت الى حرب حقيقية شنت المانيا هجوما على الدولة الاسكندنافية المحايدة النرويج رأى هتلر النرويج كجناح شمالي ضعيف كان ميناء نارفيك في اقصى شمال النرويج المنفذ لدخول الحديد الخام السويدي الضروري للمجهود الحربي الالماني خلال الحرب الروسية الفنلندية خططت فرنسا وبريطانيا للإستيلاء على الميناء وحرمان المانيا من الملاحة فيه بحجة مساعدتهم الفنلنديين في حربهم ضد روسيا وتم تخلي عن هذه الخطة بعد انهيار الفنلنديين امام السوفيت كان هناك اعتقاد في جهود الحرب الالمانية بانها لم تعتمد على التجارة العالمية المصادر الطبيعية التي لم تمتلكها المانيا كالمطاط والزيت وجدت بدائل مماثلة لها بالتقنية المتطورة حيث كان بالامكان استخراجهما من الفحم احدى المواد القليلة التي احتاجتها بريطانيا لصناعة الاسلحة كانت المواد الخامة لصناعة افضل نوعية من الفولاد كان يجب الحصول على هذه المواد من الدول الاسكندنافية من السويد المحايدة ولكن عبر النرويج المحايدة ايضا حرب المصادر البريطانية اعتمدت على التجارة الحرة في المحيط الاطلسي كانت الملاحة تتعرض لهجوم مكثف واصبحت معارك الاطلسي بين سلاحي البحرية صراعا حاسما في الحرب بالنسبة لسلاح البحرية الالماني كانت مشكلة تنفيذ الحرب البحرية هي الحصول على منفذ الى البحار المفتوحة كان الشاطور الالماني قصيرا ويمكن للبريطانيين السيطرة عليه سبق لسلاح البحرية الالماني ان انتشر في البحار قبل اندلاع الحرب والان مع توسع الصراع فان المصدر الرئيس لسلاح البحرية الالماني يكمن في الحصول على المزيد من السواحل والتي يمكن اطلاق هجمات الغواصات والسفن منها قدم شاطور النرويج بمخارجه العميقة سلسلة خلجان وقواعد للالمان بحيث مكنهم من تهديد الملاحة التجارية وتفادي الهجمات المعاكسة لسلاح البحرية البريطاني كانت النرويج والسويد تسيران على حبل الحياد وفي حرب اعتمدت على المواد التي يتم الحصول عليها بالتبادل التجاري الدولي فانه يصعب البقاء في حياد واحترام الحياد واذا كانت المانيا خرقت حيادية النرويج فقد فعلت ذلك بريطانيا وفرنسا ايضا وبينما شنت الهجمات على النرويج تحول النازيون ضد الدينمارك بقيت الدينمارك محايدة في جميع الشؤون الاوروبية منذ عام الف وثمانمائة وخمسة عشر وقبلتها القوى كافة بكونها الساحة الخلفية لالمانيا كانت الدينمارك مسالمة سياسيا وكانت ضعيفة عسكريا عام اربعين كان جيشها اربعة عشر الف جندي وسلاح البحرية خمس سفن فقط وسلاح الجو خمسين طائرة بدى غزو الدينمارك في الساعة الرابع والربع من صباح يوم التاسع من ابريل استسلمت الحكومة الدينماركية خلال ساعة وخمس واربعين دقيقة فقط لقد هجمت الدينمارك لانها كانت عائقا بريا في الطريق الى الهجوم على النرويج جميع الدول التي وقعت تحت الاحتلال في الحرب كان عليها اختيار كيفية التعامل مع المحتل اختارت الدينمارك طريق عدم المقاومة ونتيجة للاستسلام احتفظت الحكومة بتولي ادارة شؤون الدينمارك الداخلية الثمن كان ما اسماه البعض بالتعاون لكنها كانت سياسة حظيت بالدعم بالانتخابات بالنسبة للشعب الدينماركي كانت تلك وصفة للبقاء كانت النرويج تأمل في البقاء محايدة مع انها بالمقارنة مع الدينمارك كانت تمتلك جيشا اقوى وكانت هناك مقاومة اقوى ضد النازيين كان هناك حزب النازي النرويجي وعين الالمان زعيمه فيدكون جوزلينغ رئيسا للنرويج المحتلة اصبح اسمه مرادفا للخيانة والتعاون حيث حاول فرض نظام نازي على بلاده ومع غزو الالمان شن جنودهم الهجوم وتزودت الطائرات والسفن بالوقود والاسلحة كانوا شاركون في عملية خطط لها بعناية للاستيلاء على المصادر لمواصلة الحرب التاريخ يخفي عنا حالة ارتباك الطرفين عام 40 اذا كان هناك درس في التاريخ العسكري فانه في الطريقة التي لا تسير فيها العمليات المخطط لها بعناية وفق الخطة لقد حصل ارتباك كبير في القتال الذي جرى في النرويج مع ابحار القوات الالمانية من الشاطئ واجهت القوات البريطانية وتعرضت لعملية هجوم كبيرة كانت هناك ضغوطات مكثفة في بريطانيا لانهاء الحرب الزائفة للقيام بعمل شيء ما قررت فرنسا وبريطانيا بدون علم المانيا وضع الغام في المياه الساحلية النرويجية الهدف اجبار الملاحة الالمانية على الخروج من المياه المحايدة النرويجية الى البحر المفتوح ليصبحوا ضحية للمدمرات والغواصات البريطانية انطلقت سفينتان لزرع الالغام وسط الضباب وبسرعة قررت بريطانيا تغيير الخطة واحتلال النرويج كانت خطة اعدت واديرت بشكل سيء ومن البداية للنهاية صارت العملية في جو من الاضطراب بدأت العملية بشكل سيء وانطلقت الوحدات من السفن ثم صدرت اليها الاوامر للعودة للسفن تاركة خلفها المدفعية الثقيلة عملية برمائية خطت لها الادميرالات والجنرالات الذين حافظوا على استقلاليتهم من خلال السفر على سفن منفصلة كان القتال يجري بين الجبال النرويجية شبه القطبية لكن المشاتى البريطانيين دخلوا في قتال ضد قوات المانية خاصة محمولة ارسلت هذه القوات بدون وحدات مضادة للطائرات بحيث تعرضت لهجمات الطائرات الالمانية المستمرة رغم بعض الهجمات القوية التي نفذتها البحرية البريطانية عندما دمرت المدمرات البريطانية قوة كبيرة من السفن الالمانية تماما تعرضت القوات البريطانية المجهزة تجهيزا سيئا للهجمات الجوية وبدأت بالتراجع امام القوات الجبلية بقيادة بعض افضل الجنرالات الالمان بعد اسبوعين من القتال فقط اصبح الالمان يسيطرون كلية على جنوب النرويد فيما شرع البريطانيون والالمان بعملية اخلاء يائسة بواسطة البحر موسيقى المبادرة لهذه العملية جاءت من تشيرتشيل واظهرت عادة تشيرتشيل في اقتراح مغامرات استراتيجية طائشة باسوأ صورة لها انها عادة تسببت في سقوطه قبل ذلك في الحرب العالمية الاولى كانت هناك مغامرة مشابهة في جاليبولي في تركيا تسببت في مقتل الاف الجنود البريطانيين وحيث ان العديد من اولئك الجنود كانوا من السوراليا ونيوزيلندا فقد هدد ذلك الامبراطورية البريطانية اكثر الخوف من تكرار ما حدث في جاليبولي ساهم في فشل حملة النرويج المزيج من المفاجأة القصوى التي تمكن الالمان من اعدادها والتنظيم السيء للقوات البريطانية والفرنسية كان يعني بان هناك مصيرا سيئا اخر كان ينتظر تشيرتشيل وبدلا من ذلك فان الاحداث في النرويج عملت على رفع شان تشيرتشيل في السلطة كما ان الكارثة التي كادت ان تؤدي الى سقوط هتلر رفعت من شاني واثبتت بان هناك شيئا اسمه القدر الخط الزمني للحرب هو نسيج معقد من الاحداث من الاسباب والنتائج ممزوجة معا وفي مكان اخر من اوروبا اتخذت الحرب منحا اخر كانت هناك صورة ترسم على قماش ذي حجم اكبر حيث بدأ الاحتلال الالماني لفرنسا والدول المنخفضة لكنه في بريطانيا ظل تأثير حلقة الاسباب والنتائج الذي انتشر نتيجة حملة المانيا يلعب دورا كانت الحكومة تحت قيادة نيفل تشامبرلين حظيت تشامبرلين على مكانة غير محظوظة في التاريخ كونه المهندس الرئيسية لسياسة الاسرداء وارتبط اسمه للابد باتفاقية ميونيخ والتي نتج عنها احتلال تشيكو سلوفاكيا والنقص بالوعود وخيانة الثقة لقد مثلت تشامبرلين فقط راء الجميع تقريبا في بريطانيا وحليفتها فرنسا كانت غلطة تشامبرلين انه صدق كلمات هتلر لقد عزز من سقوطه في عيني التاريخ بسلسلة خطابات درامية اثبتت الاحداث خطائها وافقدت هذا الرجل مصداقية لدى عودته من اجتماعا مع هتلر في ميونيخ وقع ديكتاتور على اتفاقية مبهمة تنص على عدم الدخول في حرب ضد بريطانيا لوحد تشامبرلين بورقة واحدة فقط ووعد قائلا سلام في زمننا كانت تشامبرلين رجل مبادئ وقد دمره اندلاع الحرب حيث رأى ذلك فشلا في حياته السياسية طبيعة الحرب الزائفة كانت نتاجا لتمسك تشامبرلين بخيار السلام حتى في تلك المرحلة المتاخرة وخلال قيادة تشامبرلين لبريطانيا لم تسقط قنبلة واحدة على ارض المانية بعد ستة اشهر من الحرب الزائفة في السادس من ابريل وفيما كان الالمان يتقدمون لاحتلال النرويج علقت تشامبرلين خطابا حيث قال عبارته المشهورة لقد فاتت الحافلة هتلر حيث تنبأت تشامبرلين بالنصر قائلا بان هتلر اخفق في القيام بعمله فيما كانت بريطانيا وفرنسا تستعدان للحرب مرة اخرى ساخرت الاحداث من كلمات تشامبرلين عندما اصبحت الحرب حقيقية تمت الدعوة لاجراء نقاش في مجلس العموم البريطاني لبحث حملة النرويج ظل المجلس منعقدا ليومين في جلسة متواصلة ووقف عضو تلو الاخر لتوجيه النقد الى تشامبرلين جاء ابطال الحرب القدامى الى المجلس في بزاتهم العسكرية وعوسمتهم واتخذوا موقف الادانة قام ليو ايمري اقدم الاعضاء من حزب المحافظين الذي يتبع له تشامبرلين واقتبس كلمات من اوليفر كرومويل التي قالها في المجلس قبل مئتي سنة مشيرا الى تشامبرلين لقد جلست مدة اطول من اي عمل جيد قمت به غادر اقول لك دعنا ننتهي منك بحق الاله امضي تبع ذلك عملية تصويت تخلى حزب تشامبرلين عنه وانخفضت الاصوات المؤيدة للحكومة من مئتي صوت الى واحد وثمانين النتيجة صاقطت تشامبرلين غادر المجلس والاصوات تتعالى امضي امضي في ارجاء القاع لم يتخلى تشامبرلين في الحقيقة عن السلطة بسهولة طلب من الاحزاب خاصة حزب المعارضة الانضمام الى حكومة تحالف قائد حزب العمال اتلي رفض قائلا بان حزب العمال سيخدم فقط تحت قيادة رئيس وزراء اخر عقدت تشامبرلين اجتماعا مع الملك جورج السادس وتشيرتشيل ومعظم الوزراء الكبار اللورد هاليفاكس وزير خارجية بريطانيا كان هاليفاكس اختيار اولئك في الحكومة لكي يخلف تشامبرلين طلب الملك من هاليفاكس تشكيل حكومة لكنه رفض موسيقى على غير طبعه حققت تشيرتشيل طموحات حياته ببقائه صامتا اخترت تشيرتشيل لانه كان معارضا لسياسة الاسترداء والتهدئة كان الوحيد من بين السياسيين خارج المؤسسة المركزية للسياسة البريطانية الذي يمتلك ترسانة من النشاطات الاستراتيجية والسياسية وموهبة قوية في لعبة الحرب وقد علق فيما بعد على توليه الحكومة قائلا اعتقدت بانني كنت اعرف الكثير حيال كل شيء كنت متاكدا بانني لن افشل بعد ان اصبح رئيس وزراء بريطانيا اعتبرت تشيرتشيل نفسه يقوم بانجاز مصير شخصي كان ارتقاء تشيرتشيل الى السلطة اخر فصول مسرحية الاحداث التي بدأت في الدول الاسكندنافية موسيقى احد اعمال تشيرتشيل الولى لدى توليه الحكومة كانت في اظهار نشاطه اللامحدود بعد ان استمع الى نصيحة ضباط سلاح الجو منع ارسال المزيد من الوحدات الى فرنسا وتوصل الى انها ستقاتل في قضية خاسرة كانت لهذه الطائرات مكانة في معركة اخرى معركة بريطانيا القادمة كانت شيرتشيل قائدا طبيعيا مخططا استراتيجيا لكنه في تلك الايام الاوائل لم يستطع تاثير على الاحداث كان التاريخ يحوم حول بريطانيا حول قائدها وشعبها التاريخ الذي كان يغمر الفرنسيين حلفاء البريطانيين تحت انهيار الحرب الجليدية موسيقى في الحلقة القادمة من الحرب العالمية الثانية التاريخ الكامل شعب اوروبا يحن لسنوات الحرب الزائفة حيث ان جميع الامال بالانتصار جميع التوقعات كلها تلاشت خلال اسابيع حيث ان نجاح الالمان في بولندا تكرر بشكل اكبر في حرب جديدة خاطفة للدروع موسيقى تم اجتياح خط ماجينال ووقع الجيشان الفرنسي والبريطاني في مصيادة المانية سهلة حصروا وظهورهم الى البحر موسيقى موسيقى اجلي الجنود البريطانيون بقوارب صغيرة وفي معجزة معركة دانكارك انقذ الجيش ليحارب من جديد موسيقى اتجه الالمان جنوبا وقاموا بتدمير فرنسا القوة المسيطرة القديمة في اوروبا تعرضت للهزيمة خلال اسابيع وذاق الذل لاستسلام من قبل المانيا المنتقمة وتتهاوى فرنسا الضعيفة والمهزومة في جحيم الاحتلال وخزي التعاون مع العدو موسيقى موسيقى وحيدة ضعيفة يفصلها عشرون ميلا من الماء فقط عن العدو النازي موسيقى يعاني شعب بريطانيا من الرعب والخوف الذي تحملته القوى الاوروبية الاخرى الخوف من الاحتلال والغزو موسيقى كان الغزو والهجوم متوقعين وتم اللجوه الى وسائل دفاعية يائسة موسيقى موسيقى هتلر يهرض السلام مرة اخرى رد تشيرتشيل كانت تحدي الصرف القتال على الشواطئ القتال على الشوارع عدم الاستسلام ابدا موسيقى 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 مضى اكثر من نصف سنة على دخول اوروبا الحرب بعد توترات الثلاثينيات العقد الذي شهدت فيه اوروبا الازمة التلو الاخرى فرضت الحرب على القارة صمتا غريبا بعد الحرب الخاطفة الاولى التي سقطت فيها بولندا في عيد الجيش النازي خلال اسابيع بعد صدمة الناتجة عن تشكيل الحلف النازي السوفيتي بين عدوين لدودين في السابق الزلزال الذي هزت تحالفات في اوروبا دخلت القارة في حالة لا حرب ولا سلم لم تكن هناك معارك كبيرة بعد الكابوس المتكرر الخوف من اعادة ولادة فضائع الجبات الغربية لم يحدث جلس الجنود على الجانبين ينتظرون الحرب وفي فرنسا تم التقوية خط ماجنال وهو خط من التحصينات الدفاعية على امتداد الحدود الالمانية لم يحدث اي دمار من الجو الملاجئ اخلاء الاطفال توزيع كمامات الغاز كل ذلك كان بدون فائدة اما الشعب البريطاني فقد اسمى هذا الهدوء الغريب بالحرب الزائفة كانت الحرب دائرة لكن المعارك كانت في اماكن بعيدة وفي البحر فقدت سفينتان حربيتان كبيرتان ودخلت غواصة المانية بجرأة الى مرسى السفن الجنوبي في سكابا فلاو واغرقت السفينة رويا لوك وقتل اكثر من ثمانمائة شخص وفي اقصى جنوب المحيط الاطلسي حشرت السفينة الحربية الالمانية في ميناء مونتفيديو في امريكا الجنوبية وبدلا من الابحار ومواجهة دمار الوصول البريطاني اختار قبطان السفينة الالماني واغراق باخرته وفي البحر بدأت حرب الغواصات الالمانية ضد تجارة الامبراطورية ببطء ابحرت الباخرة الملكة اليزابيث سيران الى نيويورك لاكمال تجهيزها وفي اقصى الشمال خاض الاتحاد السوفيتي وفنلندا حربا مريرة وسط ثلوج الشتاء بعد ضمان ان الحلفة النازية السوفيتي سيمنحه مطلق الحرية شعر ستال برغبة تهديد والسبداد للدول الصغيرة على حدوده رغم المقاومة العنيفة ضد الجيش الشوعي سيئ القيادة الحق السوفيت الهزيمة بالفنلنديين في النهاية واضافوا بعض الاراضي الفنلندية الى محتلوه من بولندا مع تحول الشتاء الى ربيع تلاشى وهم السلام امام اعين العالم زحف الجيش الالماني غربا باتجاه الدنمارك والنرويج بهدف احتلالها لضمان وقوف الدول الاسكندنافية بجانب الجناح الالماني في الشمال كانت الدنمارك في الطريق تعرضت بعثة بريطانية لنجدة النرويج الى هزيمة سريعة انتهت الحملة بالفشل الذريع وكان على سلاح البحرية الالماني اخلاء الجيش كانت مأساة تكررت في الاشهر اللاحقة ازمة الحملة النرويجية سببت في سقوط رئيس الوزراء البريطانى وفي البرلمان البريطانى قيلت له العبارة الشهيرة لقد بقيت لفترة طويلة اكثر من اي عمل جيد قمت به بحق الاله مضي تحول البرلمان البريطانى الى وينسون تشيرتشيل وهو الوحيد الذي لم يتأثر بسياسة للسرداء والتهدياء وضعت مقدرة تشيرتشيل على القيادة موضع الاختبار منذ البداية في الثامن عشر من مايو عام اربعين ولدى توليه السلطة كانت رسالة وينسون تشيرتشيل الى حكومته الجديدة الى البرلمان والشعب البريطانى تعكس محنة بلادهم وحيث لم تكن بريطانيا تستطيع القيام باي حركة لتهديد الدولة النازية لم يقدم تشيرتشيل اي حل سريع وسهل لم يبدي اي تلميح لأي تسوية او تفاهم لم يعد باي شكل من اشكال للسرداء وقال ليس لدي ما اعطيه سوى دمي وجهدي دموعي وعرقي جاءت تشيرتشيل لتولي السلطة مع انهيار الجهود الحربية البريطانية في النرويج بدأ الموقف مأساويا جدا بحيث دخلت بريطانيا وحلفاؤها في اعماق جديدة من الياس منذ الساعات الاولى التي تولى فيها تشيرتشيل الحكم كانت الحرب على وشك الاندلاع في الغرب بدأ هجوم الماني على الحدود الغربية باكملها من البحر حتى سويسرا وفي الشمال زحفت الجيوش الالمانية باتجاه هولندا وبلجيكا في الجنوب الحرب القيى بسبع عشرة كتيبة ضد تحصينات ودفاعة خط ماجينال الفرنسى الاراضى التي وصلت اليها الجيوش الالمانية كانت ذلك الجزء الكبير الذي جرى القتال عليه قبل جيل من الزمن عام اربعين مثل ما في عام اربعة عشر اخذ جيش بريطانى صغير ومحترف مكانا له مع الجيش الفرنسى لكن الحرب عام اربعين كانت مختلفة عن حرب عام اربعة عشر كانت حربا احتلت فيها الحركة مكان الجمود حيث كانت الخطوط الامامية فيها تتحرك لعشرات الاميال يوميا حربا كان لكلمة الخطوط الامامية فيها معنا قليلا واصبحت فيها الخطوط الخلفية مناطق للعدو وفي ثوان تتحول الى جحيم بسبب القصف الجوي الكلمة التي استخدمت تاريخيا لوصف هذه الحرب هي الحرب الخاطفة الحرب الخاطفة كانت كلمة جديدة ولدت في القرن العشرين اول استعمال الرسمي لها كان عام تسعة وثلاثين ومنذ ذلك التاريخ دخلت في لغات العالم بليتس ضو أو وميط كريك حرب بليتس كريك الحرب المومضة او الحرب الخاطفة لنفهم كيف برزت الحرب الخاطفة كاغلب احداث الحرب العالمية الثانية هو ان نفهم تأثيرات الحرب العالمية الاولى عام اربعين حرب الحركة المذهلة هذه جرت على نفس المسرح الذي جرت عليه الحرب العالمية الاولى قبل ثلاثين سنة وقتل فيها جيل كامل وهو يحاول التحرك للامام والخلف فوق نفس الرقعة من الارض عبر تاريخ الصراع البشري ومنذ اول مرة لوح فيها الانسان بالهراوة ترجحت الميزة في الحرب بين طرفي الدفاع والهجوم البدايون الذين استخدموا الهراوات لاول مرة كانوا يمتلكون ميزة لكنهم واجهوا ميزة افضل عندما التقوا بمخترع الدروع دورة الهجوم مقابل الدفاع استمرت في الدوران عبر تاريخ الحروب حتى يومنا هذا في الحرب العالمية الاولى ابدع سلاح واحد فقط المدفع الرشاش اعطى ميزة دفاعية ساحقة كان بامكان رجلين في مواقع دفاعية محصنة مقاومة الف رجل النتيجة كانت الجمود حيث لم يستطع اي طرف شن هجوم حاسم ظهرت الدبابات للمرة الاولى في المراحل الاخيرة من الحرب العظمى كانت تشق طريقها بتساقل نتيجة الوحل والخنادق والاسلاك الشائكة في الاراضي المحايدة مساهمتها في انتصار الحلفاء لم تكن واضحة حام الظلال واشباح عام 14 فوق اكثر قادة الحرب العالمية الثانية في الحرب العظمى لجأ الجنرالات على كلا الجانبين وبعد ان نفدت منهم الافكار الى منطق للسنزاف كان الهدف ليس في هزيمة العدو بل للتدمير لقتل الجنود لقد كانت استراتيجية السنزاف العدو عندما وضعت الحرب العالمية الاولى اوزارها سعى مؤرخ ومنظر العالم العسكريون الى السنباط الدروس يعمد المنتصرون دوما للتفكير بان التكتيكات والاسلحة المنتصرة في الحرب الاخيرة ستفوز في الحرب القادمة اعتقدت فرنسا بان دروس الحرب كانت بان الدفاع يمتلك اليد العليا بان المدفع رشاش والجندية داخل الخندق يمتلكان الميزة سعوا للدفاع عن فرنسا ببناء خط دفاعات على امتداد الحدود مع المانيا كان ذلك خط مجنل والذي وصف بدقة بالجبهة الغربية بني من الاسمنت والمعدن مجموعة حصون مع طرق محمية تحت الارض وانظمة سكك حديدية وغرف كانت بمثابة ثقنات عسكرية رأى جيشا فرنسا وبريطانيا المنتصران الدبابة والطائرة كاسلحة اخرى يجب دمجها مع طرق القتال الحالية تم ربط الدبابات بوحدات الفرسان وامرت الدبابات باثناد المشاة النتيجة كانت سير الدبابات بنفس سرعة المشاة وعلى نفس سرعة الخيول التي تقوم بجر المدفعية كانت مهمتها تكمن في تدمير المدافع الرشاشة ليتمكن المشاة من شن هجمات بالحراب ويهاجم الفرسان بالسيوف سيكون من الخطأ الافتراض بان البريطانيين والفرنسيين تجاهل الدبابات في الحقيقة شكلت الدبابات جزءا كبيرا من جيوش البلدين نقطة الضعف كانت في عقلية القادة وفي نظريات وافكار الحرب كانت اسلحة الجو البريطانية والفرنسية تشاهد في ضوء النظريات المستقبلية وفي ضوء الحروب الخيالية التي يتحقق انتصارها بالقوة الجوية فقط حيث تجلب القاذفات الدمار الى المراكز السكانية والصناعية شجع ضباط سلاح الجو في بريطانيا وفرنسا هذه الافكار واعتبروا الاسلحة الجوية مستقلة عن تدخل الجنرالات او الادميرالات كانت بريطانيا وفرنسا المنتصرتين في الحرب العالمية الاولى عانت المانيا من كارثة قومية ودمرت شروط معاهدة فرساي العسكرية الالمانية تفتحت العقلية العسكرية الالمانية امام الافكار الجديدة ورفضت طرق التفكير القديمة التي فشلت في تحقيق الفوز كانت النازية الاشتراكية القومية تؤمن بانها سياسة المستقبل مع ايدولوجية التجديد والتي احتضنت النظريات والافكار الحديثة وفي هذه البيئة الخصبة اطلقت التقنيات التي ادت الى بروز الحرب الخاطفة الفكرة كانت ايجاد جيش آلي ومدرع تتحرك فيه جميع العناصر باقصى سرعة واصبحت المدفعية والمشاء تتحرك آليا وتساير سرعة الدبابات اصبح بالامكان انزال الجنود المحمولين والمظليين خلف خطوط العدو واصبحت القوة الجوية غير مستقلة ولا تقاتل في حروبها الخاصة بل كرست لمساندة الجيش مع طائرات مصممة لمهاجمة الاهداف التكتيكية وتشكيلات الافراد وخطوط الاسناد لدعم الهجمات الارضية الطائرات الالمانية القتالية شكلت الجسم الاساس في منظوم الجيش النازي بكل ما رافق ذلك من دعاية الا انه في نهاية عام اربعين ظهر ضعف هذه الطائرات امام العالم ومع نهاية الصيف اعدت اللوفتفافا الى الظهور كطائرة قوية ومقاتلة بناء على الرغبة الشديدة للادارة النازية ذات العقلية الحربية النشطة ركزت المانيا على انتاج بعض الطائرات المتطورة عالية الكفاءة في بريطانيا وفرنسا زودت اسلحة الجو بانواع من الطائرات بعضها بلا فائدة قيادة سلاح الجو الالماني وضباطه كان مسواهما عاليا جدا في المانيا كان الانتقال من الجيش لسلاح الجو شرفا ودليلا على الكفاءة وفي بريطانيا وفرنسا كان بداية جديدة للعناصر غير الكفاءة في الجيش رغم حداثة وسائل الحرب الحرب الخاطفة في لب نظريات العسكرية الكلاسيكية والافكار التي كان يمكن ان يتفاهمها اعظم القادة في الماضي مثل الاكسندر الكبير وجنكيز خان ونابوليون لكن الحرب الخاطفة لم تكن سراتيجية اصابة العدو وتدميره بل اساليب ضرب النقطة الحاسمة واساليب مناورات سريعة تسجيب الى رغبة الجنرالات سريعي التفكير كانت الحرب الخاطفة سراتيجية التطويق والمفاجأة يكون النصر فيها حليف الاسرع والاكثر مهارة معنى الدروع بالالمانية هو بانزر انشأت المانيا كتاب دروع متخصصة كانت مع الاسناد الجوي والجنود المحمولين بمثابة رؤوس حربة للهجمات الالمانية تخترق خطوط العدو وتحاصره كان الجيش الالماني يمتلك كتاب تسير على الاقدام وعلى ظهور الخيول عملت على تقليص وتدمير الجيوب التي تحاصرها الدروع حرب الدروع الحرب الخاطفة شكلت كوابيس حقيقية للجنود حيث كانوا يحاصرون بعيدا عن الوطن والامان ولا يوجد مخرط في العاشر من مايو كانت القوات البريطانية والفرنسية اكثر عددا من القوات الالمانية كانت المانيا تمتلك ما مجموعة الفين واربعمائة دبابة والفرنسيون ثلاثة الاف والبريطانيون الفا لكن هتلر قال لجنرالاته ايها السادة انتم على وشك رؤية اشهر انتصار في التاريخ في الجنوب كان هناك خط مجنل تحصينات ستجد اضخم القوات في العالم صعوبة في مواجهتها انها المنطقة التي توقع الفرنسيون الهجوم منها كنوعا من التمويه هلقت المانيا اعداد هائلة من الجنود العاديين بلا اليات او دروعا ضد الخط ولم تمتد التخصينات عبر الحدود البلجيكية ومقابل تلك المناطق في شمال فرنسا وقفت افضل عناصر الجيش الفرنسي وكامل الجيش البريطاني يحرسان الحدود ضد اي تقشة تحاول اجتياز خط مجنل وتنطلق باتجاه باريس هذا ما فعله الالمان عام 14 غزو بلجيكا المحايدة لمباغتة الفرنسيين لكن في عام 40 كان الهجوم اكثر في الشمال باتجاه هولندا وشمال بلجيكا تحول الفرنسيون والبريطانيون لمواجهة الغزو كان الهجوم في الشمال طعما اغراءا واستفزازا كان مصمما لجر البريطانيين والفرنسيين نحو الشمال نحو المصيدة نحو الدمار ومع تحرك الحلفاء الغربيين نحو الشمال وبهدوء وعبر غابات الاردان الكثيفة انطلق الهجوم الالماني الثالث بجيوش مدرع ومركزة في تشكيلة هائلة مبنية على الدبابات اعتقد البريطانيون والفرنسيون بان الدبابات لن تستطيع العمل في غابات الاردان لكن كانت تستطيع العمل حيث زحفت ببطء عبر الغابات الكثيفة حتى وصلت الى الريف المكشوف في النهاية ومع نمو هذا الخطر الصامت وقع اول هجوم ثقيل على الهولنديين في الشمال كان الهولنديون محايدين حقيقيين كانت المفاجأة تامة كان جيش صغير يتولى حماية هولندا من عشر فرق فقط كان جيشا لم يدخل المعارك منذ عام ثلاثين وثمانمائة والف كان سلاح الجو الهولندي يتكون من مائة وخمس وعشرين طائرة فقط وقد دمر نصفها على الارض خلال اولى ساعات الهجوم كان الهولنديون يتراجعون عبر التاريخ خلف الحواجز المائية لكن القوات الالمانية المحمولة تمكنت من اقتحام هذه الدفاعات في الثالث عشر من مايو قام سلاح الجو الالماني بتدمير مركز مدينة روتردام التاريخي والسسلم الهولنديون موسيقى استمر البريطانيون والفرنسيون في التوجه شمالا نحو معركة حاسمة قال هتلر عن الحملة عندما تلقى تقارير حول التقدم البريطاني والفرنسي كانت الطريقة التي سارت فيها الامور حسب الخطة رائعة وعندما وصلت الانباع حول تحرك العدو للامام على امتداد الجبهة كنت ابكي فرحا حيث وقعوا في الشرك الذي صدقوه موسيقى في الثالث عشر من مايو كان الجيشان الفرنسي والبريطاني في اعماق الاراضي البلجيكية والهولندية واندفع الهجوم الالمانيو الثالث من المؤخرة وكان يتسارع باتجاه الاراضي المكشوفة انطلقت الجيوش المدرعة الالمانية بسرعة والتفت حول الغرب وهاجمت موانئ القنوات وحاصرت القوات البريطانية والفرنسية موسيقى بحلول الخامس والعشرين من مايو حلت الكارثة بالجيش البريطاني تعرضت الجهود الحربية البريطانية لخطر الهلاك حيث حوصرت قوة البعثة البريطانية تقريبا فالحرب العظمى دافعت قوة البعثة البريطانية عن هذا الجزء الصغير من اوروبا لاربع سنوات عام اربعين وخلال بضعة اسابيع اقتحمت جيوش مدرعة سريعة الحركة الخطوط البريطانية وحاصرت القوات البريطانية من الخلف وحرمتها من الافلات بالسيطرة على موانئ القنوات النتيجة كانت في ان كامل الجيش الذي ارسلته بريطانيا كاد ان يقع في الاسر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى كان هناك باب واحد منفذ واحد عبر البحر بقي مفتوحا كان ذلك المنفذ ميناء دانكرك الفرنسي بدأ سلاح البحرية الملكي بتنظيم عملية هروب الجيش لاغلاق هذا المنفذ كان على الالمان الاستيلاء على دانكرك الايام بين السادس والعشرين من مايو والثالث من يونيو تعتبر اهم الايام في تاريخ العالم مرحلة في تاريخ الانسانية كانت فيها لافعال رجل واحد وعقل واحد وارادة واحدة تأثير حاسم على كل ما حدث بعد ذلك ضمن حلقة الميناء حيث تواجدت قوات الجيش البريطاني والفرنسي في المكان الذي كان يخطط فيه البريطانيون للهرب اخفيت حقيقة عن الفرنسيين منذ البداية رفض البريطانيون اخلال جنود الفرنسيين وفي مواجهات بشعة فتح الجنود البريطانيون النار على حلفائهم توقف جيش الدروع خارج دانكرك لاعادة تنظيم نفسه واستعادة تشكيلاته والسعدة لاخر هجوم على الميناء كان الجنرالات مساعدين ينتظرون اوامر الهجوم بفارغ الصبر كانت الاوامر تأتي من هتلر وقد تأخرت لثمان واربعين ساعة هل كانت تلك غلطة؟ هل كان هتلر يخشى من المخاطرة بقواته؟ ألم يدرك كم كان قريبا من تحقيق طموخاته؟ هل كان ذلك مجرد فقدان للشجاعة؟ اراد هتلر تدمير واذلال الفرنسيين لكنه رأى في البريطانيين صديقا محتملا وحلم في امبراطوريته الاوروبية المتحالفة مع الامبراطورية البريطانية عبر البحار ومواجهة وتدمير قوات السالن الشيوعية في الشرق بالطبع كانت هناك عوامل عاقة الجيوش الالمانية حاربت القوات الفرنسية بضراوة وصدت الهجمات لكسب الوقت اراد سلاح الجو الالماني اثبات مقدرته نتائج تردد هتلر عرفت في التاريخ باسم معجزة دانكارك شحذت دانكارك موهبة البريطانيين في الارتجال وفي التوحد اثناء الازمات ذلك الجانب العنيد من الشخصيات البريطانية والذي يرفض الاستسلام تحول الى مقاومة عنيفة واكثر قوة تجمع اسطول من السفن الصغيرة السفن السياحية والقوارب الصغيرة وعبرت القنال وساعدت في اخلاء الجيش من الشواطئ التي كانت تتعرض لنيران مدافع وقنابل الرايخ الثالث تحولت الهزيمة النكرا الى نوعا من النصر بالطبع كانت سفن سلاح البحرية الملكية العنصر الرئيسة في الجهود التي بذلت لانقاذ الجيش لكن الصورة الباقية هي للمدنيين للاناس العاديين الذين يقطنون في الجوار تطوعوا لتقديم قواربهم الصغيرة وعبروا بها مياها معادية لانقاذ جنود يتعرضون لهجوم بلا رحمة على الشواطئ المكشوفة موسيقى هرب ثلاثمائة وثمانية وثلاثون الف جندي عبر البحر وبعد هرب البريطانيين اسر مائة الف جندي فرنسي خسرت جميع المعدات الثقيلة مخازن شاسعة للمدفعية ومركبات النقل والدبابات غنمها الالمان والقى بعض الجنود الخوذات والبنادق اثناء الهرب لكن يمكن استبدال الخوذات والبنادق والدبابات حولت دانكيرك الهزيمة المذلة الى نوعا من النصر كانت دانكيرك السعراض للارادة البريطانية التي كانت تنتصر في النهاية كانت دانكيرك واحدة من احداث الايام السوداء في الحرب التي منحت البريطانيين ايمانا في مستقبلهم من المذهل ان نتخيل كيف سيكون التاريخ لو اغلق هتلر المصيدة كانت بريطانيا ستستسلم وقد تنتهي الحرب وتخضع الامبراطورية البريطانية لطغيان هتلر وشروره ومع هرب البريطانيين وفي مايو استسلمت بلجيكا وخضعت الاحتلال المانيا ومع تواجد الالمان على بعد 20 ميلا بحريا من الاراضي البريطانية بدأت شيرتشيل بترديد رسائل التحدي ثانية وفي واحدة من اشهر خطبه اخذ ثانية الكلمات وحولها الى اسلحة سنمضي حتى النهاية سنقاتل في فرنسا سنقاتل في البحار والمخيطات سنقاتل مع ثقة متصاعدة وقوة متصاعدة في الجو سندافع عن جزيرتنا مهما كان الثمن سنقاتل على الشواطئ سنقاتل فوق الاراضي سنقاتل في الحقول وفي الشوارع سنقاتل فوق التلال لن نستسلم ابدا مع تصاعد نبرة تحدي تشيرتشيل استمرت عجلة الانتصارات النازية بالدوران انتهت الحملة في النرويج حيث ان تلك البلاد استسلمت في الرابع من يونيو اصبحت جبهة هتلر الشمالية امنة ومع ان السويد كانت محايدة فقد عزلت من الحرب وابعدت عن التدخل البريطاني حيث وقعت في قبضة دول المحور في فرنسا توجهت القوات الالمانية جنوبا للتعامل مع الفرنسيين الجنود الباقون كانوا من فرق الاحتياط في الجيش الفرنسي وكان تجهيزهم وتدريبهم سيئين وروحهم المعنوية منخفضة كان جيشا يسير على الاقدام ويعود لايام نابوليون بونابارت في التاسع من يونيو تمست فرنسا الى الرئيس الامريكي روزفيلد ليكون وسيطا فرفض قائلا لن يكون له تاثير على الاحداث الاوروبية في اليوم التالى دخلت ايطاليا الحرب حيث احتلت قوات موسوليني جنوب فرنسا كان موسوليني يسعى لينال حصته من الغنائم وان لا يخرج بلا شيء من النصر في الولايات المتحدة تسببت انتهازية موسوليني في ثورة وبدأت طبيعة الهجوم المريرة بزيادة المعارضة الامريكية ضد دول المحور كان يمكن اعتبار تدخل الايطاليين الاول في القتال انذارا بان الايطاليا تستطيع تحقيق التحالف النازي الفاشي تمكن الفرنسيون المعارضون للايطاليين في الجنوب من دحر الغزو الايطالي وانهار الفرنسيون فقط امام هجوم الالمان من الشمال وجنب بذلك تراجع الايطاليين الحرج في فرنسا تسبب الاحساس بالازمة في قيام الحكومة باستدعى بطل من ابطال الحرب العظمى المارشال فليب بيتان الذي كان عام 15 و 16 في ذروة معركة فيردن التي اندلعت في الساعات المظلمة الاولى للازمة اطلق رسالة التحدي الشهيرة لن يمروا واصبحت صرخة الحرب روح التحدي تلك عكست روح التحدي التي اظهرها تشيرتشيل الامر المأساوي هو ان بيتان عام 40 لم يكن نفس الرجل الذي كان بطل عام 15 ذنب الاف الارواح التي ازهقت والذين كانت اخر كلماتهم صرخة الحرب تلك في رقبة هذا الرجل الكهل وفي الحال اقترح بيتان سلاما مع هتلر في العاشر من يونيو هربت الحكومة الفرنسية من باريس واعلنت المدينة مفتوحة خوفا من القتال في المدينة وتدميرها حثت شيرتشيل الفرنسيين على القتال في شوارع باريس والا يستسلم وقد تم تجاهله بعد ذلك باسبوع وفي السابع عشر من يونيو عادت باريس لتمارس اعمالها المصيفون الوحيدون هم الالمان وبينما كان يقوم بعض الفرنسيين بخدمة المحتلين كان هناك اخرون ما زالوا يقاتلون المثير للسخرية هو ان خط مجين الاثبت بانه منيع حتى اخر لحظة موسي اجبر الالمان الفرنسيين على التوقيع على الاستسلام في عربة السكة الحديد ذاتها التي شهدت استسلام الالمان عام ثمانية عشر كانت تلك من اعمال هتلر الانتقامية المذلة التي مارسها على اعداء موسيقى في الرابع عشر من يونيو تحمل سكان باريس منظر الجيش الالماني يسير منتصرا عند قصر الاليزي شروط الاستسلام التي فرضها هتلر على الفرنسيين كانت انتقامية وعقابية على ذل معاهدة فرساي اذلال عانى منه الالمان على الجبهة الغربية تم تخفيض الجيش الفرنسي الى مئة الف تكاليف الاحتلال الالماني يجب ان يتحملها الفرنسيون موسيقى سار هتلر في نزهته المشهورة في العاصمات الفرنسية على الجانب الاخر من القارة الاوروبية كانت تحدث هناك حالة انتهازية اخرى احتل الاتحاد السوفيتي والغى استقلال دول البلطيق الصغيرة لاتفيا لتوانيا واستونيا وضمها الى الاتحاد السوفيتي في السابع عشر من يونيو اصبح بيتار رئيسا للوزراء في الحكومة الفرنسية الجديدة والتي وقعت على سلام مع هتلر كانت قاعدتها بلدة فيشي جنوب فرنسا اصبح نظام فيشي مرادفا للتعاون والخيانة في الثامن عشر من يونيو القى فرنسي اخر شارل ديجول خطابا على الشعب الفرنسي من لندن اعلن بجرأة بان الحرب لم تنتهي وبان على الفرنسيين المقاومة ونفى بان يكون نظام فيشي شرعيا قصة ديجول تثبت حقا بان هناك شيئا اسمه القدر كان ديجول كاثوليكيا مخلصا ووطنيا متشددا وجرح ثلاث مرات في الحرب العالمية الاولى وامضى معظم فترة الحرب اسيرا للالمان حياته حتى الحرب العالمية الثانية كانت عبارة عن جندي مغمور الف كتبا عن حرب الدروع الالية لكن افكاره لم تجد قبولا في العسكرية الفرنسية عام اربعين اصبح قايد فرقة كانت قيد التشكيل لاقت نجاحا ضئيلا اثناء انهيار الجيش الفرنسي في السادس من يونيو عين وزيرا للدفاع في الحكومة التي نظمت بسرعة ظل وزيرا لعشرة ايام فقط قابل خلالها وينسون تشيرتشيل واثار اعجابه موسيقى عندما استقالت الحكومة الفرنسية في السادس عشر من يونيو هرب ديجول الى المملكة المتحدة وبناء على الحاحة تشيرتشيل الشخصي نال منصبه الشهير الجديد عرف ديجول كمتزعم لفرنسا الحرة وبدأ بوضع خطته للضرب مرة ثانية كلما امكن ذلك في مناطق عرفت فيما بعد باسم المقاطعات الفرنسية وكانت خطوة جرية ضد دول المحور وقوات فيشي موسيقى موسيقى رأى ديجول واجبه كنداء ديني الاحداث تفرض هذا الواجب المقدس عليه لن اتوان عن تلبيته موسيقى في السنوات التي تلت ذلك حارب ديجول ببسالة كقائد للشعب الحرب وقام بالعمل بشكل مستقل عن حلفاء ومن خلال ايمان قوي بالنفس رفض ان يصبح خاضعا لبريطانيا وعمل كقائد مستقل حاكمت حكومة بيتان ديجول بتهمة الفرار وصدر عليه حكم غيابي بالاعدام موسيقى المئة الف جندي فرنسي حر كانوا اكبر مجموعة من المنفيين الذين رفضوا الاستسلام الى الالمان وهربوا من اوروبا المحتلة ووجدوا طريقهم نحو بريطانيا لمواصلة الحرب تواجدت هناك فرقة تشيكو سلوفاكية قوامها خمسة الاف جندي كجزء من الجيش البريطاني وكانت اربعة اسراب من سلاح الجو البريطاني تحلق مع تشيكيين القوات المسلحة البولندية شكلت حجما كبيرا من القوات المضادة للنازية عام اربعين كان هناك اربعة عشر الف جندي وسفن حربية وتجارية لا تحصى وخمسة اسراب من سلاح الجو البولندي وفي حرب بريطانيا القادمة كان الطيارون البولنديون من اقوى وانجح الطيارين الذين دمروا الطائرات المهاجمة الالمانية موسيقى 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 في بداية شهر يوليو جرت مواجهة اثبتت للعالم بان تحدي تشيرتشل لم يكن مجرد كلمات الاصول الفرنسي والذى كان رابع اكبر اصول في العالم بقي راسيا ولم يشهد ايا قتال خشي البريطانيون قيام حكومة فيشي بتسليم هذه السفن ووضعها تحت تصرف الالمان ارسل سلاح البحرية الملكي اصولا قويا ليقف قبالة مواني رسول الاصول الفرنسي ووضع الادميرالات الفرنسيين امام خيارات مرة اما الانطلاق الى البحر والانضمام الى الاصول البريطاني او اغراق سفنهم او التعرض للدمار رفضت القيادة البحرية الفرنسية الانصية على الاوامر وامرت السفن بالخروج الى الموانئ التي يتواجد فيها الاصول الرئيسي لمواجهة البريطانيين اعترض سلاح البحرية البريطاني على الرسالة واطلقت السفن البريطانية ايرانها كانت السفن الفرنسية الراسية اهدافا سهلة وتعرض معظم سلاح بحرية فيشي للدمار قتل حوالي 1300 بحار فرنسي خلف ذلك مشاعر مريرة موسيقى 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 كلمات تشيرتشيل تحولت الى افعال كان على بريطانيا ان تدفع اي ثمن للبقاء موسيقى في الخامس من اغسطس احتلت القوات الايطالية الصومال التي كانت مسعمرة بريطانية شرق افريقيا دافع الحرب كان ثانية غرورا موسوليني وتعطشه للفتوحات لاضافتها الامبراطوريته الرومانية الجديدة القتال بين القوى الاوروبية والايدولوجيات الاوروبية كان ينتشر فوق سطح الكرة الارضية بحيث اثر على الشعوب كان الرجال يقاتلون ويقتلون في زوايا الارض كان لسقوط فرنسا تاثير واسع على مجرية الحرب حيث اثر على حرب المصادر الطبيعية حرب القوة الاقتصادية والصناعية قيل بان الحروب تمتلك عند جذورها السيطرة على المصادر الطبيعية والغذاء والمواد الخام والبضائع المصنعة والاسلحات نفسها امتلاك هذه المصادر هو نفس اهمية اعداد ونوعيات الجيوش واسلحة البحرية والاسلحة الجوية في تحقيق النصر لم تكن الشروط المسبقة لحرب المصادر في صالح بريطانيا عام تسعة وثلاثين اكتفت المانيا ذاتيا من الطعام ومعظم المواد الخام موارد الطاقة لديها اعتمدت على الفحم والزيوت المستوردة لكن التقنيات والعلوم المتقدمة كانت تعني امكانية استخراج بدائل الزيوت من الفحم في بريطانيا كان الوضع مختلفا كانت بريطانيا دولة تجارية وانظارها موجهة نحو بقية العالم كان اصولها التجاري الاكبر حجما واحتاجت للسيراد ما لا يقل عن خمسة وخمسين مليون طن من البضائع سنويا لبقائها مقارنة مع الاكتفاء الذاتي الالماني كان على الاصول التجاري احضار القمح من امريكا الشمالية واللحم من جنوب افريقيا والسوراليا لو توقفت جميع الواردات الملاحية الى بريطانيا لاحتاج البريطانيون بضعة اشهر ليموتوا من الجوع مع اندلاع الحرب ضرب سلاح البحرية البريطاني حصارا حول المانيا واغلق الفجوات الصغيرة للقنوات ولبحر الشمال وقعت القوة البحرية الالمانية في المصيدة وكان على السفن الحربية مواجهة رحلة طويلة قبل مهاجمتها التجارة البريطانية مع سقوط فرنسا تبدلت الارضية التي كانت تملي الاسراتيجية البحرية مع احتلال فرنسا اصبح بامكان الالمان استخدام الموانئ الاطلسية الفرنسية من حيث انطلقت سفن نابوليون قبل مئة عام لتتحدى الانجليز صراع اخر يكافح فيه البريطانيون من اجل الحياة او الموت ضد دكتاتوري دولي اصبح لدى الغواصات الالمانية الان منفذ سهل الى مياه المحيط الزرقاء العميقة والصافية وبمجرد مغادرة الغواصات مياه الساحل الفرنسي دخلت الى خطوط الملاحة التي كان يمر عبرها الزيت من افريقيا والشرق الاوسط ويمر السلاح الى الامبراطورية البريطانية في اعالي البحار والمواد الاستراتيجية التي لم تستطع طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني الطيران بدونها مجرد الابحار لمسافة ابعد بقليل ويجدون امامهم السفن الحاملة للطعام من الامريكيتين لم تكن المانيا مساعدة للاستفادة من هذا الوضع حيث كانت اعداد الغواصات تتزايد ببطء في البداية قالت تيرتشيل بعد الحرب بان حرب الغواصات كانت تلك التي ارعبته بحق لم تكن حربا ذات معارك مبهرة وانجازات براقة بل حرب احصائيات ورسومات ومنحنيات لم تكن العامة لتفهمها حربا لا يوجد للكلمات المشجعة والروح المعنوية فيها اي تاثير ومع سقوط فرنسا وقفت بريطانيا بامبراطوريتها لوحدها ضد هتلر السلاح الوحيد كان لهجة التحدي وثانية حاولت تيرتشيل الكلمات الى اسلحات حادة دعونا نتكاتف معا في اداء واجباتنا بحيث انه اذا ما كتب للامبراطورية البريطانية والكومنويلث ان يعمرا لالف سنة سيقول الرجال بان تلك كانت اروع لحظاتهم واذا ما اخفقنا فان العالم باسره بما فيه الولايات المتحدة سيغوص في جحيم عصر الظلمات والذي سيزداد سوءا وطولا من جراء نور العلم المنحرف لم يكن لدى بريطانيا اية سراتيجية سوى البقاء كانت امال تيرتشيل تكمن في اقحام امريكا في الصراع كان الناس في جنوب بريطانيا ينتظرون الاحتلال تم تجنيد الكهول والصغار لحراسة المنازل واعطى ذلك شعورا بالمشاركة ومع مرور الوقت اصبحت اجراءات الاسلحة المبتدعة كوميدية واصبحت موضع سخرية من بين حرس المنازل او الحرس الوطني دربت نخبة تدريبا خاصا لاعمال التخريب من اماكن سرية وهكذا كان جيش من الكهول والصبية يستعد للدفاع عن منازلهم ضد جبروت الجيش الالماني والذي كان احدث جيش في العالم مستخدمين الرماح والاسلحة الاخرى كاجراء يائس لمواجهة معاناة الشعب البريطاني من صميم واجباتكم قد يصادفكم الحظ وتقابل العدو عندها احد واجباتكم ان تطلقوا النار فورا اطلقوا لتقتلوا في السنوات اللاحقة وعندما السدى يحرس المنازل الالماني الى المعارك الحقيقية وكان على الكهول والاطفال مقاتلة الجنود ذي الخبرة القتالية لم تكن هناك فكاهات او كوميديا بل مجرد مأساة يائسة خيم جو الخوذ والتوتر على بريطانيا باكملها وكان هناك ايضا جو من عقدة الخوف تمزقت التركيبة النفسية والاجتماعية لبريطانيا وزيلت ارشادات الطرق لتضليل العدو نشرت العوائق في الحقول لاعاقة القوات المحمولة اجريت تجارب طائشة لاشعال النيران في البحر وبرزت حمى المظلات حيث انتشرت الشائعات حول المخربين والمتسللين ودارت قصص غريبة حول دخول المان بالبزات العسكرية البريطانية والتي نتجت عن عدم التعرف على الجنود البولنديين والشيكيين الاصطورة الكلاسيكية كانت في سير مظليين المان في الريف الانجليزي متخفين في زي الراهبات فككت تركيبة البلاد للحاجة الماسة للمعادن جمعت اباريق الشاي والمقال الالمنيوم لصنع الطائرات الحربية وفككت السكك والسياج الحديدية لبناء السفن الحربية كان ذلك بمثابة حركات دعائية ايضا بكونها بحثا حقيقيا عن مواد الحرب احتاجت البلاد لتشعر بان هناك شيئا ما يحدث وليكون كل شخص طرفا في ذلك العلامات التي تدل على عقدة الخوف انعكست في التغيرات السياسية والاجتماعية على الاراضي البريطانية اول قرارات حكومة تشيرتشيل سن قوانين جديدة لالغاء الحريات الشخصية البريطانية التقليدية والحق في الحصول على ممتلكات خاصة اصبح الان بالان كان الطلب من اي شخص القيام باي عمل والسيلاء على الممتلكات لتكون جزءا من المجهود الحربي والغي الحق في الاضرابات فردت الضرائب بنسبة 100% لمنع ظهور اثرياء الحرب المثير للسخرية ان الديمقراطية انتهجت نهجة ديكتاتورية التي سعت لتدميرها ونمى الخوف من الاعمال التخريبية لذا اعتقل واحتجز المشكوك فيهم من الناحية السياسية الزعيم الفاشي البريطاني فيما قبل الحرب اوزولد موزلي سجن واعتقل اتباعه في الاتحاد الفاشي البريطاني مع ممارسة الناس في بريطانيا لحياة الخوف والفزع بقيت الحقيقة ثابتة وهي انه على بعد بضعة اميال كانت القوات الالمانية المسلحة تعد العدة لاكمال الحرب بغزو بريطانيا الحقيقة التاريخية ان الحروب لا تنتهي بالطريقة التي يتخيلها القادة السياسيون والجنرالات لقد حققت الحرب الخاطفة نجاحا مذهلا للنازيين بسرعة لم يتوقعوها لم تكن نظرة هتلر للعالم تتضمن للسيلاء على الامبراطورية البريطانية اعتقد هتلر بانه شاهد قدره منذ ايامه السياسية الاولى في الحركة النازية وشاهد الشعب الالماني يخوض حربا عظمى في الشرق ضد الشيوعية السوفيتية وفيما كان هتلر يسعى للانتقام المذل من الفرنسيين والذين رأى فيهم مهندسي اذلال المانيا قبل الحرب لكن لم يكن يخطط لمحاربة بريطانيا وامبراطوريتها والان واجهت القيادة الالمانية الحاجة للتخطيط لغزو بريطانيا بالنظر الى تاريخ اوروبا الطويل وجدت المانيا الان نفسها في معضلة كلاسيكية انها قوة عالمية اعتادت الى النظر داخل القارة من الناحية الاسراتيجية نحو الشرق تخوض حربا فوق اليابسة والان فانها تواجه تحدي هزيمة قوة بحرية مسيطرة سميت عملية غزو بريطانيا بعملية اسد البحر لم تكن المانيا قوة بحرية عظمى تاريخيا وخطط الهجوم على بريطانيا وكأنه عبور احد الانهار سيتم الانزال على شواطي جنوب بريطانيا وستنطلق الدروع باتجاه الشمال اليوم نرى الحرب البرمائية بالحوامات والقوارب التي تقوم بعملية الانزال لم يكن ذلك واردا عام اربعين الاصول الذي كان سيقوم بحمل الجيش الالماني عبر البحر كان اشريعة نهرية وسفنا تجارية لم يكن سلاح البحرية الالماني كبيرا ليواجه سلاح البحرية البريطاني في معركة حامية بين الاساطيل كانت بريطانيا تاريخيا القوة البحرية المسيطرة وكان بمقدور سلاحها البحري اجتياح وتدمير اي اصول من القوارب يسعى لعبور القنال لاول مرة كانت هناك طريقة لحل مشكلة القوة البحرية الالمانية كانت جميع الاسلحة البحرية عام اربعين ضعيفة امام الهجمات الجوية كانت الطائرات وليست مدافع السفن الحربية سبب خسارة السفن الرئيسية كان بالامكان مواجهة السيطرة البريطانية البحرية بالسيطرة الجوية الالمانية لفرض السيطرة الجوية كان على الالمان تدمير السلاح الجوي البريطاني كلمات تشيرشيل كانت انتهت معركة فرنسا وبدأت معركة بريطانيا في الحلقة القادمة من الحرب العالمية الثانية القصة الكاملة تبدأ معركة بريطانيا جوا فوق جنوب بريطانيا وسلاح الجو الالماني يضع اكثر من الف قاذفة قنابل ضد مقاتلات سلاح الجو الملكي للسيطرة الجوية فوق بريطانيا والقضاء على القوة البحرية البريطانية وتمكين الجيش الالماني من عبور القنال والقيام باول غزو اجنبي لبريطانيا منذ حوالي الف عام ومع تشتت الجيش بعد معركة دانكيرك ومع استعداد حرس المنازل للقتال بالرماح فان الدفاع البريطاني مستقبل الحضارة كان يقع في ايدي اقل من ثلاثة الاف رجل طياري سلاح الجو الملكي والذين كانت تشيرتشيل يدعوهم بالقلة ان المعركة هي حرب الشجاعة والتقنية يظهر هذا في المواجهة الجوية بين المقاتلات المتطورة ومن هنا ولدت اصورة طائرات سبيتفير وهوريكان المرادار الحديث والذي انبثق عن افكار الخيال العلمي المتعلق باشعة الموت لعب دورا حاسما في هزيمة سلاح الجو النازي ومع مجازفة هتلر وقائد سلاح الجو الالماني جورينغ بالقاء المزيد والمزيد من القوة الالمانية بدأت موجة الحرب تنقلب ضد بريطانيا وفي تبدل درامي للسياسة يتخذ هتلر ثانية الخيار الخاطئ ويسبب الخسائر التي يتكبدها سلاح الجو الالماني في التخلي عن الهجمات وتنتهي معركة بريطانيا وتبدأ عملية القصف الجوي هجمات شرسة الليلية تجلب الموت والدمار للمدن حيث يحاول هتلر تحطيم ارادة الشعب البريطاني ويخفق هتلر جهوده تزيد من تصميم الشعب البريطاني على عدم الاستسلام ابدا اشتركوا في القناة تمر بريطانيا وامبراطوريتها في احلك ساعاتها في اسوي وضعا لها خلال الحرب فيما تقف القوى النازية على خافة النصر في صيف عام اربعين وبعد بضعة اشهر تحولت الحرب الزائفة الى حرب حقيقية طاحنة ومأساوية بعد حملة مأساوية في النرويج رئيس الوزراء البريطاني نيفل تشامبرلين مهندس سياسة الاسترضاء في الثلاثينيات الذي ضحى بتشيكو سلوفاكيا في مؤتمر ميونيخ وفقد ثقة الشعب البريطاني والبرلمان نحي عن السلطة بشكل مأساوي والسبدلة بوينستون تيرتشيل جاءت تيرتشيل الى السلطة ولم يعرض على الشعب البريطاني اي شيء سوى الدم والعرق والدموع ربيع وبداية صيف عام اربعين جلبا للشعب البريطاني الاخبار السيئة وللقوات المسلحة البريطانية وحلفائها الهزيمة تلو الهزيمة سقطت القارة الاوروبية بسرعة امام الحرب الخاطفة للجيوش المدرعة هولندا وبلجيكا وفرنسا كلها استسلمت خلال بضعة اسابيع تعرض الفرنسيون للاذلال مع سعراض القوات الالمانية اسفل قصر الاليزي حصر الجيش البريطاني في فرنسا ولم يكن خلفه سوى البحر لحظات غامضة لم يحسن فيها هتلر الامر انقذت ربع مليون جندي بريطاني وفرنسي اخلوا من شواطئ دانكرت باسطول من السفن والقوارب الصغيرة وفي بريطانيا انتظرت الدولة والشعب غزو الجيوش النازية تحول شاطئ بريطانيا الجنوبي الى معسكر محصن جند حرس المنازل من الكهول والصبية بسرعة وانتظروا وهم يحملون اسلحتهم المبتدع فقك التركيبة ونسيج البلاد ليكون وقودا للمجهود الحربي لبناء الطائرات والدبابات والسفن انتظر السكان اصوات اجراس الكنائس والتي ستكون ايذانا لبدء الغزو انتاب الشعب البريطاني الخوف والرعب والاشاعات حيث كان الجواسيس والمتسللون يشاهدون في كل مكان وفي اماكن اخرى بدى وكأن العالم يدير ظهره لبريطانيا وامبراطوريتها قضى الاتحاد السوفيتي على استقلال دول البلطيق حيث منح هتلر السوفيت حكما مطلقا في الشرق انضمت ايطاليا الفاشية الى الحرب اصبح محور روما برلين تحالفا عسكريا وسياسيا الان بقيت الولايات المتحدة ثابتة على حيادها انظرت شيرتش الاعداء بريطانيا بانه سيقاتلهم على الشواطئ وبان بريطانيا لم تستسلم ابدا في ذروة صيف عام اربعين كانت المعركة لبقاء بريطانيا وحرية اوروبا تجري ليس على الشواطئ بل في سماء جنوب بريطانيا الزرقاء قصة معركة بريطانيا هي قصة اسلحة قصة تقنية بقدر ما هي قصة بطولة وطنية جماعية وشجاعة الشبان الفردية وبذلك فانها تكرار لقصة قديمة منذ الايام الاولى للحروب للصراع البشري فان الحاجة للبقاء الحاجة للدفاع عن النفس ضد الاعداء حفزت الاختراعات حفزت اختراعات الاسلحة الاكثر دمارا والاكثر رعبا الاسلحة التي تضرب بقوة وبسرعة اكبر تواجهها دوما اسلحة اكثر قوة او افضل دفاعيا وافضل دروعا وافضل خماية لنفهم معركة بريطانيا علينا النظر الى الخلف قبل الحرب عندما كان المفكرون العسكريون في العالم يتخيلون وينظرون حول الصراعات المستقبلية مع حلول القرن الماضي يصعب ادراك ان اختراع الطيران حدث ما زال يتواجد ضمن الذكرى الحية وبان طيران الاخوى رايت كان فقط عام 1903 قبل سنوات الحرب كانت الطائرات اختراعا يحبس الانفاس كان من معجزات العلم التي اذهلت العالم تنامى دورها الحربي خلال الحرب العالمية الاولى عام 14 بدأت بمهام الاستطلاع اي بعمل الجواسيس وبحلول عام 18 كانت الحرب دفعت التقنية للامام حيث طورت الطائرات المتخصصة كالالات الحربية والقاذفات والمقاتلات شهدت الحرب العظمى اول قصف استراتيجي للمدنيين والاهداف الصناعية الاناس العاديون البعيدون جدا عن ساحات القتال واجهوا لاول مرة اختار الهجمات الجوية ومع نهاية الحرب تطورت التقنية وكان بمقدور قاذفة استراتيجية بريطانية عام 19 عبور المحيط الاطلسى لاول مرة المنظرون العسكريون رأوا بان الطائرة سلاح حاسم قادر على طبيعة الحروب للابد واصبح مخرجا من فضائع حروب الخنادق رأى السياسيون ان الطائرة تستطيع كسب الحروب بدون اصابات وخلال بضعة ايام كان السياسيون والعسكريون يؤمنون بان القاذفة ستتمكن دوما من العبور بين الحربين كان يعتقد بشكل واسع بان الحرب القادمة ستكون معركة جوية قصيرة حيث سيكون النصر فيها لصاحب السيطرة الجوية التهديد بلجوء القاذفات الى الدمار الشامل قد يؤدي الى الانتصار دون اللجوء الى قصف المدن وربما تقصف المراكز الصناعية مما يؤدي الى اخلال السكان وقد يعمد العدو لاستعمال الغازات السامة ولان هذه النظرية كانت قائمة لم تجازف اية حكومة عاقلة في مواجهة الدمار بهذه الطريقة ستكون الحروب مستقبلا نظيفة وقصيرة مع قتل ودمار اقل التجارب فيما بين الحربين اثبتت بان القاذفة ستعبر دوما وبان القوة الجوية ستأتي بالنصر المتوقع القاذفات النازية التي دعمت فرانكو في الحرب الاهلية الاسبانية جلبت الدمار السريع للمدن الاسبانية مصير مدينة جورنيكا في اقليم الباسك كان انذارا للعالم من القوة الجوية استخدم سلاح الجو البريطاني القاذفات بلا رحمة للسيطرة على الاجزاء البرية من الامبراطورية البريطانية دون اصابات بريطانية حيث قصف القرى المتمردة في الدول العربية وافغانستان متجنبا بذلك المجازفة بارسال الجنود خلال الثلاثينيات استخدم سلاح الجو الايطالي الطائرات والغازات السامة لاخضع قوات الامبراطور هيلا سلاسي في اثيوبيا بالطبع كانت النجاحات السهلة مجرد وهم لم تكن حكومة الجمهورية الاسبانية تمتلك سلاحا جويا او نظام دفاعا جويا للتعامل مع السلاح الجوي الالماني كانت مدينة جورنيكا هدفا سهلا بلا حماية الشعوب القبلية التي ارهبها سلاح الجو البريطاني لم تكن لديها دفاعات جوية ولا ملاجئ ولا مقاتلات حتى سلاح الجو البريطاني يستطيع عمل اشكال رهيبة وارشادات ارضية للمساعدة في الملاحة المجتمع الاسيوبي الذي هاجمته ايطاليا كان يعود للقرون الوسطى بتركيبته وتقنيته مع ذلك اثبتت الحرب العالمية الثانية وحتى معركة بريطانيا بان القوة الجوية لا تقاوم الجنود من بولندا الى فرنسا وعبر القارة الاوروبية فروا فزعين قتلتهم بوحشية هجمات الطائرات الالمانية التي كانت تساند الجيوش الالمانية المتقدمة وثانية لم يكن النجاح برهانا على نظريات القوة الجوية استخدام الطائرات لدعم القوات الارضية بعيد جدا عن القوة الجوية الاستراتيجية التي تستخدمها دولة متقدمة صناعيا لهزيمة دولة اخرى الحرب الخاطفة الزاحفة عبر اوروبا كانت وسيلة جديدة لكنها كانت نظرية جمعت ما بين الدبابات والطائرات والمشاه لالحاق الهزيمة بجيش العدو في معركة بريطانيا ولأول مرة قاتلت القوة الجوية وحدها في معارك منفصلة سلاح جو مقابل سلاح جو اخر غير متأثر باحتياجات الجنود والبحار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى يميل التاريخ لتحديد بداية ونهاية الاحداث تنظر رؤية الاحداث بوضوح لحظة وقوعها بدأت معركة بريطانيا بانتهاء معركة فرنسا طوال يوليو عام اربعين جرت مناوشات بين المقاتلات غارات ثانوية كانت سلاحان الجويان يختبر كلاهما اماكن ضعف الطرف الاخر اسمى هتلر يوم الثالث عشر من اغسطس يوم النسر عندما بدأ الهجوم الرئيسي مرسوم هتلر السابع عشر امر سلاح الجو الالماني بما يلي التفوق على السلاح الجوي البريطاني مع جميع القوات وقياداتها بسرعة لمهاجمة الوحدات الطائرة والمنشآت الارضية وخطوط الامداد وصناعة الطائرات كان هدف سلاح الجو الالماني يوم النسر بسيطا تدمير السلاح الجوي البريطاني كاملا بعدها سيستطيع سلاح الجو الالماني شن الهجمات في اي وقت واي مكان يريدهما وستكون له السيطرة الجوية مع احتلال السيطرة الجوية سيعجز سلاح البحرية البريطاني عن صد عبور الجيش الالماني للقنال البريطاني بعدها تبدأ عملية اسد البحر وهي غزو واحتلال الجزيرة البريطانية جمع سلاح الجو الالماني كل قوته فوق شمال فرنسا والدول المنخفضة قال فيلسوف الحرب الصيني القديم سونسو يتم الانتصار او الهزيمة في كل حرب قبل ان تبدأ حيث ان جميع العوامل التي تقرر نتيجة الصراع تكون متواجدة في الرجال في السلاح في الجغرافيا وفي عقول وخطط القادة في ذلك الصيف عام اربعين واثناء استعداد السلاحين الجويين للمواجهة كان لكل منهما نقاط قوة ونقاط ضعف كان سلاح الجو البريطاني صغيرا لا يزيد عن ستمائة طائرة ولا دور لقاذفاته في المعركة لكن الطائرات المقاتلة كانت اساطير الحرب طائرة سبيتفاير وهوريكان كانت هوريكان مهاجمة مدمرة للقاذفات الالمانية بسلاحها وتصميمها كبدت سلاح الجو الالماني خسائر فادحة وبمجرد رؤية الطيار للعدو فان هوريكان تجعل عملية القتل سهلة وسريعة كانت قوية تجعل الطيار يشعر بامان كان هيكلها قويا يمكنها من مقاومة الاضرار وإيصال الطيار الى موطن سبيتفاير كانت بلا شك اجمل طائرة كانت طائرة انسيابية ذات تقنية ثورية متطورة وكانت اكثر سرعة واكثر رشاقة مزايا طائرة سبيتفاير جعلتها الطائرة المناسبة والاختيار الافضل لمواجهة المقاتلات الالمانية كانت سبيتفاير اصورة حرب فازت في معركة بريطانيا لسلاح الجو البريطاني الحقيقة كانت في ان طائرات الهوريكان اكثر عددا واسقطت الكثير من الطائرات الالمانية كانت الهوريكان ارخص واسهل صناعة والافضل في تدمير القاذفات كانت الطائرتان معا تنتقمان من سلاح الجو الالماني كانت سلاح الجو الالماني متفوقا عدديا يتكون من قاذفات قنابل تزيد عن الالف طائرة بنيت في ثلاثة تصاميم هنكا المائة واحد عشر دورنيار سبعة عشر وجيو ثمانية وثمانين كانت مشكلة هنكا المائة واحد عشر ودورنيار سبعة عشر تكمن في حمولتها الخفيفة من القنابل وفي سلاحها الدفاعي الضعيف تصميم مقدمتها جعل طاقمها يشعر بالضعف طائرة جيو ثمانية وثمانين كانت افضل قاذفة قنابل المانية لكنها ابطع من الهوريكان البريطانية ورغم صغرها كانت تستطيع القاء قنابلها بدقة وتحمل الضغوطات الجوية نتيجة عملية الغطس كانت كلها قاذفات متوسطة الحجم لا تستطيع حمل الكثير من القنابل كما جرى في نهاية الحرب من نقاط ضعف سلاح الجو الالماني عدم انتاجه قاذفات املاقة باربعة محركات والتي اثبتت فعاليتها مع نهاية الحرب غالبا ما كان غرور الدكتاتورية النازية سبب سقوطها القاذفات متوسطة الحجم مكنت من بناء عدد كبير من الطائرات اسرع وارخص كان مشهد اعداد الطائرات الهائلة متوسطة الحجم وهي تحلق فوق نورنبيرغ مؤثرا بالاضافة الى القاذفات الثلاثة متوسطة الحجم كان هناك ثلاثمائة قاذفة ستوكا جناحاها المميزان مكناها من الغوص عموديا تقريبا بحيث تلقي حمولتها الخفيفة من القنابل بدقة كانت بطية وثقيلة اثناء الطيران العادي ورغم تسببها الرعب للجنود على الارض فقد كان عليها الخضوع للاختبار في معارك تجري بين الاسلحات الجوية موسيقى موسيقى السلاح الاخر في القوة الجوية الالمانية كان المقاتلات مع بداية معركة بريطانيا كان سلاح الجو الالماني مزودا بطائرتين مصر شميث مئة وعشرة وكانت مقاتلة بمحركين وتسليحها ثقيلا اعتبرتها القيادة النازية صفوة سلاح الجو الالماني في الحقيقة كانت اخطر طائرة تواجه سلاح الجو البريطاني هي مصر شميث مئة وتسعة مقاتلة بمقعد ومحرك واحد وتعادل سبيتفير واسرع من هوريكان موسيقى كانت مصر شميث مئة وتسعة اقل ديناميكية من سبيتفير لكن قلب الطائرة ومحركها منح هذه الطائرة الالمانية ميزة في المعارك الجوية ومع انهما متعادلتان في السرعة والتسليح الا انه طالما بقي الناس يتذكرون تلك الحرب سيبقى هناك جدل حول من كانت الافضل هل هي سبيتفير ام مصر شميث موسيقى كانت قوة سلاح الجو الالماني اكثر من الف قاذفة واكثر من ثمانمائة مقاتلة مقابل ستمائة مقاتلة سبيتفير وهوريكان لسلاح الجو الملكي العوامل المهمة في معركة بريطانيا كانت التقنية وليست حمولة القنابل وعوامل السرعة ودوائر الالتفاف ومعدل النيران كانت عناصر الطائرات قادرة على تحديد الفوز والخسارة كانت معركة بريطانيا معركة ابادة الجانب الذي يخسر اكثر الطائرات واكثر الطيارين سيكون المهزوم ومع تعادل الخسار في كلا الجانبين فان الجانب الاسرع في بناء والسبدال الطائرات المفقودة سيكون الفائزة في النهاية من حقائق التاريخ انه في صيف عام اربعين كان بامكان المصانع البريطانية التفوق على المصانع الالمانية كان يمكن انتاج خمسمائة طائرة سبيتفير وهوريكان شهريا الانتاج الالماني كان اقل من النصف ابادة للطائرات وابادة للطيارين اكثر طائرة متطورة في العالم تكون عديمة الفائدة اذا لم يتواجد الطيار الذي يقودها ويحارب بها المقاتلات مثل 109 وسبدفير كانت بحاجة الى طيارين محترفين سرعة سبيتفير ورشاقتها واستجابتها للقيادة كانت ترعب الطيارين المبتدئين وهنا كان الالماني يمتلكون الميزة حيث جند الشبان في سلاح الجو الالماني في الثلاثينيات وكان بامكان المانيا استدعاء عشرة الاف طيار مؤهل بينما كان لبريطانيا اكثر من الفي طيار بينهم هوات من نواد الطيران والبقية من طياري سلاح الجو البولندي والتيكي كان بمقدور سلاح الجو البريطاني تدريب خمسين طيارا اسبوعيا لكن تقنية المعركة كان لديها بعد اخر الرادار قصة الرادار مثال كلاسيكي لكيفية قيام الابداع الانساني بعمل الارتباطات بين الحربين دار سؤال في ابحاث الطائرات البريطانية هل يمكن استخدام موجات الرادار كاشعة قاتلة او ايقاف محرك طائرات العدو او غلي دماء الطيارين كان كلا الامرين ممكن النظرية الرد العلمي كان عدم امكانية جعل موجات الراديو قوية للقيام بمثل هذه الاعمال حيث انها ترتد وتم عمل ربط كانت الطائرات المحلقة تسبب تشويشا لبث اذاعة البي بي سي ومن هنا ولدت فكرة الرادار بين الحربين كان يعتقد بان اكتشاف الطائرات المهاجمة وتعقبها مستحيل كان ذلك محوريا في الاعتقاد بان القاذفة ستعبر استخدام الرادار ميز سلاح الجو البريطاني في معركة بريطانيا من الخطأ الافتراض بان بريطانيا لوحدها كانت تمتلك الرادار عام اربعين كانت الدول الكبرى تمتلك برامج للرادار وكان البرنامج البريطاني الاكثر تقدما الاهم ان بريطانيا فاهمت اهمية هذه التقنية وكيفية استخدام الرادار والتعامل مع المعلومات واستخدام البيانات للسيطرة على المقاتلات وتوجيهها نحو القاذفات القادمة كانت بريطانيا الوحيدة لدى اندلاع الحرب التي بنت شبكة محطات رادار كاملة لم تدرك المانيا قيمة واهمية هذه التقنية تجاربها الوحيدة في الرادار قادتها الى طرق مختلفة وحجبت عنها قيمة النظام البريطاني ومع ذلك حددت عدة عوامل الطريقة التي دارت فيها الحرب ومقدرة كل طرف على الفوز جرت المعركة فوق الاجواء البريطانية كان امام الطائرات الالمانية وقت قصير للقتال والعودة للتزود بالوقود والاسلحة الطائرات والطيارون الالمان الذين يسقطون يفقدون للابد اما الطائرات البريطانية والرجال فكانوا يعودون للمعركة كان السلاحان الجويان متعادلين في نقاط القوة والضعف بحيث يمكن تحديد فرص الفوز والخسارة احدى نقاط ضعف الالمان كانت خطة معركتهم مع انهم يدركون بان هدفهم الواضح كان تدمير سلاح الجو البريطاني لكن القادة الالمان افتقدوا فكرة كيفية تحقيق الهدف شهد مسار الاحداث في الاجواء البريطانية فلال معركة بريطانيا التخلي عن الخطط وتغييرها وشهد خططا بديلة مبنية على معلومات غير دقيقة ادى ذلك كله الى فشل المانيا الذريع فوق كل شيء امن الالمان بانهم اذا اقتحموا سلاح الجو البريطاني في معركة حاسمة سيدمرون مقاتلاته لتبدأ عملية الغزو التي اطلق عليها غورينغ الضربة القاضية كان هتلر يأمل انه بتدمير سلاح الجو البريطاني ستستسلم بريطانيا دون غزوها تنقسم معركة بريطانيا الى عدة مراحل في المرحلة الاولى وفي يوم النصر هاجم سلاح الجو الالماني بعض المطارات وميناء بورتس ماوث البحري والملاحة في القنال الانجليزي وبعض محطات الرادار ومصانع الطائرات الهدف توجيه الضربات المكثفة لكل مكان والسفزاز سلاح الجو البريطاني للقتال لم يتحرك سلاح الجو البريطاني في المرحلة الاولى والامر الحاسم انه لم تهاجم محطات الرادار ابدا بعد هجوم اليوم الاول الاستخبارات الالمانية لم تدرك فعالية هذا النظام البريطاني كانت النتيجة مواجهة القوات المهاجمة دوما بالمقاتلات البريطانية امتلأت اجواء جنوب بريطانيا بالطائرات عشرتة الاخبار اظهرت حرس المنازل الفخورين فوق الطائرات المحطمة في الحقول اشتركوا في القناة 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 لم يسبق في تاريخ الصراع الانساني اندان الكثيرون للقليلين بالفضل بهذا الحجم القليلون كانت تلك النقطة المهمة كانت اعداد طياري سلاح الجو الملكي قليلة ومع قدرة بريطانيا على استبدال الطائرات المفقودة لكن اعداد الطيارين كانت تتناقص بعد اسبوعين كانت شجاعة الطيارين وتقنية الطائرات والرادار تعني بان النتيجة المتوقعة لم تحدث فطائرات بريطانيا ما زالت في الاجواء منذ الرابع والعشرين من اغسطس برزت تكتيكات جديدة وبعد نفاذ صبر سلاح الجو الالماني بدأ بالتركيز على مهاجمة مطارات سلاح الجو البريطاني فقط اعتقد النازيون بان سلاح الجو البريطاني سيحشد كامل قوته للدفاع عن نفسه وعن مقدرته على القتال نفذت الهجمات مجموعات قاذفات صغيرة ترافقها تشكيلات مقاتلات كبيرة ومع هذه الاستراتيجية بدأ سلاح الجو الالماني يستعيد السيطرة تدريجيا في بعض القواعد الجوية كان الملحون الارضيون في حالة عصيان ويرفضون الخروج من الملاجئ ولأول مرة تفوق معدل الطائرات المدمرة على معدل الطائرات المنتجة في سلاح الجو البريطاني في بداية شهر سبتمبر كان الوضع في حالة حرجة لبريطانيا في السابع من سبتمبر تم التخلي عن هذه الاستراتيجية المنتصرة شن الالمان فجأة غارات نهارية مكثفة على لندن السبب نفاذ صبر الالمان في تحقيق النصر وثانية كان الهدف استفزاز سلاح الجو البريطاني للدفاع عن العاصمة وهزيمته ثانية تخلى الالمان عن شن الغارات وبدأوا هجمات مكثفة وعلقوا بثقلهم في محاولة يائسة لاقحام البريطانيين في معركة فاصلة في الحقيقة قدموا لسلاح الجو البريطاني اهدافا سهلة من القاذفات لو نظرت للسبب تجده الاستخبارات كان كل الجانبين يمتلك تقديرا دقيقا لقوة الاخر استخف الالمان بقوة سلاح الجو البريطاني في بداية المعركة ولم تكن لديهم فكرة عن قوة سلاح الجو لم يدركوا كم كانت الامور سيئة للبريطانيين كانوا يرون قوتهم تتعرض للتدمير دون تأثير لو عرف الالمان الوضع الحقيقي لواصلوا غاراتهم على قواعد سلاح الجو البريطاني ومن يدري كيف سيكون تأثير ذلك على مجرى التاريخ في العالم تغيير الالمان للاهداف التي هاجموها تسبب في شل نظام الدفاع البريطاني وادى لدمار مخيف في السابع من سبتمبر كان 92 مدفعا مضادا للطائرات تدافع عن العاصمة ومع تزايد اعدادها بسرعة لكن دون فائدة فقط كانت تدفع الطائرات المهاجمة للتحليق على ارتفاعات اعلى وتسقط نفس حمولة القنابل لكن مع سمرار الغارات عاد سلاح الجو البريطاني ترتيب صفوفه ووجد انه خلال هذه الغارات النهارية كان سلاح الجو الالماني يقدم الاهداف السهلة وبدأ ميزان الخسارة الذي في غير صالح بريطانيا يتحول لصالحها الشيء المنطقي الذي كان على هتلر القيام به هو الالتزام بخطته لمواصلة الاستراتيجية التي كانت تقود قدرات سلاح الجو البريطاني ببطء تدمير القواعد البريطانية والطائرات البريطانية كانت معركة بريطانيا حرب الارقام وكل يوم كان كل من سلاح الجو البريطاني والالماني يدعي انه انتصر في ذلك اليوم كان كل منهما يبالغ في انتصاراته ويقلل من خسائره مقدرة كل طرف على التفريق بين الواقع والخيال ومعرفة ما الذي كان يحدث كان عاملا حاسما في تقرير نتيجة المعركة عدم القدرة على التحمل القرارات بينها الهجمات المباشرة ضد السلاح الجوي للطرف الآخر كان نقطة تحول في الحرب وجدت معركة بريطانيا مكانا لها في الاساطير كما في التاريخ لكن الحقيقة ان مستقبل الحرية من العلم المظلم للطويان النازي كان بين يدي مجموعة قليلة لا تزيد عن 2500 شاب يعمد التاريخ الى تعيين تواريخ محددة لبداية ونهاية الاحداث الحقيقة ان الاحداث الحقيقية تبدو مبهما وطوال اوائل سبتمبر تواصلت الهجمات النهارية المكثفة على لندن مع ازدياد خسار المانيا ادرك هتلر انه لا يمكن هزيمة سلاح الجو البريطاني او غزو بريطانيا وتحولت الغارات على لندن من النهار الى الليل الهدف ليس تدمير سلاح الجو البريطاني بل تدمير لندن الخطة الكبرى استراتيجية هزيمة بريطانيا خطة مختلفة فيما كانت الصورة الكبرى ان المانيا عانت من هزيمة رئيسية وفشلت في الانتصار فان ذلك لا يبدو حال مواطني لندن الغارات كانت اختبارا اخر لنظرية ان القوة الجوية يمكنها الفوز بالحرب بمفردها الانتصار تدمير ارادة السكان في المقاومة بنشر الرعب والدمار مرة اخرى كان يجب وضع نظريات وقت السلم حول كيفية الفوز في الحرب القادمة قيد الاختبار وثانية عملت مجريات الاحداث للتغلب على افضل الخطط الموضوع في المرحلة الاولى كانت القاذفات تغير كل ليلة والهجمات لا تميز بين اهدافها بعد الخسارات الفادحة في معركة بريطانيا كانت الغارات تسعد سلاح الجو الالماني وكانت خسارة الالماني واحدا في المئة من الطلعات الدفاعات البريطانية بالمدفعية المضادة للطائرات والمناطيد الحربية كانت عاجزة كانت المدافع تطلق نيرانها عشوائيا لرفع معنويات المدنيين موسيقى مقدرة البريطانيين على اظهار عدم مقدرة الغارات على تحطيم ارادتهم في المقاومة كانت اسطوريا كان المدنيون البريطانيون يصعدون فوق الحجارة ويتحدون هتلر بالنظر الى الماضي من عالم اصبحت فيه الحرب والهجمات الجوية اخبارا مثيرة وحيث اصبح ادراك الحرب بنفس اهمية الضربات الحقيقية فقد يكون صعبا علينا رؤية الغارات الجوية كحدث اعلامي كاخبار عادية كما نرى الحروب تدار بعد خمسين عاما من هنا من مدرسة اندرسن اعتقد انه لن يضيركم القاء قمبلتين اطفال اندرسن لن يهتموا بها عندما اسمعوا صوتكم يملأون الفخر الغارات كانت محاولة المانية لجعل الشعب البريطاني يرفض لهجة تحدد تيرتشيل محاولة لجعلهم ينهكون بالحرب وان يسعدوا لنقل السلام تحت اية شروط اظهر البريطانيون الغارات الجوية بطريقة مثيرة صور القيام بالاعمال كالعادة صور رئيس الوزراء والملك والملكة مع ضحايا هذا الارهاب استخدمت لتقدم القيادة على انها مع الشعب والجميع معا صورة المواطنين العاديين الابرياء الذين اصبحوا بلا مأوى او تحولوا الى لاجئين في بلادهم استخدمت لتغذية الدعاية ولتأليب الرأي العام في امريكا ضد النازيين لكن حقيقة الغارات وكما في جميع الحقائق هي اكثر تعقيدا من الخيال في بعض المدن البريطانية كان المدنيون يهربون فزعا البعض استغل الدمارة بسبب القصف لم يكن تشيرتشيل يستقبل دوما بالهتاف حاول الحزب الشيوعي البريطاني اثارة الاضطرابات بالدعاء قتل العمال بسبب عدم وجود الملاجئ اننا نعيش في عالم غالبا ما تقود استطلاعات الرأي العام فيه السياسيين استطلاعات الرأي العام ليست جديدة من الحقائق البسيطة انه في استطلاعات جالوبا السرية كان 80% من السكان يؤمنون بالنصر البريطاني المطلق ومع فشل معركة بريطانيا وبقاء عدوه الرئيسي متحديا له كيف اصبحت خطة هتلر الان ماذا ستكون سراتيجيته للانتصار الان في الثاني عشر من اكتوبر الغى هتلر عملية اسد البحر عملية غزو بريطانيا وتم الكشف عن سراتيجية جديدة بدلا من تسديد ضربة قاضية اختار هتلر الالتفاف والدوران لانهاك بريطانيا ازدادت الضغوطات على بريطانيا جراء الهجمات على المزيد من الجبهات وزاد ذلك تصميمها على المواصلة ومع ازدياد الغارات ازدادت شجاعة البريطانيين استخدمت المانيا الدبلوماسية لزيادة اعداء بريطانيا حيث اغرت المزيد من الدول بالتهديد او بعرض غنائم الانتصارات للانضمام الى دول المحور في نهاية اكتوبر عام اربعين التقى هتلر برجلين اعتقد بانهما قد يساعدانه في هذه الخطة سعى لايجاد حليف في الدكتاتور الاسباني فرانكو والذي قد يساعده في استراتيجيته بالاستيلاء على القاعدة البريطانية في جبل طارق لاغلاق البحر المتوسط في وجه بريطانيا وزيادة الضغوط على شمال افريقيا ومصر ومقابل ذلك عرض على اسبانيا مكافأة هي المستعمرات الفرنسية شمال افريقيا اكثر المعرخين يدعون فرانكو بالفاشي وبان رفضه للتورط في الحرب وابقاء اسبانيا محايدة يكشف عن بعد فاشي في شخصيته يظهرونه ليس كسياسي ثوري يؤمن ببعض المعتقدات كهتلر بل كان محافظا بسيطا او شخصا واقعيا لم يفكر الا بمصلحة بلاده فقط قال هتلر يصف لقاءه بفرانكو افضل قلع ثلاثة او اربعة من اسناني على المرور بذلك ثانية التقى هتلر بالقائد الفرنسي بيتان وعرض عليه ايضا رشوة من المستعمرات وبدلا من المستعمرات الفرنسية التي عرضت على اسبانيا عرضت الان المستعمرات البريطانية في المقابل كان على فرنسا دخول الحرب الى جانب المانيا اظهر بيتان بعض عناده ورفض التورط اكثر من ذلك في منتصف سبتمبر وكجزء من الاستراتيجية الجديدة لتوسيع دائرة الحرب هاجمت ايطاليا بريطانيا في مصر القوات الايطالية التي كانت تستعمر ليبيا غزت مصر والتي كانت تحت الحماية البريطانية كانت تعتبر جزءا من الامبراطورية البريطانية دولة قديمة مهمة في التاريخ العالمي منذ العديد من القرون اصبحت ثانية ممثلا يلعب دوره على مسرح الاحداث العالمي لم تكن تلك العملية جزءا من غرور مسلين المعتاد اوليجعل دولته الفاشية تبدو كالامبراطورية الرومانية الجديدة كان هناك هدف سراتيجي واضح لهذا الهجوم الهدف كان قطع الطريق على امدادات البترول الى بريطانيا من الدول العربية ومن العراق وايران وبدون هذه الامدادات ستخسر بريطانيا الحرب هذا الاحتلال لمصر سيغلق قناة السويس وهي حلقة وصل حقيقية ورمزية بين بريطانيا وامبراطوريتها العالمية خلال السنتين التاليتين اصبحت الصحراء الغربية من اشهر ساحات القتال المأساوية التي شاهدها العالم انها مكان برز فيه القادة العصوريون حيث احتلت اسماء الوحدات الفردية مكانا مرموقا لها في التاريخ العسكري كانت حرب التحركات الدرامية فوق مساحات شاسعة لم تكن الصحراء الغربية قوة ضاربة تطحن الاعداء لقد شهدت صراعا تقلبت فيه الاحداث وشهدت طرفان الهزيمة والنصر اراض الصحراء الشاسعة وعدم وجود المدن والمدنيين جعل الحرب سريعة الحركة وتناسب ذلك مع جيوش الدبابات المدرعة والسريعة كانت حربا كحرب الفرسان التقليدية القديمة وتميزت باحترام الخصم فيما بعد وعندما جرت المانيا الى الصراع فان غياب جنود الاس اس ادى الى نعدام الوحشية الزائدة في الحرب والتي كانت تشاهد في اماكن اخرى اصبحت حملة الصحراء الغربية ذات اهمية اساسية في نتائج الحرب لكن اعداد الجنود المشاركين فيها كانت ضئيلة بالمقارنة مع الاعداد التي تواجدت في مختلف مناطق العالم حملة ايطاليا في شمال افريقيا عام اربعين كانت اول حملة تنطلق فيها قوات موسولين بمفردها ضد دولة صناعية حديثة اخرى وعلى العكس من عملية احتلال ايثيوبيا والتي كانت تعيش في القرن الخامس عشر كان غزو مصر اول عملية يعد فيها الجنرالات الطليان خطة للحملة بدلا من ركوب النصر على ظهور الاخرين كما فعلوا عند منضمت ايطاليا لعملية غزو فرنسا تفاخرت دولة موسولين الفاشية بانها انشأت قوة مسلحة حديثة وقوية قوة عسكرية تنافس وتتفوق على تلك في روم القديمة تاريخ الحرب العالمية الثانية يظهر بان هذه الجيوش لم تكن خلفا للفيالق وبان موسولين لم يكن القيصر اوغسطس الحقيقة كانت انه رغم البزات العسكرية الرائعة التي كان الجنود الايطاليون يرتدونها ورغم انهم لم يكونوا اكثر او اقل شجاعة من معظم الجنود الاخرين في ذلك الوقت فقد كانوا مجهزين تجهيزا سيئا لم يكن الجيش مجهزا بالاسلحة الحديثة الجيش الذي هاجم مصر بمائتين وثلاثين الف جندي كان اشبه بجيش يعود للقرن التاسع عشر وليس جيشا مدرعا حديثا متحركا هاجم الايطال ببطء وتوغلوا داخل الحدود المصرية وبعد ثلاثة ايام توقفوا الانتظار المزيد من الامدادات اذا كان الهدف من الهجوم الايطالي على مصر حرمان بريطانيا من البترول فقد تحركت دول المحور ايضا لتامين امداداتها في اكتوبر تحركت القوات الالمانية نحو رومانيا حركة كانت لتامين المصدر الوحيد للبترول داخل اوروبا لدول المحور لم يكن ذلك غزوا حيث ان رومانيا كانت دولة ديكتاتورية ومتعاطفة مع النازيين وفي اوروبا استمرت الحرب في الانتشار باتجاه المزيد من الامم الاوروبية وكما هو الحال غالبا في تاريخ القارة الاوروبية شهدت دول البلقان الصغيرة والتي تتكون من الاقليات والمجموعات العرقية المختلفة تمزقا جراء الاحقاد والشارات القديمة بحيث لعبت مشاعر الظلم والضغينة دورا كبيرا اندلع صراع بلقان صغير لكنه لعب دورا كبيرا في الصورة الكبرى لتاريخ الحرب في الثامن والعشرين من اكتوبر غزت ايطاليا اليونان حيث شنت هجومها من الاراضي الالبانية المجاورة والتي كانت ايطاليا قد احتلتها عام تسعة وثلاثين كانت اهداف تلك الحرب لا تتجاوز غرورة وعبثية مسوليني لانشاء الامبراطورية الرومانية الجديدة وللانتقام نتيجة خسارة جزيرة كورفو اليونانية لصالح اليونان عام ثلاثة وعشرين وليظهر لهتلر بان ايطاليا لم تكن طرفا صغيرا في دول المحور احتلال اليونان لم يكن له معنا مهم داخل اطار الصورة الاسراتيجية الكبرى بل عمل على توسيع رقعة الحرب واعاق ذلك خطط دول المحور نظر هتلر تجاه مصير تاريخي للصراع الحتمي مع روسيا الشيوعية بقيادة السالم حيث كانت بالنسبة له حربا مركزية في تاريخ الحضارة مغامرة مسولين الجانبية جرت حليفته المانيا الى المشاكل التي ساعدت اخيرا في تقرير مصير الحرب في شمال المحيط الاطلسي كانت ضغوطات الغواصات الالمانية تتعظم الى مستويات خطيرة كان هناك نقص حاد في السفن المرافقة والسفن الحربية الصغيرة التي تحرس السفن التجارية عبر المحيط كانت امريكا تمتلك مخزونا كبيرا من مدمرات الحرب العالمية الاولى القديمة والتي كانت ذات تصميم مميز عقد الرئيس الامريكى روزفيلت صفقة قاسية مع تشيرتشيل تستخدم بريطانيا بموجبها هذه السفن لتوسيع سلاحها البحري وفي المقابل تخلت بريطانيا عن السيطرة على قواعدها في جزر الهند الغربية لامريكا لم يرغب روزفيلت ان يظهر بكونه يخرق حيادية امريكا وكان تقديره للوضع ينبئه بسقوط بريطانيا كان الرئيس الامريكى يخشى بان سقوط بريطانيا في معسكر النازية سيؤدي الى اتخاذ السفن الحربية والغواصات الالمانية قواعد لها في البحر الكاريبي كانت صفقة حصلت امريكا بموجبها على الجزء الافضل ومع نهاية عام اربعين وصلت تسع مدمرات فقط من تلك الموعودة بالنظر الى الوراء نحو احداث عام اربعين فاننا نفكر بذلك العام كجزء من ادراما الحرب العالمية الثانية بالطبع بالنسبة لشعوب عام اربعين لم تكن تلك بعض حربا عالمية بل حربا اوروبية حيث ان التحول الى صراع عالمي لم يحدث بعد لكن اتساع رقعة الحرب لتشمل العالم كان امرا حتميا لم يكن ذلك يبدو واضحا خلال عام اربعين في سبتمبر وفيما كانت معركة بريطانيا تصل الى ذروتها كانت الامبراطورية اليابانية تسير في الطريق نحو الحرب اتخذت اليابان قرارا حاسما في ربط مصيرها بمصير هتلر حيث انضمت الى حلف المحور لماذا فعلت اليابان ذلك ما هو الشيء المشترك بين اليابان والنازية هل هي ايدولوجية التفوق العرقي التي سادت بين الشعوب الاوروبية حست اليابان بتهديد التحالف النازي السوفيتي عام تسعة وثلاثين والذي فاجأ اليابان كلية كان الاتحاد السوفيتي تهديدا استراتيجيا لاطمع اليابان في البر الرئيسي الاسيوي في الصين ومنشوريا القوى المحركة لسياسة اليابان كانت الجيش والبحرية ومن خلال التحالف مع النازيين رأت اليابان بان التهديد السوفيتي ابطل مفعوله رأت اليابان بان الحرب القادمة مع امريكا حتمية وبعد سقوط فرنسا وهولندا اعتقدت اليابان بانها ستحتاج الى المصادر الطبيعية من المستعمرات الاوروبية في جنوب شرق اسيا لشن حرب ضد دولة صناعية قوية مع ان المحيط الاطلسي كان يفصل امريكا عن الصراع الدار في اوروبا لكن امريكا ادركت الاتجاه الذي يسير فيه التاريخ وفرضت التجنيد الالزامي في اوقات السلم لاول مرة لقد لاحظنا ان التخطيط للهجوم الواسع ضد الحرية الشخصية للافراد يقصد بها امريكا اكثر من غيرها بموجب قانون الخدمة الانتقائية كان يسجل الشبان الامريكيون ويختار بعضهم للخدمة العسكرية واقتصرت خدمة المجندين العسكرية على الجزء الغربي من العالم والاراضي الامريكية فقط كان ذلك القانون خطوة مهمة لتهيئة امريكا للحرب الحتمية القادمة طبيعة الحرب الاوروبية المتصاعدة كانت القضية الرئيسية في الانتخابات الرئاسية الامريكية لعام اربعين وفي بيانات اذاعية قبل الانتخابات وعد فرانكلين روزفلت الشعب الامريكي قائلا ابناءكم لن يموتوا في حروب اجنبية هذا الوعد سعد روزفلت في فترة الرئاسية قياسية ثالثة كانت مكانة فرانكلين روزفلت في التاريخ الامريكي تصنفه واحدا من اعظم الرؤساء في اوقات السلم بل احتل مكانة خلدته كقائد حربي مميز وخلدت امريكا في الحلقة القادمة من الحرب العالمية الثانية القصة الكاملة الكوارث المستمرة تحيط بالجهود الحربية الايطالية احتلال اليونان يتحول لكارثة على الايطاليين حيث يهزمون ويتراجعون فوق تلال البانيا وفي شمال افريقيا تستسلم الاعداد الهائلة من الجيوش الايطالية حيث يدحر الجيش البريطاني على نهر النيل الايطاليين ويدفعهم للتقهقر سنرى كيف ان الفشل الايطالي يعمل على سحب القوات الالمانية نحو الجنوب مع احتلال يوغوزلافيا واليونان وفي شمال افريقيا تتحول الهزيمة الايطالية الى نصر الماني ويبرز اسماني السوريان هما ايرويل روميل وافريكا كور المرتبطان معا في التاريخ وتكاد امواج الحرب ان تجرف البريطانيين نحو الهزيمة لكنهم يشنون هجوما معاكسا ومأساويا يتعرض البريطانيون ودول الكومنويلث الى هجوم الماني يجعلهما يواجهان دانكيرك ثانية ويحتلان في البداية اليونان ثم ينهزمان امام هجوم الماني شرس تيرتشيل يطالب امريكا بمرح بريطانيا ادوات النصر البحر المتوسط موقع الحروب العديدة يعود ثانية ليكون مسرحا لمعركة بحرية ملحمية وتسعى البحرية البريطانية لتحقيق اهم انتصاراتها مضيفة معارك تارينتو ومتابان لقائمة الشرف في ذلك البحر الغامق تشهد جزيرة كريت انتصارا المانيا دمويا ومكلفا حيث تسولي قوات المظليين الالمانية المحمولة على هذه الجزيرة تزيد خسائر المانيا في معركة واحدة عن جميع خسائرها السابقة حتى هذه اللحظة وفي المحيط الاطلسي تتصعد معركة الغواصات لتصل الى ذروة جديدة السفينة الحربية البريطانية هود تلتقي بالسفينة بيسمرك وسرعان ما تغرق السفينة بيسمرك نفسها ما زالت لندن تعاني من الهجمات الجوية الالمانية حيث يصيب القصف مبنى البرلمان نفسه نائب هتلر رودلف هيس يقوم برحلة جوية غامضة الى بريطانيا حاملا معه عرضا شخصيا للسلام كل هذه الاحداث تفرض نفسها ضد العاصفة الحتمية والتي تنفجر في الشرق حيث تطلق المانيا حملة بارباروسا وهي حرب تصفية ضد الشيوعية السوفيتية بارباروسا غزو روسيا ترجمة نانسي قنقر انها الاشهر الاخيرة من عام اربعين اقترب العام المأساوي من نهايته والذي تسارعت فيه نبضات التاريخ في اعلى معدل لها اندى العنوع جديد من الحروب حيث اجتاحت الحرب الخاطفة للجيش الالماني فرنسا انهارت فرنسا جراء الهزيمة وتقوضت سياسيا خلال شهر دولة عظمى ذات كبرياء تتهاوى في جحيم الاحتلال والخيانات والتعاون بينما سار الجنود الالمان في شوارع باريس وقامت حكومة فيشي بقيادة بيتان باحتضان نازية اعلن شارل دي جول عن قيام حكومة فرنسا الحرة في المنفى لمواصلة المقاومة معركة بريطانيا جرت فوق سماء بريطانيا فيما كان هتلر يتفاخر بقوة سلاح الجو الالماني بدأت الغارات الجوية التي جلبت الموت والدمار لمدن المملكة المتحدة لم يكن امام بريطانيا سوى الدفاع والتحدي مع تدمير كل شيء حولهم رفض البريطانيون للسلام تخلى هتلر عن خطط غزو بريطانيا ولجأ لانهاكها بمواصلة القصف الجوي ليوصل البريطانيين الى حافة الياس حيث احاط بريطانيا بالمزيد من الاعداء احتل حلفاء هتلر المحمية البريطانية مصر وجلب الحرب الى البلقان بمهاجمة اليونان قاوم الشعب اليوناني الغزو بكل بسالة وقلب الطاولة فوق رؤوس الطليان بسلسلة من الهجمات المعاكسة في امريكا يفوز فرانكل الروزفيلت بفترة رئاسية ثالثة ويعد بابقاء امريكا بعيدة عن الحرب في الاشهر القادمة ومع ازدياد رقعة الحرب يصعب على الولايات المتحدة بقاؤها بعيدة عن الصراع الذي يمزق الارض مع اقتراب عام اربعين من نهايته انتشرت الحرب وتوسعت في جنوب اوروبا غزت ايطاليا اليونان الدافع وراء الغزو كان الرغبة الاعتيادية في بناء الامبراطورية الرومانية الجديدة ورفع شأن دولة موسولين الفاشية جرت المعركة في الشتاء القاسي لجبال ايبروس الشمالية قبل الحرب قدمت ايطاليا نفسها كدولة فاشية حديثة افتخر موسولين بالسعراض ما بدى بجيش المستقبل ارتال الدبابات واسراب الطائرات كانت القوة وهما لم تكن ايطاليا تمتلك الثروة او البنية التحتية الصناعية لبناء قوة حقيقية موسيقى ومرة تلو الاخرى يثبت الجيش الايطالي بانه الجانب الاضعف في حلف دول المحور وبانه لا يستطيع الوفاء بوعود القيادة الايطالية موسيقى لم تكن اليونان عدوا قويا بل كانت ضعيفة ومتخلفة وغير مستقرة سياسيا ومع انها كانت خاضعة لحكم ديكتاتوري ذي سياسات يمينية متطرفة لكنها كانت موالية لبريطانيا ومتحالفة مع بريطانيا وفرنسا منذ ابريل عام تسعة وثلاثين عندما واجه المطالب والتهديدات الايطالية عبر الدكتاتور اليوناني ماتاكسيس عن الروح المعنوية للشعب اليوناني بكلمة رفض واحدة اوك لا مع انه لم يكن محبوبا موسيقى تحول غزو الايطاليين الى مهزلة حيث دحر الغزاة بسرعة وخلال بضعة ايام كان الجيش اليوناني يندفع باتجاه البانيا محتلا مناطق واسعة من اراضي ايطاليا السابقة موسيقى مع وصول الشتاء هدأ نشاط الجيشين لكن دول البلقان تحولت الى ساحة حرب مأساوية موسيقى ظل اهتمام المانيا منصبا نحو بريطانيا وامبراطوريتها وظلت شوكة في حلق هتلر تهديدا محتملا انهارت خطط هتلر للسراتيجية لاحتلال بريطانيا مع تهاوي طائرات السلاح الجو الالماني خلال معركة بريطانيا الغي الغزو وسحب الاسطول هدف الاسراتيجية الجديدة الان هو هزيمة بريطانيا بالغارات بهجمات مكثفة بالقاذفات ضد الاهداف المدنية والصناعية في بريطانيا كانت القاذفات تهاجم ليلا وتلقي بالمتفجرات والقنابل الثقيلة الحارقة هجمات القنابل الحارقة كانت مدمرة وكانت الطائرات تلقي الاف القنابل الصغيرة والتي تعجز عنظمة الاطفاع عن مواجهتها اصبحت الحرائق علامات مضية ترشد المزيد من القاذفات اثناء الليل كانت خطة الالمان تكمن في انهاك الشعب البريطاني ليتعب من الحرب كانت الهجمات الليلية ضرورية للمحافظة على طائرات سلاح الجو الالماني بعد خسائره اثناء معركة بريطانيا كل صباح يستيقظ البريطانيون ليعرفوا من الذين قتلوا والذين فقدوا منازلهم في الليلة السابقة مع نهاية عام اربعين تحول ثقل الهجمات الالمانية من لندن الى المدن البريطانية الاخرى في الاطار الاشمل للتاريخ فان القنابل التي سقطت على مدينة المانية واحدة وفي ليلة واحدة كانت اكثر بكثير من كمية المتفجرات التي سقطت على لندن طوال فترة الحرب استراتيجية قصف بريطانيا كانت جزءا من خطة هتلر لتحطيم ارادة البريطانيين سعى النازيون ايضا لاجبار البريطانيين على الاستسلام بممارسة الضغط على العديد من الجبهات ومن عدة اتجاهات احد محاور الضغط الاضافية هذه كانت شمال افريقيا حيث كانت ايطاليا حليفة هتلر تهاجم القوات البريطانية التي تحرس قناة السويس الاسراتيجية وكما كان الحال مع مأساة مسولين اليونانية لم تفي القوات الفاشية بوعود وعطرسة الدكتاتور الايطالي الجيوش الضخمة التي القت بها ايطاليا ضد البريطانيين تقدمت قليلا فقط داخل مصر وتوقفت عند سيدي براني حيث انتظرت هناك المزيد من الامدادات والتعزيزات في بداية نوفمبر شن الجيش البريطاني في مصر هجوما معاكسا ضخما رغم تفوق الجيش الايطالي عليه عددا ثلاثمائة الف جندي ايطالي مقابل خمسين الف جندي بريطاني كان الجيش البريطاني جيش الامبراطورية البريطانية يضم جنودا هنودا يقاتلون بعيدا عن موطنهم ونيوزيلنديين من الجزء الاخر من العالم وفي الاجواء كان يحلق جنود افريقيون ومواطنون اخرون من الامبراطورية زحف البريطانيون بسرعة للامام مع قوات دبابات قوية وخلال الشهرين التاليين دمر البريطانيون تسعة الوية ايطالية واسر مائة وثمانية وثلاثين الف جندي ايطالي ودمروا والسولوا على مئات الدبابات والمدافع بالنسبة لبريطانيا التي تعرضت للقصف الجوي المتواصل والتدمير النفسي جراء اخبار تقهقر جنودها بالسمرار فان رتب الجنود الايطاليين الاسرى والطوابير الطويلة منهم والتي امتدت لاميال وهم يسيرون تحت امرة الجنود البريطانيين كانت مشهدا رائعا كانت الصحراء الشاسعة مسرحا لحرب ماساوية حرب متحركة مع ساحات النار المكشوفة ومعارك لا تعيقها المدن او الحواجز الطبيعية او السكان المدنيون طوال فترة القتال في الصحراء فان المقدرة على المحافظة على خطوط الامدادات المحافظة على شريان الوقود والطعام والذخيرة اصبح عاملا اساسيا في نجاح الهجمات وتجنب الهزائم كان نقص الامدادات السبب في توقف الايطاليين لينتظروا هجوما بريطانيا الامدادات ايضا جعلت البريطانيين اخيرا في اول شهر من عام 41 يتوقفون كان على البريطانيين حماية المدن والموانئ التي احتلوها الحرب في البحر المتوسط تنتشر فيما توقف الهجوم البريطاني في شمال افريقيا واستدعي الجيش للقتال في معارك اخرى ضد اعداء اخطر للدفاع عن مواقع معرضة للخطر فيما دافع البريطانيون عن بلداتهم ومدنهم اثبت البريطانيون ثانية قدرتهم على التحمل رد البريطانيين على الاستراتيجية الالمانية كان ببساطة التحمل والمقاومة الخامس عشر من نوفمبر شهد اسوأ واشهر غارة في ذلك الوقت عندما دمر سلاح الجو الالماني مدينة كوفينتري وسط بريطانيا كاثدرائية المدينة والتي تعود للقرون الوسطى اصبحت كومة حجارة ودمر العديد من مصانع الذخيرة ومحركات الدبابات والطائرات وامدادات اخرى ستون الف بناية من اصل خمسة وسبين الف بناية في المدينة تعرضت للاضرار البالغة شنت اربعمائة وخمسون طائرة المانية الهجوم وكان هناك مائة وعشرون طلعة مضادة فقط واربعون مدفع مضادة للطائرات فقط وفقد الالمان طائرة واحدة فقط استحوذت القوة الجوية على جزء كبير من تاريخ الحرب العالمية الثانية سواء كانت الهجمات العشوائية على المراكز السكانية ذات اهمية او سواء كانت اخلاقية ام لم تكن فان الهجوم على كوفينتري اظهر ان الهجوم المنسق والمركز على هدف صغير قد ينجح لم تكن تلك غارة جوية عشوائية لبث الرعب بل هجوما منسقا وموجها بالرادار في البداية جاءت اسراب الاستطلاع حددت المنطقة ثم شنت هجمات دقيقة ارشدت نيرانها المشتعلة الطائرات اللاحقة الحقيقة المرعبة ان بريطانيا كانت تعلم بقدوم الغارة ولكن لم يكن بمقدورها للسعداد اكتشفت الغارة بقراءة الرسائل التي بثها الالمان بشفرة في غاية السرية وحل البريطانيون رموزها القرار الصعب كان متى يمكن استخدام هذه المعلومات الاستخبارية ومتى لا يمكن استخدامها لم تستخدم المعلومات الاستخبارية لالا ينكشف الامر لم يعتقد الالمان بامكانية اكتشاف اعمق اسرارهم واختراق سلاحهم السري اذا ما استخدم البريطانيون المعلومات سيعرض نظام حل الرموز للخطر وعدم استخدام المعلومات كان يعني التضحية بارواح البريطانيين والحلفاء اصبحت كوفينتري نقطة تحول في تصاعد وحشية الحرب وعدم انسانيتها سلاح الجو الملكي سينتقم لضحايا كوفينتري لم يكن لدى البريطانيين نية للرد على هجوم هتلر واستغل الالمان هذه الاستراتيجية كاساس وكل تحرك كان بيعاز من هتلر ادرك رئيس الوزراء البريطاني وينسون تشيرتشيل بان الطريقة الوحيدة التي تقود بريطانيا الى النصر وليس مجرد البقاء هي اقحام امريكا في الحرب وسعت الدبلوماسية البريطانية لهذه الغاية حاول رئيس فرانكلر روزفيلت ابقى امريكا محايدة ومع ان روزفيلت فاز في انتخابات عام اربعين بوعده عدم اشتراك بلاده في الحرب لكنه ادرك بان الفجوة بين دول المحور وامريكا كانت تزداد اتساعا وبان العالم الذي تهيمن عليه القوة الفاشية ليس عالما تنتمي اليه امريكا وفي خطاب وجهه للشعب الامريكي مع نهاية عام اربعين اعلن روزفيلت ايمانه بان على امريكا ان تلعب دورا في الحرب وبان عليها ان تصبح سلاحا للديمقراطية هناك فرصة اقل في دخول الولايات المتحدة الحرب اذا ما فعلنا كل ما بوسعنا لدعم الامم التي تدافع عن نفسها بدلا من الاذعان لهزيمتها وبان على الولايات المتحدة دعم اولئك الذين يكافحون لحماية الحريات الاربع حرية الرأي حرية الدين حرية الارادة والحرية من الخوف مع تقرب امريكا وبريطانيا من بعضهم البعض كان مسوليني حليف هتلر يثبت اكثر واكثر بانه ضعيف وليس قويا كان القتال في اليونان مذلا للغزو الايطالي حيث تقهقر الايطاليون احاطت الكارثة بشمال افريقيا وكانت تهدد قوات ايطاليا بمستعمرتها الليبية في شمال افريقيا فشل الجوش الايطالية في هذه الحملات كان بمثابة احداث مركزية في الحرب وازدادت قائمة الهزائم الايطالية في الرابع من يناير عام واحد واربعين ادى سقوط الحصن الليبي وميناء بردي الى السسلام خمسة واربعين الف جندي اشتركوا في القناة في الثالث عشر من يناير امتلأت شوارع اثنى بالحشود المبتهجة حيث استسلم اكثر من الف جندي ايطالي من صفوة الجيش وفي افريقيا احتل الجيش البريطاني المتمركز في كينيا الصومال الايطالية واجبر القوات الايطالية على التقهقر في الثاني والعشرين من يناير في شمال افريقيا وعندما استولت القوات الاسرالية على ميناء طبرق الجوي كان الامر كسقوط دانكيرك بالنسبة للايطاليين بدأت الامبراطورية الرومانية الجديدة تتهاوى في كل مكان الهزائم الايطالية المتتالية ادت الى طلب النجدة داخل دول المحور فيما كان الجنود الايطاليون يصطفون في طوابير للاستسلام للقوات البريطانية واليونانية كان موسوليني يلتقي بهتلر اذلت الاستسلامات والهزائم موسوليني الذي كان نظامه الفاشي اقدم من نازية هتلر في المانيا باعتبار موسوليني نفسه الشريك الاعلى رتبة في حلف المحور فانه مجبر على طلب المساعدة وافق هتلر على قيام الجنود الالمان بانقاذ الايطاليين الثمن موافقة موسوليني على قيام المانيا بتوجيه الحرب تورط القوات الالمانية في الجنوب في منطقة البحر المتوسط وفي دول البلقان وفي شمال افريقيا شتت التفكير الالماني واقحم المجهود الحربية الالمانية في حروب جانبية طوال تاريخ الحرب الحقت الضرر باهداف نازية تحرك الالمان نحو الجنوب نقل عاصفة الحرب الى مالطا حيث تعرضت هذه الجزيرة التي احتلتها بريطانيا لهجمات سلاح الجو الالماني الجوية الشرسة نبعت الهجمات من موقع الجزيرة الاستراتيجي وسط البحر الابيض المتوسط شواطئ مالطا الضخمة والعميقة والامنة والطبيعية جعلتها قاعدة بحرية تمكن اية قوة تستولي عليها من تهديد اي عدو في حوض المتوسط بالسيطرة على الطرق البحرية الاستراتيجية من الشرق الى الغرب ومن الشمال الى الجنوب وكانت ايضا قاعدة للقوات الجوية التي قد تشكل تهديدا كانت بريطانيا سيطرت على الجزيرة قبل مئة سنة وكانت لهذه المستعمرة اهمية مركزية في السراتيجية بريطانيا في البحر المتوسط كانت حصنا مع عدة مطارات عسكرية ورصيف بحري ضخم وقاعدة متقدمة من جميع النواحي كانت على بعد خمسة وتسين كيلومترا فقط من ايطاليا مع انها كانت تبعد الفا وستمائة كيلومتر من اقرب قاعدة بريطانية سعى حلف المحور الى تدمير مالطا من الجو عدم مقدرتهم على تحييد الجزيرة كان اثره قاتلا على استراتيجيتهم تعرضت مالطا منذ بداية الحرب لهجوم الطائرات الايطالية ولم يكن لدى الجزيرة اكثر من ثلاث طائرات قديمة للدفاع عنها وعندما امتدت الحرب الى شمال افريقيا وصلت الطائرات الالمانية الى ايطاليا للمساعدة في القتال وبدأت الغارات الجوية منذ الاول من يناير عام 41 خلال الاشهر السبع التالية توقفت الغارات الجوية 24 ساعة فقط وخلال شهرين سقط فوق مالطا ضعف القنابل التي سقطت فوق لندن طوال فترة الغارات الجوية الهدف اخضاع الجزيرة للإستسلام الغارات المتتالية اجبرت الربع مليون سكان الجزيرة على العيش تحت الارض حرم حصار قوات المحور الجوية بريطانيا من ارسال امدادات الحرب بالسفن والسمر الحصار لسنتين ونصف كانت بريطانيا السولت على مالطا بقيادة لورد البحرية نيلسون نهاية عام 40 شهدت معركة بحرية كلاسيكية باسلوب نيلسون شن كان هجوم جري ضد الاسطول الايطالي كان راسيا في ميناء تورينتو جنوب ايطاليا حاولت البحرية الايطالية تجنب المعركة خوفا من المجازفة بسفنها الكبيرة الاسلوب البريطاني في السعي وراء الاعداء في البحر استمر ودمرت ثلاث سفن حربية فاشية وعصيب مرسى السفن باضرار بليغة انطلقت التربيدات من حاملة طائرات كانت تقترب بشكل خفي وسري وكانت معركة ميناء تورينتو درسا تكتيكيا تعلمته اليابان الحرب في الصحراء الغربية لشمال افريقيا كانت مأساوية متأرجحة من حيث الحظوظ في فبراير عام 41 ادلت منسو ايطاليا الى المانيا لمساعدتها في حملة الصحراء الى ظهور الصورة نزلت قوات المانية صغيرة مقارنة باعداد الجيوش الالمانية في الاماكن الاخرى في شمال افريقيا كانت تلك هي قوات افريقيا افريكا كور وكان قائدها ايروان روميل العقلية العسكرية التي سيطرت على قوات افريقيا كانت الحركة المواظبة على التحرك بالسمرار لحين قدوم فرصة الهجوم المناسبة وفي جنوب اوروبا جرت احداث اخرى قدمت لروم الفرصة في السادس من ابريل انزلت بريطانيا قوات في اليونان في نفس الوقت وصلت المساندة الالمانية لايطاليا الى البلقان كانت عدادها 24 فرقة من افضل القوات الالمانية واسرعها حركة باتجاه بلغاريا حليفة المانيا السعداد للهجوم في السادس من ابريل شنت القوات الالمانية حربا خاطفة على اليونان ويغوزلافيا كانت الحرب سريعة وخاطفة وانهارت الدولتان امام هذه الهجمات كانت يغوزلافيا مجرد دولة اخرى في طريق الاهداف الالمانية الستراتيجية طريق الجيوش الالمانية لتحقيق الاهداف الكبرى سقطت يغوزلافيا خلال تسعة ايام ودبت الفوضى في جيشها الذي يفوق المليون جندي برزت التناقضات الارقية اليوغوزلافية على السطح وتمردت الوحدات الكرواتية المسلمة وانضمت الى المعسكر النازي خسر الالمان 151 جنديا فقط فيما وصلت سيرها لاحتلال اليونان انعدام المقاومة اليونانية معناه بان القوات البريطانية واليونانية كانت اقل عددا وعدة وتعرضت للاجتياح اخيرا بعد اقل من ثلاثة اسابيع من الوصول الى اليونان اتخذ قرار باخلاء اليونان وبدأ قتال طويل وبدأت القوات البريطانية والاسرالية والنيوزيلندية بالانسحاب وتوجهت جنوبا نحو دانكيرك اخرى مرة اخرى انقذ سلاح البحرية خمسين الف جندي اضيفت اليونان الى قائمة الدول الطويلة التي تسيطر عليها دول المحور قالت شيرتشيل بانه يؤمن بان قرار القتال في اليونان كان اكبر غلطة ارتكبتها حكومته الخطع الجسيم في قرار بريطانيا في القتال في اليونان هو ان هذه الحملة انهكت قوى الجنود وابعدتهم عن المعارك الاخطر الدائرة في الصحراء الغربية لشمال افريقيا وفيما كانت معركة اليونان في بدايتها كانت الصحراء الغربية تشهد تراجع قوات الحلفاء وسمرار احتلالها للاراضي واسرها لاعداد كبيرة من اسر الحرب بعد ايام من وصول قوات افريقيا الالمانية اندلعت الحرب مخترقة القوات الاضعف منها ودفعت بها خلف الخطوط البريطانية كانت سرعة تقدم القوات مذهلة حيث اسر قائد القوات البريطانية الجنرال ريتشارد اوكنور كاسير حرب التقدم الالماني اخاف حتى القيادة الالمانية العليا التي وصفت قائد قوات افريقيا رومل بالمجنون ونصحته باستيعاب انتصاراته والتريف كانت ردة فعل البريطانيين الذعر قامت شيرتشيل بالقاء المزيد من الدبابات والجنود لشن هجوم معاكس كانت قوات رومل كفأة في الدفاع ككفاءتها في الهجوم وتراجعت الدبابات البريطانية المهاجمة تقهقرت القوات البريطانية للوراء وتوقف الجيشان بانتظار الضربة القادمة من الالمان دب الذعر بين البريطانيين حيث ادى الهجوم الذي انتهى بالهزيمة الى سلسلة تغيرات يائسة في القيادات وعزلت شيرتشيل الجنرال ويفل قائد القوات في الشرق الاوسط في السنة التالية حاول جنرالات بريطانيون تجربة قدراتهم وذكائهم امام رومل في الجهة الاخرى من العالم كان للاحداث التي تجري هناك تاثير درامي ومدمر على مجرية الحرب ومجرى التاريخ الصيني باكمله كانت الصين مسرحا لحرب طويلة منذ الثلاثينيات وفي الحقيقة فان بعض المؤرخين يقولون بان الحرب العالمية الثانية بدأت عام سبعة وثلاثين عندما بدأت الصين بمقاومة قوات الامبراطورية اليابانية كانت اليابان تسعى لاستيعاب الصين ضمن اسيا العظمى كان مشروع اسيا العظمى في مظهره حلفا ضد الاستغلال والاستعمار الاوروبي لاسيا لكنه في حقيقته كان وسيلة لاستغلال اليابان لمصادر اسيا الطبيعية كانت حربا لها مبرراتها حربا للحصول على المصادر الطبيعية لشن الحرب في الصين حاربت اليابان التحالف القايم بين الكومنتانج القوميين بقيادة العسكري القوي والقوات الشيوعية بقيادة هذا التحالف المضاد لليابان كان دوما مبنيا على اساسات مهزوزة حيث تحارب الجانبان قبل الغزو الياباني للسيطرة على الصين وفي يناير عام اربعين اتسعت رقعة الخلاف بين الطرفين المتحالفين وكان ذلك انذارا لصراع مقبل كان الشيوعيون يطورون طريقة جديدة في محاربة اليابانيين نظرية حرب العصابات الثورية رافقت حرب الجبهات الحرب الكلامية حرب السياسة والديبلوماسية في بداية فبراير عام واحد واربعين اصدرت اليابان تهديدات كانت اطمع اليابان التوسعية في اراض الدول المجاورة مغلفة بالسعي لمحاربة الامبريالية في الرابع والعشرين من فبراير قال وزير الخارجية الياباني توشي تمتلك اليابان حقا طبيعيا في غرب المخيط الهادي والسوراليا وعلى الاجناس البيضاء التخلي عن هذه المنطقة للاسيويين اننا نمتلك الحق الطبيعي للهجرة الى هناك في حرب الكلمات استخدمت شيرتشل ثانية اسلحته خلال التماسه العاطفي للولايات المتحدة لن نفشل او نتردد لن نسكن او نهين لن تعمل صدمات الحرب المفاجئة او الجهود المتواصلة على احباطنا او اعيائنا او ستعمل على هزيمتنا اعطونا الوسائل وسننهي هذا العمل كانت امريكا بدأت بتزويد بعض هذه الادوات وتحت سياسة ارفع وحمل فان شراء الاسلحة الامريكية في امريكا وحملها على السفن البريطانية لم يخالف حيادية امريكا الاتفاق القاضي بمعادلة المدمرات بالقواعد كان يعمل على تخفيف حدة الوضع في معركة المحيط الاطلسي في مارس عام 41 انتقل الدعم الامريكي الى مستويات جديدة وقع رئيس روزفلت على قانون تسليف القروض مكن هذا القانون رئيس من ارسال الاسلحة والذخيرة والطائرات والالات والتصاميم الى اي دولة كان يشعر بان دفاعها جوهري لمصالح امريكا المتحدة وفي الاساس منح قانون تسليف القروض بريطانيا دفتر شيكات مفتوح لخوض الحرب بالثروة الصناعية الامريكية وتوقفت امريكا عن تزويد المانيا بالمعدات الاستراتيجية اللازمة لانظمة الاسلحة كان تبدل نظرة مجلس الشيوخ الامريكي لنازالية بمثابة اشارة الا ان الحكومة الامريكية بدأت تدرك بان عليها دعم الديمقراطيات في العالم وبان انهيار الامبراطورية البريطانية سيأتي بفوضى عالمية مكن قانون تسليف القروض الرئيس الامريكي روزفيل من الوفاء بوعوده بان تصبح امريكا سلاحا للديمقراطية بينما كانت الولايات المتحدة تتزود بالمعدات الحربية كانت بريطانيا تحشد المزيد من القوات وتستخدم المواهب البشرية الى ابعض حد كانت تجنيد النساء ضروريا للمجهود الحربي البريطاني واستخدمت الحكومة البريطانية قواها لتجنيد النساء في الجيش نقلت النساء الى قطاعات الصناعة والنقل والمناطق التي كانت حقرا على الرجال المهنة والوظائف التي احتاجت مهارات خاصة اصبحت سهلة فجأة وبدأت النساء يأخذن اماكن الرجال في القوات المسلحة كانت الايدولوجية النازية ضعيفة في هذه الناحية كان النازيون يؤمنون بان النساء لا يصلحن الا لتنشئة العطفال والعناية بالمنزل كانت هذه النظرة تتهاوى اثناء الحشد الصناعي شهد ربيع عام واحد واربعين السيناف الهجمات الجوية المكثفة ضد المدن البريطانية حيث واصلت المانيا سياسة الرعب ضد السكان البريطانيين مرة اخرى معكست وسائل الاعلام البريطانية تاثير هذه الهجمات النفسية على ارادة الشعب البريطاني حيث تعرض قصر باكنجهام ومنزل العائلة البريطانية المالكة ومبنى البرلمان للاصابة استخدمت اشريطة الاخبار ذلك للتأكيد على تماسك الشعب البريطاني كانت الحكومة والشعب معا في نفس المحنة وكانتا مصممتين على الصمود وفي اوامر عسكرية سرية اعترف هتلر بانه فشل في اخضاع الشعب البريطاني بالرعب الجوي كان لحملة القصف تاثير ضئيل جدا بقدر ما ارى على معنويات وارادة الشعب البريطاني لا يمكن توقع نتائج حاسمة لهجماتنا على المناطق السكنية يجب تكثيف القصف على الملاحة والموانئ لاحداث اكبر اضرار للاقتصاد البريطاني لاعطاء انطباع باننا قمنا بالتخطيط لعملية غزو هذه السنة في الحروب كافة فان القرارات والنوايا والاسلحة السرية تعطي الميزة في ربيع عام 41 استخدمت بريطانيا سلاحا سريا لتظفر بنصر درامي في البحر ضد في معركة متابان دمر سلاح البحرية البريطاني سفنا حربية ايطالية قبالة شواطئ اليونان الجنوبية تحقق ذلك الانتصار باستخدام الاستخبارات السرية لنظام اولترا المتطور والذي كشف الرموز الالمانية التي كانت في غاية السرية اذا كانت المناورة في المعركة تمت بالتقنية الفنية فقد ادت القوة البحرية التقليدية الى الفوز في هذه المعركة القوة المتمثلة في السرعة ودقة التصويب والتفوق البحري وشجاعة جنود البحرية اشتركوا في القناة في العاشر في العاشر من مايو وقع اغرب فصل من فصول الحرب هبط نائب هتلر الفوهر رودلف هيس بالمظلة في اسكت لندا لوحده ادعى هيس بان منجمه اخبره بانه رأى وقد قدر له تحقيق السلم بين بريطانيا والمانيا ادعى هيس انه مقابل اطلاق يد الالماني في اوروبا سيسمح البريطانيا بالاحتفاظ بامبراطوريتها تم رفض العرض وعمضاه اسبقية حياته في الاسر في خضم القتال الذي كان يجري على اليابسة كانت تجري معارك جوية ومعارك صغيرة بين السفن والغواصات اصبح سلاح البحرية الملكي بوصوله الحربي وسفنه القوية رمزا للقوة البريطانية المسلحة كان الاسطول البريطاني في عرض البحر ينظر اليه كرمز قوة بريطانية لسيطرة الامبراطورية العالمية للفضائل البريطانية والشخصية البريطانية كان الاسطول بسفنه ذات المدافع الجبارة تقليدا تاريخيا مباشرا ربط البحرية باساطير الماضي ولحظات المجد السابقة برباط دائم واذا كان يجب اختيار احدى السفن لتكون رمزا للبحرية فانها HMS هود والتي سميت بادميرال العصر الذهبي لبحرية القرن الثامن عشر كانت هود اكبر سفينة في العالم وكانت سريعة وقوية في مايو عام اربعين امرت هود بالاشتباك مع السفينة الحربية الالمانية بيسمارك النظيرة الالمانية للسفينة هود اكبر واقوى سفينة في سلاح البحرية الالمانية كانت بيسمارك تغير على السفن التجارية في المحيط الاطلسي سفن قليلة كانت تتجاوزها في السرعة ولم تستطع اية مدمرة مضاهات قوة نيرانها كان يجب مواجهتها بسفينة تعادلها في القوة دنيت السفينة هود في الحرب العالمية الاولى ونزلت الى البحر عام عشرين الاشتباك مع السفينة بيسمارك كان المعركة الاولى والوحيدة التي خاضتها هود خلال دقائق تفجرت هود وفقد جميع بحارتها عدى ثلاثة كانت هود وبسمرك قديمتين جدا كان مستقبل الحرب البحرية يعتمد على المزيج من القوة البحرية والجوية وحاملات الطائرات اكثر من مئة سفينة بريطانية طاردت بيسمارك وتعرضت للهجمات التوربيدية من حاملة طائرات شلت حركة السفينة الالمانية واصبحت عاجزة عن توجيه دفتها وحوصرت بيسمارك ولم تستطع المناورة او مقاومة قوة السفن البريطانية التي حاصرتها ولقد حتفها في النهاية ابتهجت بريطانيا حيث وقع ذلك بعد تدمير السفينة هود بعد دحر هتلر للقوات البريطانية اليونانية خارج عراض اليونان بقي هناك عائق وهو جزيرة كريت اليونانية والتي اذا ما وقعت في ايد الحلفاء قد تصبح حصنا يهدد دول المحور في الثاني والعشرين من مايو هاجم الالمان الجزيرة في هجوم يعتبر فريدا من نوعه في التاريخ العسكري كانت كريت الحملة الوحيدة التي بدأت وانتهت باستخدام القوات الجوية فقط في الثاني والعشرين من مايو امتلأت سماء كريت بالمظليين عام واحد واربعين كان ينظر الى المظلي على انه جندي المستقبل الذي يقاتل بطريقة تجمع تقنية القتال الحديث والشجاعة والاقدام والتي تتطلب جميعها اشخاص مميزين كان مظلي الجيوش يعتبرون انفسهم سقورا وكانت بالذاتهم العسكرية مميزة في العصر الذي كان فيه الرادار جديدا وغير معقد كانت الطائرات تقوم بالمفاجآت وطوال الحرب العالمية الثانية عمل الانزال المظلي على السيلاء على الحصون ومحاصرة التشكيلات بطيئة التحرك ويسبب الخوف للمدنيين والجنود في عصر كان جندي المشات فيه مسلحا ببندقية عادية بسيطة لم تكن الفترة الطويلة التي يمضيها المظلي في الجو وهو عاجز ويشكل هدفا سهلا نقطة ضعف كانت كتيبة المظليين الالمانية جزءا من سلاح الجو الالماني ومع جنودها وفرقها المحمولة كانت تخوض حروبا لاخرى كانت تحرز الانتصارات المذهلة بدون اي تراجع الخطة الالمانية لاحتلال جزيرة كريت كانت فاتحة منطقية وجريئة لهذه الانتصارات كانت الخطة تقضي استخدام كريت قاعدة لشن الهجوم على قبرص وبنفس الطريقة من قبرص لشن الهجوم على لبنان وفلسطين وتهديد بيترول بريطانيا في الشرق الوسط وقناة السويس حيث تلتقي هذه القوات بقوات افريقية من الغرب لتشكل فكي كماشا كانت الخطة تقضي بالسلاء المظليين على بعض المطارات العسكرية والتي ستستخدم عندها لاستقبال طائرات النقل التي تحضر التعزيزات لضمان النصر وعند تحقيق النصر تصل القوات المحمولة بحرا كان لرئيس الوزراء البريطاني تشيرتشيل خططه في كريت كان امر بتحويل الجزيرة الى حصن منيع تتمركز فيها القوات في مواقع محصنة اعتقدت تشيرتشيل بان الالمان سيهاجمون الجزيرة وسيهزمون في المعركة وهذا ما سيقلب الموازين في البلقان الحامية الكبيرة التي كان يفترض فيها ان تقاتل الالمان كانت مؤلفة من وحدات لوجستية تحمل البنادق فقط وكتائب هربت من اليونان ووصلت بلا احذية الهجوم الالماني كان في اليوم الاول كارثة حيث كان المظليون يسقطون في اكثر الحالات فوق المواقع البريطانية مباشرة وخلال المعركة المريرة التي لم تستمر لاكثر من اسبوع كاد النصر الذي تخيله تشيرتشيل ان يتحقق ولكن في النهاية تعظمت قوات الالمان ومرة اخرى السدعت البحرية لترتيب هرب الجيش وانطلق الجنود فوق جبال كريت سعيا للهرب من الجزيرة لكن خسائر الالمان في كريت كانت مرتفعة للغاية بحيث لم تستخدم قوات المظليين بمفردها بعد ذلك خلف كل احداث الحرب التي انتشرت الى كل دولة وبلدة وقرية في اوروبا خلف كل صور الفوضى والدمار الشامل والاستسلامات والانتصارات الشاقة وخلال كل المعارك على اليابسة وفوق الماء وفي الجو كانت هناك خطة كانت هناك استراتيجية كبرى تنظر باتجاه تاريخ اكبر الى مصير منذ البداية الاولى للنازية كانت فلسفة هتلر في الاشتراكية القومية نظرية للتاريخ الذي شرح الماضي وتنبأ بالمستقبل رأى هتلر مصير الاشتراكية القومية في مواجهة الشيوعية السوفيتية في الشرق كانت حربا للحصول على مساحة للحياة للجنس الالماني المتفوق على حساب الشعب اسلافي الاقل منزلة في روسيا كان هتلر يؤمن بان هذه المواجهة القوية كانت جوهرية لمستقبل العالم وبانها كانت حكمية ومؤكدة ولا مجال للمساومة فيها عام تسعة وثلاثين اصيب العالم بصدمة جراء الحلف النازي السوفيتي تحالف بين ايدولوجيتين في حالة تناحر بالنسبة لهتلر فقد منحه الحلف الحرية في تدمير بولندا ومحاربة الغرب بدون الخوف من شن الحرب على جبهتين بالنسبة للسالم فقد زوده الحلف بوهم الامان ضمن خطة هتلر والسراتيجيته الكبيرتين كان الحلف خدعة لكسب الوقت كل احداث الحرب منذ عام تسعة وثلاثين كانت جزء من خطة كبرى لاحتلال وتدمير روسيا كانت كل حملة تشكل جزء من هذا الهدف الذي كانت دافع لكل خطوة نازية وقد الغي غزو بريطانيا وذلك بسبب تحول انظار هتلر نحو الشر قصة الحرب عام واحد واربعين هي قصة ابعاد النظر عن خطة هتلر الكبرى مع ان المانيا عام واحد واربعين كانت تحشد قوات هائلة على الحدود الروسية كانت تركيز على هذه الجبهة يعني تخفيض الضغط على الجبهات الاخرى فالطائرات والمدافع والدبابات وفوق ذلك ارادة هتلر تحولت نحو الشرق وفيما صارد السال قواته المسلحة كان يعتقد بان بلاده في امان بدت القوات السوفيتية قوية وكانت تمتلك اكبر عدد من الدبابات في العالم واكثر من الدبابات العدو اعتقد السوفيت بان الحلف النازية السوفيتي سيصمد وسيحافظ هتلر على وعده قيام السال بمحاكمات وعمال تطغير قبل الحرب عقدة الخوف التي جعلت يصفي اي انسان يشك فيه تسببت في قتل ضباط جيدين وحل مكانهم ضباط يخشون اظهار الاستقلالية والمبادرة كانت القوات الروسية تحتوي على مسؤولين شيوعيين سياسيين عديدين وضعوا هناك لضمان ولاء الجنود للشيوعية كانت الاراضي تسحوذ على عقل السالم ونشر قواته الضخمة ليضمن عدم ضياع اي جزء من الاراضي البولندية التي احتلها وضد كل المنطق العسكري كانت قواته تنتشر على امتداد الجبهة الغربية للدفاع عن كل خط على الخريطة بدون اي اعتبار للمواقع الدفاعية الطبيعية التي تشكلها طبيعة الارض او الدفاعات في العمق في مايو عام واحد واربعين اتضح بان الحرب قادمة حذرت المخابرات البريطانية روسيا بان القوات الالمانية تتوجه نحو الشرق وبان ثلاثة وستة عشر المليون جندي الماني وثلاثة الاف وثلاثمائة وخمسين دباب والفي طائرة تحشد على الجبهة الالمانية الروسية رفض السالن التصديق بان الهجوم كان قريبا عندما كشف مرتد عن تاريخ رسالة بدي الهجوم بالتحديد الثاني والعشرين من مايو الساعة الرابعة صباحا في ذلك اليوم حشدت اكبر قوة في الحرب في تاريخ العالم اسمى هتلر حملته بربروسا نسبة الى امبراطور الماني في القرون الوسطى قاد الجيوش الالمانية نحو الشرق قبل عدة قرون تألفت بربروسا من ثلاث هجمات كل هجمة تتبع طريق غزو تاريخية في الشمال شن هجوم على امتداد الشاطئ باتجاه ليننجراد والتي اصبحت اليوم سانت بيتر سبير في الوسط اقوى هجوم وجه نحو العاصمة الروسية لمحاصرة وتدمير اعداد هائلة من الجنود الروس الهجوم الثالث الجنوبي وجه ضد اوكرانيا قلب الاتحاد السوفيتي الزراعي والصناعي ومركز التعدين ومنطقة البترول في جنوب روسيا كانت الهجمات باسلوب الحرب الخاطفة الكلاسيكية يرافقها قصف جوي مكثف مع هجمات الدبابات والمشا لمحاصرة العدو وتدميره بواسطة المشات الذين يسيرون بسرعة اقل بعيدا عن الهجوم في المنطقة الوسطى من الجبهة لم تكن هناك حواجز طبيعية في طريق الالماني واهدافهم مناطق روسيا الشاسعة شكلت ارضية مناسبة للحرب المدرعة وفي الخريف والربيع حولت الامطار الغزيرة الطرقات الترابية الى وحول وفي خلال اشهر الصيف الجافة في روسيا كانت العربات تتقدم بسرعة وسهولة يصعب تخيل اعداد الجنود الهائلة التي شاركت في القتال في الشرق عمليات استسلام شاملة وهزائم على مستوى لم يرى من قبل مئات الالاف من الجنود تعرضوا للأسر بدأ الجيش السوفيتي عملية بربروس بمليونين وستمائة الف جندي في الاشهر الاولى من الحملة تناقصت قواتها الى ثمانمائة الف جندي اضف الى ذلك ان المعارك كانت تدار بوحشية وبلا رحمة لم تشهدها اوروبا منذ ان دافعت الجيوش عن القار ضد الاتراك كانت روسيا محاصرة وحاربت بكل ضراوة وشراسة لم يظهرها حتى الجنود الفرنسيون اظهر الجنود الالمان افتقادهم للرحمة او الشفقة بحيث لم يشهد ذلك اي جندي غربي من قبل تلقى الجنود الروس اوامرهم من هتلر والذي قال في الثلاثين من مارس الحرب ضد روسيا لن تكون حربا على طريقة الفروسية الصراع هو صراع ايدولوجيات وفوارق عرقية ولابد من خوض هذه الحرب بكل قساوة ولا رحمة لم يسبق لهما مثيل يتوجب على جميع الضباط ان يتخلوا عن الايدولوجيات البالية اعلم بان الحاجة لمثل هذه الوسائل الحربية ستكون فوق مستوا فهم الجنرالات ولكن اصر على تنفيذ اوامري بدون اية مناقشة المسؤولون الشيوعيون هم حامل الايدولوجية التي تتناقض مع الاشتراكية القوية لذا يجب تصفية هؤلاء المسؤولين لن تتم محاسبة الجنود الالمان الذين يخرقون القانون الدولي لم تشارك روسيا في اتفاقية لاهاي لذا فانهم لا يملكون اية حقوق في ذلك الجنود الالمان والذين نشأ معظمهم تحت الحكم النازي امنوا بكلمات هتلر وكانوا اداة طياعة لارادته كان الجنود الروس من جميع الرتب يعملون معاملة سيئة كان الضباط السياسيون يقتلون على الفور اسر الالمان خمسة ملايين وسبعمائة الف جندي روسي طوال الحرب مات ثلاثة ملايين وثلاثمائة الف جندي في الاسر الا ان الخوف من السال فاق الخوف من العدو في العقلية الروسية الجنرالات الذين كانوا يخفقون يعدمهم بتهمة الخيانة الجيش السري الروسي وبدلا من حماية الجنرالات الروس لجنودهم بالتراجع التكتيكي فضلوا الانتظار للاستسلام والتعرض للتصفية كان النجاح عملية برباروسا سيعني تحقيق اهداف النازية ونهاية الشيوعية السوفيتية وانتصار الايدولوجية النازية اولئك الذين لا يفهمون التاريخ محكوم عليهم باعادته صارت الجيوش الالمانية في خطى الجيش الفرنسي عام 1812 والذي هلك فوق ثلوج الشتاء الروسي بدأت عملية برباروسا في نهاية يونيو بعد انقضاء تقصي روسيا الصيفي الجيد ومع العد التنازلي لقدوم البرد الروسي القارص كان هذا البرد القاسي عدوا شرسا للغزاء وكانه جيش اخر سيبقى المؤرخون يتساءلون فيما اذا كانت الحروب في جنوب اوروبا اعاقت بداية حملة برباروسا والتي جاءت مع نهاية الصيف كانت برباروسا رؤيا هتلر حلما وفي خضم الاحداث وضمن الاحتمالات فان من المدهج التفكير في مصار مختلف للتاريخ فيما تحركت فرق هتلر المائة والثلاثة وخمسون شرقا وباربعة ملايين جندي كان روميل يعد قوات افريقيا شمال افريقيا لهجوم جديد على مصر هذا الجيش كان جزءا صغيرا من الجيوش التي هاجمت روسيا لو ان جزءا صغيرا من هذه القوات معطية لروميل لكانت قوته اجتاحة البريطانيين ولكان امتصاره اجبر بريطانيا على اقامة السلام التفكير بما كان سيحدث مخيف للغاية لكن في سبتمبر عام واحد واربعين لم يكن النازيون يفكرون الا بالتوجه شرقا وفي سبتمبر سار جيش هتلر نحو الشرق منتصرا ومتيقنا بعد ذلك بشهر بدأ ثلوج الشتاء بالهطول في الحلقة القادمة من الحرب العالمية الثانية القصة الكاملة تتكشف مأساة عملية بربروس المخيفة بوصول الجيوش الروسية لابواب موسكو يعمر السال بتدمير كل بنية روسية تحتية قبل وصول الالمان ويحكم ثلج الشتاء روسي قبضته على جيوش الرايخ الثالث مع دخول امريكا الحرب يستدعى جندي قديم دوجلس مكارثر لخدمة بلاده تتقرب الولايات المتحدة وبريطانيا من بعضهما البعض في تحالف وتبدأ البحرية الامريكية بمحاربة الغواصات الالمانية شمال المحيط الاطلسي وعلى المسرح الدبلوماسي حول الحرب تستمر الحرب الكلامية مع القتال على الجبهات ويحث السال حلفاء الغربيين لفتح جبهة ثانية وفي الشرق الاقصى تواصل اليابان هجماتها على القوة الاوروبية في اسيا وفي حركة اخيرة ويائسة للمحافظة على السلام يناشد روزفلتا الامبراطور الياباني هيروهيتو مباشرة وفيما يتحدث السياسيون عن السلام يقترب الاصول الامبراطوري الياباني سرا من جزر هاواي وقاعدة بيرل هاربر الامريكية الهدف ترضو البحرية الامريكية من الحرب الباسيفيكية وينفجر التوتر ويطلق روزفلت على ذلك اليوم يوم العار فيما كان الاصول الامريكي يرسو عند الشاطئ برزت طائرات البحرية اليابانية من سماء الصباح لتمطر موتا ودمارا يدرك العقلاء في اليابان بانها مغامرة يائسة من الامبراطورية اليابانية وبانه يجب الانتصار في الحرب بسرعة او تهزم القوة الصناعية الالمانية في نفس اليوم تعلن المانيا الحرب على الولايات المتحدة ويتقرر مصير النازيين والامبراطورية اليابانية ترجمة نانسي قنقر في ظروة صيف عام واحد واربعين وفي اعقاب التماس مسولين طلب النجدة ينقذ المجهود الحربي الايطالي بتقدم القوات الالمانية جنوبا حيث تنجد حلفاء الفاشيين وتؤمن الجناح الجنوبية لدول المحور وفي طريقها لانقاذ القوات الايطالية تحقق نازية انتصارات اكبر وتضم المزيد من الاراضي الشاسعة لسيطرتها خلال بضعة اسابيع فقط تتكرر النجاحات المبهرة للحروب الخاطفة التي وقعت عام اربعين فتزحف جحافل القوات الالمانية جنوبا وتنقل معها الحرب الى البلقان تنهار يوغزلافيا واليونان خلال بضعة ايام في يوغزلافيا يعيد الهجوم الالماني فتح الجروح القديمة وتبدأ يوغزلافيا بمهاجمة يوغزلافيا يظهر اليونانيون دفاعا باسلا بمساعدة القوات البريطانية لكنه ينتهي بدانكيرك اخرى مع اجلاء خمسين الف جندي من الاراضي اليونانية ويهرب العديدون الى جزيرة كريتا اليونانية الجزيرة لم تعد ملاذا حيث يطارد الالمان اعداءهم ويملؤون السماء فوق المياه الداكنة بالمظلات حيث تشن القوات الالمانية المحمولة جوا هجوما شرسا ينتهي بالمزيد من الهزائم وعمليات الاخلال تدرك امريكا تدريجيا بانها لا تستطيع الوقوف مكتوفة الايدي امام الحرب والتي لم تعد كاي حرب اخرى بل اصبحت كفاحا من اجل الحرية والقيم المركزية في طريقة الحياة الامريكية يقدر مجلس الشيوخ الامريكي قانون الاعارة والتاجير والان ستزود امريكا بريطانيا بكل ما تحتاج لضمان بقاء الحريات في اوروبا في شمال افريقيا بدأ ايرويل روميل يحتل لنفسه مكانا في التاريخ قيادته الفذة تؤدي الى تقهقر القوات البريطانية بل يأسر روميل نظيره البريطانية كاسير حرب القيادة الالمانية العليا تعتقد بان روميل اصيب بالجنون انظار المانيا موجهة نحو مكان اخر حيث تنطلق اكبر عملية عسكرية في التاريخ عملية بربروسا غزو الاتحاد السوفيتي في اصورة النازية الخيالية ونظرية التاريخ نظرة عالمية مجنونة للماضي والحاضر والمستقبل مجتمعة معا دمار النظام السوفيتي هو المعركة النهائية صراع الخير والشر قتال سينهي التاريخ رغم حجم القوات السوفيتية الهائل فانها لم تكن مدربة تدريبا جيدا وكانت قيادتها سيئة بامكان الجيوش ان تعكس فقط نقاط القوة والضعف في المجتمع الذي تخرج منه تعرضت القيادة السوفيتية لحملة السال التطهيرية المتوحشة اذا خيم جو الخوف على الجيش الروسي الخوف من اظهار المبادرة والسقلالية الافكار النجاحات الاولى لعملية برباروسا جعلت هتلر يخطط لاقامة احتفالات النصر والتي يتخللها عرض عسكري للجيوش عبر شوارع موسكو تخليدا لانتصار النازية المطلق في نهاية ذلك الصيف عام 41 تأرجح مستقبل الحضارة في الصحراء وفي المحيطات والذي جرى في ساحات معارك لا يمكن تخيلها والذي بدى يشهد بداية هزيمة قوى الظلام موسيقى موسيقى كان الريف الصيفي الروسي مثالا للحرب المدرعة حرب المسافات الشاسعة الافق اللانهائية والخالية من الحواجز الطبيعية تساعد المدافعين كانت عملية بربروسا تتألف من ثلاث جبهات كبرى هجمات مدرعة جبارة باتجاه قلب روسيا موسيقى موسيقى خلال الشهر الاول من عملية بربروسا اسر النازيون مئات الالاف من اسر الحرب مع انطلاق الهجمات الثلاث في شمال روسيا اقترب الهجوم الاول من مدينة ليننجراد والتي اصبحت سانت بيترسبرغ كانت ليننجراد عاصمة روسيا القيصرية تضم مليونين ونصف المليون نسمة وعمرها السال بالمقاومة حتى النهاية وعدم الاستسلام ابدا حاصر الالمان ليننجراد حصارا خانقا وقاسيا ضروريات الحرب تجعل التحالفات اليائسة امرا ممكنا عام تسعة وثلاثين استغل الاتحاد السوفيتي حجمه لغزو جارته فنلندا عندما هاجم الالمان الاتحاد السوفيتي ادرك الفنلنديون بان التحالف مع المانيا هو فرصتهم الوحيدة للانتقام من روسيا واستعادة اراضيهم المسلوبة في اقصى الشمال انهت القوات المدرعة للمرة الرابعة هجومها على بربروس في طريقها الى ليننجراد وبذلك تكون اكملت حصار دول المحور عليها ادرك الاتحاد السوفيتي بان عملية بربروس لن تكون حربا يمكن حلها جراء بعض التعديلات الطفيفة على الحدود لن تكون حربا يمكن التفاوض عليها او الاتفاق على تسوية سلمية في النهاية لن يبقى هناك سوى نظام واحد موسيقى 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 دعا ستالين الشعب السوفيتي للقتال فيما اسماه بالحرب الوطنية العظمة امر ستالين باتباع سياسة الارض المحروقة قبل وصول الالمان سيتوجب على الجنود الروس المنساحبين تدمير البنية التحتية للبلاد تدمير المباني وحرق المزروعات والمدن والبلدات موسيقى تدمير او الاستيلاء على اي شيء قد يبدو قيما للغزاء مصانع باكملها والتي كانت ضرورية للمجهود الحربي الروسي فقكت قطعة قطعة ونقلت عبر مسافات شاسعة في الاتحاد السوفيتي نحو شرق موسكو ثم خلف جبال الاورال ومن اوروبا لاسيا الى اعماق سايبيريا موسيقى في دوامة عملية برباروسا حيث قفزت فيها خطوط التقدم فوق خرائط الجنرالات وحيث تواجدت فيها الوحدات عن دحافة خطوط الامدادات البعيدة والدقيقة كانت هناك مساحات حول وخلف الالمان وتشكلت جيوش روسيا الموالية في هذه المساحات هذه الجيوش التي كانت عادة تحت قيادة شيوعيين متعصبين قامت بحملات التخريب ونصب الكماء وعمليات الاغتيال التي سميت تفكيك الارضية الذهنية للدولة الشيوعية والثورة البلشفية تم التخلي عن الالحاد الشيوعي وشجعت الكنيسة على الترويج للحرب المقدسة قتال من اجل اله الروس تم التخلي عن التاثير المدمر للشيوعية على الات الحرب الشيوعية واستعيدت التقاليد العسكرية القيصرية وعملت على بناء الروح القتالية في جنوب روسيا تقدمت القوات الالمانية اكثر واكثر في اعماق اقليم اوكرانيا ذي التربة السوداء كان ذلك هجوما على الثروة الزراعية والمدن الصناعية الجنوبية في الاتحاد السوفيتي مدن مثل السالينغراد بعد شهر فقط من القتال في الشرق كان الالماني يخططون لاقامة مسيرة للاحتفال بالنصر عبر شوارع موسكو في نهاية اغسطس قال هتلر بان هدف المانيا في الشرق يجب ان يكون اولا الحكم ثانيا الادارة ثالثا الاستغلال كان هتلر ينظر الى اعدائه نظرة الزراع بكونهم شيوعيين واسلافيين تخلى هتلر عن معاهدات وقوانين الحرب في عملية بربروسا اعطى الجيش الالماني الاوامر لقتل اي شخص في الشرق يعارضهم كانت الخطة تقضي بازالة موسكو ولنينجراد عن الخريطة السكان يجب تصفيتهم او اجبارهم على الرحيل بتجويعهم سعى الالمان لانشاء برنامج ضخم عرف في السنوات اللاحقة ببرنامج التطهير العرقي الخطة النازية الرئيسية في الشرق تضمنت حركات سكانية ضخمة تنتقل الشعوب الالمانية بموجبها الى الاراضي التي تحرر وتزال شعوبها مع بداية تقدم الجيوش الالمانية بدأت اول عملية تطهير عرقي خصصت فرقة خاصة من قوات الاس اس الشرطة العسكرية السرية للقضاء على اليهود موسيقى بعد أن اتضح بأن عملية بربروس اضحت حربا شاملة حربا يؤدي انتصار الالمان فيها الى القضاء ليس على الشيوعية فحسب بل على الشعب الروسي ازداد صلابة الجيش الاحمر وارادته لاجل المقاومة واصبح اكفأ في مقاومة الهجمات الالمانية القاعدة الصناعية التي نقلها السوفيت الى الشرق مكنته من السبدال الخسار المادية التي عانوا منها في عشهر القتال الاولى رغم ان الهجمات الالمانية كانت على مستوى لم يسبق له مثيل الا ان الالمان لم يكون مساعدين جيدا لمثل هذه الهجمات احتياط المؤن والجنود لم يكن كافيا لاستيعاب النجاحات والاقتحامات الهائلة المساحات الشاسعة التي صنعها العدو خلفه تركت مجالا للفدائيين السوفيت لتخريب وتدمير خطوط الامدادات الالمانية مع تقدم السنة ومرور سبتمبر وقدوم اكتوبر عاقت الامطار التي حولت الطرقات الى وحول التقدم النازي رغم هذه المقاومة المتصاعدة اصر هتلر على المغامرة بما تبقى لديه من قوة المانية اصدر اوامره بضرورة انهاء الحرب مع نهاية عام 41 في اكتوبر امر بان يكون الهجوم الاخير على موسكو موجها نحو قلب القوة السوفيتية مباشرة في الصحراء الغربية لشمال افريقيا كانت هناك معارك لا تقل اهمية بين القوات الافريقية والجيش البريطاني دفع الالمان بقيادة رومل البريطانيين للوراء وحاصر ميناء طبرق كان الفوز بمعركة طبرق امرا جوهريا لرومل كانت الخطة الالمانية تقضي بالتقدم للامام بالهجوم والاستيلاء على مصر وقناة السويس ومنها يمكن تهديد البترول البريطاني في الشرق الاوسط وربما الانطلاق نحو الهند البريطاني كانت طبرق شوكة في حلق رومل وتشكل تهديدا لو استخدمها البريطانيون لضرب مؤخرة الجيش الالماني المتقدم في افريقيا كانت تشيرتشيل يرى بان الصحراء الغربية مسرح حاسم في الحرب حينها كانت تلك ساحة القتال الوحيدة التي يشتبك فيها الجيشان البريطاني والالماني بالنسبة لبريطانيا والتي كان عليها تحمل كل قنابل طائرات سلاح الجو الالماني وتحمل الهجمات على الملاحة في شمال المحيط الاطلسي مع كل هذه التضحيات والمشاق كانت الحرب في الصحراء الحملة الوحيدة التي لم يتوجب على البريطانيين فيها انتظار ما يفعله العدو القتال تشيرتشيل الى قادة جيشه بالعديد من الاوامر والاقتراحات كان امام اولئك القادة وقت قصير ليثبتوا انفسهم في ربيعي عام واحد واربعين اقصي الجنرال ويفل من منصبه لفشله في الهجوم الذي انهزم فيه امام عبقرية رومل اقتنعت تشيرتشيل من خلفية ويفل اوكينليك بالقاء الثقل على الجيش في مصر والذي اصبح اسمه الجيش الثامن وفي هجوم سمي الحملة الثامن بعناية لهجمة على الالمان في نوفمبر عام واحد واربعين توقع رومل الهجوم وقام باحتوائه حيث بادر بالهجوم على ميناء طبرق كان رومل جنرال مبدع وملهما يستطيع التصرف بسرعة التف بهجمته وحطم ظهر الجيش الثامن مرة تلو الاخرى لم يستطع الطرفان استثمار نجاحاتهما بسبب مشاكل لم يستطع روم المطاردة البريطانيين وثانية تراجع الجيشان لاعادة تنظيم صفوفهما عاد الالمان لمحاصرة الطبرق وعاد البريطانيون ليفكروا بهجوم جديد بقيادة جنرال جديد مع دخول الالمان الى منطقة البحر المتوسط زادت خطوط امداداتهم قوة وسرعان ما استطاع رومل احراز تقدم وضع مستقبل بريطانيا في خطر عبر المحيط الاطلسي كانت امريكا تجر ببطء وثبات نحو مسرح الاحداث كان رئيس الوزراء البريطاني تشيرتشيل يدرك بان هزيمة المانيا النازية لن تحدث بدون مشاركة امريكا المباشرة يجب ان نمنح كل مساندة ممكنة لبريطانيا ولكل الذين يقفون امام اطمع هتلار النازية بنفس المستوى كانت كل السياسة الامريكية موجهة في حملة اقتناع وحملة دعائية نحو الحكومة الامريكية والشعب الامريكي طوال الحرب وفي سلسلة اتفاقيات كانت امريكا تقترب اكثر من الحرب في اغسطس عام واحد واربعين وفي مؤتمر خليج بلاسينتيا في كندا وافقت تيرتشيل وروزفيلت ووقعا على ما عرف بدسور الاطلسي كانت دسور اتفاقية بيانا بالقناعات المشتركة وكان بمثابة قائمة باهداف الحرب ومسودة للسلام لم تكن امريكا او بريطانيا تسعيان لاحتلال دون موافقة السكان كل الناس يمتلكون حق عودة الحكم الذاتي بعد الحرب ستمتلك جميع الدول الحق في الحصول على المصادر الاقتصادية للازدهار على جميع الدول المشاركة في الازدهار العالمي بعد تدمير الطغيان النازي سيتم بناء سلام دائم ستكون هناك حريات البحار وعلى جميع الدول التخلي عن القوة رغم التطلعات المشتركة العطلسي ظلت امريكا حيادية من الناحية القانونية ورغب معظم مواطنيها في بقاء بلادهم بعيدة عن اي حرب اجنبية لكن امريكا والتي كانت محايدة قانونيا كانت تخوض حربا غير رسمية ضد البحرية الالمانية وغوصاتها في المحيط العطلسي لم تكن معركة العطلسي معركة بحرية في المفهوم التقليدي المعركة خلال يوم او ساعة لكن معركة الاطلسي اشتهرت بحرب الخنادق في البحر حيث كان كل جانب يسعى لتدمير الاخر كانت قتال ارقام قتالا للقتل فقط كانت حربا يسهل فهمها يجب اغراق سفن بريطانية باسرع من قدرة البريطانيين على تعويضها وبناء غواصات بديلة اسرع من قدرة البريطانيين على تدمير الغواصات الالمانية عندها سيتم الانتصار في الحرب معادلة اقتصادية بسيطة تعطي هدفا يمكن التعبير عنه بالرياضيات بارقام واعداد السفن التي يجب اغراقها خريف عام 41 سمي بالوقت السعيد بالنسبة للبحرية الالمانية كان وقتا بدت فيه الانتصارات سهلة بمجرد سقوط فرنسا ووقوع شاطئ اوروبا الاطلسي تحت سيطرة دول المحور وعندما كانت سياسة العزلة في امريكا قوية كان الهدف البسيط اغراق 600 الف او 750 الف طن من الملاحة البريطانية شهريا هذا ما سيحقق للنازيين الانتصار خلال سنة الجزء المبكر من الحرب كان وقتا ضايع الفرص لكن مع قدوم خريف عام 41 ارتفى عدد السفن وتطورت التقنيات التي هددت التجارة الاطلسية عام 41 بالنسبة لجميع الغواصات وجميع السفن كان العثور على العدو في البحر في المحيط الشاسع امرا صعبا كانت الرادارات بدائية لم تكن متطورة بعد في البحر كان السونار سلاحا قصير المدى وكان فعالا فقط في حالة مهاجمة السفن اهدافا قريبة تحت الماء اكتشاف الغواصات للاهداف كان يعتمد على النظر والذي كان محدودا ومن زاوية منخفضة على برج الغواصة كان وضع ضابط المراقبة كوضع بحار فوق صار سفينة شرعية نظام القوافل الذي رافق السفن التجارية تحت حماية السفن الحربية كان تكتيكا قديما ويعود لايام السفن الشرعية لقد تغلب على الغواصات في الحرب العالمية الاولى لم يكن يعني بان على المهاجم مقاتلة السفن الحربية فحسب بل كان نظام القوافل يعني صعوبة العثور على الاهداف العثور على قافلة من ثلاثين سفينة تبحر معا كان اصعب من العثور على ثلاثين سفينة متفرقة فوق خطوط الملاحة البحرية كان سلاح البحرية الامريكي يرافق القوافل حتى منتصف الطرق وكان بذلك يضاعف عدد السفن العاملة على ابعاد العدو شهدت الحرب البحرية في الحرب العالمية الثانية تكتيكات جديدة نظرية قطيع الذئاب لم يكن قائد الغواصة الالمانية يخشى القوافل وكان يهاجم قطيع القوافل ويحدث الخسائر الفادحة ومع ازدياد عدد الغواصات الالمانية اصبح انتشار هذه الغواصات ممكنا على امتداد المسار المحتمل للقوافل التجارية عندما ترى القافلة ترسل رسالة بالراديو حول موقع القافلة الى قاعدة على الشاطئ ويعاد ارسال هذه المعلومات الى جميع الغواصات لمهاجمة الهدف بدى الامر وكأن شبكة ضخمة القيت في المحيط اول غواصة تكتشف القافلة تلاحق السفن التجارية وحيث ترسل هذه السفن اشارات لجمع اعضاء قطيع الذئاب الاخرى يبدأ الهجوم اثناء الليل كان قادة الغواصات الالمانية يحتاجون للشجاعة للاقتراب من القافلة في الظلام حيث تحاول الافلات من شاشات السفن المرافقة وتصل الى بعد 600 متر قبل اطلاقها النيران بالنسبة للبحارة التجاريين كانت معركة الاطلسي عذابا بطيا وشديدا كانوا يمضون الايام في مراقبة البحر خوفا من بروز عدو خفي الليل كانوا يمضونه في انتظار انفجارات تكاد تكون حتمية كانت كل سفينة تواجه موتا خاصا كانت ناقلات النفط تنفجر ويشتعل فيها اللهب سفن الشحن الثقيلة كانت تغرق بملاحيها في اعماق البحر خلال دقائق في الصباح كانت القافلة تجر خلفها الكثير من الحطام والنفط المحترق والسفن المدمرة والبحارة الذين ينتظرون انقاذهم وهياكل السفن المحترقة لم تستطع السفن الحربية المرافقة عمل الكثير حيال الغواصات على السطح اثناء الليل كانت الغواصات سريعة جدا بحيث تفلت من السفن المطاردة كان السونار الرادار تحت الماء في بدايته ولم يكن بمقدوره العثور على الغواصات وهي على السطح كان قائد الغواصة الالمانية يحتاج للشجاعة والحظ لكن الشجاعة والحظ وحدهما لا يكفيان لاحراز النصر ميزان القوة التكتيكية كان في صالح الالمان حيث انه رغم ان السفن التي كانت تبحر على شكل قوافل كانت في امان لكن القوافل لم تكن دفاعا كافيا لم تكن الافكار والاسلحة متطورة بشكل كاف لتشكل خطرا حقيقيا عام واحد واربعين غرق ثلاثة ملايين وستمائة الف طن من الملاحة اي 250 الف طن في الشهر كان المحيط الاطلسي الشمالي بيئة قاسية ذا طقص مخيف وعواصف شديدة كانت مياها لم يستطع رجال البقاء فيها سوى بضع دقائق عواصف انهكت الرجال على كل الجانبين رجالا كانوا دوما مساعدين كان هيكل الغواصة مصمما للعمل تحت الماء مصنوع غواصة متحركة على السطح لم يكن ضباط الغواصات ينظرون عبر البحر بل ينظرون لاعلى السطح كانوا يقضون الساعات الطويلة معرضين للامواج الباردة جدا والقاسية جدا كان الخطر يبرز عندما تكتشف السفن المرافقة غواصة على السطح او تعثر عليها بالسنار في القتال على السطح تكون الغواصة هي الخاسرة وعندما تغطس الغواصة وتتعرض لملاحقة السنار فان طاقمها يعاني من الخوف من قنابل الاعماق حيث يبقى الطاقم في صمت مطبق انهم يصعون لصوت اشارات جهاز السنار ينقر هيكل الغواصة ويسمعون ايضا صوت المحركات يصبح جلد البحار وهيكل الغواصة وكأنهما جزء واحد ادنى نقرة على اي منهما تؤدي الى نوبة من الخوف تهز الانفجارات الغواصات وتحطم الاجهزة وتعطل الكهرباء وتفجر الاحكامات حيث يؤدي ذلك الى تسرب الهواء ومياه البحر قد تستمر الهجمات لعدة ايام في اساطير الحرب العالمية الثانية فان الغواصة مرتبطة بالنازية لكنهم في الحقيقة كانوا بطيئين في ادراك قيمة ذراع بحريتهم هذه لم تكن الغواصة مشهورة بين البحار في سلاح البحرية الادميرالات الذين انضوا حياتهم على السطح كانوا مترددين في تفهم هذه القوة تحت المائية الخيال والدراما اساطير الحرب العالمية الثانية زودتنا بانطباع خاطئ روايات خيالية حول الطريقة التي حاربت فيها الغواصات يمكن وصف غواصة الحرب العالمية الثانية بكونها قاربة ربيدات يستطيع الاختباء تحت الماء كانت الغواصة سفينة رئيسية تستطيع العمل باستقلالية تحت الماء ولعدة شهور سرعتها عالية تحت الماء تضاهي سرعة السفن وسرعة عالية على السطح كسرعتها تحت الماء ومع استطاعتها العمل في الاعماق السحيقة ومع اسلحتها الممكن اطلاقها من مسافات بعيدة جدا فقد كانت عام واحد واربعين سلاح المستقبل مع نجاح تجمع حول قافلة كان لابد من الانطلاق في رحلتها الى مواقعها بسرعة كبيرة على السطح وإلا لن تلحق بالقافلة نقطة الضعف الرئيسية في الغواصة التي استغلت هي ضعفها امام الهجمات الجوية وقد ادرك البريطانيون والامريكيون اهمية الحماية الجوية للقوافل عام واحد واربعين احتل البريطانيون ايسلندا لتوسيع مدى الدوريات الجوية فوق الاطلسي طورت رادارات خاصة يمكن تركيبها على الطائرات مما يعني بان الغواصات لم تعد امنة على السطح اثناء الليل استخدام القوة الجوية جعل من مهاجمة قطعان الذئاب او القوافل اكثر صعوبة واصبح صعود الغواصات الى السطح وقتا عصيبا وقتا مشحونا بالتوتر والحذر من الهجمات المفاجئة بالاضافة الى عمليات الغطس المفاجئة من اهم الاسلحة في معركة الاطلسي كانت عملية تفكر موز الشفرة الالمانية ومرة اخرى في تاريخ الحرب لعب هذا السلاح السري البريطاني دورا حاسما اخترق البريطانيون رموز الشفرة الالمانية في معركة الاصلسي لاول مرة دخل البحارة البريطانيون الى الغواصات الالمانية التي كانت تغرق حيث كانوا يتقاتلون مع اطقم الغواصات ويستولون على اجهزة البث وكتب الرموز كانت تلك كانت تلك هي المواد التي قدمت لهم اول ادلة في الحرب السرية وبقراءة الرسائل المرسلة الى الغواصات الاخرى امكن تغيير مسار القوافل وتوجيه هجمات الطائرات فقد رجال شجعان كثيرون حياتهم في المحيط الاطلسي عام واحد واربعين كان البحارة التجاريون يتركون في عرض البحر حيث لم يكن بمقدور القافلة التوقف لانقاذه كان معدل خسار اطقم الغواصات الاكثر خلال الحرب اكبر دفاعا امتلكه البريطانيون ضد هجمات الغواصات الالمانية كان ببساطة عكس نقاط الضعف كانت بريطانيا بحاجة لاستيراد اكثر من خمسين مليون طن من البضائع كل سنة لهذه الحملة حيث تبدأ هذه البضائع من المعدات الحربية وحتى الغذاء اليومي في الحياة بحلول عام واحد واربعين قلص البريطانيون هذا الرقم لاكثر من النصف الى 23 مليون طن فقط بالنسبة للاناس العاديين عنى ذلك اتباع حمية صارمة مع اختفاء اكثر الاطعمات المفضلة اصبح الشعب البريطاني امة من الفلاحين الصغار اصبحت المواشي تتواجد في كل ساحة منزل في المدن والبلدات وتحولت كل رقعة ارض الى مزرعة خضروات صغيرة بدأت الزراعة بالازدهار وتحولت الى صناعة تستغل كل ما تنتجه الارض وحرث الناس مناطق جديدة التجنيد الاجباري الذي فرضته الحكومة وتوجيه العمال اوجد جيش عمال جديدا كان يعمل في المزارع صور طوابير البشر المصفين للحصول على حصص الطعام والمعاناة التي مر بها السكان كانت تخفي حقيقة علمية وهي انه لم يسبق للشعب البريطاني حصوله على النوعية المتوازنة والصحيحة من الطعام في حياته من قبل امتد التقنين الى كل مجالات الحياة اختفت السيارات الخاصة عمليا حيث اصبح يستحيل الحصول على وقود للسيارات وبعض السيارات حولت الى الغاز مع تعليق استوانات الغاز فوق السطح تغيرت الازياء لتعكس نقص الاقمشة اذا كانت بريطانيا تحولت الى امة مزارعين صغار فقد تحولت ايضا الى امة مجرمين صغار السيطرة الصارمة للدولة اظهرت السوق السوداء عندما تكون انظمة الدولة صارمة فان الضغوطات التي يتعرض لها حتى اكثر الناس وطنية للحصول على متع الحياة الصغيرة باية وسيلة لا يمكن مقاومتها لقد اعلم الشعب البريطاني مرارا وتكرارا عما يجب عمله والطريقة ايضا بالحملات الدعائية والاستعلامات العامة التي دخلت مجالات الحياة كافة وفي حربهم من اجل الحرية اصبح المواطنون البريطانيون محكومين واقل حرية اكثر من اي وقت مضى عامل اخر في حسابات حرب الغواصات كان في معدل صناعة السفن الجديدة التي تحل مكان التي غرقت وثانية قدمت الحرب الحافز للاختراعات وانعكس ذلك في تصاميم صناعة السفن وامكانية صناعة المزيد من السفن بسرعة اكبر نتاج هذه الاختراعات عرف بسفن الحرية سفن صنعت على نطاق واسع وباسلوب كاسلوب خطوط الانتاج كانت التصاميم بريطانية وحولها البناء الامريكيون لتصاميم عملية بنية اكثر من 2500 سفين احيانا بعض السفن كانت تصنع خلال اربعة ايام اساليب توفير الجهد والمال المتبع واستخدام عمال غير خبير بذلك معناه بان نوعية السفن كان مشكوكا فيها احيانا كان بعضها يتهاوى لكنها باعدادها الكبيرة رجحت الكفة ضد دول المحور في نوفمبر عام 41 امر الجيش الالماني بالفوز بالحرب بانهاء الروس بالاستيلاء على موسكو كانت تلك مغامرة المخططون الاصليون لبرباروسا لم يتوقعوا حتى في الخيال تحقيق النصر بسرعة الاسيلاء على موسكو احتاج اخر الجهود اليائسة للجنود الالمان والذين دفعوا الكثير حتى الان ما كان هتلر يدعوها اخر جهود قوة الارادة كانت عملية دفع الجنود الى اخر حد في طاقتهم مع نهاية نوفمبر ووسط ثلوج وعوحال الشتاء الروسي كان الجيش الالماني على بعد 30 كيلو مترا من موسكو كانت المدينة اخليت واستعد لكريملين لتدمير المدينة ليكون ذلك المصير الافضل لقلب روسيا التاريخي في بداة ديسمبر كان على الالماني انهاء الهجوم كانوا منهكين ويأملون باخذ قصة من الراحة قبل تجديد القتال في الربيع لكن بدلا من ذلك شن الجيش السوفيتي هجوما معاكسا وشرسا في الخامس من ديسمبر ولعدم تجهيز الجيش الالماني للقتال في الشتاء فقد عانى من خسار جسيمة في اعماق البرد انكشف ضعف الدكتاتورية وليست قوتها ضعف القيادة والتي كانت الحرب فيها توجهها ارادة شخص واحد وغرور شخص واحد رفض هتلر التراجع رفض اصدار اوامره بالانسحاب الذي كان يمكن له انقاذ وحداته المتقدمة من الحصار والهزيمة في النهاية عانى الالمان من اصابات بليغة ودفعوا الى 300 كيلو متر بعيدا عن موسكو انتهت عملية بربروس في الثلوج قبل موسكو بقي هناك الكثير من القتال والموت لكن اعظم موت في بربروس كان اسطورة الجيش الالماني الذي لا يقهر جيش اعتاد على الانتصارات قبل ان يتعرض للهزيمة 980 الف جندي قتلوا او جرحوا او اسروا فقد ثلث الذين بدأوا بعملية الغزو تقريبا الجنود الروس الذين صاعقوا الالمان بهجمات مفاجئة هم جنود روسيا في الشرق الاقصى وكان ذلك يعكس حقيقة كون الحرب عالمية كانت روسيا تستطيع تحريك تلك القوات من اسيا حيث لم يعد هناك اي تهديد من الامبراطورية اليابانية وكانت تنظر الى اتجاه اخر كانت تلك قرارات اتخذت في الجبهة الاخرى من العالم مكنت القيادة السوفيتية من حشد القوات السيبيرية ضد الجيش النازي اتخذت القرارات في توكيو عاصمة الامبراطورية اليابانية كانت اليابان حريفة لالمانيا وايطاليا ولكن من الخطأ القول بان دول المحور الرئيسية كانت تتشارك في نفس الايدولوجية كانت اليابان تتقاسم نفس نظرية التفوق العرقي تشارك نفس النظرة المتعلقة بالعسكرية والتي ترى القوات المسلحة بكونها فضيلة لكن هدف السياسة اليابانية الرئيسي كان يكمن في احتلال القوى الاوروبية لتسيطر سياسيا واقتصاديا في اسيا لو كانت المانيا القوة المسيطرة في منطقة المحيط الهادئ بدلا من البريطانيين والامريكيين لكانت العلاقة بين الحلفاء مع كوسا كانت اليابان تخفي اطمعا لها في الاراضي السوفيتية في الشرق الاقصى وكانت تنظر بعين الحسد نحو مصادر الدول المجاورة الطبيعية في الشرق الاقصى وللتوسع شمالا من خلال دولتها الالعوب بيدها منشوريا وللتوسع جنوبا وشرقا في المحيط الهادي مع نهاية عام واحد واربعين كانت اطمع اليابان موجهة نحو الجنوب فقط ومع امتهاي عام واحد واربعين دخلت اليابان الحرب اطول من اية دولة كبرى اخرى حيث كانت تخوض حربا استعمارية في الصين حافز هذا التوسع الياباني كان المصادر الطبيعية خاضت الحرب للحصول على المواد التي تحرك قواتها المسلحة للقتال في المزيد من الحروب البترول والالمينيوم والقصدير والمطاط كلها مواد لم تكن اليابان تنتجها وكانت اليابان تعتمد ايضا على استيراد الطعام لاطعام شعبها اغنى مناطق جنوب شرق اسيا مزارع المطاط الشاسعة في الملاو البريطانية نفط اندونيسيا حقول الارز الشاسعة في فيتنام الفرنسية كانت كلها تحت سيطرة الاوروبيين كانت اليابان دولة عسكرية تسيطر عليها احتياجات القوات المسلحة كان الشعب الياباني يؤمن بألوهية الامبراطور هيروهيتو ولكنه لم يكن يحكم حقيقة كانت السلطة في ايدي حكومة يسيطر عليها الجنرالات عندما استغلت اليابان سقوط فرنسا والسولت على مسعمرة الهند الصينية الفرنسية قطعت امريكا علاقاتها مع الامبراطورية دعت اليابان الهند الصينية لتكون عضوا في اسيا العظمى وهي منظمة كانت تطالب باستقلال شعوب اسيا ولكن في الحقيقة كانت مجرد الية للإستيلاء على المصادر الطبيعية للدول الاعضاء ومن ثم توجيهها نحو اليابان طالبت امريكا بانسحاب اليابان من الهند الصينية ومن الحرب الطويلة ضد الصين نفسها قبل سناف التجارة معها كانت امريكا تستعد للحرب واستدعت الجندية البطل دوغلاس ماكارثر ليقود الجيش في المحيط الهادئ اتخذ ماكارثر موقفا ايجابيا مع خطة للدفاع عن الفلبين ومعه قوات حديثة وقوية بالنسبة لليابانيين عززت هذه السياسة الامريكية الاحساس بقوة الاضطهاد وعززت موقف اولئك الذين كانوا ينادون بالحرب عندما اصبح هايدي كايتو جو وهو جنرال عدواني رئيسا للوزراء في اكتوبر عام 41 مهد الطريق اليابان نحو الحرب وبدأت للسعدادات السرية كان اليابانيون يدركون بانه لخوض حرب التوسع في المحيط الهادئ كان عليهم تحييد البحرية الامريكية في المحيط الهادئ كانت البحرية الامريكية اضخم بحرية في العالم حينها واثناء مفاوضات السلام تعرضت قاعدة بيرل هاربر في هاواي الى هجوم مفاجئ اقترب الاصول الياباني بسرية تام حيث كان يختبئ خلف جبهة جوية اثناء عبورها المحيط اقترب اصول حاملات الطائرات عبر طريق بعيدة وغير مباشرة حيث التف حول هاواي من ناحية الشمال من حيث لا يتوقع احد الهجوم في الحادي عشر من ديسمبر لعام واحد واربعين وعند الساعة السادسة صباحا ظهرت الطائرات اليابانية في اجواء هاواي كان صباح يوم احد وكانت المفاجأة كلية كان هناك سبعون سفينة حربية راسية في ميناء بيرل هاربر في ذلك اليوم بما فيها ثمان بوارج هاجمت الطربيدات وقنابل الاعماق خطوط السفن والمطارات وشاركت القاذفات بالهجوم في هذا الهجوم الذي لم يستمر لاكثر من ساعتين غرقت ست بوارج ودمرت اثنتان منها وغرقت اعداد كبيرة من السفن الاصغر حجما تم تدمير اكثر من مائة وستين طائرة قتل ألفان واربعم وثلاث عسكريين ومدنيين وجرح ألف ومائة وثمانية وسبون شخصا وخسارة اليابانيين كانت تسع وعشر طائرة فقط وفي لحظة حذر وخوف من هجمة معاكسة فشل اليابانيون في اكمال الهجوم على رصيف الميناء ومواقع الصيانة والتزود بالوقود وهي اهداف لا تقل اهمية عن السفن الحربية المأساة ان البوارج المحترقة اصبحت سلاحا بحريا من الماضي كانت اليابان تستخدم حاملات الطائرات لمهاجمة اعدائها الا انها فشلت في العثور على حاملات الطائرات الامريكية وتدميرها والتي كانت تتمرن في البحر يومها القول بان الامريكيين لم يكونوا مسعدين للهجوم اطلاقا وبانهم كانوا يجهلون التهديدات اليابانية قول خاطئ كان الامريكيون يتوقعون هجوما يابانيا لكن كانوا يعتقدون بان اول ضرب ستكون موجهة ضد القوات الامريكية في الفلبين وليس في بيرل هاربر كان الهجوم على هاواي لكن موجها من اقرب اراض يابانية ونحو الجنوب الغربي للجزيرة كانت بيرل هاربر في حالة السنفار تام ضد الاعمال التخريبية كانت الطائرات الامريكية وقد سهل ذلك العمر قيام الطائرات اليابانية بهجماتها كانت هاواي محمية بالرادار وكان يمكن اكتشاف موجات الهجوم اليابانية المفاجأة كانت في ان الامريكيين لم يراقب الهجوم من الناحية التكتيكية كانت بيرل هاربر مثالا مذهلا في المقدرة على استخدام اسلوب التخفي والاختباء وفي استخدام ادوات الحرب للانتصار من الناحية الاستراتيجية كان عمل اليابانيين كارثة وتسبب في تدمير خطط وادوات وستراتيجيات بلادهم كافة ذلك الهجوم الذي قام به صباح يوم الاحد حكم على القوات اليابانية بالدمار كان اليابانيون يسعون لتحقيق انتصار تاريخي يضاه انتصار البريطانيين في معركة الطرف الاغر لالحاق هزيمة بالعدو واجلائه من البحر واتاحة المجال اليابانيين لتوجيه الضربات اينما يريدون وبمجرد اثارة امريكا فان القوة الامريكية والمقدرة على التنظيم والكفاءة والثقة المطلقة من نفس والتفاؤل الايجابي وحجم الثروة الهائلة والصناعة كلها جعلت من امريكا عدوا مخيفا كانت بيرل هاربر حدثا ادى الى شحذ الشعب الامريكي وحل جميع الخلافات والغاء مشاعر العزلة السابع من ديسمبر عام الف وتسعمائة وواحد واربعين تاريخ سيحفر في الضمار هجمت الولايات المتحدة الامريكية فجأة وبالشراسة من قبل القوات الجوية والبحرية اليابانية كان اليابانيون يخططون للاستفادة من هذه الهزيمة عن طريق المبادرة في خطة غزو شاملة عبر جنوب شرق اسيا والمحيط الهادف سيزيد ذلك قوتهم ويمنع الولايات المتحدة من مهاجمة الامبراطورية اليابانية اعتقد المخططون اليابانيون بان الولايات المتحدة ستقبل بالاوضاع الجديدة وستقبل اليابان كقوة مسيطرة جديدة ثم تساوم على السلام اصحاب الرؤوس الصلبة داخل القوات المسلحة اليابانية ادركوا بان بيرل هاربر لم تكن تعني الانتصار في الحرب بل مجرد فوز في معركة مكنهم من كسب بعض الوقت قبل المغامرة بالحاق الهزيمة بالولايات المتحدة بجهود يائسة وبشكل سري وخاص كان الادميرال ياماموتو مهندس بيرل هاربر يتنبع بذلك بامكاني ان اكون طليقا لستة اشهر او سنة لا املك اي تثقة اطلاقا في السنتين الثانية والثالثة اي شخص شاهد حقول النفط في تكساس والمصانع في ديترويد يدرك ذلك ستة اشهر كان الانتصار او الهزيمة في نهايتها امرا حتميا الانتصار سيكون مستحيلا في حرب طويلة ان اعدام المواد الخام والقوة الصناعية الذين كان المحرك لاطمع اليابانيين سيكون السبب في سقوط اليابان في الصراع مع قوة امريكا في السابع من ديسمبر اعلنت المانيا وايطاليا الحرب على امريكا وينسون تيرتشيل قال بانه نام بسهولة لاول مرة منذ بداية الحرب مع الهجوم على الوصول الامريكي احاطت المعارك بالكرة الارضية بالنسبة للشعب الامريكي كان ذلك بداية الحرب وبالنسبة للقوى الفاشية كان ذلك بداية النهاية في الحلقة القادمة من الحرب العالمية الثانية القصة الكاملة الجهود الحربية اليابانية تنطلق عبر المحيط الهادف وخلال الاشهر الثمينة التي تم شراؤها بالهجوم على بيرل هاربر تنجرف الدول واحدة تلو الاخرى امام المد الياباني الاف الجنود يستسلمون مع سقوط سانجافورا في اكبر هزيمة تتعرض لها اليابان كانت الهزيمة بمثابة كارثة مثالا للكوارث العسكرية يقطع دوجلس ماكارث وعدا بالعودة بعد ان تندحر القوات الامريكية من الفلبين مع اسر الاف الجنود الامريكيين في البحار قبالة ماليزيا تثبت القوى الجوية ثانية بانها العدو القاتل للبوارج الجبارة حيث تغرق بارجتين بريطانيتين وفي روسيا تعاني القوات الالمانية من الشتاء الشرس ويموت الاف الجنود جراء البرد في الربيع يجدد الالمان هجومهم مع سلسلة من الهجمات في الجنوب والمواجهة نحو القلب الصناعي لجنوب روسيا في ستالينجراد وفي الشمال تتعرض لينينجراد للحصار تتعظم القوة الروسية وتشق قوافل الامدادات طريقها عبر بحار القطب الشمالي محضرة معدات الحرب من امريكا وبريطانيا وفي اوروبا يصل القتال في البحر المتوسط وشمال افريقيا الى مساويات جديدة مع مواصلة حصار مالطا وتشن القوات الالمانية شمال افريقيا المزيد من العمليات الخطيرة في الصحراء وفي الاجواء المانية والبريطانية تتحول الحرب الى صراع بين الحضارات حيث يسعى الطرفان لتدمير المراكز الثقافية والتاريخية للطرف الاخر يجتمع اعداء دول المحور معا لاصدار اعلان الامم المتحدة وبعد بضعة اشهر من الغزوات والانتصارات تتحول التنبؤات في عقول اليابانيين الى حقيقة تظهر قاذفات القنابل الامريكية في الاجواء فوق توكيو وفي معركتين بحريتين في المحيط الهادئ تبدأ الامواج بالانقلاب على اليابان في معركة بحر الكورال وفي معركة مدوي تقوم الطائرات من حاملات الطائرات الامريكية بتمزيق قلب البحرية اليابانية وتبدأ نهاية اليابان اشتركوا في القناة انه عيد الميلاد لعام واحد واربعين بالنسبة للشعب البريطاني هذا هو عيد الميلاد الثالث في الحرب حرب الحرمان والمشاقة المتصاعدين حرب تحولت الى صراع البقاء بين الحضارات الا ان بريطانيا والامبراطورية البريطانية لم يعود وحدهما يواجهان النازية مضى على دخول امريكا الحرب اقل من ثلاثة اسابيع في السابع من ديسمبر شنت البحرية الامبراطورية اليابانية حربا غير معلنة وهجوما كاسحا على القاعدة الامريكية البحرية في بيرل هاربر على جزيرة هواي يهلك الالاف ويدمر وصول السفن الحربية الامريكية لكن حاملات الطائرات الامريكية تنجو من الدمار وفي السنة التي تبع ذلك يندم اليابانيون على عدوانهم في ثلوج منتصف الشتاء يشرع الجيش الالماني في قتاله الطويل مع اول سلسلة هجمات معاكسة تعيد الغزاة الى العاصمة الشيوعية التي قدموا منها يكدح كل عامل وكل مصنع وكل آلة لانتاج مواد الحرب في المعارك التي جرت عام 42 يتعظم الصراع الذي يغلف العالم ويصبح اكثر تدميرا من ذي قبل شاهد الاول من يناير عام 42 اعلان الامم المتحدة كان ذلك تحالفا كبيرا بين الصين وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي كان ذلك اول حلف الرسمي تدخل فيه الولايات المتحدة منذ عام 1778 وافق جميع الموقعين على استخدام كل قوتهم ومصادرهم ضد دول المحور وعلى التعاون مع الاخرين والقتال حتى هزيمة دول المحور وعلى عدم اقامة سلام منفصل تدمير بيرل هاربر كان ببساطة اول عنصر في سياسة اليابان الكبرى التوسعية وتشرع اليابان في سلسلة من الغزوات عبر المحيط الاطلسي الشرقي وباتجاه جنوب شرق اسيا تنطلق عبر البحار واليابسة وتقفز فوق الارخبيل من جزيرة الى اخرى اخذت جزر الفلبين الامريكية على حين غر بعد بضعة ايام من الهجوم على بيرل هاربر مرة اخرى تفاجأ الطائرات الامريكية وهي جاثمة على الارض في صفوف مرتبة وتساهل الامر على اليابانيين مع تفوقهم البحري تمكن رجال البحرية اليابانيون من الهبوط بسهولة شمال وجنوب الجزر واحكموا سيطرتهم على القوات الامريكية وبسرعة تمكن تسعون الف جندي ياباني من مهاجمة خمسة وعشرين الف جندي امريكي جنود مدافعون لم يكن بمقدور الولايات المتحدة عملوا اي شيء لنجدتهم تم احتلال مصامرة الملاو البريطانية من الشمال عبر اراضي تايلندا حليفة اليابان سارع اليابانيون لاحتلال المطارات في شمال الملاوي ومن ثم بدأوا بالتقدم السريع اسفل شبه الجزيرة كان اليابانيون متفوقين جوا وبحرا في اجواء وبحار الملاوي في العاشر من اكتوبر وقعت بارجتان بريطانيتان وهما امير ويلز واريبالز في قبضة القاذفات اليابانية المتواجدة في تايلاند وفيتنام في ضوء النهار قبال تشاطئ الملاوي الشرقي مرة اخرى في الحرب العالمية الثانية اثبتت البارجة بانها سفينة الماضي الحربية حيث انها كانت ضعيفة جدا امام الهجمات الجوية دمرت البارجتان من قبل اسراب الطائرات خلال ساعتين فقط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اراد اليابانيون الاستيلاء على الملاوي لاحتياطها الاقتصادي الغني ومناجم القصدير ومزارع المطاط الشاسعة التي احتاجها اليابان للمجهود الحربي اراد اليابانيون الاستيلاء على القاعدة البحرية البريطانية الضخمة جنوب شبه جزيرة الملاوي على جزيرة سنغافورة وحرمان الاعداء منها واتخاذها كقاعدة متقدمة لمزيد من عمليات الاحتلال تقدم اليابانيون بسرعة جنوب شبه الجزيرة محتلين مقاطعة تلو الاخرى تعرضت مستعمرة هونج كونج البريطانية للحصار ومرة اخرى دمر سلاح الجو الياباني القوة المعادية بسرعة مع بداية الحملة واخضع ثمانية الاف جندي بريطاني المدافعين عن المستعمرة الى القصف المستمر واخضع اربعون الف جندي ياباني البريطاني الى الضغط المتواصل في المحيط الهادئ وصل الصراع الى ارخبيل الجزر البعيدة التي تقع على طرق الحرب الاستراتيجية في العاشر من ديسمبر وقعت جزيرة جوام في قبضة اليابانيين كانت اليابان تسعى لجعلها مع الجزر الصغيرة الاخرى قلاعا في حلقة دفاعية حول الامبراطورية اليابانية الجديدة في نفس اليوم تعرضت جزيرة ويك والتي كان يتواجد فيها اربعمائة جندي يوم تواصلت موجة الاحتلالات في الخامس عشر من ديسمبر احتل الجيش الياباني مصعمرة بورما البريطانية كان اليابانيون يسعون لقطع خطوط الامدادات امام اعدائهم الصينيين والسخدام بورما كقاعدة للهجوم على الهند البريطانية من احلام دول المحور الكبيرة كانت الجيوش اليابانية التي تدخل الهند ستلتقي بالجيوش الالمانية التي تزحف شرقا من جنوب روسيا وشمال افريقيا عبر الجزيرة العربية وايران موجة الانتصارات اليابانية كشفت عن توترات داخل حلف المحور كان حلف ضرورة وليس حلف ايدولوجيات وقد علق هتلر على ذلك بنوع من اليأس قائلا يقوم اليابانيون باحتلال كافة الجزر سيستولون على السوراليا سيختفي العرق العبيض من هذه العقاليم كانت اليابان تسعى فعلا لاخراج القوى للسعمارية البيضاء من اسيا وكانت تناشد السكان العصليين للتخلص من المستعمر الاوروبي الجيش الذي هاجم بورما والتي كانت خاضعة للسعمار البريطاني كان يضم في صفوفه الاف البرميين القوميين والذين كانوا يقاتلون لتحرير بلادهم كان اليابانيون يتقدمون بشكل مذهل خلال تلك الايام والاسابيع الاولى ولم يكد يمر يوم واحد بدون القيام بهجمات جديدة او احراز انتصارات جديدة في الثالث والعشرين من ديسمبر عام واحد واربعين احتلت القوات اليابانية بورنيو الهدف كانت سيطرت على حقول النفط البريطانية وهي مصدر اخر من المصادر الحربية الحاسمة في يوم عيد الميلاد سقطت هونغ كونغ وفي حركة تعود للقرون الوسطى قطع اليابانيون امدادات المدينة من المياه لم يشهد العام الجديد اي تراحة في الحادي عشر من يناير تعرضت جزر الهند الشرقية الهولندية اندونيسيا حاليا الى هجوم المظليين اليابانيين كان الهدف احتياطيا النفط في الثاني في الفلبين قاد الجنرال الامريكي دوجلس مكارثر دفاعا مريرا عن شبه جزيرة الباتان والتي حشدت فيها القوات الامريكية كانت القوات الامريكية تتمتع بروح معنوية عالية لكن تم اعلام مكارثر سرا بانه لا يمكن ارسال اية نجدة ولم تكن باتان تمتلك اكثر من مؤونة شهر اصيب الناس بالفزع في ارجاء استراليا كافة خوفا من الغزو الذي اصبح قريبا بعد ان كان بعيدا على الدوام في الرابع والعشرين من يناير احتل اليابانيون غينيا الجديدة والتي كانت تحت السيطرة الاسترالية حيث تمكنوا من اخضاع الاقليم بسرعة وفي الملايا وصل القتال الى ذروته حيث اخلت القوات اليابانية شبه الجزيرة وانسحب الجنود البريطانيون الى حصن سنغافورة كانت سنغافورة اسطورة الامبراطورية البريطانية والتي تحولت الى حقيقة كانت مدينة تجارية يحصل الاوروبيون فيها على الثروة بسرعة ومركزا للتجارة البحرية وقاعدة بحرية ضخمة لاستقبال سفن سلاح البحرية البريطاني والذي كان يربط الامبراطورية معا برباط حديدي كون الامبراطورية البريطانية امراطورية بحرية مربوطة معا بالبحرية فقد ادى ذلك الى سقوط سنغافورة كان الاعتقاد السائد ان المدينة قد تتعرض لهجوم سلاح البحرية التابع لدولة اوروبية اخرى كانت سنغافورة تمتلك دفاعات قوية وكانت المدافع القوية موجهة نحو الجنوب نحو البحر لكن اليابانيين جاءوا من الشمال من اليابسة رأى تشيرتشيل الدفاعات في سنغافورة من خلال منظار ماسوي وابرق الى القادة البريطانيين قائلا يجب خوض المعركة حتى النهاية يجب على القادة وكبار الضباط الموت مع الجنود ان شرف الامبراطورية البريطانية في خطر رغم امتلاك سنغافورة لاعداد كبيرة من الاسلحة والذخيرة لكن 130 الف جندي استسلموا قطع اليابانيون امدادات الماء واخضعوا المدينة الى قصف جوي متواصل كانت حياة مليون شخص مدني مهددة قاد الجنرال ارثر بيرسيفال اكبر استسلام في تاريخ بريطانيا العسكري 14 الف جندي استرالي 16 الف بريطاني 32 الف هندي صاروا نحو الاسر حقق الجنرال الياباني ماشتا النصر باقل من الفي اصابة كانت حملة في قمة الروعة غلف اليابانيون الغزو بعذر معادات الامبريالية وادى ذلك الى ظهور ردة فعل البريطانيين قامت الحكومة البريطانية ضد رغبة تشيرتشيل وتحت الضغوطات من امريكا بعرض نفس وضع السوراليا وكندا في الامبراطورية البريطانية على الهند العرب كان مشروطا بدعم الهند لبريطانيا في الحرب من بين الاثنين وثلاثين الف هندي الذين استسلموا لليابانيين في سنغافور انضم العديد منهم الى الجيش الهندي الوطني بقيادة الثوريين الهنود وقاتل الجيش الهندي الوطني الى جانب الجيش الياباني ضد الامبراطورية البريطانية اندلع الحرب بين امريكا واليابان ادى الى العديد من التغييرات العميقة بين صفوف المواطنين الامريكيين من اصل ياباني في امريكا بالنسبة لولئك من الجيل الثاني الانيساي الذين ولدوا ونشأوا في الولايات المتحدة كانت الحرب اختبارا كبيرا لانتمائهم لامريكا في مارس عام 42 اجبر اكثر من 110 الاف ياباني وامريكي يعيشون على الشاطي الغربي من امريكا على الرحيل وترك اعمالهم ومنازلهم في العاشر من فبراير عام 42 كان للخوف الذي انتشر عبر المجتمع الاسترالي اساسات حقيقية وليست خيالية حيث وصلت قوة من حاملات الطائرات الى المياه قبالة شاطئ استراليا شمالي وهاجمت مدينة داروين شمال استراليا مرة اخرى كانت المفاجأة تامة وخسرت اليابان طائرة واحدة فقط هذه الغارة المدمرة والتي كان هدفها القضاء على اي دعم قد يأتي لمقاومة العدوان من جزر الهند الهولندية الشرقية ادت الانتشار ذعر شامل حيث عمد العسكريون والمدنيون الى الهرب داخل البلاد كانت جزر الهند الشرقية اغنى مناطق الامبراطورية للسعمارية الهولندية سبع الدخل الاقتصادي الاسرالي كان يأتي منها بالنسبة لليابان كانت هذه المستعمرة الهولندية جائزة قيمة اضافة للنفط والفحم كانت المنطقة تنتج المطاط والقصدير وزراعيا كانت مصدرا رئيسيا للارز والسكر والشاي رأى اليابانيون الحاجة للاستيلاء على الجزر بسرعة قبل ظهور اي تغير في السياسة الدفاعية وهكذا احتلوا اكبر عدد من الاماكن في نفس الوقت وكما في الاماكن الاخرى من اسيا تلقى الغزاة اليابانيون ترحيب السكان العصليين في البداية باعتبارهم محررين لكن اليابانيين سرعان ما حلوا مكان المستعمرين وفرضوا نظاما اكثر قوة حاول اصول اصول ياباني مهاجم لكنه دمر كليا بعد بيرل هاربر حث رزفلت القيادة الامريكية على ايجاد طريقة للرد الرد على العدوان ميزان القوة في المحيط الهادئ بعد بيرل هاربر مباشرة اصبح يعني بانه سيكون من الصعب على حاملات الطائرات الاقتراب من اليابان بامان وبان تقترب الى مدى توجيه الضربات واعدت خطة جريئة وذكية وضعت ست عشر تقاذفة على ظهر حاملة الطائرات هورنت كان بامكان الطائرات الانطلاق من على بعد سبعمائة ميل من توكيو والوصول الى اليابان لم يكن بمقدورها العودة الى حاملة الطائرات وكان عليها الهبوط في مطارات في الصين هاجمت بعض القاذفات الارصفة البحرية وقامت اثنة عشر تقاذفة بقصف توكيو اطلق على الغارة اسم غارة دولتيل نسبة الى عقيد في سلاح الجو خطط ودرب الطيارين المتطوعين وكان لها تأثير على اليابانيين للأبد الغارة على توكيو قتلت خمسين شخصا ودمرت مئة منزل لكن الولايات المتحدة لم تفقد اية طائرة فوق اليابان بعض الطيارين الذين قفزوا بالمظلة فوق الصين تم اعدامهم كمجرم حرب من قبل القوات اليابانية المحتلة ارتفعت معنويات الامريكيين لانه تم القيام بعمل ما اكبر تأثير للغارة كان على القيادة اليابانية العليا والحكومة تفاخرت الحكومة العسكرية بان اليابان لن تتعرض لهجوم ابدا الصدمة التي نتجت عن سقوط القنابل قرب الامبراطور تسببت في ردة فعل قوية ورغبة ملحة في انهاء الحرب بانتصار بدأت الستة اشهر من الانتصارات في اعقاب هجوم بيرل هاربر بالاقتراب من نهايتها كان للغارة الجوية اهداف استراتيجية كانت تلك الغارات عبارة عن مجموعة طائرات تملأ السماء حيث لم تكن تلك الضربات ضربات دقيقة من اسلحة ذات اصابات دقيقة بل كانت تقصف اهداف عامة مصنع ميناء تقاطع سكة حديدية او ربما منازل المدنيين في عمليات ارهابية كانت هذه الهجمات تهدف الى الارهاب التخويف تهدف لا نشر الظعر تهدف لا تشريد اعداد كبيرة من مواطن العدو كانت هجمات تهدف للتقليل من شأن الحكومة باظهارها غير قادرة على حماية نفسها او مواطنيها هجمات تنفذها الاف القاذفات وتلقي بسحب الموت قبل الحرب كانت هناك تنبؤات بكون القوة الجوية وسيلة للفوز بالحرب بسرعة لكن الحرب العالمية الثانية اثبتت انه ليس سهلا تطبيق هذه النظرية شاهد عام الـ 42 تطور تكتيكات القصف الجوي من حيث التقنية والمدى والقوة في التاسع والعشرين من مارس شن سلاح الجو الملكي هجوما على لبيك الالمانية البلدة التي توجد فيها مصانع محركات الغواصات كانت لبيك ايضا واحدة من البلدات الصغيرة التي تزين القارة الاوروبية كانت تشتهر بطرازها المعماري وتاريخها العريق وثقافتها الحية تعرضت للدمار وللقصف واحترقت وتهاوت ابنيتها العائدة للقرون الوسطى تحت قصف سلاح الجو الملكي كانت الايدولوجية النازية نظرية حول التاريخ كانت تثمن الثقافة وفي ثورة غضب من تدمير بلدة المانية امرت القيادة الالمانية بالانتقام في فصل من فصول الكوميديا السوداء في الحرب استخدمت القيادة الالمانية دليل بيديكر وهو نشرة سياحية للمواقع الجميلة والتاريخية في اوروبا لانتقاء الاهداف تمت الاغارة على سلسلة اهداف لم تكن اكثر من مواقع ثقافية لم تكن الغارات كبيرة لم تكن مدمرة بشكل خاص لكن وميضة او غارات بيديكر كما اصبحت تعرف كانت بمثابة تخل عن قواعد الحرب القديمة القواعد المغلقة بما يمكن وما لا يمكن ارتكابه ضد الاخرين بعد سقوط فرنسا كانت الطرق التي يمكن لبريطانيا استعمالها للهجوم على المانيا قليلة كانت هجمات القاذفات احد البدائل القليلة امام البريطانيين دروس معركة بريطانيا والغارات الجوية اثبتت بان الغارات النهارية كانت مكلفة من حيث الطيارون والطائرات الخسارات العالية كانت تعني تحول الهجمات الى الليل حيث كان الظلام يمنح الحماية للطائرات المهاجمة فتقل الخسار الظلام كان يعني ايضا بان مهاجمة الاهداف الصغيرة نسبيا كالمصانع الصغيرة كان امرا مستحيلا ادركت قيادة سلاح الجو الملكي بان البديل الوحيد للتخلي عن الهجمات هو وفي شن هجمات مكثفة على المدن تحولت الضرورة التكتيكية الى فضيلة استراتيجية اصبحت سياسة الغارات على المدن مثارا للجدل للسنوات التي تلت ذلك في مايو عام اثنين واربعين جمع سلاح الجو الملكي كل قواه وحشد جميع القوى الامامية والقوى الاحتياطية وحتى طائرات التدريب لشن هجوم بالف طائرة ضد هدف واحد مدينة كولون وادى ذلك الى دمار شامل لم يتكرر نجاح اول الف طائرة حيث ان التركيز على هدف واحد كان يعني بانه يمكن التركيز على الدفاع ايضا تطور القصف السراتيجي وتحول لصالح الحلفاء وضد دول المحور كانت الطائرات التي بدأ الطرفان الحرب بها ذات حجم متوسط وبمحركين في ربيع عام 42 ظهرت اول قاذفة ذات اربعة محركات وكانت اقوى واكبر طائرة فوق الاجواء الالمانية لاول مرة عدم استطاعات الالمان تطوير قاذفة كبيرة كان فشلا له اهميته كانت القاذفة البريطانية الانكاسر والامريكية بي 17 وبي 24 تستطيع حملة حمولات ثقيلة لتدمير مدن العدو كان مشهد اسر الحرب مشهدا متكررا في الحرب العالمية الثانية وكانت معسكرات اسر الحرب محركا لخيالات سروات القصص المحترفين فابدعوا قصصا حول التضحيات واللامعقول والجرؤة والاقدام لأسر الحرب المائة وخمسون الف جندي بريطاني الذين استسلموا في سنغافورة كانت مجرد جزء صغير من العشرة ملايين جندي وبحار وطيار وسروا اثناء الحرب معاملة أسر الحرب كانت خاضعة لمعاهدة لاهاي لعام 1907 التي تنص على معاملة الذين يلقون أسلحتهم معاملة لائقة وضعت معاهدة جنيف لعام 1929 القوانين المفصلة والمتعلقة بمعاملة الأسر بناء على المعاهدة كان يجب نقل أسر الحرب من ساحة القتال بأسرع وقت ممكن ومعالجتهم في حال إصابتهم ويجب إطعامهم وإيواؤهم بنفس مستوى جنود الدولة التي تأسرهم يسمح لهم بالمراسلة مع عائلاتهم ولا يسمح لهم بالإدلاء بأية معلومات سوى الاسم والرتبة والرقم وكان على الصليب الأحمر تولي مسؤولية تفقد الأسرع وإذا ما ألقي القبض على الأسرع أثناء محاولتهم الهرب يجب لا يواجه أكثر من عقوبة الحبس الانفرادي وهي الثلاثون يوما في البراد المشهورة لم تعترف اليابان أو روسيا بمعاهدة جينيف حيث رفضت الشيوعية السالينية قبول فكرة استسلام أي جندي سوفيتي تاريخيا كان أسر الضباط أمرا يؤدي إلى الخزي ولكن مع حلول الحرب العالمية الثانية فإن طبيعة الحرب ورقعة القتال الضخمة وتقدم القوات أدت إلى إدراك أن أشرف الجنود يمكن أن يقعوا في الأسر لكن أحدا لم يتنبأ بمشكلة أسر الحرب التي ظهرت في الحرب العالمية الثانية كان انهيار بولندا وفرنسا تاما بحيث وجدت ألمانيا نفسها مع أكثر من مليوني أسير حرب عام أربعين جميع الأطراف في الحرب خسرت أعدادا كبيرة تم أسر خمسة ملايين جندي روسي واستسلم الإيطاليون للإنجليز بأعداد هائلة اختلف مصير أسر الحرب من الجيوش المختلفة بشكل كبير قوات الاساس أو الوحدات الخاصة في الجيش الألماني نادرا ما كانت تظهر الرحمة أو تطلبها وفي بعض مناطق ألمانيا كان الطيارون الأمريكيون والبريطانيون يحاكمون ويعدمون من قبل الجنود الألمان كان أسر الحرب السوفيت لدى الألمان يعاملون معاملة وحشية حيث توفي 80% منهم تقريبا في الأسر وأعلن الألمان بأنهم غير ملزمين بمعاهدة جينيف حيث لم يوقع عليها الاتحاد السوفيتي كان الضباط الروس يقتلون رميا بالرصاص ويترك الجنود العاديون بلا طعام أو مأوى وفق النظرية النازية فإن الأنجلوسكسون أي البريطانيين والأمريكيين هم عرق آري يستحقون الاحترام وكان الجنود السلافيون يعتبرون أقل من البشر في آسيا سيطر نظام آخر اعتقد اليابانيون بأن الاستسلام عار لا يمحى لم يكن استسلام الجنود غير المصابين معروفا تقريبا وكان اليابانيون يحتقرون الجنود الذين أسروهم إثر سقوط سنغافورة والأسر الهولنديين إثر احتلال جزر الهند الشرقية ولم يعاملوهم معاملة إنسانية كان يقدم أقل قدر من الطعام والماء لهم بالإضافة إلى الأعمال الشاقة القصوى وفي التسلسل العرقي في العيدولوجية النازية كانت هناك كراهية تفوق كراهية الشعوب السلافية وهي كراهية الأقليات حيث تعرض البعض للاضطهاد في ألمانيا منذ تولي نازية السلطة هناك في الأقاليم المحتلة في أوروبا الشرقية ومع بداية الحرب بدأت العيدولوجية العرقية النازية تمارس دورها أجبر اليهود في بولندا على العيش في أحياء خاصة بهم وعلى العيش في معسكرات العمل الخاصة في الأول من يونيو لعام 42 قامت صحيفة بولندية سرية بتحدي لاحتلال ونشر إشاعات حول عمليات القتل المنظمة داخل هذه المعسكرات اعتقد السل بأن الألمان سيهاجمون موسكو ثانية وبدلا من ذلك سعى هتلر للقضاء على الجنود السوفيت والسيلاء على إقليم روسيا الجنوبي الصناعي وحقول النفط القوقازية الاسراتيجيات الجوية موسيقى وفي هجوم مشهور زحفت الجيوش الألمانية جنوبا ومرة أخرى أحرزوا تقدما سريعا وأسروا أعدادا هائلة من الجنود جيوش الروسية بأكملها هربت تعقب الألمان الروس الفارين حيث إن الجنود الروس الذين تلقوا أوامر بالهجوم تركوا دباباتهم وفروا هاربين لأول لمرة في الحرب أصدر السال أوامر بالانسحاب الاسراتيجي الهدف الاساسي لهذه الحملة كان مدينة السالينجراد الاسيلاء على هذه المدينة الواقعة على أحد فروع نهر دون الرئيسية سيمنح الألمان موقعا سراتيجيا قويا حيث ينطلقون من هناك جنوبا للسيطرات على كامل الجزء الجنوبي من روسيا أو للانطلاق شمالا نحو موسكو الحرب الاهلية في العشرينيات كان مركزه في المدينة التي حملت اسمه فيما بعد وكان يقدر أهمية المدينة ومع اقتراب الجيوش النازية من السالينجراد عزز السال جيوشه هناك جاعلا من المدينة ساحة معركة حاسمة مع دخول الولايات المتحدة الحرب اكتسبت معركة الأطلسي معركة الامدادات ضد الغواصات الألمانية أهمية أكبر وكان على سلاح البحرية الأمريكي تعلم دروس التعامل مع الغواصات الألمانية والتي تعلمتها البحرية البريطانية لم يلجأ الأمريكيون الى اسلوب القوافل في المياه الأمريكية في الفترة التي اسماها الألمان بالفترة السعيدة الثانية في الحرب البحرية أغرقت الغواصات الألمانية عددا ضخما من السفن التجارية غير المحروسة أغلبها أغرق في المياه الساحلية الأمريكية كان أكثرها ناقلات نفط تحمل النفط من جنوب الولايات المتحدة والكاريبي كانت السفن التي تبحر على امتداد الساحل تعكس أضواء المدن الأمريكية وكانت بذلك تشكل أهداف سهلة أمام الغواصات الألمانية المتمرسة أشرس قتال في البحر كان يتم في حرب الإمدادات هذه الهجوم والدفاع للقوافل أقوى وأشرس قتال جرى في هذه المعركة مع القوافل إلى الاتحاد السوفيتي كانت هذه القوافل تبحر من موانع في بريطانيا وإسلندا عبر المياه القطبية للنرويج وبارنسيس كانت هذه القوافل تبحر قرب الشاطئ النرويجي وكانت تعاني من الهجمات المستمرة ومن أعلى مستوى في الخسائر بين ملاحة الحلفاء في الحرب كانت السفن تحمل جميع أصناف البضائع الشاحنات الأمريكية وأجهزة الهاتف وحتى الأحذية والتي كانت ضرورية لمساعدة الاتحاد السوفيتي في صد الهجوم الألماني عام 1942 في البداية كانت سفن الحلفاء تبحر بدون التعرض للهجمات كان ذلك بسبب ثقة الألمان بأن ستكون ناجحة ومع اختفاء هذه الثقة بدأت أهمية طرق الامدادات هذه تزداد في أعين الألمان كانت الهجمات تنطلق من الغواصات الألمانية والمدمرات والطائرات المتمركزة في النرويج وفي بعض المناسبات كانت السفن الحربية الألمانية تنطلق بمساندة الطراضات وتشن الهجمات على شكل أساطيل في أحدى المعارك عندها صادتها الغواصات والطائرات في هذه المعركة غرقت 2500 طائرة سلاح جوي بأكمله وحوالي 500 سفينة في البحر مع نهاية الحرب اعترف المؤرخون السوفيت بالتضحيات التي قدمها رجال البحرية البريطانيون والأمريكيون وبالدور الذي لعبته الامدادات التي حملوها أقر الأدميرالات البريطانيون بأن القوافل كانت مكلفة من حيث القوى العاملة والملاحة ولكن ضمن التحالف المعادل النازية الحلف العظيم كما اسمعه تشيرتشيل كانت القوافل القطبية الجواب الوحيد لمطالب السالم بفتح بريطانيا جبهة أخرى لتخفيف الضغط عن روسيا كانت تشيرتشيل يتعرض للضغوطات للتحرك ضمن التحالف قلل الأمريكيون من شأن المصادر والصعوبات في مواجهة ألمانيا النازية تحول الشيوعيون البريطانيون بناء على أوامر موسكو من الحث على الدفاع إلى مطالبة بريطانيا بالتحرك غربا كانت تشيرتشيل يفضل دوما الاستراتيجية غير المباشرة وأراد هزيمة دول المحور الشمال أفريقيا ثم إيصال الحرب إلى إيطاليا ومهاجمة ما أسماه المنطقة الضعيفة في دول المحور في العاشر من أبريل منحت بريطانيا وسامة الشجاعة المدنية صليب جورج إلى جميع سكان مالطا لم يتعرض أي جزء من الأراضي البريطانية طوال الحرب إلى الهجمات المكثفة كهذه المستعمرة في البحر المتوسط في أول أربعة أشهر من عام 42 عانت مالطا من أكثر من ألف غارة جوية أصبح السكان المدنيون من سكان الكهوف حيث حفر الصخور الكلسية داخل الجزيرة كانت الهجمات الجوية المتواصلة جزءا من حصار حلف المحور لمالطا كانت الطائرات تنطلق من صقلية على بعد 160 كيلو مترا فقط عبر البحر خصفت الطائرات الجزيرة نفسها ويتملاحة تحضر الامدادات للمدافعين عن الجزيرة المتواصلة 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 احيانا كانت الهجمات شرسة للغاية بحيث كانت الغواصات هي التي تستطيع القيام بالرحلة وتحول مرور بعض القوافل الى معارك بحرية كاملة اجتذبت الوصول الايطالي تحول الدفاع عن الجزيرة الى اعمال بطولية متكررة كان الحصار عبارة عن معركة جرت بناء على تخطيط يعود للقرون الوسطى وكان الجو والامراض اسلحة المحاصر انتشر مرض التفويل وكان الفرد يعيش على 1500 سعر حراري يوميا كانت مالطا جائزة يستحق الطرفان الحصول عليها حيث كانت تتربع فوق الطرق البحرية القصيرة شمال افريقيا واذا لم تستوي عليها قوات المحور فانها ستؤدي الى كارثة بين صفوف قوات المحور المقاتلة في الصحراء في شمال افريقيا مكنت الامدادات الجديدة القوات الالمانية في افريقيا من شن هجمة معاكسة على القوات البريطانية ومرة اخرى وتحت قيادة رومل تراجعت الجبهة لمائة ميل عبر ليبيا ودب الظعر بين صفوف الجيش البريطاني الثامن وفر الرجال للنجاة بحياتهم استعادة الالمان للمطارات في ليبيا عزز حصار مالقة وساعد على تزويد القوات في افريقيا بالامدادات شنت القوات الالمانية في افريقيا هجوما جديدا للاستيلاء على ميناء الطبرق ذي الاهمية الاستراتيجية هذا الفشل الاخير للبريطانيين هذه الهزيمة ورغم معرفة الاستخبارات المسبقة بالهجوم تسببت في اقصاء جنرال بريطاني اخر هو الجنرال ريتشي قائد الجيش الثامن قام قائد القوات في الشرق العوسط اوكنليك بقيادة الجيش بنفسه سقوط طبرق ادى الى وقوع 35 الف جندي بريطاني في الاسر وتسبب في ازمة في بريطانيا استطلاعات الرأي العام السرية اظهرت ان اكثر سكان بريطانيا لم يرضوا بقيادة تشيرتشيل واعتقدوا بان الحرب تدار بشكل سيء كان على تشيرتشيل مواجهة تصويت على الثقة في البرلمان صوت 476 لصالحه و25 ضده وامتنع 30 نائبا عن التصويت اندفع الالمان نحو مصر وسرعان ما اصبحوا على بعد 100 كيلو متر من ميناء الاسكندرية المهم واصبح بامكانهم اغلاق قناة السويس وضرب حقول النفط في الشرق الاوسط والانتصار في الحرب بعد النجاح الذي تحقق في بيرل هاربر كان على اليابانيين مواجهة الحشودات التي كانت تعدها الامبراطورية البريطانية لكسب الحرب في مايو عام 42 وبعد 6 اشهر من بيرل هاربر هاجمت اليابان ميناء مورزبي في بابوانيوغينيا كانت اهدافهم مدى سيطرتهم لعزل السوراليا عن بقية حلفائها ولتكون السوراليا ضمن مدى الطائرات اليابانية قوة الغزو اليابانية المعلفة من ناقلات الجنود والسفن الحربية الكبيرة وثلاث حاملات طائرات التقت بالبحرية الامريكية المعلفة من حاملتي طائرات والاصول الانجلو السورالي وثانية علمت لاستخبارات بالهجوم الياباني بفك رموز الشفرة اليابانية عرفت المعركة التي وقعت بين القوتين باسم معركة بحر المرجان كانت اول معركة في تاريخ البحرية يجري فيها القتال بين حاملات الطائرات اول معركة لم يشاهد فيها الطرفان بعضهما البعض ترجمة نانسي قنقر في القتال الذي استمر اربعة ايام قاتل الطرفان بدون حسم المعركة غرقت حاملة طائرات يابانية واحدة اصيبت حاملة طائرات امريكية باضرار بالغة وسحبة وفقدت احدى حاملتي الطائرات اليابانيتين الاخريين العديد من الطائرات وقوتها الضاربة الحاملة الاخرى اصيبت باضرار بالغة وخرجت من الخدمة خلال الاشهر اللاحقة مرة اخرى كانت المعركة نجاحا تكتيكيا لليابانيين لكنها فشلت استراتيجيا لم تحتل غينيا الجديدة ولم يحقق هدف تهديد السورالي الاستراتيجي كان لخسار اليابان الفادحة من السفن والطائرات والطيارين المدربين تأثير حاسم عندما التقى السلاحان ثانية لم تعد البوارج السلاحة الرئيسية في الحروب البحرية القادرة على تدمير اصول العدو الرئيسي ظلت الطرادات تشكل تهديدا في حال تواجد هذه البوارج بين قافلة سفن تجارية او اذا ما قصفت الاهداف على الشواطئ واذا لم تواجه تهديدا من الهجمات الجوية كان باستطاعة سفن المدافع احداث وضرار بالغة ما عدا ذلك كانت بوارج كلا الجانبين مجرد اهداف للدعاية التهديد كان عندما يعتقد الادميرالات في الاسلحة البحرية المعادية بان البوارج مصدر خطر في فبراير عام 42 قامت ثلاث سفن المانية كبيرة وهي الطرادان شارنهوس واجنيزناو والزورق برنزيو جين باختراق القنال الانجليزي وتحت انظار الانجليز هذا التحرك الالماني والذي بدى جريئا كان تغطية في اراضي روسيا الشاسعة استمرت المعارك الحربية حيث دافع الاتحاد السوفيتي عن نفسه ضد الغزو الالماني سيطر الصراع الالماني السوفيتي على الحرب العالمية الثانية من حيث مسافات القتال الشاسعة واعداد القوات الضخمة وبدت الحملات الاخرى مقزمة خلال اول ستة اشهر من عملية بربروسا وعندما كانت القوات الالمانية تتوغل داخل الاتحاد السوفيتي وتأسر ملايين الاسرة خضعت مساحات شاسعة من الاتحاد السوفيتي للسيطرة النازية وفي اغلب المناطق كان يرحب بالقوات الالمانية بكونها المحررة من السالينية توقف هذا الهجوم بهجمات معاكسة يائسة وسط ثلوج الشتاء والقيت اخر القوات الروسية الاحتياطية في المعركة طوال اشهر شتاء عام 42 عمر السيل بشن الهجمات في كل مكان هاجم الجنود الروس الجيش الالماني الذي لم يستعد للقتال في الشتاء ونجحت هجماتهم تجنب الجيش الالماني المعارك الرئيسية بحذر وعمل على دفع السوفيتي نحو الغرب حيث مد بذلك خطوط الاتصال ودفع باعداد كبيرة من الجنود نحو المواقع الضعيفة وعندما عاد الصيف الروسي عود الجيش الالماني الهجوم ثانية كانت احصائيات الحرب تتحول تدريجيا ضد صالح الالمان مع بداية الصيف كان الجيش الاحمر يتألف من خمسة ملايين ونصف المليون جندي كان الالمان اقل من خمسة ملايين وبينهم اربعمائة الف فنلندي واقل من مليون من جنود المحور من الايطاليين والهنجاريين والرومانيين وكانت هناك كتيبة متطوعين اسبان الميزة الحاسمة التي تمتع بها الالمان من حيث المعدات والتدريب والقيادة الافضل بدأت تتأكل ببطء نتيجة الدعم البريطاني والامريكي ومع تحسن عامل الكيف والكم في الجيش الروسي بدأ ميزان القوى يتحول ضد النازيين بعد شهر من معركة بحر المرجان وستة اشهر من بيرل هاربر وقعت معركة فاصلة في المحيط الهادي ارادت القيادة العليا اليابانية انهاء الحرب الفوز في انتصار يخرج الولايات المتحدة من الحرب اعتمدت الخطة اليابانية على سراتيجية بحرية كلاسيكية تهدف الى اقحام سلاح البحرية الامريكي في معركة وفق شروط اليابان قضت الخطة مهاجمة جزيرة ميدوي ميدوي ابعد عراض تمتلكها الولايات المتحدة في المحيط الهادي كان الهجوم سيقحم وصول الولايات المتحدة في المحيط الهادي في معركة تؤدي الى تدميره خطط الجنرال الياباني ياماموتو لايضعاف الدفاعات الامريكية بالتظاهر بمهاجمة جزر الوشن الامريكية في الشمال كان ياماموتو يؤمن بان هذا النصر سيعقبه نصر اخر وغزون لهاواي وسيمكن هذا الاحتلال بدوره البحرية اليابانية من ابعاد اصول الولايات المتحدة من المحيط بل سيجعل حتى القوات اليابانية تهدد الشاطئ الغربية للولايات المتحدة ونتيجة لذلك ستسعى امريكا للسلام تضمنت خطة الادميرال الياباني حشد اصول هائل من 145 سفينة حربية ومرة اخرى كان اختراق رموز الشفرة امرا حاسما حل رموز الشفرة اليابانية كشف بان الهجوم على جزر الوشن كان خدع وبان مدوي هي الهدف الحقيقي وكثفت البحرية الامريكية دفاعاتها عدى ذلك فان ميزان النجاح في المعدات كان لصالح اليابانيين اربع حاملات للطائرات مقابل ثلاث للامريكيين 26 طائرة من التجهيز العالي مقابل 230 طائرة هجومية عادية للولايات المتحدة الجيش الياباني يمتلك ايضا خمسة بوارج حربية مسلحة ارتكب اليابانيون عدة اخطاء كانت السبب المباشرة في المأساة القادمة الصور التي تظهر قاعدة بيرل هاربر خاوية تم الغاؤها وتم جلب غواصة انتجاه ميدوي لكن ذلك كان متأخرا عن استخدام الامريكيين للغواصات ياماموتو كان يتوقع ان الحاملات الاربع ستتمكن من الاستيلاء على الجزيرة بسهولة كان يتوقع دفاعا ضعيفا ومفككا للعدو وان السيطرة عليها بهجوم خاطف سيكون سهلا بالمقابل دخل المعركة بمبادرة مفاجئة من بحرية الولايات المتحدة ابحر قلب البحرية اليابانية حاملات الطائرات بمساندة اصول صغير من السفن الحربية الصغيرة والبوارج الكبيرة مع قوات الغزو على متن السفن باتجاه ميدوي كانت الخطة اليابانية معقدة ودقيقة وتنقصها التفاصيل الحاسم المذهل ان الاستخبارات الامريكية اوهمت اليابان بان حاملة الطائرات الامريكية يورك تاون غرقت في اعقاب معركة بحر المرجان وحيث ان البحرية الامريكية كانت تعلم بالخطط اليابانية فقد ارسلت اشارات مزيفة توهم الادميرال الياباني ياماموتو بان اخر حاملتي طائرات امريكيتين انتربرايز وهورنت كانتا بعيدتين عن ميدوي في الحقيقة كانتا على اهبة الاستعداد للهجوم المفاجئ بالاضافة الى حاملة الطائرات الثالثة وغير المتوقعة يورك تاون والتي يفترض ان تكون غرقت كان الدفاع الامريكي يتكون من كل ما باستطاعة السلاح البحرية الامريكي حشده حاملات الطائرات الثلاث التي كان بمقدور سلاح البحرية الامريكي نشرها في البحر وكانت ميدوي معركة حامية الوطيس عبر مزيج من الجرؤة والحظ والالهام باغتت الطائرات الامريكية حاملات الطائرات اليابانية اقترب اليابانيون من جزيرة ميدوي وشنوا اول هجوم لهم غير مدركين حجم القوات البحرية الامريكية التي تنتظرهم حظ الادميرالات الجيد وجرأتهم وثقة القادة اليابانيين الزايدة بانفسهم ادت الى مباغتة القاذفات الامريكية للطائرات اليابانية وهي تتزود بالوقود على ظهر حاملات الطائرات بسلسلة هجمات مدمرة دمرت ثلاث حاملات طائرات يابانية خلال دقائق وهوجمت الرابعة واصيبت باضرار بالغة ودملت حاملة طائرات امريكية جراء هجمة امريكية خاطئة وهكذا مزق سلاح البحرية الامريكي قلب خصمه لم تعد اليابان قادرة على مقاتلة الامريكيين مع تفوق عددي مضى على الحرب بين الولايات المتحدة واليابان ستة اشهر بقيت ثلاث سنوات لكن اللعبة بدأت تقترب من نهايتها كانت معركة مدويه يوما حاسما في حرب المحيط الهادر حيث تبدل ميزان القوة ليصبح ضد صالح اليابان خلال بضع ساعات كان بامكان الصناعة الامريكية السبدال الطائرات والسفن المفقودة بسهولة لكن اليابان لم تستطع ذلك ولكن لم يكن بمقدورها السبدال الطيارين والملحين المفقودين لم يعد بمقدور اليابان القيام بالمبادرة وبدأ مشوار اليابان الطويل نحو الهزيمة والاستسلام في الحلقة القادمة من الحرب العالمية الثانية القصة الكاملة القوات الالمانية في افريقيا تبدأ بالبث لذاعي لمصر انه اليوم الذي يشهد توقف الجيش الالماني حيث يواجه الجيش البريطاني الالمان ويوقفهم في العالمين وفي السبدال اخر للقيادة يعين جنرال جديد لقيادة الجيش الثامن في الصحراء يتولى الجنرال ريتشارد جوت القيادة ويقتل في اليوم الاول وتبدأ عملية بحث سريعة عن بديل يدخل اسمه في التاريخ الاختيار يقع على الجنرال بيرنرد مونتغومري الذي يتقدم لقيادة قوات الامبراطورية البريطانية ويوجد لنفسه اسطورة تضاهي اسطورة خصم ايروير رومل في اليوم الثاني لتولي منتغومري القيادة يتقدم الجيش الالماني نحو السلينجراد وتبدأ المعركة الفاصلة في الحرب الاوروبية وفي الغرب تنقل القوات البريطانية والكندية الحرب الى الالمان وتشن غارة قوية على دياب ومع انها كانت هزيمة للحلفاء لكنهم تعلموا دروسا مهمة يقضي منتغومري على الصورة رومل مع اندلاع معركة العالمين الثانية وكان ذلك نصرا مذهلا اسماه تشيرتشيل نهاية البداية تبدو امريكا بالهجوم وتستعاد جوادالا كنال من اليابانيين تهبط القوات الامريكية شمال افريقيا لملاقات جيش الرايخ الثالث للمرة الاولى تبدو اجواء المانيا بالامتلاء بطائرات سلاح الجو الامريكي وفي لقاء بين روزفيلت وتشيرتشيل يتم ارسال رسالة الى النازيين حول هدف الحرب المطلق الاستسلام بلا شروط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مع نهاية خريف عام اثنين واربعين تصل الحرب الى نقطة تحول خلال بضعة اشهر فقط تهاوت حضوظ اليابانيين نحو الكارثة بعد سلسلة انتصارات متعاقبة قبل ذلك ببضعة اشهر فقط استسلم الاف الامريكيين اثر سقوط الفلبين استسلم ايضا الاف الجنود البريطانيين بعد الانتصار الدرامي لليابانيين على حصن سنغافور الامبراطوري سيطرت القوة اليابانية على غرب المحيط الهادئ وجنوب اسيا وهددت القوات اليابانية الهند جوهرة تاج الامبراطورية البريطانية مع المعارك الحربية التي بدأت اولا في بحر المرجان ومن ثم معركة مدويل فاصلة تحول ميزان القوة في المحيط الهادئ لصالح امريكا والان اجبرت اليابان على مواجهة الهجمات الامريكية بعد ان كانت اليابان تحقق الانتصارة الولاخر بعد اندلاع الحرب بعدة اشهر بدأت تدافع عن نفسها في المحيط القطبي الشمالي تجري حرب بحرية لا تقل اهمية عن حرب مدويل وتشق قوافل الاتحاد السوفيتي للامدادات طريقها عبر الجليد والعواصف والهجمات الالمانية المتواصلة بدأت الحظوظ تتغير في كل مكان بعد اخر خندق دفاعي عن موسكو يشن الروس هجمة معاكسة عبر ثلوج شتاء تعمل على ايقاف الزحف الالماني في الشرق امر هتلر بشن هجوم ضخم ومرة اخرى يتم انجاز تقدم كبير ويتم اسر الاف الجنود هدف الالمان هو جنوب روسيا اعبار النفط والمصادر الصناعية المنطقة الاستراتيجية الحاسمة هي مدينة السالينجراد في اجواء المانية تبدأ قاذفات سلاح الجو الملكي البريطاني بشن غاراتها في ليلة واحدة هاجمت الف طائرة من سلاح الجو الملكي مدينة كولون وفي البحر المتوسط وشمال افريقيا تقف القوات الالمانية على اهبة للسعداد للزحف نحو مصر والشرق الاوسط تنتظر القوات البريطانية الهجوم في صحراء العالمين انها اخر خط دفاعي تميزت الحرب في الصحراء الغربية بتحركات ضخمة للجيوش التي غطت مساحات شاسعة وغالبا ما كانت الهجمات الناجحة تتوقف نتيجة لنفاذ الامدادات في بداية يونيون دفعت القوات الالمانية في افريقيا داخل الاراضي المصرية منتصرة على الجيش الثامن ثانية كان البريطانيون قريبين من الهزيمة الان واعدوا مواقع دفاعية في العالمين طبيعة الاراضي كانت تعني بان العالمين البوابة نحو مصر والهزيمة هنا تعني انه سيكون بمقدور روميل مهاجمة قناة السويس وتهديد الجزيرة العربية ومع انتظار القوات البريطانية الهجوم اخلية القواعد البريطانية في مصر في الاول من يوليو كانت القوات الالمانية تستعد لتحطيم البوابة حيث كانوا على بعد مئة كيلو متر من القاهرة قامت محطتهم الاذاعية ببث برامج دعائية لتحطيم معنويات السكان المعركة التي اعقبت ذلك والتي اصبحت تعرف بما يسمى بمعركة العالمين الاولى ستكون مثار جدل تاريخي للابد هل كانت قوات روميل منهكة للغاية وبلا امدادات ام هل كان السبب هو اخر دفاع خندقي نظمه الجنرال البريطاني اوكنلغ ضيق الجبهة قلة الامدادات الدفاعات الثابتة والمعدة جيدا كلها ادت الى ايقاف روميل حيث توقف الطرفان كانت شيرتشيل يرى الحملة في الصحراء بانها ذات اهمية حاسمة كان يؤمن بان هزيمة المحور في الصحراء ستؤدي الى غزو ايطاليا وتوجيه ضربة نحو ما دعاه بالمنطقة الضعيفة للمحور ظلت شيرتشيل يقدم النصائح لجميع القادة في الصحراء لكن جميع اولئك الضباط خيبوا امالا عزلت شيرتشيل قائدا اخر هو اوكنلغ حيث كان يعتقد بانه لم يكن عدوانيا بشكل كاف وعين قائدا جديدا للجيش الثامن وليام غوت تولى غوت القيادة في السادس من اغسطس وفي السابع من اغسطس قتل غوت في حادث تحطم طائرة كان هناك بحث سريع عن بديل ادى الى ظهور اصورة حرب الجنرال بيرنرد منتغومري مثالي متعصب درس شؤون الحربية بشكل موسع واصبح انجع واشهر جنرال بريطاني في الحرب على النقيض من رومل والذى كان مبدعا وسريع البديهة كان منتغومري يدعى بسيد الخطط المعدة كان مصمما على احداث النصر باقل عدد يمكن من الخسائر البشرية وكان يؤمن بالتخطيط والاعداد وحشد القوات الضخمة قبل اي معركة حيث لم يترك اي شيء للصدف عبقرية منتغومري الفنية رافقتها المقدرة على مخاطبة الجنود العاديين وتحفيزهم كذلك زرع الثقة في نفوس اولئك الذين يقودهم موسيقى جميع الذين عملوا تحت امرته كانوا يثقون ثقة مطلقة في قيادته عيب منتغومري كان غروره اكتشف الجنرالات الاخرون والجنود في جيوش الحلفاء انه لا يمكن العمل معه كان تاثير منتغومري سريعا حيث جدد روح الجيش الثامن واعد رفع معنوياته وبعد تلقيه تحذيرات استخبراتية حول خطط رومل الهجومية قام منتغومري باستعدادات حذرة لما كان يشتهر به تنسيق الهجمات مع القوة الجوية للصحراء الغربية ثم دحر الهجمة موسيقى وقام بالتخطيط لمعركة تؤدي الى الانتصار في حرب الصحراء احدى عقبات منتغومري الكبرى كانت خصمه ايرويل رومل ليس مقدرة الجنرال الالماني الفنية فحسب بل سمعته العصورية في الصحراء الغربية حقق رومل انتصارات مذهلة من خلال عمليات غير تقليدية وغير متوقعة بحيث اعتقد ضباط بريطانيون عديدون بعدم امكانية هزيمة رومل كانت القوات الالمانية الافريقية قوة صغيرة مقارنة مع القوات التي حشدت ضد الاتحاد السوفيتي لو اعطى رومل جزءا صغيرا من القوات التي خصصت لروسيا لاخرج البريطانيين من مصر وربما انتصر بالحرب لالمانيا الا ان رومل توقف مرة اخرى حيث ان تقدمه اعيق جراء النقص في مواد الحرب حرب التحركات القصوى اصبحت فجأة ثابتة مع الخنادق وحقول الالغام في كل الجانبين كان وضعا يناسب خطط منجمر الحربية التي كان يبدع فيها في الثالث والعشرين من سبتمبر عام اصيب رومل بالمرض وعاد الى المانيا ظل غائبا لشهر بعد شهر اكتوبر اعاد منتجمري بناء قوة الجيش الثامن وخطط لمعركة العالمين الثانية حشدت قوة كبيرة من سلاح المدفعية مع مخزون ضخم من الذخيرة حتى قطع غيار الدبابات وضعت في اماكنها ودربت الوحدات الخاصة للقيام بمهمات خاصة والاخفاء التجمعات استخدم البريطانيون وسائل التمويه كافة لخداع الالمان اخذ المدافعون على خين غرة عندما قامت القوات البريطانية بالهجوم مساء يوم الثالث والعشرين من اكتوبر استدعي رومل من اجازته المرضية للمعركة اندلعت الحرب مع سطار شديد من المدفعية نظفت فرق المهندسين من حقول الالغام الالمانية المكثفة كان منتجومري يقدر اهمية القوة الجوية وعمل على تنظيم الاسناد الجوي المنسق استمرت المعركة اثني عشر يوما حيث طبق منتجومري خطته باحكام هجمات الالمان المعاكسة كانت تواجه بالقصف المدفعي والجوي المكثفين ابعدت الهجمات الالمانية المعاكسة القوات الالمانية من مناطق انطلاق الهجمات البريطانية وفق تخطيط منتجومري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اسر ثلاثون الف جندي الماني ما تبقى من الجيش النازي فر هاربا عبر ليبيا استمرت معركة العالمين الثانية الاثنى عشر يوما وكانت من المعارك العديدة في الحرب لكن تاثير الانتصار البريطاني كان قويا لاول مرة تتعرض القوات الالمانية للهزيمة في مواجهة حاسمة من الناحية الاستراتيجية لم يسعد المجهود الحربي الالماني في شمال افريقيا عافيته ابدا وعلقت شيرتشل قائلا انها ليست النهاية انها ليست بداية النهاية بل هي نهاية البداية تؤدي الحرب الى الابداعات في الاسلحة والتكتيكات لم تكن الاسلحة واحد اطول الابداعات عمرا في الحرب العالمية الثانية بل طريقة القتال الحرب في الصحراء في المسافات الشاسعة والتي تواجدت خلف الخطوط الامامية استخدمت انواعا جديدة من الوحدات شكلت الجيوش البريطانية مجموعة حفرت لها مكانا خاصا في التاريخ العسكري فرقة الخدمة الجوية الخاصة بقيت الخدمة الجوية الخاصة غير معروفة للجيش العادي انطلقت اصولها من صفوف الوحدات العادية وغير المنظمة وهي قسم القوارب الخاصة في سلاح البحرية البريطاني ومجموعة من الضباط اليونانيين المخلصين والمظليين الفرنسيين الاحرار بدات هذه القوات الخاصة بالاعمال القتالية على شكل وحدات صغيرة خلف خطوط الالمان حيث كانت تجمع المعلومات وتهاجم المطارات الالمانية وكانت القوات الخاصة وقتها كما الان مكونة من افراد خارجيين غير منتمين الى التنظيم العسكري العادي بدات احصائيات الحرب تنقلب ببطء ضد الالمان حيث بدى يحتشد المزيد من القوات ضدهم في الثامن من نوفمبر وفي عملية تورتش قامت قوات امريكية بريطانية مشتركة بعمل انزال برمائي في شمال افريقيا في المغرب والجزائر كانت تلك المناطق مستعمرات فرنسية وكانت تحت سيطرة نظام فيش المتعاون مع الالمان كان ذلك الاحتلال الاول في سلسلة الهجمات التي ادت في النهاية الى غزو فرنسا عام 44 كانت الحملة افضل طريقة لادخال الجيش الامريكي عديم الخبرة في مواجهة مع الرايخ الثالث تم انزال 65 الف جندي امريكي واسندت القيادة الى الجنرال الامريكي دوايت ايزنهاور ومن بين الضباط البريطانيين الذين تم انزالهم الى الشواطئ الفرنسية برز مارك كلارك وجورج اس باتون انطوت الحملة انطلت على التنسيق الدقيق بين القوات من الجنسيات المختلفة شاملة قوات الجيش والقوات البحرية والجوية لم تكن تلك هي الجبهة الثانية التي طالب السال حلفاءه الغربيين بها لكن نجحت في تخفيف الضغط عن روسيا وزادت الهجمة الضغوطات على روميل بمهاجمة مؤخرته دخلت الحملة في السياسات المعقدة لحكومة فيش الفرنسية في الانتماءات المختلفة انضم بعض القادة الفرنسيين الى الحلفاء وقوام البعض الاخر بضراوة وقد كلفت حملة الجزائر حيات 1400 امريكي و700 فرنسي بعض الفرنسيين رفضوا الاستسلام ورفضوا ايضا القتال ما تبقى من سلاح البحرية الفرنسي في قواعد شمال افريقيا اختار حل نفسه رد الدول المحور على ذلك بارسال المزيد من الجنود الى شمال افريقيا وجد روميل القتال على هذه الجبهة الثانية صعبا حيث عمل الايطاليون على تقييد حرية الالمان في التحرك كانت الاراضي تختلف عن الاراضي في ليبيا وغرب مصر كانت صعبة ولا تساعد على الحركة من نتائج الانزال على شمال افريقيا كان وضع حد لحرية حكومة فيش الفرنسية المزعومة كان الالمان قد احتلوا جنوب فرنسا وفرضوا سيطرتهم على كامل الاراضي الفرنسية هدفهم حماية البلاد من الغزو البريطاني والامريكي موسيقى معركة العالمين الثانية ووصول الامريكيين نقلت الحرب في شمال افريقيا الى نهايتها موسيقى وفي اماكن اخرى من الحرب العالمية انطلقت حملات جديدة في السابع من اغصص عام 42 هاجمت القوات الامريكية جزيرة جوادلا كنال في المحيط الهادئ منذ الاحتلال الياباني للفلبين لم تتلاقى جيوش الامراطورية اليابانية والامريكية القتال على جزيرة جوادلا كنال التي كانت مصعمرة بريطانية صغيرة ونائية وهي جزء من الخبيل جزر سولون كان قتالا دمويا وطويلا شن 19 الف جندي امريكي من المارينز وقوة بحرية من ثلاث حاملات للطائرات الهجوم الاول هدف الولايات المتحدة منع انتشار اليابانيين جنوبا نزل الامريكيون بدون معارضة لكن اليابانيين ردوا بالهجوم بالقاذفات وبارسال قوة بحرية قوية تهديد الهجوم الجوي اجبر حاملات الطائرات الامريكية على الانسحاب وتمكنت القوة البحرية من هزيمة السفن الامريكية بعد سيطرتها على البحر انزلت اليابان الجنود على الجزيرة استمرت المعركة لعدة شهور استولت قوات المارينز الامريكية على المطار الجوي عملت فصائل البناء الامريكية تحت نيران الاسلحة لابقاء المطار فعالا ونتيجة لذلك تمكنت قوة جوية امريكية صغيرة من الطيران من الجزيرة نفسها المعارك المدفعية المتقاربة التي جرت على الجزيرة تزامنت مع سلسلة من المعارك البحرية القوية ومع مرور الشهور تصعد القتال الدائر فوق الرقعة الصغيرة من الكرة الارضية مع بداية الحملة في غصص قامت الولايات المتحدة بانزال عشرة الاف من جنودها وكان لدى اليابانيين الف جندي فقط مع منتصف نوفمبر كان هناك تسعة وعشرون الف جندي امريكي مقابل ثلاثين الف جندي ياباني شاهد منتصف نوفمبر ايضا معركة بحرية جبارة والتي اصبحت تسمى معركة جوادالا كنال حيث اعترضت قوة غزو يابانية مع تعزيزات مكثفة من قبل السلاح البحرية والقوات الجوية الامريكية والتي اخذ بعضها من مطار الجزيرة تحت نيران مدافع البوارج الجبارة غرقت بارجتان يابانيتان ضخمتان حيث قاتلت الطائرات الامريكية خلف الدفاعات اليابانية وهاجمت سفن النقل تحطيم التفوق البحري الياباني في المنطقة كان مفتاح النصر النهائي على الجزيرة اثر المعركة في عواسط نوفمبر لم تستطع اليابان تزويد قواتها بالامدادات الا بالغواصات ومع بداة ديسمبر وصل عدد القوات الامريكية الى اربعين الف جندي مقابل خمسة وعشرين الف ياباني بحلول عام ثلاثة واربعين ازداد عدد القوات الامريكية ليصل الى خمسين الف جندي مجاهزين جيدا مقابل الجنود اليابانيين الذين كانت تنقصهم الامدادات ومع نهاية يناير هرب بقية الجنود اليابانيين تاركين جوادلا كنال تحت السيطرة الامريكية تكبد الامريكيون ثمنا باهظا حيث غرقت حاملة طائرات وسفن صغيرة واصيبت سفن حربية عديدة باضرار بالغة وقتل حوالى الفي جندي لاجل رقعة ارض صغيرة لكن جوادلا كنال كانت معركة برية تضاهي معركة مدوي البحرية هزيمة لم تتعافى اليابان منها وكمعركة مدوي اوقفت هذه المعركة التوسع الياباني انتقلت المبادرة في الحرب لصالح امريكا ودافعت اليابان عن نفسها ضد الهجمات الامريكية طوال عام 42 في بورما ظل البريطانيون يقاتلون في واحدة من اكثر الحملات غير المعروفة في الحرب وقد اسم الجنود البريطانيون انفسهم بالجيش المنسي القول بان الجنود الذين خاضوا هذه الحرب هم جيش بريطاني امر خاطئ حيث كانت غالبية الجنود هنودا ولكن كان هناك ايضا شعب بورما الاصلي والمميز البورميون الكارن الكاتشن الناجاس والتشن والصينيين والفوركاس وجنود سود من شرق وغرب افريقيا طبيعة الارض تحدد طبيعة الحروب ولان طبيعة الاراضي البورمية متنوعة فقد غير ذلك كثيرا في طبيعة الحرب التي جرت هناك كان القتال يجري في الغابات الكثيفة والجبال والسهول الواسعة المناسبة لتحركات الدبابات وعلى الانهار الكبيرة وفي المياه الساحلية كانت بورما تستخدم كواجهة عرض للمفهوم الياباني المعادي للاستعمار حيث اعلنوا في النهاية عن تحرر البلاد والسقلالها في اعقاب الغزو الياباني زحف اليابانيون شمالا عبر بورما وطوال عام 42 قامت القوات البريطانية باطول انسحاب في التاريخ العسكري البريطاني ومع دخول عام 43 وصلت موجة حرب اخرى لاعلى نقطة لها حيث توقف الغزو الياباني عند حدود الهند وكان البريطانيون يخططون ثانية لهجوم اخر في اغسط صعدت الحرب الى اوروبا الغربية حيث شنت قوة مشتركة من الكنديين والبريطانيين والامريكيين والفرنسيين الاحرار غارة على ميناء ديابا الفرنسي كان الهدف من الهجوم الاستيلاء على البلدة وتدمير دفاعاتها والتي كانت بدفعية ساحلية ومحطة رادار ومقر القيادة الالمانية كان دافع الهجوم غالبا سياسيا وهو ان يرى السيل بان الحلفاء كانوا يفعلون شيئا في الغرب ليجبر ذلك هتلر على سحب قواته من الجبهة الشرقية كانت الغارة تجربة اختبار دفاعات المانيا في الغرب تحضيرات للغزو النهائي من اجل التحرير كانت دياب كارثة من بين ستة الاف ومائة رجل الذين بدأوا بالهجوم لم يعد منهم سوى اربعة الاف ومائة جندي غالبية القوات كانت جنودا كنديين قتل حوالي الف كندي واسر الف وخمسمائة وقبل مغادرته لاستلام القيادة في شمال افريقيا طالب الجنرال مونت جومري بالغاء هجوم الدياب حيث اصر على ان تخطيطه كان ضعيفا وفاشلا انتقلت المسؤولية الى لويس ماونت باتن ضابط بحري طموح تنقصه الخبرة حيث برز بسرعة والفضل يعود لانتمائه للعائلة البريطانية المالكة اعيد تنشيط الهجمة كانت تشيرتشر راغبا في القيام بالهجوم وتجاه الاعتراضات الجنود المحترفين والذين كانوا متشائمين طموحات مونت باتن جعلته يسعى لتركيب صماته وخوفا من تدخل المشككين اعد مونت باتن الخطط بشكل سري للغاية الضباط الذين كان يجب ان يعرفوا رؤساء الاستخبارات في الاسلحة الثلاثة اغفيت الخطط عنهم كان فشل الهجمة مرده الى التخطيط السيء والتفاعل الزائد كان الكنديون متحمسين للقتال لاول مرة ولم يدربوا جيدا كانت هناك استطلاعات واستخبارات سيئة واعتمدت الخطط الصور السياحية لفترة ما قبل الحرب لم يعلم احد ما هي الوحدات الالمانية التي انتظرتهم على الاطلاق لم يكن ممكن اقناع سلاح الجو البريطاني للقيام بهجمات بالقاذفات الثقيلة فوق المانيا لم يرغب سلاح البحرية في المجازفة بارسال البوارج لقصف الشاطئ بالمدافع الثقيلة حذرت الاستخبارات البحرية يوم الغارة من ان تواجد القوة البحرية الالمانية قبالة الشاطئ يعني ان عنصر المفاجأة الضرورية للنجاح سيكون مستحيلا انعدام عنصر المفاجأة وغياب الدعم المكثف كان يعني بان القوات المهاجمة لم تترك شواطئ الانزال وبانها تعرضت للذبح من الالمان دمرت مدمرة وثلاث وثلاثون طوافة انزال امن سلاح الجو البريطاني طغطية جوية لكنه فقد مائة وستة طائرات مقابل ثمان واربعين طائرة المانية تعتبر هذه الاغارة مثلا على مثل هذه العمليات الفاشلة هجوم دياب هذا يوضح المكونات الكلاسيكية من التخطيط السيء والاستخبارات السيئة وحتى التفاول والتدخل السياسي والتي تساهم في الكوارث العسكرية لم تذهب تضحيات الجنود القتلى او الاسرى سدى حيث انه بعد سنتين عادت جيوش الحلفاء الى شاطي فرنسا الشمالي والسفادت من دروس دياب لتحرير فرنسا من الاحتلال هذا هو فيلم سري صور في باريس حيث اخفيت كاميرا في سلة دراجة اثناء مرورها عبر شوارع باريس التي كان يحتلها الالمان وصلت الاراضي الواقعة تحت الاحتلال الى اكبر مساحة لها عام 42 مساحات شاسعة من اوروبا واسيا والمحيط الهادئ كانت تحت سيطرة الجيوش الاجنبية تجربة الاحتلال سواء كانت قاسية ام لينة الموقف تجاه الاحتلال سواء كان المقاومة او القبول او التعاون اختلف كثيرا عبر الدول والثقافات والمجتمعات المختلفة والتي تحملت الهزيمة والخضوع تجربة الاحتلال تثير دوما تساؤلات صعبة عن الحاضر وتوجد تاريخا يرغب الناجون في نسيانه من السهل جدا للناس الذين لم يسبق لهم وان عاشوا تحت الاحتلال والذين لم يكن عليهم الاجابة عن اسلة الماضي ان يدينوا اولئك الذين يذعنون للمحتلين اتخذت المقاومة الفرنسية عدة اشكال ودرجات مختلفة يمكن ان تكون المقاومة سهلة وتعرف بعدم التعاون مع الالمان يمكن للمقاومة ان تكون في تخريب الاعمال الحربية في المصانع يمكن مساعدة اسر الحرب الفارين والطيارين الذين تسقط طائراتهم يمكن ان تكون في انتاج وسائل الاعلام السرية التي تنشر الحقيقة حول الحرب بالطبع اخطر شكل من اشكال المقاومة كان حرب العصابات الهجمات على المرافق العسكرية ومرافق الاتصالات والهجمات المباشرة على المحتلين من خلال نصب الكماء وعمليات الاغتيال لكن كان العديدون مستعدين للتعاون كانت حياتهم تسير كالمعتاد من بين المقاومة الفرنسية المسلحة برز الماكي كان الماكي في العادة شبانا فرنسيين التجعوا الى الغابات والجبال في فرنسا ازدادت اعداد الماكي عندما اقرت حكومة فيشي الفرنسية المتعاونة التجنيد الالزامي وترحيل العمال للعمل في الصناعة الحربية الالمانية يقدم التاريخ لنا صورة مبهمة كان هناك عدد من الماكي يسعون فقط لتجنب القبض عليهم الاخرون والذين دربهم وسلحهم البريطانيون والامريكيون اصبحوا اعداءنا شداء للالمان في بعض الدول التي عانت من الاحتلال قامت الحرب بفصل هذه المجتمعات بالخطوط مبعدة بذلك الجروح القديم احتلت يوغوزلافيا بسرعة عام 41 انهار جيشها امام الغزو الالماني قسم حلف المحور يوغوزلافيا تم ضم بعض الاجزاء الى المانيا والبعض الاخر لايطاليا والبعض لهنغاريا والبعض لبلغاريا والبعض لالبانيا اسست دولة كرواتيا المستقلة كانت دولة منظمة على الخطوط النازية وتعرضت مناطق شاسعة من سايبيريا الى الاحتلال من قبل الجيوش الالمانية موسيقى ضمن هذه الدولات انحازت الاقليات في هذه الزاوية من اوروبا الى مواقع مختلفة انضمت القوات الكرواتية الى النازيين قوات المقاومة انقسمت فيما بين القوميين اليوغوزلاف وبقايا الجيش والذين دعوا بسانتكس والشيوعيين انحاز الالبان للغزاء احيانا حارب السانتكس الى جانب الشيوعيين الموالين ضد المحتل واحيانا تقاتل السانتكس والشيوعيون واحيانا اخرى قاتل السانتكس الى جانب النازيين واحيانا تحارب الشيوعيون الموالون فيما بينهم واحيانا تحارب السانتكس فيما بينهم هكذا كانت هناك تحالفات لا نهاية لها وبرزت ايضا مقاومة على شكل عصابات لم تكن هناك خطوط معارك واضحة حيث تبدلت العلاقات والتحالفات من قرية لاخرى خلال الاحتلال قتل مليون ومئتا الف يوغوزلافي معظمهم على ايد اليوغوزلافيين الاخرين مساحات روسيا الشاسعة خلفت مقاومة من نوع مختلف النشطاء السياسيون وعضاء الحزب الشيوعي صدرت لهم الاوامر بالبقاء ومع بقايا الجيش الاحمر قاموا بتنظيم حرب العصابات ضد الالمان وشرعوا في مهاجمة خطوط الاتصالات واغتيال الروس المتعاونين مجموعات الموالين كان مقرها الغابات والبرارية الروسية كان الموالون سياسيين بقدر ما كانوا عسكريين اراد السالن ان يثبت للسكان المدنيين بانه لا يمكن تصفية الشيوعية كان هدف السالن جعل الشعب السوفيتي يخشاه اكثر من هتلر تلقى الشيوعيون الموالون دعما قليلا من المدنيين المتحالفين مع الالمان في اماكن عدة للقضاء على نشاطات المقاومة في بعض المناطق المحتلة كانت قوات المقاومة والسكان نفس الاشخاص وفي جزيرة كريت المحتلة خاضت القوات الالمانية حربا مستمرة وعنيفة ضد شعب تاريخه عريق في مقاومة الاحتلال بضراوة كان باستطاعة الضباط البريطانيين والذين كانوا غالبا دارسين كلاسيكيين الاندماج بين السكان وتنظيم المقاومة كان السكان يعتبرون المجازر جزءا من الحرب في الجهة الاخرى من الصورة حافظت بعض الدول على ارواح المدنيين والتركيبة الاجتماعية بالاذعان الى الاحتلال عمدت الدنمارك لدعم المجهود الحربي الالماني مقابل السيطرة الدنماركية على معظم الشؤون الادارية الالمانية العمليات البرمائية الامريكية في المحيط الهادئ هي احدى رموز الحرب العالمية الثانية الاسلاء على الجزر دحر التقدم الياباني خطوة خطوة جزيرة جزيرة شاطئا شاطئا كان السمة الرئيسة في الاستراتيجية الامريكية والهدف انشاء قواعد قرب الجزر اليابانية للقيام بهجمات القاذفات الاستراتيجية وغزو اليابان في نهاية الامر الهجمات البرمائية التي كانت تؤدي الى وصول قوات المارنز الى الشواطئ مع دعم حاملات الطائرات ونيران مدافع البوارج الثقيلة والتي كانت تعمل على ابعاد القوات الالمانية من مواقعها كانت جزءا من الاستراتيجية الامريكية الاستراتيجية الثانية كانت هجمات الغواصات الالمانية كان على اليابان نقل اعداد كبيرة من الجنود والاسلحة والذخيرة والطائرات والطعام وجمع معدات الحرب اللازمة لاحتلال جزر المحيط الهادف اعلنت امريكا حرب الغواصات غير المحددة ضد اليابان وحتى نهاية الحرب شنت هجمات قوية ادت في النهاية لفرض حصار كامل البحرية اليابانية شددت على التحركات الحاسمة وكانت تعتبر مرافقة القوافل امرا غير مشرف كانت الغواصات الامريكية هي الافضل فنيا راداراتها كانت متقدمة على الرادارات اليابانية وكان القادة اكثر عدائية النتيجة كانت في قيام الغواصات الامريكية بما عجزت عن القيام به الغواصات الالمانية موسيقى عام 42 وصلت الحرب الى نقطة تحول في العالمين شمال افريقيا وفي ميدوي بالمخيط الهادف وفي روسيا كانت معركة اوروبا كانت واحدة من الاحداث الحاسمة في القرن العشرين على وشك الحدوث في السالينجراد كانت السالينجراد تقع على حافة اسيا وتوقع هتلر بان هجومه الجديد سيتغلغل في جنوب روسيا واوكرانيا بهدف الاستيلاء على ثروة روسيا الطبيعية العظمى وحقول القمح والمناجم والمصانع وآبار النفط كان يسعى للإستيلاء على هذه الاراضي وبناء ما اسماه بالجدار الشرقي العظيم كان الاحتلال قد ادى الى الاستيلاء على نصف قمح الاتحاد السوفيتي وثلثي انتاج الفحم والحديد والالمنيوم بالاضافة الى ان نصف سكان الاتحاد السوفيتي تقريبا كانوا تحت الاحتلال الاستيلاء على نفط الشيوعيين قد يؤدي الى القضاء على البلشفية الشيوعية كان الالمان يؤمنون بان الانتصار في السالينجراد سيدمر القوات الروسية دمارا شاملا وسيؤدي سقوط المدينة الى افشال الاستراتيجية الروسية والانهيار التام المهمة التي انيطت بالجيش الالمانى لم تكن سهلة حيث ان هذه الجوش المعتادة على المناورة في الاراضي المكشوفة وعلى التقدم السريع طلب منها الان الاستيلاء على مدينة كبيرة شارعا شارعا بالنسبة لستالين كانت معركة السالينجراد ذات اهمية محورية حيث انه بالاضافة الى اهمية المدينة العسكرية والاستراتيجية هناك الدمار السياسي الذي سينتج عن سقوط المدينة التي تحمل اسم الديكتاتور الروسى في الثلاثين من سبتمبر كان الالمان استولى على ثلثي ستالينجراد اذع هتلر للعالم بان المدينة ستسقط قرر ستالين بان المدينة ستصمد باي ثمن كانت التعزيزات الروسية تصب في المدينة حشد السوفيت قوات خاصة مؤلفة من المخلصين الشيوعيين خلف خطوطهم كانت مهمتهم اطلاق النار على الروس الفارين من الخدمة وهكذا قتل الاف الروس بهذه الطريقة الاندفاع نحو السالينجراد ادى الى خلق جيب كبير في الجبهة الامامية بين الجيشين ولتعزيز الهجوم على المدينة انسحبت نخبة القوات الالمانية من على جانبي ذلك الجيب وحلت مكانها وحدات اضعف من الرومانيين والهنجاريين والايطاليين وكان ذلك خطاء حاسما من قبل الالمان كان القتال يجري من شارع لاخر من غرفة لغرفة ومن منزل لمنزل الخطوط الامامية كانت الممرات والمداخل والاسقب خطوط الامدادات كانت الادراج وانفاق المجاري والمداخن بدى الالمان بدفع السوفيتي اكثر واكثر وفي النهاية وفي التاسع عشر من نوفمبر احاط المدينة باكملها لكن في نفس ذلك اليوم بدأت هجمة روسية معاكسة قوية انهار الجيش الروماني الذي كان يحمل المان بعدها بسبعة ايام التقت الجيوش الروسية واحاطت بالجيش الالماني السادس وبذا اصبح المحاصر محاصرا اصدر هتلر اوامره الى الجيش السادس بعدم الانسحاب وامر بالقيام بهجوم الماني سلاح الجو وعد بتزويد الجيش الالماني بالامدادات من الجو لم تكن الارقام في صالح النازيين والطائرات التي كانت بحاجة لها كانت مطلوبة ايضا في شمال افريقيا الاقتحام لم يكن قويا بشكل كاف وبدأ حصار ميائس القتال الذي جرى خلال الاسابيع اللاحقة حدد مصير الحرب في اوروبا اشتركوا في القناة موسيقى حصار السيلنجراد في الجنوب رافقه هجوم على ليننجراد في الشمال لم يكن حصار ليننجراد بهدف الاسيلاء على المدينة بل كان حصارا يهدف الى تدمير المدينة وسكانها تعرضت المدينة للحصار منذ الاسابيع الاولى لبداية عملية بربروسا الحاجة للقوة الالمانية للقتال في مناطق اخرى كانت تعني بان المهاجمين لم يمتلكوا المصادر اللازمة لاجتياح ليننجراد امر هتلر بعدم الاستسلام ابدا وبتدمير المدينة وسكانها بالقصف الجوي والمدفعي والجوع والامراض بالاضافة الى المدافعين كان عدد سكان ليننجراد مليونين ونصف المليون نسمة لم تكن المدينة مخاصرة كلية حيث كان هناك منفذ عبر مياه بحيرة لاجودا كانت الامدادات تأتي عبر هذه الطريق على متن القوارب التي تسير فوق الماء في الصيف وعبر الجليد في الشتاء قام سلاح البحرية الالماني بارسال قوارب الطربيدات وقام الايطاليون بارسال الغواصات في محاولة لسد هذه الطريق مع بداية نوفمبر عام واحد واربعين عان السكان من الجوع واكلوا الغراء وزيت بذر الكتان والحيوانات المنزلية الميتة ولحوم البشر ايضا كما اشيع يعتقد بان حوالي مليون شخص ماتوا في شتاء عام واحد واربعين جراء الجوع والامراض والبرد موسيقى موسيقى والان في صيف عام اثنين واربعين ازداد القصف المدفعي وتم حشد المزيد من طائرات سلاح الجو في محاولة لتدمير المدينة وقتل جميع المدافعين ورفضت ليننجراد ان تموت او تستسلم المحصلة لم تكن في صالح المانيا كانت ترسل التعزيزات الروسية تدريجيا لمقاومة الالمان في ليننجراد ومع بداية يناير شنروس هجوم اخر انضم للجيش الروسى لرفع الحصار وبدأت التصدعات تظهر في كل مكان في القوة النازية موسيقى قيل بان الحرب حفزت ثورة صناعية ثانية في الاتحاد السوفيتي حيث جلبت الصناعة الى مناطق جديدة الى شرق البلاد غير المتطور وعملت على استثمار مصادر البلاد الطبيعية العديدة موسيقى الثورة الصناعية الروسية الثانية كانت اسوأ بالنسبة للمصير الحتمى للالمان كانت الصناعة الالمانية مصممة لاوقات السلم لذا احتاج الالمان لاحداث انتصارات سريعة وحاسمة حتى عام الفين واربعين وعندما اصبح واضحا بان روسيا لن تهزم بسرعة امر هتلر بعدم قيام الحرب بتغيير مستوى حياة المدنيين وفي ربيع ذلك العام فقط بدأت المانيا بتطبيق التغييرات الاقتصادية والتي فرضتها بريطانيا وامريكا على شعوبهما موسيقى بدأت ايضا بحشد المسنين والنساء المتزوجات في الصناعة لارسال الرجال الى القوات المسلحة وصدر مرسوم يسير الصناعة ويركز على الانتاج الحربي الاقصى موسيقى قوافل بحر الشمال نحو شمال روسيا صاحبتها امدادات دخلت عبر الجنوب عبر ايران كانت السفن الامريكية ترسف الموانئ الفارسية الجنوبية فيما كانت قوافل الشاحنات تحمل المؤن الى الحدود الايرانية السوفيتية موسيقى في اغسطس عام 41 احتلت بريطانيا والاتحاد السوفيتي ايران لضمان خط الامدادات هذا واطاحت بالشاه الموالي للنازية وعينت ابنه الموالي للحلفاء ربع الامدادات التي كانت ترسل الى الاتحاد السوفيتي تقريبا كانت تمر عبر هذه الطريق الجنوبية في كل مكان بدأت حرب الارقام تتحرك بعكس صالح خلف المحور بهجومه على روسيا ومحاربة الامريكيين والبريطانيين في نفس الوقت كان هتلر يراهن على نوعية قواته واسلحتها كان هتلر يؤمن بان المانيا قادرة على الاعداء بكفاءتها وبكونها الافضل وبالجنود الافضل المزودين بالاسلحات الافضل كانت روسيا تمتلك مساحات شاسعة وقوى بشرية ضخمة حشدتها لهزيمة الالمان بحلول عام ثلاثة واربعين بدأت المانيا تخسر حرب الكميات او الاعداد ومع تطور الحرب بدأت تخسر حرب النوعية السلاح الارضي الفعال كانت دبابة جددت التقنيات الجديدة في حرب المدرعات الطريقة التي جرت فيها الحرب العالمية الثانية كانت روسيا في الحقيقة تنتج افضل دبابات الحرب الدبابة 34 كانت تنتج باعداد هائلة وبالاضافة الى اعداد الجنود الروس الهائلة كان الاداء المتفوق لهذه الدبابة احد العوامل الرئيسية في نجاح الروس المتنامي موسيقى الحرب الجوية التي جرت في الشرق كانت ملحقا للحرب البرية عدد قليل جدا من هجمات دول المحور وروسيا لم تتم لدعم الهجمات العرضية موسيقى غارات القاذفات الاستراتيجية الاملاقة فوق المدن الصناعية لم تكن معروفة موسيقى كان عام 42 العام الذي بدأت فيه هجمات القاذفات الاستراتيجية للحاق الاذى بالرائخ الثالث كان سلاح الجو البريطاني قد شن اول غارة لالف قاذفة في غصص عام 42 دخل سلاح الجو في الجيش الامريكي الحملة وبدأ اول هجمة له في اوروبا معركة بريطانيا والغارات الجوية اظهرت لسلاح الجو البريطاني بان الغارات النهارية مكلفة للغاية وبان الغارات الليلية هي الطريقة الوحيدة لتجنب الخسار الفادحة كانت تستحيل اصابة الاهداف بدقة اثناء الليل لذا نفذ سلاح الجو البريطاني هجمات المنطقة الموجهة نحو المدينة باكملها موسيقى كان سلاح الجو الامريكي يؤمن بفلسفة مختلفة وزود القاذفات بي 17 باجهزة متخصصة لتوجيه القنابل والتي مكنت ضابط القذائف من التحكم في الطائرة لدى الاقتراب من الهدف اي توجيه الطائرة باكملها نحو الهدف كان ضابط القصف او القذائف يستطيع احتساب العوامل التي تؤثر على القنبلة اثناء سقوطها بشكل علمي عوامل مثل الطاقس والرياح لاسقاط القذيفة بشكل دقيق على الهدف موسيقى كانت القاذفة بي 17 معروفة باسم الحصن الطائر بفضل تسليحها المنيع كانت قاذفة تحتوي على مدافع رشاشة في كل زاوية وسريعة ومصممة لتخترق طريقها الى الهدف اولى الغارات الامريكية وجهت نحو اهداف في المناطق المحتلة والتي لم يكن اسلوب القصف العشوائي لسلاح الجو البريطاني مقبولا فيها حيث يؤدي ذلك لقتل المدنيين هذه الغارات الاولى فوق فرنسا كانت ترافقها المقاتلات حيث كانت ضمن مدى الطائرات الصغيرة وقد لاقت نجاحا عندما بدى سلاح الجو الامريكي بشن غارات بدون حماية المقاتلات في بداية عام 43 كانت النتيجة تعرضه لخسائر فادحة من قبل المقاتلات الالمانية مع حلول عام 43 بدأ البعض يرى الهزيمة الحتمية لحلف المحور حيث انه مع حلول ذلك العام كانت نقطة التحول في الحرب تتجه نحو ذروتها في معركة السالينجراد طوال شهري ديسمبر ويناير سحق الجيش الالماني السادس وحشر في جيب صغير ومع محاصرة الجيش الالماني اكثر واكثر وقعت المطارات التي كان النازيون المدافعون يعتمدون عليها للحصول على الامدادات في ايد الروس كان الجرح ملقون في العراء طوال الليل والنهار وغالبا ما كانوا محاطين بالدماء المجمدة وظل الجنود يقاومون بلا فائدة قام هتلر بترفيع قائد الجيش السادس الجنرال باولوس الى مشير لم يسبق لاي مشير الماني ان استسلم وفي الحادي والثلاثين استسلم باولوس تعرضت القوات الالمانية المسلحة الى خسائر فادحة وتحول ميزان القوى الان لصالح الروس قتل مائة وعشرون الف جندي الماني واسر تسعون الفا منهم تم السيلاء على خمسمائة عربة مدرعة واثني عشر الف مدفع وفقدت حوالي خمسة الاف طائرة نقل اكثر من الف مقاتلة وقاذفة دمرت او استولي عليها لم يكن بمقدور سلاح الجو او الجيش الالماني التعافي من خسائر السالينجراد كان للسالينجراد تاثير مروع على اعداد القتلى لكن تاثير النصر على معنويات وارادة القوات الالمانية كان اكثر ايلاما حيث ان الكثير من الجنود النازيين والذين كان العديد منهم اطفالا عندما تولى هتلر السلطة كانوا يؤمنون بان الروس هم دون البشر والان بعد ان تعرض الجنس الاري المتفوق للاذلال تعرضت افكار الجنرالات للهزيمة وذلك من قبل الجنود العاديين الصورة الى الحرب الالمانية الخاطفة تبعثرت فوق ثلوج السالينجراد موسيقى موسيقى ومع وقوع احداث مسلسل الرعب في السالينجراد التقت تشيرتشل وروزفلت في كازابلانكا التقيا ليقرر مستقبل الحرب توصل الزعيمان الى هدف للحرب يمكن ان يفهمه الناس في شوارع واقبية السالينجراد لن يكون هناك اية تسويات الهدف هو الاستسلام غير المشروط لدول المحور موسيقى في الحلقة القادمة من الحرب العالمية الثانية القصة الكاملة تبدأ قوات الحلفاء بالتراجع في كل انحاء العالم في شمال افريقيا يتقهقر رومل امام الحلفاء في معركة قصر باز يتراجع الالمان نحو سقلية ومن ثم نحو البر الايطالى تستسلم ايطاليا ويعزل مسوليني ويوضع في السجن تصبح ايطاليا دولة محتلة اخرى وساحة قتال شرسة حيث تشق قوات الحلفاء طريقها عبر شبه الجزيرة وتشن سلسلة عمليات مشتركة في بليرمو وسليرنو وانزلو موسيقى وفي البحر تتحول معركة شمال الاطلسي لصالح الحلفاء حيث تخرج الغواصات الالمانية من البحار بهجمات اكثر قوة موسيقى في روسيا وسعيا لنصر حاسم يشن الالمان بما تبقى من الاسلحة معركة تعتبر اعظم معركة بين الدبابات في التاريخ حيث تدخل الاف العربات المدرعة في قتال في كارسك موسيقى يخضع سلاح الجو الامريكي وسلاح الجو البريطاني جيش الريخ الثالث لهجمات جوية ليلية متواصلة تقوم مترقة سلاح الجو البريطاني بدك المدن الالمانية وتحويلها الى رماد يوما بعد يوم يواصل سلاح الجو الامريكي تدمير وفي بريطانيا وامريكا يتم الاستعداد لغزو اوروبا الغربية الاستعداد ليوم دي موسيقى 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 ادار دولاب الحظ في الحرب ظهره لدول المحور لأول مرة يتعرض الجنود الالمان للهزائم الساحقة والحاشدة في رمال الصحراء تتلاشى الصورة روميل في العالمين موسيقى وفوق ثلوج مدينة السالينجراد دمر استسلام الجيش السادس الالماني الصورة الحرب الخاطفة التي لا تقهر الكارثة في دياب والنجاح في شمال افريقيا يعلمان دروسا صعبة حيث يطور الحلفاء المهارات الحربية البرمائية والتي تؤدي الى تحرير اوروبا في المحيط الهادئ تستثمر القوات الامريكية انتصارها في ميدوي وتدحر اليابانين في جوادالاكنال في اعقاب العالمين تحدثت شيرتشيل عن نهاية البداية وبالنسبة لدول المحور ستكون الايام والاشهر القادمة بداية النهاية كانت معركة العالمين في نوفمبر عام اثنين واربعين فاصلة اجبرت القوات الالمانية في افريقيا على التراجع كانت متعرضة الجنرال البريطاني منتغومري للقوات الالمانية منظمة جدا مع تراجعا للالمان عبر غرب مصر ومن ثم ليبيا في كل مرة يحاول فيها روم للصدارة وشن هجوم معاكس كان يتعرض للهزيمة ويجبر على التراجع ثانية لاخر مرة انزحفت الحرب عبر ليبيا عبر الصحراء التي جرى فوقها كر وفر طوال السنتين الماضيتين في بداية عام ثلاثة واربعين اجبرت القوات الالمانية في شمال افريقيا على الانسحاب من المستعمرة الايطالية ليبيا دخلت القوات البريطانية طرابلس عاصمة ليبيا وتوقعوا القتال لكنهم وجدوا المدينة مهجورة حيث كانت قوات المحور قد انسحبت في مواجهة المطارضة انسحبت القوات الالمانية وحلفاؤها الايطاليون باتجاه الدولة المجاورة تونس بدأ القتال في الصحراء الليبية يندمج مع الحملات التي تشنها دول المحور ضد القوات الانجلو امريكية والتي نزلت في الجزائر والمغرب في عملية تورتش او المشعل كانت القوات امريكية في الغالب وبقيادة دوايت ايزنهاور خلال نهاية عام 42 كانت تلك القوات تقدمت على امتداد شاطئ الجزائر باتجاه تونس ادف الحلفاء كان الافسلاء على الموانئ الساحلية وقفع خطوط الامدادات لدول المحور ثم الانسحاب لتقسيم قوات المحور الى جزئين ليمنع روميل من الانضمام الى قوات المحور الاخرى في فبراير جاء دور الامريكيين لمواجهة عبقرية روميل عندما ضرب ضربته فى القصرين مباغة اعداءه كالعادة كانت دبابات روميل تعمل فى السهول الشاسعة الهجوم الالمانى اخذ الامريكيين على حين غره ووجه ضربة على احد المواقع بحيث كاد ذلك ان يؤدي الى هزيمة فاصلة لقوات الحلفاء لكن ايطاليا طالبت روميل بالحذر ومنعته من استثمار انتصاري لم تكن المعركة فاصلة لكنها قضت على ثقة القوات الامريكية بنفسها ومرة بعد مرة فى سنوات الحرب الاخيرة لم تجد العبقرية والتصميم نفعا لدول المحور فى بداة ربيع عام 43 لم يتم استثمار معركة القصرين حيث ان القوات الالمانية والايطالية كانتا منهكتين كانت قوات الحلفاء تظهر التنسيق فى ما بين القوات الجوية والبرية والبحرية والذى اصبح من سمات العمليات اللاحقة كانت قوات الصحراء الجوية التابعة لسلاح الجو البريطانى قوية للغاية فرض سلاح البحرية حصارا بحريا قويا حول الموانئ التونسية بدأت الذخيرة والامدادات تنفد من قوات المحور واجبرت قوات المحور على التراجع نحو جايب صغير مع بداة ما ينهار جيش المدرعات الالمانيان فى تونس امام الهجمات الامريكية المكثفة من الغرب ومن القوات البريطانية فى الجنوب اخر الالمان استسلموا فى الثالث عشر من مايو كان رومل قد استدعى الى المانيا بسبب المرض واسر مئتان وثمانية وثلاثون الف جندي من قوات الحلفاء اشتركوا في القناة موسيقى العملية فى شمال افريقيا كانت معارك بطيئة الحركة للحلفاء لكن تم تعلم الدروس التي ادت الى نتائج فى السنوات القادمة شاهدت الحرب فى الصحراء عمليات مهمة من قبل القوات التي اصبحت تعرف فى ما بعد بالقوات الخاصة وهى اول قوات خاصة عملت خلف حدود دول المحور اول قوات خاصة هاجمت الامدادات والمطارات موسيقى فى بورما وفى الحرب الدائرة بين القوات البريطانية واليابانية لعبت القوات الخاصة دورا مهما ايضا هناك موسيقى وقف الجيش اليابانى على حدود الهند ساعيا لغزو اهم اراضى الامبراطورية البريطانية تواجه الجيشان عبر الحدود شن الجيش البريطانى هجوما اماميا ضد اليابانى الذين فشلوا فى ايقاف الغزار موسيقى كانت خطوط الامدادات اليابانية طويلة جدا وتمر عبر الغابات الكثيفة طورت بريطانيا نوعا جديدا من الوحدات وتكتيكات جديدة لمهاجمة هذه الخطوط كانت الوحدات مدربة تدريبا خاصا لتتسلل خلف مؤخرة الجنود اليابانيين وتشرع فى حرب العصابات اصبحت هذه القوات تعرف باسم تشيندت وهي كلمة اسد باللغة البورمية فى الموجة الاولى دخل ثلاثة الاف تشيندت الى بورما كانوا يمزجون ما بين العراقة والحداثة كانت تشيندت يعبرون غابات الملاري على ظهور البغال الامدادات كانت تصلهم عن طريق الجو وكان ذلك يمكنهم من الاسمتاع باستقلال تام الرجال الذين اصبحوا تشيندت كانوا جنودا من نواية خاصة يتوجب عليهم تحمل الصعاب طرق قتالهم كانت تشبه طرق قتال رجال العصابات كانت الضغوطات الناتجة عن الطقس والامراض تحطم الرجال بسهولة وكان يجب ترك الجرح في الغابات لانقاذهم فيما بعد قدمت تشيندت الكثير من التضحيات في العديد من العمليات وكانت اصاباتهم بمعدل ثلث القتال في بورما كان اطول حملة في الحرب وكان اليابانيون يقاتلون فيها لهدفين كانوا يخططون لغزو الهند البريطانية وبعد تحرورها من حكم الاستعمار فان ثروات شبه القارة ستستخدم في دعم اقتصاد اليابان الحربي كان اليابانيون يهدفون ايضا لقطع طريق الارضية الوحيدة الباقية والتي تصل عبرها الامدادات والقوات الصينية الوطنية وهي طريق طويلة ومتعرجة بين الجبال والغابات بعد ان نجحوا في قطع خطوط الامدادات هذه اصبحت الامدادات تصل الى الصين عبر الجو فقط وهكذا بدأت قيادة نقل الجوي الامريكية بعمليات لوجستية شاملة لنقل ادوات الحرب اصبحت الطريق الجوية تعرف باسم الحرب وكانت خطيرة على الملاحين الجويين حيث كانت الطائرات تحلق فوق الحواف الجبلية العالية وترتفع لاعلى مستوى لتكون في سلام قد يتوجب على الطيار الاقلاع من منطقة السوائية والطائران فوق منطقة مليئة بالمطبات الهوائية الحادة ومواجهة الجليد قبل الهبوط مصادر هائلة استخدمت لابقاء هذا الممر الجوي مفتوحا وفي النهاية استخدم فيه اكثر من 20 الف طيار امريكي و 47 الف مدني و 300 طائرة كانت امريكا وبريطانيا تنظران الى الحملة بشكل مختلف حارب البريطانيون بقيادة الجنرال وليام اسلم للدفاع عن الاراضي لحماية امبراطوريتهم الهندية كانت القوات البريطانية تهدف لدفع اليابانيين للوراء على امتداد بورما ومع ساحل بورما طويل كانت افضل استراتيجية تنهي النزول البرمائي للتغلب على اليابانيين لكن عربات الانزال التابعة للحلفاء كانت في مكان اخر من العالم وحكم على القوات البريطانية خوض حرب طويلة على البر مع استخدام القوات الخاصة خلف خطوط العدو واجه الجيش الامبراطوري البريطاني قوات لها طرقها الخاصة في اصال الامدادات خلال الحرب موسيقى لارسال الامدادات الى قواتها على الحدود الهندية انشأت اليابان سكة حديد بورما المشهورة كان جو غابات بورما من اسوأ الاجواء في العالم وكان الجنود يحصلون على الحصص الكاملة اثناء القتال حيث كانوا يعانون من الامراض احتقار اليابانيين للأسرى الذين يستسلمون وللشعوب الاسيوية الاخرى كان يعني بان الواحد والستين الف اسير حرب من الحلفاء والعمال المحليين والذين بنوا السكة الحديدية اجبروا على العمل تحت ظروف العبودية والعيش على وجبة طعام ضئيلة موسيقى جنود الحلفاء والذين حاربوا اليابانيين لم يعرفوا سوى القليل عن معاناة الاسرى على بعد بضعة مئات الاميال ومات اثنى عشر الف سجين وتسعون الف عامل من السكان الاصليين قصة حملة بورما وبناء السكة الحديدية مشهورة جدا في الخرافات والتاريخ موسيقى رأى الامريكيون في الدفاع عن بورما واستعادتها الوسيلة للوصول الى الغابة وامنوا باهمية ذلك لتزويد الصين بالامدادات والضغط على اليابانيين هذا سيؤدي لطرد قوات الامبراطورية اليابانية من المحيط الهادئ وربما في النهاية استخدام الصين كقاعدة لنقل الحرب الى اليابان بقيادة الجنرال الامريكى ستيلويل حاربت القوات الامريكية في شمال بورما وجنوب الصين بجانب القوات الصينية ذات التدريب الامريكى هدفه من شاء طريق ارضية جديدة وانابيب نفط بين الهند وجنوب الصين انشى الامريكيون قواعد جوية جنوب الصين استخدمت لمهاجمة القوات اليابانية في الصين والممرات البحرية التي كانت اليابان تزود قواتها في جنوب شرق المحيط الهادي عبرها هذه الاراضي المحتلة التي غزتها اليابان عبر سلسلة الحملات الخاطفة في الاشهر الاولى من عام 42 كانت هدفا لسلسلة من الهجمات خلال عام 43 هجمات قوات المحور كانت تهدف الى السيطرة على المواقع اليابانية جزيرة بعد جزيرة وخليجا بعد خليج كما كانت تهدف الى تقليص المناطق الواقعة تحت السيطرة اليابانية لتصبح الجزر اليابانية ضمن مدى هجمات قاذفات القنابل الاستراتيجية هجمات الحلفاء جاءت على امتداد خطين الى الجنوب بقيادة الجنرال دوغلاس مكارثر وعلى امتداد جزر جنوب المحيط الهادي الكبير بعد انشاء القواعد الجوية والتي ستعمل على السيطرة على مناطق المحيط الهادي ستنقطع الامدادات عن القوات اليابانية بالتفوق الجوي على الاعداد ادرك اليابانيون استراتيجية الحلفاء ومع انهم كانوا غير قادرين على القيام بهجوم فقد استغلوا كل فرصة لتحصين وتعزيز الجزر التي كانوا يحتلونها في مارس عام 43 وفي معركة بحر بيسمارك دمر سلاح الجو الامريكي فرقة باكملها من الجيش الياباني في البحر في هجمة مباغتة حيث حلقت فيها الطائرات على ارتفاعات منخفضة ترجمة نانسي قنقر موسيقى طوال عام 43 حاربت القوات الامريكية والاسترالية لاخراج اليابان من جزيرة غينيا الجديدة والتي كانت اليابان احتلتها كموطئ قدم للسراليا كان الظروف القوات التي خاضت معارك غينيا الجديدة رهيبة كان عليهم حمل المعدات واختراق الغابات والاراضي الجبلية تحت الامطار التي كانت تحول التراب الى اوحال عميقة موسيقى كانت الامدادات تأتي من الجو او المواند من سكان غينيا الجديدة الاصليين والذين كانوا يعارضون الغزو الياباني بشدة كان نقص الطعام مشكلة مستمرة للجانبين ولجأت الوحدات اليابانية لأكل لحوم الجنود والاسرى من اجل البقاء لكن القاتل الاكبر في بورما كان المالاريا والتي تشاركت مع الجوع في حصد ارواح الاف الضحايا في كل الجيشين موسيقى جرى قتال كثير على امتداد الطريق التي كانت تخترق الغابة كان كل الجانبين يرافيل السلاء على طرق الغابة مفتاحا للاحتفاظ بالجزيرة كان الجنود يعيشون في خوف مستمر من الكماء بين الاحراج الكثيفة التي تحيطهم كان الدخول الى الغابة عبر الطرق مخاطرة قد تؤدي الى الضياع في اغسطس عام 43 تحطمت الاقفال عندما باغت سلاح الحلفاء الجوي الطائرات اليابانية الجاثمة على الارض ودمر القوة الجوية اليابانية على جزيرة غينيا الجديدة منذ ذلك الوقت فان التفوق الجوية للحلفاء بالاضافة الى تمكين الاستخبارات من حل رموز الاشارات اليابانية كان يعني بان المبادرة اصبحت الان بأيد الامريكيين والاستراليين وقد تم دفع اليابانيين الى اعماق غاباته وجبال غينيا الجديدة الى الشمال من المنطقة التي احرز فيها مكارثر تقدما شن سلاح البحرية الامريكي هجوما استراتيجيا اخر ذا طبيعة ثورية كانت الهجمات الجنوبية حركات قصيرة ضمن مدى يقل عن مئة كيلومتر كانت قفزات فوق اراض شاسعة هذه العمليات البرمائية لم تكن جديدة في التاريخ العسكري وكانت عروضا للقوة يمكن للامبراطورية الرومانية ملاحظتها التوسع صناعي شامل للحلفاء مكنه من القيام بعرض راديكالي للقوة وعيد بناء سلاح البحرية الامريكي بعد بيرل هاربر وحشد اصول ضخم من احدث حاملات الطائرات هذه الاسلحة مكنت البحرية الامريكية من القيام بسلسلة من العمليات الحربية بين الجزر التي كانت تبعد عن بعضها البعض بمسافة الاف الكيلومترات كانت القوات اليابانية اقل عددا وبعد سلسلة عمليات حربية اصبحت القوات الامريكية قريبة جدا من الجزر اليابانية شاهد ربيع عام 43 بلوغ معركة الاطلسي ذروتها الصراع بين الغواصات الالمانية والاسلحة البحرية البريطانية والامريكية والكندية تواصل طوال السنة كان يتفاوت في القوة والكثافة وكان ميزان القوة يترجح من جانب الاخر حسب التقنيات والتكتيكات والقوى البشرية المتوفرة لدى كل جانب كان هدف الالماني خنق وتدمير خطوط التجارة البحرية والتي اعتمد عليها المجهود الحربي للحلفاء كانت قوافل السفن التجارية تبحر في المحيط تحت تهديد الهجمات المستمرة كانت اطقم الغواصات الامريكية تدرك بان مهمتها هي الاصعب على الاطلاق كانت معركة الاطلسي صراعا وقتالا مباشرا بين الاعداد معادلة حسابية حربية نتيجتها كانت نتاج العديد من العوامل هذه العوامل هي حجم الامدادات اللازمة لعبور الاطلسي درجة شد الاحزمة على البطون بين الشعب البريطاني معدل غرق السفن التجارية والحربية المرافقة لها اعداد الغواصات الالمانية التي تتعرض للتدمير السرعة التي تتمكن فيها قوات الحلفاء والمحور من استبدال خسائرها شهد ربيع عام 43 ازدياد هذه المعادلة تعقيدا الان اصبح بالامكان رؤية الجندي الذي يقاتل فوق ثلوج روسيا ورمال الصحراء والبحار داخل الغواصات نفس الجندي الذي يخوض القتال نفسه بعد ان اصبحت القوات البريطانية والامريكية الان في موضع هجوم شمال افريقيا والمخيط الهادئ وتساند الجهود الحربية الروسية بشكل غير مباشر فقد حان وقت الحلفاء ليتقدم النزول شمال افريقيا احتاج امدادات وقوافل ازداد حجم الملاحة في البحار واعداد السفن المرافقة واجبر الحلفاء على تركيز ملاحتهم عبر الاطلسي فوق طريق واحدة هذا سهل مهمة الغواصات الالمانية مع نهاية الشتاء وبداية الربيع عام 43 وعندما استطاع الالمان زيادة اعداد الغواصات وجد الحلفاء وانفسهم فجأة في ازمة حيث بلغ اغراق الملاحة التجارية معدلات خطيرة لكن الحقيقة بقيت بان المبادرة كانت بين ايد الحلفاء بعد مواجهتهم للخسارات الفادحة في يناير اصبحت معركة الاطلسي مهمة في التخطيط الاستراتيجي والجهود الموجهة نحو حرب الغواصات تم نشر استخدام طائرات خاصة طويلة المدى وبدأت حاملات الطائرات ترافق القوافل لقد طال امد معركة الاطلسي والان اجبر سلاح البحرية الامريكي والبريطاني على خوض معركة فاصلة وفق حساب ان فقدان سفينتين تجاريتين مقابل غواصة المانية سيدمر البحرية الالمانية بحلول مايو ومع وصول خسار الملاحة التجارية لاعلى معدلاتها فقد تحطمت اكثر من مئة غواصة المانية مع اطقمها وسحبت الغواصات الالمانية كان ذلك امتصارا اخر للحلفاء كامتصار السالينجراد وميدويل الصراع فوق البحار كان جزءا من حرب المصادر والانتاج جزءا من الصراع الاقتصادي بين مصانع الحلفاء والمحور كان صراعا انتصر فيه البريطانيون والامريكيون وحلفاءهم خاصة كندا والذين استخدموا اقتصادياتهم بشكل افضل من دول المحور حيث حشدوا مهارات ومواهب النساء اللواتي لم يدخرن اي جهد لانتاج المواد الحربية الجيدة حيث مكن ذلك اكبر عدد من الرجال من الانضمام الى القوات المسلحة لم تعمل امريكا على فرض التجنيد الالزامي او العمل الالزامي على الرجال والنساء بل صارت الاعمال على سابق عهدها لكن الولايات المتحدة شهدت حركة هجرة شاسعة فوق عراضيها من اجل الاعمال الحربية ازداد حجم الاقتصاد البريطاني وتوجب استدعاء الجنود من الخدمة اتجاه حياة الفرد خلال فترة الاقتصاد الحربي كانت كاملة وارسل عشرة فى المائة من المجندين البريطانيين الى مناجم الفحم بدلا من الجبهة كانت عملية المحافظة على الجهود فى المصانع الحربية خلال ساعات العمل الطويلة والشاقة امرا صعبا لم تكن الاجور العالية والمشاعر الوطنية كافية كان عمال الحرب فى جميع الدول هدفا لحملات الدعايات المكثفة وفى امريكا ابتدعت شخصية روزي ذي ريفيتار لتحفيز النساء العاملات فى بريطانيا عمل الجنرال موند جمري جولة على المصانع مستخدما هالته الشخصية لتحفيز القوى العاملة اذا موحدنا الجهود داخليا وخارجيا فاننا خلال هذه السنة سنصل الى مستوى جيد بحيث فى السنة القادمة سنصل للاكتفاء من الخيال القول بان مصانع الحرب العالمية الثانية كانت مليئة بالعمال السعداء والقانعين حيث كانت هناك اضرابات فى المناجم والمصانع البريطانية رغم انها لم تكن قانونية لم تكن الحرب الصناعية مجرد حرب احجام وكميات بل كانت ايضا حرب نوعية تنافس الحلفاء والمحور لتزويد قواتهم المسلحة بافضل الاسلحة السلاح السري السلاح الجديد لقد لعبت السياسة والتقنية دورا عظيما فى القتال موسيقى فى مارس عام 43 وفى معركة من المعارك ذات التقنية العالية شن سلاح الجو البريطانى غارته الشهيرة المدمرة للجسور حيث استخدم قنابل ثورية كانت ترتد من فوق سطح المال وهاجم ثلاثة سدود فى اقليم المانيا الصناعى تطلب الهجوم شجاعة ومهارة فائقة من الطيارين ليقود قاذفة استراتيجية ذات ارتفاعات شاهقة وهى لانكاستر ويحلق بها على ارتفاعات منخفضة يمتزج التاريخ بالاسطورة فى قصة تدمير السدود لا نستطيع اعتبار الغارة ناجحة رغم الطوفان الذي حدث حيث ان الصناعة الالمانية لم تتاثر بذلك وسرعان ما اعيد بناء السدود ولم يستخدم هذا السلاح السري اي القنبلة المرتدة ثانية طيرو مقاتلات الحلفاء كانوا يمتلكون ميزة فى المعارك الحربية انها فتيل الاقتراب وهو عبارة عن رادار مصغر يعمل على تفجير القذائف لدى اقترابها من طائرات العدو ساهم العلم فى الكثير من الطرق واخترع العلماء والرياضيون نظاما جديدا من الابحاث حول الطريقة التي كانت تتم فيها العمليات العسكرية واخترع نظام البحث الذى استخدمته الطائرات فى مطاردة الغواصات الالمانية والذى يعتبر اضافة نوعية فى مجال العلوم بقيت معظم هذه الاعمال فى غاية السرية بعيدة عن اعين المدنيين والجنود العاديين فى مارس عام 43 بقيت اعمق الاسرار مدفونة ولم يعرف معناها الكامل سوى القليلين لم تكن حرب التقنيات ذات وجه واحد كان لدى المانيا علماؤها وخلال الاشهر التالية بدأت بريطانيا تشعر باثار الاسلحة النازية السرية غارة يناير كانت استثناء لتكتيكات سلاح الجو البريطانى المعتادة والاستخدامات الطائرة طوال عام 43 ازدادت كثافة غارات سلاح الجو البريطانى الليلية كانت الطائرات تحلق عاريا اثناء الليل وتستخدم قصف المنطقة لم تكن اهدافهم المباني او الاماكن المنفصلة بل كامل المدن والبلدات كانت القنابل موجهة نحو السكان المدنيين بشكل فعال في اواخر يوليو عام 43 هاجمت 3000 طائرة بريطانى مدينة هامبورغ وتسببت في اول عاصفة نارية من صنع الانسان كثافة النيران والظروف الجوية الطبيعية تسببت في اندماج الاف النيران الصغيرة لتشكل جحيما من النيران الضخمة تجمعت كرة نارية املاقة فوق المدينة وشفطت الهواء بسرعة هائلة بحيث اوجد ذلك اعصارا من الرياح ووصلت درجات الحرارة الى حوالي 800 درجة مئوية عبر منطقة مساحة 22 كم مربعا 45000 شخص تحولوا الى رماد او اختنقوا في هذه الهجمة الواحدة لتضع عدد الاموات هذا في ايطاره المخيف خلال سنوات الحرب الست قتلت هجمات الالماني على بريطانيا حوالي 60 الف مدني فقط شن سلاح الجو الامريكي هجمات نهارية مكثفة سعيا لاصابة الاهداف الاستراتيجية اصابة دقيقة كان سلاح الجو الامريكي تدرب على هذه الضربات الجراحية ضد الاهداف الفرنسية وعمل تحت تغطية المقاتلات الصديقة في ربيع عام 43 ترك سلاح الجو الامريكي المقاتلات المرافقة وهاجم اهدافا في اعماق المانيا احتاجت اطقم القاذفات الامريكية والبريطانية للشجاعة فهذه الهجمات كانت اخطر وظيفة من اي مكان اخر نصف الشبان الذين نفذوا المهمات لم يعودوا ابدا اصبحت الدفاعات الجوية الالمانية واكفأ مع وجود المدافع المضادة للطائرات والموجهة بالرادار طور سلاح الجو الالماني تكتيكات القتال الليلي واصبحت مقاتلاته قاتلة للقاذفات التي بدون مقاتلات مرافقة خلال النهار كما كانت سبيتفاير وهوريكان في معركة بريطانيا خسائر الطائرات المهاجمة كانت فادحة للغاية عندما بدأ سلاح الجو البريطاني بمهاجمة برلين في خريف عام 43 خسر اكثر من نصف قوته في هجومه على مدينة واحدة خلال فترة خمسة اشهر الخسائر بين صفوف الامريكيين كانت فادحة ايضا وفي النهاية تم سحب القاذفات ساهم المجهود الحربي الصناعي في استمرار الهجمات الجوية لكل الطرفين هجمات القاذفات الاسراتيجية استنفدت نصف ميزانية الحرب البريطانية اثير جدل عام 43 بان الهجمات الجوية الاسراتيجية كلفت امريكا وبريطانيا اكثر مما كسبتاه من الهجمات على المانيا فبعض العاصفة النارية الرهيبة التي اصابت هامبورغ اعادت المدينة ثمانين في المئة من وضعها الطبيعي خلال خمسة اشهر فقط كان هناك جدل اثناء الحرب حول القيمة العسكرية والقيم الاخلاقية المتعلقة بهجمات القاذفات الاستراتيجية حتى اثناء الحرب فان الخطأ والصواب حول الهجمات على المدنيين اديا الى خلافات حادة بقيت حتى اليوم بالنسبة للكثيرين فان مهندس استراتيجية قصف المنطقة المشير الجوية البريطاني ارثر هاريس يعتبر مجرم حرب في اطار الحرب فان مقتل مليون الماني مدني جراء هذه الهجمات يجب ان يوازن مع ملايين القتل الاخرين مجهود المانيا الحربي الاريسي كان مركزا في الشرق الهزيمة في السالنجراد في الشهر الاول من عام تركت هتلر مهزوزا وخايفا من اتخاذ اي قرار وتركت ايضا القوات السوفيتية منهكة بشكل مؤقت وفشلت الهجمات الروسية عقب الانتصار في السالنجراد واندحر الروس بسهولة امام الالمان ادركت القيادة الالمانية بانها اذا ما ارادت تحقيق النصر فان عليها شن هجوم سريع قبل وصول التعزيزات السوفيتية اعدت خطة لمهاجمة وتدمير القوات السوفيتية في كارسك على امتداد طول الخط الفاصل بين القوتين ربما تكون تلك اخر فرصة لالمانيا للانتصار في الحرب في الشرق بعد ان ادرك السوفيت بان الهجوم كان حتميا وقاموا بصب التعزيزات في المنطقة وشكلوا دفاعات هائلة اتخذت اعداد ضخمة من المدفعية الروسية مواقعها وفي الخامس من يوليو عام ثلاثة واربعين قام الالمان بالهجوم وستبقى معركة كارسك اكبر معركة دبابات في التاريخ تواجهت اربعة الاف دبابة روسية مع ثلاثة الاف الية المانية وطوال عشرة ايام دارت رحى معركة طاحنة لم يشهد لها التاريخ مثيلا من قبل واشتبكت الدبابات بشكل مستمر كل دبابة تواجه دبابة اخرى كاد الالمان ان ينتصر لكن خسائرهم كانت فادحة وانهكت القوة النازية تقلصت قوة الدبابات الالمانية الى اقل من الربع الهجوم الاخير انتهى بالفشل مع تدمير كامل قوة احتياطي الدبابات الالمانية بعد كيرسك لم يعد بمقدور القوات الالمانية اخذ المبادرة وكانت الخسائر فادحة للغاية بحيث يصعب تعويضها موسيقى امر هتلر بتراجع الجيش الالمانى خلف خطوط دفاعية بنيت خصيصا والتي سميت بالجدار الشرقي والاحتفاظ بهذا الخط موسيقى لم تكن المصادر متوفرة لبناء الخط او هكذا بقيت معظم اجزاء الجدار الشرقي خطا على الخريطة موسيقى دفعت القوات الروسية ثمنا باهظا لانتصاراتها من الناحية المادية والارواح البشرية ولكن على العكس من الخسار النازية بقيت القوة العددية للقوات السوفيتية تتنامى حيث اعتمدت على الاحتياطي الهائل من الشعب السوفيتي بعد انقضاء الصيف توقف الجيش السوفيتي لاعادة تنظيم صفوفه والتخطيط لهجوم في الشتاء تحت الظروف المناسبة للجنود الروس ومع سقوط اول برد الشتاء في اكتوبر ونوفمبر بدأ الجيش الروسي بشن الهجمات على طول الجبهة باكملها انتقلت المبادرة الى ايد الروس تفوق الجيش الاحمر العددي على الالمان مكنه من توجيه الضربات اينما يريد في الاماكن الضعيفة للقوات الالمانية وفي الاشهر اللاحقة بدأ الجيش الروسي بتوجيه الضربات المتتابعة كالملاكم يمينا ويسارا مجبرا خصمه على التراجع خاض الجيش الالماني معركة فاصلة مطيعا اوامر هتلر ورافضا التراجع وخلال هذه الاستراتيجية بدأت الوحدات الالمانية تنحشر في مواقع خطيرة واحدة تلو الاخرى بحيث تعرضت للهجوم من ثلاث جبهات سواء كان ذلك في السهول الصعبة المقفلة او الاماكن المحاطة بالجنود والاسلحة اقتنع هتلر في يناير عام 44 بالسماح بالتراجع وفي سلسلة من المعارك انسحبت القوات المهددة في شمال روسيا توسع الممر الضيق من الاراضي التي كانت تربط مدينة لينجراد المحاصرة واخيرا تراجع الجنود الالمان الذين كانوا يحاصرون المدينة ومع بداية ابريل عام 44 كان الاتحاد السوفيتي قد استعاد اقاليم اوكرانيا الاستراتيجية بل وصلت القوات الروسية حتى حدود عام 39 البولندية وامام القوة المتنامية للسوفيت توسل جنرالات هتلر من اجل التعزيزات وقد قيل لهم بان هناك غزوا كبيرا لفرنسا ولا يمكن تشتيت القوة في صيف عام 43 وعندما كانت معركة كيرسك في ذروتها واجه هتلر تحديا اخر من الحلفاء في العاشر من يوليو نزلت القوات الامريكية بقيادة جورج باتون والقوات البريطانية بقيادة بيرنرد مونتغومري في صقلية الهدف من الهجوم كان اخراج ايطاليا من الحرب لمحاصرة المانيا والضغط عليها من كافة الجوانب واجبار هتلر على سحب قواته من روسيا لم يكن الامريكيون مقتنعين بعملية الانزال اعتقدوا بانها احدى سراتيجيات تشارشل الهوجاء وبان الهجوم يجب ان يكون في شمال اوروبا لكن لم يكن بالامكان شن الهجوم واثير جدل قوي يفيد بان القوات المنتصرة والمتمرسة في المعارك في شمال افريقيا سيساء استخدامها اذا ما ارسلت ثانية الى بريطانيا لتنتظر حروبا جديدا هذا الهجوم الاخير جاء بناء على تقدير القيادة العليا وليس الجنود في ساحة المعركة كان غزو صقلية نمطا تكرر في السنوات الاخيرة من الحرب تعرض الالمان للخداع قامت غواصة بريطانية بوضع جثة رجل ليبدو كأنه من ضحايا طائرة محطمة كان الرجل الميت يحمل اوراقا تفيد بان الاستعدادات من اجل غزو صقلية كانت تمويها وبان الهدف الحقيقي هو اليونان وانخدع الالمان بذلك التنسيق الوثيق في الهجوم بين الجيش والاسلحة الجوية والبحرية للدول المختلفة كان يعني بان القوات البريطانية والامريكية نزلتا ضد معارضة ضعيفة كان من السهل الدفاع عن اراضي ايطاليا ومن الصعب استخدام الدروع فيها حاربت القوات الايطالية بضعف وبلا دافع لكن القوات الالمانية اظهرت مقاومة عنيفة موسيقى استخدم الحلفاء القوة المحمولة لدفع خطوط الدفاع الالمانية للخلف وتراجع الالمان فعلا واخلوا الجزيرة مع نهاية يوليو الاستلاع على السقلية حقق ميزة عسكرية ضئيلة حيث ان القوات الالمانية التي شاركت في المعركة لم تكن من القوات الالمانية في روسيا خطوط امدادات الحلفاء للشرق الاوسط المارة من سقلية والتي كانت مهددة اصبحت الان اامنة اضافة الى ان الغزو ولد تغيرا دراميا سياسيا في ايطاليا فالقيادة العليا الايطالية التي امنت بموسوليني وبالفاشية اصبحت مقتنعة جراء الفشل المتواصل للقوات الايطالية ان على ايطاليا ان تغير اتجاهها في الخامس والعشرين من يوليو تم اعتقال موسوليني وسجنه وعلى الفور بدأ القائد الايطالي الجديد باجراء اتصالاته ومفاوضاته مع الحلفاء موسيقى في بداية سبتمبر نزلت القوات البريطانية في كالابريا عند طرف ايطاليا الجنوبي بعد ذلك ببضعة ايام وفي الثامن من سبتمبر استسلمت الحكومة الايطالية وتوقع الالمان ذلك وسرعان ما تحولت ايطاليا الى دولة محتلة في اليوم التالي نزلت قوات بريطانية امريكية في ساليرنو جنوب نابولي الهدف كان الاستيلاء على جنوب ايطاليا في حركة فكي كماشا كانت تجربة الجيشين في هذه العملية مختلفة تماما استمر الانزال الجنوبي دون مقاومة وفي الشمال كانت هناك كارثة وشيكة الوقوع حيث اغفلت الاراضي المرتفعة على جميع الجهات كانت الهجمات الالمانية المعاكسة منظمة جيدا بحيث صدت اول مجموعة من الجنود قامت بالانزال فيما وصلت تعزيزات اخرى لساحة المعركة كانت القوات الالمانية اسرع في اعادة تنظيم نفسها من قوات الحلفاء ظلت المطارات التي استولى عليها الحلفاء لاستخدامها في احضار التعزيزات تحت نيران الالمان اسلحة جديدة اول صواريخ موجهة استخدمها النازيون لمهاجمة السفن الحربية التي تساند الغزاء خلال ايام كان الامريكيون والبريطانيون في وضان يائس واعدت الخطط للاخلاق لانقاذ الموقف انزل المظليون على الشاطئ احضرت السفن الحربية المزيدة من القوات من مصر واحضر المزيد من البوارج البريطانية وتخلى سلاح الجو البريطاني في البحر المتوسط عن استراتيجية القصف واحضر قاذفاته الثقيلة لمساندة القوات الارضية في النهاية انضم النصف الاخر من قوات الحلفاء القادمة من الجنوب واجبر ذلك القوات الالمانية على التراجع لتشكيل موقع دفاعي جديد في الشمال فيما كان القتال في سالرنو في ذروته شنت القوات الالمانية الخاصة احضرت هجوما جريئا وتمكنت من انقاذ مسليني من اسره واعاد الالمان تنصيب الدكتاتور رئيسا لدولة العوبة مصغرة في شمال ايطاليا النجاح النسبي للالمان في سالرنو اقنع هتلر بان الحملة الايطالية يجب ان تجري بروح من التحدي وبانه يجب عدم التخلي عن اي شبر من الارض تحولت الحملة الى معركة طويلة منهكة تحارب فيها الطرفان فوق كامل شبه الجزيرة الايطالية اجبرت جيوش الحلفاء على القيام بهجمات امامية ضد المواقع الالمانية ازدياد طلب الحلفاء للمصادر كان يعني تساوي القوات البريطانية والامريكية في العدد مع الالمان وتفوق الحلفاء في القوة الجوية فقط كان الجنود الالمان من اعلى النوعيات حفروا مواقعهم الدفاعية على جوانب التلال الصخرية المنحدرة بحيث كانت اهدافا صعبة امام القوات الجوية وكان عليهم الدفاع فقط ولم يؤثر نقص الوقود على الجنود الذين لم يحتاجوا للمناورة شاهدت حملة ايطاليا اكبر مشاركة للقوات الامريكية الجنوبية في الحرب العالمية الثانية كانت البرازيل اعلنت الحرب على المانيا ردا على السفزازات الغواصات الالمانية المتكررة لملاحتها وشارك خمسة وعشرون الف جندي برازيلي في القتال في ايطاليا وصف القتال في ايطاليا بانه كان يشبه الحرب العالمية الاولى حيث اجبر المهاجمين على القيام بالهجمات المتتالية ضد خطوط ثابتة للمدافعين مع ازهاق الكثير من الارواح من اجل رقعة صغيرة من الارض واذا كانت هناك معركة توازي الجبهة الغربية فانها معركة منتكاسينو احتل الالمان تلة عالية اقيم على قمتها دير من القرون الوسطى كانت موقعا سيطر على الجبهة باكملها لم يكن بمقدور الحلفاء التقدم ما لم يتمكنوا من السيلاء على التلة التي حولها الالمان الى حصن بين يناير ومايو عام اربعة واربعين جرت عدة معاركة للاستيلاء على كاسينو ازدادت عمليات القصف المكثفة فوق البلدة والتلة وتسبب ذلك في الكثير من الدمار مما ساهل مهمة المدافعين ضخل قادة العسكريون المزيدة من القوات في سلسلة من الهجمات المتعاقبة والتي بدت بلا فائدة زاد التقص السيء من صعوبة مهمة المهاجمين الجنود الذين قاتلوا في كل المعركتين قالوا بان الارض كانت تشبه ارض معركة سوم الى الشمال من كاسينو حاول الحلفاء كسر هذا الطوق وفي انزو على الشاطئ تم انزال برمائي مشترك جاء ليشكل تهديدا للالمان في كاسينو كان يهدف لمهاجمة روما والاستيلاء على العاصمة الايطالية توقف هذا الهجوم ايضا امام هجمات الالمان القوية والتي كانت ذات تخطيط جيد وكان الجيش الالماني يتألف من افضل الجنود اجبر الالمان الحلفاء على تغيير استراتيجيتهم وكان لابد من مضاعفة الهجمات على كاسينو لتخفيف الضغط عن انزو شاهد ربيع عام اربعة واربعين تغيرا ادراميا في الحرب الجوية في رده على الخسار الفادحة التي كبدتها له مقاتلات سلاح الجو الالماني ادخل سلاح الجو الامريكي الطائرة المقاتلة موستانج بي واحد وخمسين ذات المدى الطويل اشار سلاح الجو البريطاني الى ان اية مقاتلة تصل العمق الالمانية جنبا الى جنب مع القاذفات لن تستطيع القتال حيث سيمنعها ثقل الوقود الذي ستحمله من اداء مهمها بشكل يضاهي المقاتلات الالمانية الرائعة الفضل في مدى طائرات موستانج المدى الطويل يعود الى اختراعا بسيط وهو عبارة عن خزان تحت الجناحين يحمل وقودا اضافيا لزيادة مدى الطائرة ويتم التخلص منه من اجل اداء افضل لم تكن المقاتلات الجديدة طويلة المدى فحسب بل كانت ايضا ذا تصميم متفوق كطائرة مقاتلة تضاهي اي طائرة يرسلها سلاح الجو الالماني الى الاجواء مع حلول عام اربعة واربعين بدأ سلاح الجو الامريكي بحملة قصف اثبتت بانها حاسمة في النهاية اصبحت القاذفات الان تستخدم لجذب المقاتلات الدفاعية والتي كانت تشتبك مع طائرات موستانج والان فان حرب الارقام الحرب التي كانت تجري في المصانع حرب القوة الصناعية بدأت تتحول ضد الالماني اصبح الامريكيون قادرين على تدمير طائرات سلاح الجو الالماني تدريجيا طائرة طائرة وطيارا طيارا في فبراير رافقت هجمات المقاتلات طويلة المدى المكثفة غارات القصف الجوي لسلاحي الجو البريطاني والامريكي والتي استهدفت مصانع المقاتلات الالمانية اصبحت المصانع هدفا لقوات الحلفاء الجوية ودمر سلاح الجو الالماني طائرة طائرة وطيارا طيارا ومع فقدان سلاح الجو الالماني اصبحت مهمة الطيارين الباقين صعبة واصبح سهلا قيام الولايات المتحدة بغارات نهارية واصبحت غارات سلاح الجو البريطاني الليلية اكثر سهولة مع نهاية خريف عام ثلاثة واربعين ولأول مرة التقى زعماء دول التحالف الثلاثة في طهران في ايران اتفقت بريطانيا وامريكا على ان يتم غزو فرنسا في السنة القادمة وسيرافقه انزال في جنوب فرنسا موسيقى وافق السال على قيام الاتحاد السوفيتي بشن هجوم في الشرق في نفس الوقت كان هناك اتفاق سري وغير مكتوب على انه بمجرد الانتصار على المانيا في الحرب سيهاجم الاتحاد السوفيتي ليابان لم يعد بمقدور دول المحور اخذ المبادرة في اي مكان في العالم لم يعد بمقدورهم نقل الحرب الى اعدائهم اضحت استراتيجيات دول المحور عاجزة عن مواجهة هجمات الحلفاء لم يعد بمقدورهم مواجهة تحركات اعدائهم وفي كل مكان انتظر جنود المحور خلف الدفاعات يراقبون الافق بحثا عن اشارة هجوم في كل مكان عاش المدنيون في دول المحور في رعب في ربيع ايام اربعة واربعين ادرك العالم بان لعبة نهاية القتال على وشك البدن قبل ذلك بسنة اعلن الحلفاء في مؤتمر كازابلانكا بان هدف الحرب كان الاستسلام غير المشروط لدول المحور والان يستعدون للقيام بالخطوات الاخيرة التي ستدمر عدوه موسيقى في الحلقة القادمة من الحرب العالمية الثانية القصة الكاملة ينكسر الحصار في معركة مونت كاسينو وتقع روما في ايد الحلفاء موسيقى مع تحرير روما يبدأ الغزو العظيم للشمال غرب اوروبا في يوم دي مع عملية اوفرلورد اضخم معركة برمائية في تاريخ الحروب تشهد زحف جيوش الحلفاء تجاه شعطي نورماندي موسيقى في نفس الوقت تحتل القوات الامريكية جنوب فرنسا موسيقى ومع نهاية الصيف يقوم قائد فرنسا الحرة شارل ديجول بقيادة دخول مظفر الى باريس موسيقى بعد انجرافها امام القوة العددية تلجى نازية الى سلاح سري مستخدمة تقنية تنتمى الى المستقبل اول صواريخ موجهة حيث يظهر الصاروخ V1 فوق اجواء بريطانيا ومن ثم يجلب الصاروخ البلاسي ذاتي الدفع V2 الموتى الى لندن موسيقى الحكومة البريطانية تنكر في البداية انه تم اطلاق سلاح جديد موسيقى موسيقى ومحاولة لاغتيال هتلر تفشل موسيقى في المحيط الهادئ تصبح الجزر اليابانية ضمن مدى القاذفات V29 الجديدة العملاقة والتي تدمر المدن اليابانية موسيقى يفي دوجلس مكارثر بوعوده بالعودة الى الفلبين موسيقى وفي كل مكان يتراجع النازيون تحرر اليونان ولكن لا يوجد سلام لشعبها حيث تندلع الحرب الاهلية ويقتل اليونانيون اليونانيين في شوارع اثنى وفي محاولة لانهاء الحرب يتمادى الجنرال البريطانى مندغومري في ارسال قواته المحمولة لمهاجمة تقاطعة الراين في ارنهيم وتكون نتيجة كارثة حيث تستمر الحرب لسنة اخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسية قنقر ترجمة نانسية Madam في ربيع عام 44 ينتظر العالم هجوم قوات الحلفاء في شمال فتح جبهة ثانية طال انتظارها في ايطاليا هجمة اخرى على جبهة ثانية تتوقف امام المقاومة الالمانية الضارية وفي روسيا شن الالمان اخر هجوم لهم هجوم ينتهي بالهزيمة في معركة كيرسك انتهاء الحرب الخاطفة كمصدر للخطر يتزامن مع انتهاء تهديدات الغواصات الالمانية ويهزم سلاح البحرية الالمانية في معركة الاطلسي مع بداية نهاية اللعبة يتأجل مصير قيادة المحور المحتون في الخريف الماضي توقف تقدم الحلفاء في ايطاليا امام تلة وبلدة مونتي كاسينو في ربيع عام 44 جرت اربع معارك للاستيلاء على البلدة التي سيطرت على الجبهة ومنعت ان يتقدم نحو الشمال اول هجوم للقوات الامريكية يكبده الالمان خسائر فادحة بعدها تقوم القوات الهندية ونيوزيلندية تساندها القاذفات الاستراتيجية الثقيلة بمحاولتين للاستيلاء على كاسينو وتهزم وتتكبد خسائر فادحة بحلول ابريل عام 44 تتأزم حملة ايطاليا نجاح الالمان منح هتلر الامل اثبتت المعركة بان الجيش الالماني يستطيع التغلب على التفوق العددي والقوة المادية للحلفاء اثبت الجنرالات الامريكيون والبريطانيون بانهم معدوموا الافكار واخيرا وجدت العقول المتفتحة الحلة وجدت قوات فرنسا الحرة التي احضرت من القبائل المغربية طرقا عبر الجبال اعتقد بانه لا يمكن قطعها وحاصرت كاسينو شنت القوات البولندية الحرة هجوما انتحاريا من الجنوب وسقطت كاسينو وانفتحت الجبهة الايطالية الامامية من اجل التحرك بعد التحرر من مشاعر الاحباط جراء القتال على كاسينو ظلت الطموخات والتعطش للمجد التفكير العسكرية سليم ومع تراجع الالمان من كاسينو كان بامكان الجيوش الامريكية التغلب على العدو ومخاصرته وربما انهاء الحرب في ايطاليا بدلا من ذلك فان الجنرال الامريكي مارك كلارك الذي شعر بالاخفاق في كاسينو وكان يشك في محاولة البريطانيين سرقة المجد لانفسهم امر بالتقدم الى روما وهرب الالمان شمالا نحو الامان في الرابع من يونيو دخلت القوات الامريكية روما منتصرة في هذه الاثناء كان المهندسون الالمان يعدون خطا جديدا معقدا من التحصينات التي جرت امامها معركة جديدة وسرعان ما غطت على مجد السيلاء على العاصمة الايطالية احداث اكثر اهمية مع سقوط كاسينو تحتل القوات الامريكية اراضي يابانية في المحيط الهادي لاول مرة كانت جزر مارشال مكونة من 36 جزيرة مرجانية مايكرونيزية نائية تشكل جزءا من المحيط الخارجي للدفاعات اليابانية وفي هجوم مذهل استخدمت فيه المعلومات الاستخبارية بحل رموز الاشارات ومكن القوات الامريكية من ايجاد نقاط الضعف في التحصينات اليابانية تم السيلاء على الجزر بثمانين الف جندي في ربيع عام 44 استمر القتال على شكل صراع على امتداد حدود بورما والهند والصين كانت القوات البريطانية تتخذ موقف الدفاع امام الهجمات اليابانية المتجددة بناء على القول المأثور بان الهجوم هو افضل وسيلة للدفاع شن اليابانيون هجوما لايقاف الغزو البريطاني والامريكي حاول 85 الف جندي ياباني الاستيلاء على بلدتي امفال وكوهيما النائيتين وكانت البلدتان معابد للهند صدرت الاوامر للجنود البريطانيين للمقاومة بلا تراجع او استسلام وحوصرت انفال وكوهيما ارسل البريطانيون الامدادات لقواتهم جوا ولم يحصل اليابانيون على اية امدادات وبدأ الجنود يعانون من المجاعة والامراض صدت القوات البريطانية الهجمات اليابانية هجوما تلو الاخر لثمانية ايام مع تزايد اليأس لدى الجانبين مع نهاية يونيو اجبر اليابانيون على الانسحاب نجا ربع قواتهم فقط بدأ البريطانيون بالاستعدادات لمطاردة العدو لاربع سنوات تقريبا عانت اوروبا الغربية من الاحتلال الالماني لكنه اتضح للعالم بان هذه الحكبة من التاريخ بدأت تنتهي وفي ارجاء جنوب بريطانيا كانت هناك اشارات على قدوم الاحتلال وعمليات حشد هائلة للمعدات والرجال كان هدف الحلفاء حشد قوة هائلة تواجه الالمان اطلق على عملية الغزو الاسم السري عملية اوبرلورد اصبح الساحل البريطاني حتى عمق 16 كيلو مترا منطقة سرية عسكرية مغلقة اخلية القرى من المدنيين انتشر الجيش في الريف والساحل حيث بدأت القوات المسلحة بالتدريبات على مهارات الحرب البرمائية بريطانيا نفسها اصبحت مغلقة ومنع جميع الاجانب من السفر كان الغزو نتاج الدروس التي تم تعليمها من العمليات السابقة حيث نسقت الجيوش واسلحة الجو والبحرية للدول المختلفة فيما بينها على قنة القيادة كان الجنرال الامريكي دوايت ايزنهاور كانت قدرات ايزنهاور سياسية بقدر ما كانت عسكرية حيث جعل التحالف ناجحا في الحياة اليومية الواقعية اذا كان صحيحا بان كل معركة يتحقق فيها النصر او الهزيمة قبل بديها فان القيادة والافراد الذين حشدهم ايزنهاور يجسدون هذه الفكرة كان هناك اهتمام بادق التفاصيل ورفض تام للعمل بدون وجود الاستعدادات والمصادر اللازمة للانتصار كانت الخطط العسكرية الواقعية في ايدي بيرنارد مونتجومري والذي كان مهوسا بالتفاصيل كانت دبلوماسية ايزنهاور حاسمة في فوزه بقيادة القوات الجوية للقاذفات الاستراتيجية البريطانية والامريكية امن قادة سلاح الجو بان هجماتهم على الاقتصاد الالماني والمدن الالمانية ستجعلهم ينتصرون بمفردهم ورفضوا استخدام طائراتهم لاسناد القوات العرضية واثبتت الاحداث بان ايزنهاور كان محقا من الصعب ادراك ان الجيوش التي قاتلت على الشواطئ وشقت طريقها نحو الشاطئ بمعدات متخصصة كانت شيئا جديدا تاريخيا كان الانزال البرمائي يتم بالسفن والقوارب العادية والجيوش الصغيرة حجم الجيوش عدم وجود الرادار انعدام الطائرات او الهواتف يعني بان عمليات الانزال كانت تتم دون مقاومة الدروس من عمليات الغزو السابقة في شمال افريقيا وايطاليا انتجت تقنيات حربية جديدة صممت الدبابات السابحة لمقاتلة اول موجة من الهجمات وبعد تزويد الدبابات بخزانات العوم والمراوح اطلقت في البحر وسبحت نحو الشاطئ لاسكات ميران المدافع التي تتولى الدفاع ازالت عربات قتال متخصصة الالغام الارضية ومهدت الطرق وجسرت الحواجز انه الحقل الذي يبدع فيه البريطانيون لم يعد بالامكان اخفاء استعدادات الحلفاء وتدريباتهم لم يكن صعبا على الالمان معرفة الشواطئ التي ستكون هدفا لعمليات الانزال كان واضحا بان عملية الغزو ستتم ضمن مدى خماية الطائرات المنطلقة من بريطانيا لم يكن صعبا تحديد الوقت والمد والطقس المناسبين كان هناك خياران استراتيجيان امام الحلفاء اولا الهجوم عبر القنال الانجليزي وفي اضيق مكان فيه والنزول قرب كاليل وستكون تلك تحركات واضحة بعد تثبيت قوات الحلفاء نفسها ستكون قريبة من جنوب المانيا الخطة البديلة كانت في الهجوم على نورماندي من الغرب شنت قوات الحلفاء هجوما معقدا ومخادعا كان يهدف الى خداع الالمان وجعلهم يعتقدون بان الغزو سيكون على كاليل فيما كان الهجوم في الحقيقة على نورماندي تم انشاء تشكيلة عسكرية مزيفة اول مجموعة جيش امريكية كانت هذه الوحدة الخيالية تتخذ قاعدة لها قبالة كاليل كان الالمان يستطيعون الاستماع للاشارات التي تتبادلها الوحدات الوهمية تجسست اجهزة الرصد الالمانية على ترسانة ضخمة من الاسلحة الوهمية وهي دبابات قابلة للنفخ ودم طائرات القي القبض على جميع جواسيس المانيا في بريطانيا التي جندتهم لصالحها وبدأوا بارسال معلومات استخبارية مزيفة الى الالمان كانت القوة الجوية ذات اهمية مركزية في نجاح عملية اوفرلورد وفي الحملة الايطالية في ساليرنو وانزيو جاء المزيد من قوات الاحتياط الالمانية المنظمة جيدا لمواجهة انزال الحلفاء البرمائي الايام والاسابيع الاولى من الغزو كانت سباقا بين الجيشين على تأمين التعزيزات للمعركة كانت القوة الجوية حاسمة في فوز الحلفاء في هذا السباق حيث هاجمت الطرق والسكك الحديدية والجسور التي يستخدمها الجيش الالماني وفي ابريل ومايو عام اربعة واربعين نفذت اكثر من احد عشر الف طائرة مختلفة الانواع مئتي الف طلعة ضد الاهداف في فرنسا محطات الاتصال المطارات القواعد العسكرية المدافع الساحلية ومحطات الرادار كان نظام السكك الحديدية في شمال فرنسا مدمرا عن بكرة ابيه تقريبا كانت الاسلحة الجوية مهمة في عملية الخداع حيث القيت في ثلاث غارات قنابل في الشرق على اقليم كالي تعادل القنابل التي القيت قرب الهدف الحقيقي نورماندي اصبح سلاح الجو الالماني عاجزا تماما حيث اصبح يملك ثلاثمائة طائرة فقط مقابل الف ومائة طائرة للحلفاء التدمير الذي احدثته الاسلحة الجوية للحلفاء اكملته المقاومة الفرنسية لم تكن المقاومة المسلحة الماكي قوية لتتغلب على الجيش الالماني لكن بعمليات التخريب والهجمات المتكررة دمرت نظام الاتصالات الالماني وحرمته من التحرق السريع والذي كان يمكن له ان يوقف عملية الغزو على الشواطئ موسيقى عدد السفن التي شاركت في عملية السادس من يونيو يفوق الخيال ستة الاف واربعمائة وثلاث وثمانون سفينة عبرت القنال كان عدد الاصول ضخما بحيث لو اختيرت كاليل الانزال لمسوا عب الاصول الضخم في تلك المنطقة الضيقة من القنال شامل الاصول اربعة الاف مركبة انزال ومئات سفن النقل الخاصة والتي امتدت من الافق للافق وفي كل اتجاه سبع بوارج ثلاثة وعشرون طراضا واكثر من مئة مدمرة رافقت سفن نقل الافراد موسيقى في يوم دي اشتبكت هذه السفن مع المدافع الساحلية الالمانية كان لالمانيا اربع مدمرات وتسعة وثلاثون قارب تربيدات خطط الالمان لمقاومة الغزو كانت دقيقة التفاصيل هي الاخرى قوات الحلفاء التي ستنزل الى الشاطئ سيقابلها خط منيع من الغرف الارضية المحصنة والمدافع الساحلية الجدار الاطلسي نظم ايرو الروم الادفاعات تضمنت خطته القضاء على اي مهاجم على شواطئ الانزال من قبل الفرق الثابتة المتحصنة خلف الحصون ثم توجيه الضربات من قوة المدرعات الاحتياطية المتحركة في الداخل موسيقى فكك الالمان خط مجينة الفرنسي لبناء الجدار الاطلسي وزرعوا ملايين الالغام والافخاخ والعوائق لمواجهة نزول ناقلات الجنود والدبابات موسيقى احتاجت السفن الحربية لتدمير الدفاعات الساحلية لضوء النهار قوارب الانزال احتاجت الى مياه منخفضة في الصباح الباكر والهجمات المحمولة جوا والتي كانت تتم ليلا احتاجت الى القمر بدرع حصر ذلك يوم الانزال دي ما بين الخامس او السادس او السابع من يونيو ونظرا للطقس السيئ يوم الخامس من يونيو تاجل الهجوم 24 ساعة اول قوات نزلت في فرنسا لم تات بعربات الانزال بل وصلت في ساعة الصباح الاولى ليوم السادس من يونيو تم انزال اكثر من 23 الف مظلي عمليات الانزال الجوية تمت على جانبي منطقة الغزو لحماية الشواطئ من هجمة معاكسة فيما شكلت القوات المحمولة بحرا رأس جسر القوات الارضية نزلت على خمسة شواطئ انزال وفي الشرق كانت هناك منطقتان اسماؤهم الرمزيان يوتا واماها كانت تحت مسئولية القوات الامريكية كانت تجربة القتال على الشاطئين مختلفة كلية على شاطئ يوتا في اقصى الغرب تواجهت القوات الامريكية مع اضعف القوات الالمانية ربما استسلمت ثلاث كتاب مشات تدافع عن الشواطئ بدون اطلاق اية طلقة 197 اصابة في يوتا كانت اقل الاصابات اثناء الغزو مقارنة مع 23 الف جندي الذين نزلوا الى الشاطئ وعلى عكس ذلك واجهت القوات الامريكية التي نزلت في اماها اسوأ محنة تواجهها اية قوات في السادس من يونيو اول فرقة امريكية تنزل الى الشاطئ تواجهت مع افضل الجنود الذين ارسلتهم المانيا الى الساحل نزل الجنود الامريكيون الى شواطئ تطل عليها الحواف الصخرية شواطئ كان الالماني يستطيعون قصفها بنيران المدفعية المباشرة والقاتلة في اماها انطلقت الدبابات العائمة مبكرة جدا بحيث غرق العديد منها في المياه العميقة ولعدم دعمها اصبح المشات على الشواطئ في موقف ضعيف امام المدفعية الالمانية المتمركزة في مواقع محصنة سمي شاطئ اماها بالكارثة ووصف بالجحيم في حكايات الحرب لكن رغم الالفي قتيل في اليوم الاول فقد وصل اربعة وثلاثون الف جندي الى الشاطئ هجمت القوات البريطانية من الشرق على شاطئين اطلق عليهم الذهب والسيف كان الغزاة على شاطئ السيف كنديين لم يكن المدافعون الالمان من افضل الجنود في مناطق الانزال الثلاثة ولم ينتشروا بكثافة وعلى شاطئ السيف كانت عمليات الانزال سهلة امام المقاومة القليلة وقبل انتصاف السادس من يونيو كان الجنود يستطيعون الانضمام الى القوات المحمولة جوا والتي انزلت خلف خطوط الالمان كانت عملية اوفرلورد معقدة واعتمدت على كل عامل لعب دورة على شاطئ الذهب فشل القصف البحري في تدمير التحصينات الالمانية وانفصال الدبابات العائمة عن المشاء كان ذلك يعني بان البريطانيين تعرضوا لخسائر فادحة لكن قصة الشواطئ الاخرى تكررت ثانية ورغم الخسائر تمكن الغزاة من الوصول الى الشواطئ واختراق الريف الفرنسي من الدروس المهمة في ايطاليا كانت الحاجة للاحتفاظ بخط امدادات سليم كان الحلفاء بحاجة لاحضار الامدادات والتعزيزات الى الشاطئ بشكل اسرع من قيام الالمان بذلك عن طريق الطرق والسكاك الحديدية انطوت خطة عملية اوفرلورد على الاستيلاء على ميناء الشيربورغ الفرنسي لكن الحلفاء طوروا تقنيتين لتأمين الامدادات شهدت الهندسة المدنية لدى الحلفاء ابداعا كما هو الحال في ابحاث الرادار والالكترونيات بني نظام خليج عائم من الاسمنت وقد اطلق عليه اسمه مالبري كانت هذه الخلجان التي تزين مليونا ونصف المليون طن تعوم فوق القنال ثم تغرق في مناطق معينة لتشكل ميناء فوريا وفيما بعد واثناء الحملة تم مد خط انابيب غير ثابت تحت البحر لتزويد الوقود بالسمرار في الاسابيع الثلاثة التي اعقبت الغزو نقل الحلفاء اكثر من ثمانمائة الف جندي عبر القنال انضموا للقوات المتمركزة على الشاطئ والسولوا على ميناء الشيربورغ لكن عملية الاحتلال تأخرت كانت الاراضي التي استولى عليها الحلفاء صغيرة جدا ولم تستوع بالقوات التي نقلت ولم يستولى على مهابط جوية كافية كان الالمان المتمرسون في مقاومة الدبابات ومهارات المدافع يبدون مقاومة شديدة في الريف الذي اسماه الفرنسيون بوكاج كان بوكاج نظام حقول من القرون الوسطى على مر المئات من السنين نمى سياج كثيف من الاشجار مشكلا اخاديد عميقة وطويلة وقد زود ذلك الالمان بخنادق طويلة وجاهزة دفاعات جاهزة تستطيع ايقاف الدبابات هذه الطرق نفسها اجبرت المهاجمين على المرور عبر طريق واحدة مليئة بالكماء كانت بلدة كا النورمندية هدف من اهداف يوم دي وقد بقيت بعيد الالمان بعد مرور ثلاثة اسابيع على يوم دي بقاء البلدة بعيد النازيين كان يعني حرمان الحلفاء من عبور الريف نحو الجنوب حيث ينتهي بوكاج عندها بامكان الدبابات المناورة بحرية وكان يمكن بناء المهابط الجوية هناك مرة تلو الاخرى هاجم البريطانيون والكنديون كا ليتعرضوا للاندحار اتخذ الجنرال البريطاني منت جومري قرارا وحشيا باستدعاء القاذفات الثقيلة لسلاح الجو الاسراتيجي كان لابد من تحرير كا من خلال تدميرها في السابع من يوليو دمر سلاح الجو البريطاني وسلاح الجو الامريكي كا في الاسبوع الذي اعقب ذلك خاض الجيشان الامريكي والبريطاني سلسلة من المعارك الشرسة حيث مدوا حدود الشاطي جنوبا قصفت القاذفات الاستراتيجية المواقع الالمانية بشكل متكرر ومع منتصف يوليو كان البريطانيون قد خسروا اكثر من ثلث دباباتهم الجيش الامريكي في الغرب قام بعمليات قصف مكثفة وتمكن اخيرا من الاتحام اندفاعهم نحو الجنوب فتح الحرب والغى حالة الجمود الهجوم الذي تطور التف حول جناحي الالمان وبدأ بمحاصرة جيوشهم في نورماندي كان هتلر امر بشن هجوم معاكس في بداية شهر اغسطس لايقاف الامريكيين ومحاصرتهم ومرة اخرى جاء دور سر فك رموز الشيفرة الالمانية كان الحلفاء مستعدين وينتظرون وتمكنوا من هزيمة الالمان وتكبيدهم خسائر جسيمة هرمت الدبابات خلال الحرب العالمية الثانية الهجمات الساحقة والمدمرة للحرب الخاطفة الالمانية عام اربعين اظهرت فعالية حرب الدروع لكن لكل اختراع هناك ردة فعل وخلال الحرب تم اختراع تقنيات قوية واسلحة قوية مقاومة للدبابات الجيوش التي حاربت عام اربعة واربعين كانت مختلفة كلية عن جيوش عام اربعين لم يعد المشات يهربون من امام الدبابات المتقدمة كما في عام اربعين ظلت الدبابات عاملا مهما للنصر لكن احتاجت لمساندة وحدات المشات الخاصة والمدفعية المتحركة لمواجهة كتاب العدو المضادة للدبابات قام الحلفاء بدفع الالمان نحو جيب ضيق حول بلدة فاليس ومع منتصف غصص كان هناك حوالي نصف مليون الماني داخل فخ مغلق ومحاصرين بالمهاجمين من جميع الجهات فيما كان نهر السين من خلفهم وفي عملية سميت بعملية فجوة فاليس قامت فرقة من شباب اس اس الهتلرية وهي تشكيلة من المتعصبين الذين جندوا من منظمات الشباب النازية باقاف الحلفاء فيما عبر ثلاثمائة الف جندي الماني نهر السين هربا من الحلفاء وفقدت جميع المعدات الالمانية الثقيلة وخسروا الفا وثلاثمائة دبابة واسر مئتا الف جندي منهم كانت خطة عملية اوفر لورد الاصلية تشمل توقف الحلفاء عند نهر السين لاعادة تنظيم صفوفهم وبدلا من ذلك قرر ايزن هوري استثمار الانتصار الذي حققوه وامر بمطاردة فلول الالمان عبر فرنسا لم يسمح هتلر بالاعداد لاية مواقع دفاعية في حالة التراجع لم تكن هناك اماكن للاختباء او للوقوف والقتال منها كان على الالمان الهرب الى بلجيك وهولندا وحتى حدود المانيا نفسها لم تتخلى عقلية هتلر للسراتيجية عنه كلية وبعد ان ادرك بان خطوط الامدادات الطويلة ستضعف الحلفاء امر بتحويل موانئ القنال والتي تحميها القوات المتمركزة فيها الى حصون والدفاع عنها حتى اخر لحظة ومع اقتراب الحلفاء من حدود البلاد المنخفضة في بداية سبتمبر اعتقد القليلون بان الحرب ستتسمر لعام خمسة واربعين وسط اغسطس عام اربعة واربعين ومع وصول معركة نورماندي الى ذروتها شن الحلفاء عملية غزو اخرى لفرنسا على الريفيرا خطط لهذا الهجوم ليتزامن مع عملية انزال نورماندي لكن نقص مراكب الانزال تسبب في تأجيله ومرة اخرى كان هناك قصف بحري مكثف كان الحلفاء متفوقين في القوات الجوية ولديهم الفا طائرة مقابل مئتي طائرة المانية بعد القضاء على المقاومة الامامية كانت مهمة الجيش الامريكي وجيش فرنسا الحرة مطاردة فلول الجيش الالماني المتقهقر كان هناك خوف من ان يؤدي انزال الريفيرا الى ارباك خطة هتلر المتعلقة بتحويل باريس الى حصن وساحة قتال كان هتلر يصف العاصمة الفرنسية بالسالينجراد حيث ستكون فخا لجيوش الحلفاء لتصفيتهم بحيث يواجهون نفس المصير الذي واجهه الجيش الالماني في المدينة الروسية قبل عام كان هناك خوف من ان يؤدي انزال الريفيرا الى محاصرة باريس بحيث تصبح فخا للالمان في الثامن عشر من اغسطس وعندما اصبح واضحا بان قوات الحلفاء على وشك القضاء على المحتلين ثار سكان باريس واندلع القتال في الشوارع رفض ايزن هوروامونت جمر الهجوم من اجل الهجوم حيث تعلمه درسا من السالينجراد بل اعتقدا بان التحرير يمكنه الانتظار وان الهجوم تبرره الضرورة العسكرية فقط وبعد ان اصبح واضحا بان المدينة كانت تحارب لتحرير نفسها اجبر الحلفاء على التحرق كان قائد فرنسا الحر شارل قاد ديجول يخشى من السيلاء الشيوعيين على الحكم واستخدام القنال للقضاء على خصومهم على السلطة وافق الحلفاء على اطلاق قوات فرنسا الحرة وفي الثالث والعشرين من اغسطس دخلت دباباتهم باريس استسلمت القيادة الالمانية قاد ديجول قوات الحلفاء في مسيرة النصر اسفل قصر الاليزين في الخطوط الزمنية المعقدة للحرب العالمية الثانية يبدو ممكنا بان اصر الافعال الانسانية كان يمكن لها انهاء الحرب وانقاذ ارواح مئات الالاف في العشرين من يوليو كانت هناك محاولات لاغتيال هتلر قام ضابط من حرسه قام كلاوس فون ستافنبيرج وهو وطني الماني ومن ابطال الحرب بزرع قنبلة خلال اجتماع حضره الدكتاتور كان الحظ الى جانب هتلر في ذلك اليوم حيث انتقل الاجتماع الى مكان اخر قلل من تاثير الانفجار الى ادنى مستوى اقترب ضابط ثاني من خريطة بحيث حرك القنبلة الى خلف طاولة ثقيلة كان هتلر قد غير من مكانه المعتاد في تلك الغرفة رغم مقتل ثلاثة ضباط المان فقد نجا هتلر وامن بان نجاته كانت بمثابة اشارة الى قدر تاريخي ذي شأن عظيم اعتقلت مجموعة الجنود والمعظفين المدنيين الذين شاركوا في المؤامرة واعدموا بشكل سادي كان من بينهم ايرويل روميل والذي طلب منه الانتحار والا سترسل اسرته الى معسكرات الاعتقال وهكذا السمرت الحرب وبدأ هتلر يؤمن بالمعجزات حصد الحلفاء نتائج العديد من التقنيات الجديدة والاسلحة الجديدة والطرق العلمية الجديدة في خوض الحرب لم تكن حرب الاختراعات هذه احادية الجانب كانت المانيا من الدول العلمية الرئيسية في العالم وكانت القوات المسلحة الالمانية تحظى باستخدام الاسلحة المستقبلية فيما كان الحلفاء يقاتلون لاحكام سيطرتهم على شمال فرنسا ظهرت احدى اشهر الاختراعات الالمانية واكثرها تطورا في الثالث عشر من يونيو اطلقت اول قنبلة طائرة من طراز في واحد ضد لندن كان في واحد النموذج الاصلي للصاروخ الموجه طائرة نفاثة بلا طيار مزودة بموجه يطلق من الارض والجو وخلال الاسبوعين اللاحقين اطلق حوالي 2500 صاروخ منها القنابل الطائرة اعادت مسلسل الرعب الى لندن وكانت اسوأ من الغارات الجوية التقليدية حيث كانت الهجمات ثابتة ودون انذار مسبق ولم تكن هناك فترة راحة كما في عام 39 اخلي الاطفال والضعفاء دمر بعض الصواريخ بالمدفعية المضادة للطائرات وكانت اسرع المقاتلات تستطيع اللحاق بالصاروخ في واحد واسقاطه لكن ذلك كان يتطلب شجاعة من الطيار حيث ان الصواريخ كانت تنفجر احيانا وتدمر المقاتلات المهاجمة طور بعض طياري طائرات سبيتفير اسلوبا جريئا يتمثل في الطيران قرب الصاروخ ووضع جناح الطائرة تحت جناح الصاروخ وجعله يفقد توازنه ويسقط في سبتمبر عام 44 بدأت انفجارات غامضة وشاملة تحدث في كل انحاء لندن دمار ذو صوت الرعدي يتبعه هدير مخيف اصاب الناجين بالرعب والذين وصفوه بصوت قطار سريع كانت هذه الانفجارات هجمات بسلاح الماني جديد كان في اثنان اول صاروخ ذي دفعا ذاتي الهدير الذي كان يتبع صوت الانفجار كان صوت وصول الصاروخ الاسرع من الصوت بعد عملية التفجير اخفت الحكومة البريطانية الحقيقة الاخبار الرسمية تحدثت عن تفجيرات بالغاز وبعد شهرين من وصول اول صاروخ في اثنين اعترفت الحكومة بوجود هذا السلاح الجديد لم تكن هناك اية دفاعات ضد الصاروخ في اثنين وكان يصل بريطانيا في اقل من ثلاث دقائق في المحيط الهادئ استمرت عملية ابعاد الالمان من جزيرة تلو الاخرى بشكل تدريجي في يونيو عام اربعة واربعين بدأت تحركات وحشودات جديدة هذه المرة على جزيرة مارياناس هذه الجزيرة مهمة لكل الطرفين المهاجمين والمدافعين الهدف الاول سايبان وهي قاعدة مهمة لليابانيين ومعقل للقاذفات اليابانية من الجزيرة للدفاع عن الجزر اليابانية الهدف الثاني للقوات الامريكية كان جوام للحفاظ على مصادر مياه الشرب النقية وهي افضل موقع طبيعي للمحصولات في المحيط الهادئ جوام ستكون قاعدة للقاذفات ضد اليابان وللتحضير للتغطية لغزو الفلبين في الغالب كان يتم غزو المناطق الارضية بدفاعات بحرية ضخمة معركة بحر الفلبين اصبحت معروفة كاضخم معركة بحرية في العالم اليابانيون بذلوا وخسروا بشكل فاق كل توقع الامريكيون كان لديهم اكثر من ضعف طائراتهم كان لديهم سبع حاملات طائرات ضخمة بينما اليابانيون لديهم خمسة ثماني حاملات طائرات خفيفة لدى الامريكيين ولليابانيين اربع هذه الميزة في التفوق العددي اعطت نتيجة في النوعية بعد المواجهة الاولى في المعركة لم يعد الطيارون اليابانيون او الحاملات يستمتعون بكونهم اصحاب السيطرة في الحرب واصبحوا محصورين فالمهارة والدقة والتدريب للطيارين الامريكيين كما ان نوعية الرادار لدى الامريكيين واستخباراتهم كانت متفوقة جدا المعركة الجوية الضخمة بدأت بحيث استمتع الامريكيون بتفوقهم واصبحت تدعى عملية مارياناس الضخمة للاطلاق فقد اليابانيون حوالي ثلثي طائراتهم كما فقدوا حاملتي طائرات ايضا واحدة نتيجة هجمة جوية والثانية بهجمة من غواصة امريكية ومع هذا التهديد البحري كان على قوات المارينز الامريكية ان تقاتل بضراوة لتستولي على سايبان اربعة الاف جندي مارينز تم حصدهم خلال اليومين الاولين والغزو الذي خطط له لينتهي في ثلاثة ايام امتد لثلاثة اسابيع السيطرة على سايبان اجبرت القوات الامريكية على اتخاذ خطوات هجومية اكثر ضراوة ضد القوات اليابانية المتحصنة امتلأ الجنود المدافعون بعزيمة الاصرار على الصمود في يوليو نفذ اليابانيون انتحارا جماعيا في هجوم مضاد كلفهم اكثر من اربعة الاف قتيل في يوم واحد صعوبة السيطرة على سايبان اضطرت المهاجمين والمدافعين للمزيد من الضغط والتخطيط والاستعداد الكامل الامريكيون السعانوا بالقاذفات الكبيرة القادرة على عبور المحيط اكثر من نصف القوات اليابانية عشرة الاف قتلوا قبل ان تطع قدم جندي امريكي الارض ومع ان جزيرة جوام كانت امنة الا ان القوات اليابانية ظلت متواجدة فيها الى ان تم السلام اخر جندي عام 72 بمجرد ان اصبحت قوات المارنز البحرية في امان بدأ سلاح الجو الامريكي بتحويل الجزر الى قواعد لمهاجمة اليابان نفذت هذه الهجمات الطائرة الجديدة القاذفة بي 29 كانت بي 29 ضخمة تستطيع حمل حمولات ثقيلة من القنابل ولمسافات ابعد من اي طائرة اخرى في البداية كانت تسلك طريقا شاقة من قواعدها في الصين حيث كان جنوب اليابان ضمن مداها واعتبارا من نوفمبر عام 44 تحولت جزر مارياناس الى قواعد جوية الغارات الاولى كانت هجمات دقيقة من ارتفاعات شاهقة على صناعة الطائرات اليابانية لكنها لم تكن حاسمة تم التخلي عن هذه التكتيكات في السنوات اللاحقة وعوضت بهجمات المنطقة الشاملة ضد المدن اليابانية الخشبية عندما امر بالانسحاب من جزر الفلبين عام 42 قطع دوغلز مكارثر وعده الشهير بالعودة ثانية وفي نهاية عام 44 حشد قواته ليفي بوعده لم تكن قوات الاحتلال اليابانية مستعدة جيدا لمقاومة الاحتلال الامريكي دخلت اليابان الحرب عام 41 بعد ان حشدت اكبر عدد من الرجال اضافة للصناعة بكامل طاقتها كان سلاح البحرية الامريكي فرض حصارا محكما حول الجزر اليابانية بحيث شل مقدرة اليابان على شن الحرب على العكس من ذلك كانت البحرية الامريكية تستطيع التحرك بحرية والحصول على بئر لا تنضب من المصادر حيث كانت تصلهم البوارج الجديدة والسفن الحربية الجديدة والمدمرات الجديدة من امريكا بخصوص اهم السفن الحربية حاملات الطائرات ارسلت 21 حاملة طائرات جديدة منذ بيرل هاربر اي 5 اضعاف حاملات الطائرات اليابانية الطائرات التي كان بمقدور امريكا اطلاقها 3000 طائرة اي اكثر بثلاث مرات من القوة الجوية اليابانية في سبتمبر عام 44 دمر الطائرات حاملات الطائرات القوات الجوية اليابانية في الفلبين وفي اكتوبر حشد الجنرال مكارثر اكثر من 700 سفينة وبعد قصف مكثف من البوارج قامت القوات الامريكية بعملية انزال في جزيرة لايت الفلبينية ردت اليابان بارسال قوة بحرية ضخمة وبقيت معركة خليج لايت كما اصبحت تعرف باكبر معركة بحرية في تاريخ العالم اقتضت الخطة اليابانية قيام حاملات الطائرات اليابانية بالحيلولة دون قيام حاملات الطائرات الامريكية بالانزال في هذه الاثناء تقدمت قوة منفصلة عن البوارج بمهاجمة ناقلات الجنود والقوات التي يتم انزالها وصفت معركة خليج لايت بانها اخر محاولة للبحرية اليابانية حيث اقحم ما تبقى من السفن الحبية الرئيسية في اليابان في هذه المعركة وتم اشراك اخر السفن والطائرات والقوات الاحتياطية لخوض معركة فاصلة كانت المعركة في نفس الوقت معركة بين حاملات الطائرات حيث اشتبك السلاح الجوي لأساطير حاملات الطائرات في كل البلدين مع بعضهم البعض كانت ايضا معركة تقليدية بين اساطير السفن حيث اشتبكت مدافع البوارج فيما بينها في صراع بحري كانت المعركة معقدة حيث قسم الاصطولان قواتهما وبحثا عن العدو بين السفن الفلبينية المنتشرة فقد الادميرالات لدى كل الجانبين اعصابهم وعاودوا تجديد تصميمهم فاجأت البوارج اليابانية الجبارة الاكبر في العالم حاملات الطائرات الامريكية الخفيفة والتي حاربت بشجاعة خصومها الافقل وزنا بمرات عديدة هاجمت المدمرات بعضها البعض وشنت الهجمات على السفن الاكبر حجما غرقت السفن لدى الجانبين في معركة ليت لكن حظ الحرب ابتسم لامريكا وكانت النتيجة نصرا بحريا يضاهي نصر معركة الطرف الاغر حيث دمر سلاح البحرية الامريكي سلاح البحرية الياباني غرقت حاملات الطائرات اليابانية الاربعة باكملها بالاضافة الى بارجتين غرق الادميرال الياباني ناشي مورا مع سفينته وبعد حسم المعركة الحربية بدأ القتال البري نزل مكارثر بكل زهو الى الشاطئ امام كاميرات المصورين وعلى اليابسة قتل سبعون الف جندي ياباني وخمسة عشر الف امريكي في المعركة لتشكيل رأس جسر اخفق اليابانيون في دحر الغزاء وبدأت المعركة الطويلة للتحرير في معركة ليت دخلت كلمة جديدة في قاموس العالم كاميكازي هجمة الكاميكازي هجمة انتحارية للطيار الذي يهوي بطائرته بكل حمولتها من المتفجرات على سفن الاعداء وطوال الحرب القى الطيارون اليابانيون المتعصبون انفسهم على اعدائهم وفي معركة ليت اصبحت هجمات الكاميكازي تكتيكا رسميا تنبع الكاميكازي من الاساطير اليابانية وكلمة كاميكازي تعني الرياح المقدسة وتشير الى العواصف المعجزة التي هبت فجأة لتدمير الوصول الصيني المهاجم والذي اقترب من الشواطئ اليابانية غير المحمية في القرون الوسطى لم تكن هجمات الكاميكازي بالطائرات دوما بل باستخدام غواصات مصغرة تربيدات يقودها البشر بل وحتى الصواريخ الصغيرة التي يقودها طيارون في هجمات انتحارية اكثر الهجمات الفعالة كانت بالطائرات المقاتلة والمعدلة وفي ليت كانت حاملة طائرات امريكية وطراد السورالي اول ضحايا الكاميكازي او الريح المقدسة كان هتلر يرا في الغزو الغربي اكبر خطر يهدد قلب الريح الثالث وكان مستعدا للتنازل عن الاراضي في الشرق وتحويل الجنود الى الغرب في الثاني والعشرين من يونيو عام اربعة واربعين وفيما كان القتال في الغرب في ذروته شن الاتحاد السوفيتي هجوما كاسحا هدد بنهيار شامل للجيوش الالمانية في الشرق كانت عملية باجراتسيا والتي سميت نسبة الى بطل حارب نابوليون هجوما ضخما ولم تكن الاعداد في صالح الالمان مليون ومئتا الف جندي من الجيش الاحمر ضد اربعمائة الف نازي خمسة الاف ومئتا دبابة ضد تسعمائة الات المانية ستة الاف طائرة سوفيتية ضد الف وثلاثمائة طائرة المانية ضحى هتلر بحياة الالاف من جنوده بتحويل المدن السوفيتية الى حصون يجب الصمود فيها حتى اخر رجل خلال خمسة اسابيع فقط تقدم الجيش الروسي سبعمائة وخمسين كيلو مترا تقريبا ومع نهاية يوليو كان الجيش الاحمر على بعد اشرين كيلو مترا من وارسو وكما حدث في باريس فان صدى المدافع الروسية الذي تردد في المدينة ادى الى حدوث ثورة لم يفعل الروس شيئا قاموا بنقل الهجمات جنوبا الى دول البلقان حيث حاربوا في بلغاريا ورومانيا وهنجاريا وجنوبا نحو دول البلطيق في هذه الاثناء قام الالمان بتدمير وارسو وقتلوا اكثر من مائتي الف بولندي تطلع الروس الى نظام ما بعد الحرب الهجمات نحو الشمال والجنوب بدلا من الهجوم نحو برلين عبر وارسو كانت تهدف الى وضع هذه الدول ضمن المدار الشيوعية ترك الالمان يدمرون البولنديين لايجاد فراغ يشغله السوفيت كان هدف الحرب بالنسبة للحلفاء بسيطا في البداية وهو دمار النازية ازالة غزوات دول المحور وتحرير الشعوب المسعبدة مع نهاية عام اربعة واربعين كانت هناك اشارات تدل على ان العالم بعد الحرب لن يكون مكانا واضحا وبسيطا في اكتوبر عام اربعة واربعين عاد الجيش الالماني للدخول الى اليونان انهار احتلال اليونان منذ استسلام الطليان نهاية عام ثلاثة واربعين انتقلت السيطرة الى الالمان ووقعت الاسلحة لايطالية في ايد المقاومة اليونانية بما في ذلك الشيوعيين اليونانيين ايلاس وفرض الالمان اجراءات اكثر قسوة للاحتفاظ بسيطرتهم في اكتوبر اتخذ الالمان قرار التخلي عن اليونان وهكذا عادت الحكومة اليونانية بمساعدة القوات البريطانية ودخل البريطانيون الى حقل الغام من السياسات العنيفة والدقيقة في ديسمبر تحولت في اثنى مظاهرة الشيوعيين اليونان الى قتال حيث لاقوا معارضة معيدي الحكومة العائدة وخلال ايام كان الجيش البريطاني يحارب المقاومة الى اسف الشوارع في خريف عام 44 اثبت تفاول الحلفاء باقتراب الحرب من نهايتها على اثر معركة النورماندي بانه لم يكن في محله التقدم عبر شمال فرنسا كان سريعا للغاية بحيث تم بداية سبتمبر تحرير العاصمة البلجيكية بروكسل والاستيلاء على ميناء انتوارب كانت الامدادات حاسمة للسمرار الحرب باتجاه المانيا كان الاستيلاء على ميناء الرئيسي بمثابة جائزة قيمة لجيوش الحلفاء لكنه كان جائزة سرعان ما تشتت ادرك هتلر اهمية الامدادات وامر بحماية موانئ القنال حتى اخر رجل وصمدت دانكيرك حتى نهاية الحرب الاستيلاء على انتوارب ابقى قوة المانية كبيرة في الغرب لمحاصرة الميناء وجعلته بلا فائدة فشل الحلفاء في بعاد تلك القوات والتي لغمت النهر وسيطرت عليه بالمدفعية اغفق الحلفاء في مناء الالمان من اعادة جمع قواتهم المبعثرة وتنظيم انفسهم تجاهل الحلفاء المعلومات الاستخبارية التي كشفت عن خطة الالمان في شن معركة الرئيسية ضد خطوط الامدادات للحلفاء لم تتخذ اية خطوة بسبب موجة التفاؤل بان الحرب قد تنتهي بسرعة كانت ارادة قادة الحلفاء مركزة نحو اتجاه اخر عملية الالهاء خطط لها الجنرال البريطاني بيرنرد مونتغومري للاستيلاء على تقاطع نهر الراين بهجمة محمولة جوا ثم التقدم نحو التقاطعات التي السولي عليها بالقوات المدرعة ثم غزو المانيا وانهاء الحرب قبل عيد الميلاد كانت تلك هجمة ارنهم المشهورة الجسر البعيد وفي منتصف سبتمبر استولت القوات المحمولة جوا على الجسور في نيمي جين واندهوفن وكانت هجمات ناجحة وسلسة اول كتيبة بريطانية محمولة جوا نزلت فوق ارنهم في اعماق هولندا لم يتم انزال القوات البريطانية قرب اهدافها بشكل كاف بل هبطت فوق كتيبتي مدرعات المانية كانت تعيد تجهيز نفسها وتم للسيلاء على الخطط البريطانية للعملية وجدت القوات البريطانية نفسها محصورة وتحت ضغط متزايد فاخفقت فيه للسيلاء على الجسر محاولة القوات الارضية لتحرير المظليين قوبلت بمقاومة المانية شديدة حيث ادى ذلك الى توقفها بعد ذلك باسبوع اجبر البريطانيون على الاعتراف بالهزيمة انقذ بعض الجنود لكن ستة الاف منهم اخذوا كاسر حرب وقتل اكثر من الف منهم لم تكن معركة ارنهم هزيمة حاسمة بحد ذاتها لكن العملية ابعدت انتباه الحلفاء عن الوضع في انتوارب الاخفاق في شن هجوم والسيطرة على ميناء انتوارب وجعله فعالا عمل على اطالة مدى الحرب بعد الفوضى التي دبت في ارنهم كان على الحلفاء القتال في سلسلة معارك صعبة ضد القوات الالمانية التي حصلت على فرصة تعزيز قوتها والاستعداد جرت المعارك عبر الاراضي المنخفضة المغمورة بالمياه وكان لابد من هجمات الفدائيين الذين كانوا على متن العربات البرمائية كان على الجيوش الكندية القيام بهجمات متكررة عبر الاراضي المكشوفة وضد المدفعية الالمانية المحاطة بدفاعات المشات المكثفة كان لابد من الاسسلاء على المعاقل والمراكز القوية في معارك مدفعية اللصيقة وفي غمار ذلك كان على المهندسين ومزيلي الالغام البحرية ازالة الالغام والافخاخ التي قام بزرعها الالمان في الممرات المائية ولم يستخدم ميناء انتوارب الا في نهاية نوفمبر اي بعد ثمانين يوما من الاسسلاء عليه الرغبة في النصر في انهاء القتال تسببت في دخول اوروبا سنة اخرى من الحرب في الحلقة القادمة من الحرب العالمية الثانية القصة الكاملة في محاولة نيائسة لانقاذ المانيا يسعى هتلر لتكرار انتصارات عام اربعين بالهجمات عبر بلجيكا وفي المعركة التي اسماها التاريخ معركة الانتفاخ انهار الالمان في الشرق وتدخل الجيوش الروسية المانيا يواجهون الاوجفيتس وينكشف شر نازية للعالم باكمله اخر عمل يقوم به فرانكل الروسفيلت المحتضر هو حضور اجتماع للقوى العظمى في يالتا يجلس القادة معا ليس لتخطيط الحرب في حسب بل لرسم خريطة اوروبا لما بعد الحرب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دخلت الحرب في اوروبا اشورها اليائسة الاخيرة واصبح بامكان الجنود والمدنيين في القارة الاوروبية رؤية النهاية من امامهم يبحث الستراتيجيون عن حلول لانهاء القتال وعمليات القتل تستخدم المانيا واليابان استراتيجيات وتكتيكات يائسة املا بان تنقلب الحرب بطريقة ما او الانتصار او تتم تسوية سلمية يمكن انتزاعها من ايد الاعداء الحلفاء الذين يسعون لهزيمة دول المحور هزيمة شاملة غزو فرنسا الذي طال انتظاره يبدأ مع عملية اوبرلورد في يونيو عام اربعة واربعين خاضت الجيوش معارك ماريرا مدن فرنسية دمرت من اجل تحريرها وبعد صراعا لعدة اسابيع تمكن الالمان من محاصرة الحلفاء في نورماندي تقتحم القوات الامريكية والبريطانية والكندية والفرنسية الحرة وتجبر القوات النازية على الهرب حتى حدود المانيا وفي الجو المتفائل بهذه الانتصارات كان هناك دافع لانهاء الحرب بسرعة قبل عيد الميلاد الطموح ادى الى تخلي الجنرالات عن السعدادات التي سبقت عمليات مثل اوفرلورد وقاموا بمحاولة جرية لاجتياز الراين واحتلال المانيا نتج عن ذلك هجمة ارنهم المحمولة جوا الجسر البعيد والذي انتهى بهزيمة الحلفاء واطالة امد الحرب في الشرق دفع الجيش الروسي الالمان الى حافة المانيا لم يعد الجيش الاحمر يدافع عن روسيا الان ولم يعد هدفه هزيمة النازية ايضا بل اصبح اداة لاطمع السال في فترة ما بعد الحرب في المحيط الهادئ استمر احتلال الجزر واحدة تل والاخرى ومع ازدياد قبضة القوات الامريكية تتعرض اليابان الى هزيمة مريرة رغم المقاومة الشرسة التي تبديها في ايطال في ايطال في ايطاليا يتواصل القتال وفي اعقاب سقوط روما شن الالمان هجوما اخر عبر شبه الجزيرة الايطالية والذي تحطم بهجمة امامية كان خط الدفاعات الالماني معروفا باسم الخط القوطي كان يمتد عبر الجبال المركزية الصنوبرية على امتداد عرض ايطاليا طريقة الرومانية قديمة خلف التحصينات مكنت الالمان من نقل الامدادات والاحتياطي من نقطة لنقطة لمواجهة هجمات الحلفاء في الحقيقة كان الالمان يتفوقون عددا على الحلفاء في هذا الجزء من مسرح الحرب كان الفضل يعود لتفوق الحلفاء الجوي احتل القتال في فرنسا مكانا اساسيا في خطط الحلفاء وتم سحب الجنود من ايطاليا لانزالهم جنوب فرنسا ومهاجمة الالمان مباشرة كانت القيادة الامريكية دوما تعتبر حملة ايطاليا بمثابة الهاء عن مهمة الحلفاء الرئيسية في هزيمة النازية في عقر دارها راقب الامريكيون بكل ريبة خطط بريطانيا الكبرى المتعلقة باحتلال ايطاليا والاتجاه نحو ومن ثم الدخول الى الرايخ عبر الباب الخلفي شاهدت الولايات المتحدة بريطانيا للسعمارية وهي تعمل حيث كانت تنظر نحو فترة ما بعد الحرب وتهدف الى ان تصبح القوة المسيطرة في البحر المتوسط احبط البريطانيون واجبروا على الاذعان بانه لن تكون هناك هجمة كبرى في ايطاليا بل سلسلة من الهجمات الصغيرة تستهدف القوات كان من السهل الدفاع عن الريف الايطالي حيث كانت الجبال المركزية مخروطية الشكل وتعوق القيام بالمناورات وتحصر القتال في جبهات ضيقة مع تقدم الحلفاء شمالا واجهوا انهارا كبيرة مثل نهر بو الذي ينساب من الغرب للشرق حيث شكلت هذه الانهار عوائق طبيعية منيعة شاهد الخريف والشتاء الكثير حولت الاراضي الى سباخ وجعلت بذلك ادنى حركة مجهودا ضخما كانت تلك حرب انجرت في اراضي لوحات عصر النهضة وكانت سهولا تناسب جيش عصر النهضة الذي يتنقل على الاقدام وظهور الخيول اكثر مما تناسب جيش القرن العشرين الالي كانت البلدات المحصنة تحيط بالجبال والتلال المنحدرة كانت الجداول والانهار تقطع الوديان الضيقة العديدة وعند كل بضعة كيلو بترات كان لابد من اعادة بناء جسر هدمه الجيش الالماني المنسحب تحت نيران الاعداء قتال الايطاليين في ذلك الشتاء وصف بحرب المهندسين حيث كانوا هم من اعاد بناء الجسور وازال القنابل والالغام وكانوا هم من قاموا بشق الطرق عبر شوارع البلدات والقرى الضيقة والتي تعرضت للدمار في الشتاء انغرست الحرب في الاوحال وكان على كل الجانبين الانسحاب وانتظار الطقس الجاف بالنسبة لجنود الجيش الثامن والذين حاربوا للسنة الرابعة على التوالي الجنود القدماء المحنكين كان هذا التوقف راحة لهم عام تسعة وثلاثين وعندما بدأت الحرب كان التفاؤل في كل مكان كان الجيش والشعب البريطاني ينشدان اغنية مشهورة تنبأت بقيامهم بنشر الغسيل على خط سيغفريد خط سيغفريد والذي سمي نسبة الى بطل في الاساطير الالمانية الفاغنارية كان خط تحصينات قوية على طول الجبهة الغربية والذي يمتد 450 كيلو مترا وكان يقف مواجها لخط ماجينل وفيما كان يقف مواجها للدفاعات الفرنسية كان الخط الالماني اقل قوة كان سلسلة من الاستحكامات والحواجز المضادة للدبابات لم يصمم ليكون منيعا بل لاعاقة اية هجمات الى ان تحضر الوحدات الاحتياطية المتحركة لمواجهة العدوان ومع ان خط سيغفريد كان خطا خفيفا لكن بنائه في الثلاثينيات استهلك ثلث انتاج المانيا السنوي من مواد البناء وعمل في بنائه اكثر من نصف مليون رجل مع ان خط سيغفريد كان من الوزن الخفيف لكنه اعاق الفرنسيين خلال الحرب الزائفة وفي عام اربعين لم ينشر البريطانيون اي غسيل على خط سيغفريد حيث تركوا معظم ثيابهم وراءهم في دانكرك خلال سنوات الاحتلال والسيطرات النازية الطويلة كان الخط بمثابة الحدود مع الاراضي المحتلة وكان مهملا مع اقتراب الحلفاء الغربيين من خط سيغفريد اصبح يعرف باسم الجدار الغربي واصبح ساحة قتال مع حلول شتاء عام اربعة واربعين اصبح تقدم الحلفاء بطيا اخفاقهم في الاستيلاء على انتويرب والسغلال الميناء اوجد ازمة امدادات حيث لم تكن هناك كميات كافية من الوقود والذخيرة والطعام التي تصل جيوش الحلفاء واقتنع هتلر بان الحلفاء الغربيين تقدموا كثيرا وجعلوا انفسهم عرضة لهجمة معاكسة ساحقة وفي السادس عشر من ديسمبر بدأ القتال بذلت القوات الالمانية جهودا كبيرة لتجنيد اكبر عدد ممكن من السكان وبحلول ديسمبر عام اربعة واربعين تم تجنيد مائة وخمسين الف جندي اخرين واضافتهم الى الجيش الالماني بذلت الصناعة الالمانية اخر مجهود ضخم وانتجت المواد الدبابات والوقود والذخيرة لاخر هجوم قوي كان هتلر يخطط لتكرار انتصارات عام اربعين كان على الجيوش المدرعة اختراق الغابات في اردان وبعدها الالتفاف حول الجيوش الامريكية والبريطانية ثم الالسلاو على انتوار وهكذا سيتحول ميزان القوى في الغرب لصالح النازيين ثانية كانت الهجمة مخططا لها لتبدأ في الشتاء ليوقف التقص القوة الجوية للحلفاء وستكمل صواريخ في واحد مهمة النصر بتدمير لندن قال احد الضباط الذين تولوا للسلاو على بروكسل احتلال انتوار عبر غابات اردان عندما يكون الثلج عاليا عندما لا يبرز ضوء النهار قبل الثامنة صباحا وعندما يحل الظلام في الساعة الرابعة بفرق من الاطفال والكهول وفي عيد الميلاد ايضا وقع الهجوم على وحدات امريكية ضعيفة وحيث كان هناك تخلخل في الخط الفاصل بين الجيشين فقد سمي الهجوم بمعركة الانتفاخ زحف الالمان باتجاه بلجيكا واسروا الاف السجناء لكن قللوا من شأن الامريكيين الذين تمكنوا من اعادة تنظيم صفوفهم ومن اعاقة الهجوم الالماني في الثاني والعشرين من ديسمبر اختلف الطقس وبدأت القوة الجوية للحلفاء بتدمير الانتفاخ او الجيد وطوال يناير اطبق الجيش الامريكي على الالمان من الجهات كافة استنفد الهجوم كل ما تبقى للنازيين من قوة واطبق الشتاء على الجيوش ومنعها من القتال كان قرار هتلر بالهجوم في اردان واستنفاذ اخر قوة له في الغرب بدلا من الهجوم على الجيش الاحمر في الشرق كان بالتأكيد احد الاخطاء الكبرى للدكتاتور الالماني في الغرب حظي الالمان بالعديد من المزايا الدفاعات الطبيعية الانهر العظمى لاوروبا الغربية والتحصينات المكثفة مثل الجدار الغربي وخط سيغفريد لم يكن هناك مثل هذه المزايا في الشرق الواقع السراتيجي كان بان الهجوم في الغرب منح هتلر فرصة ضئيلة في الانتصار بينما الهجوم في الشرق كان سيؤدي فقط الى تأجيل الهزيمة الحتمية فشل الهجوم في الاردان سهل مهمة الجيش الاحمر الاخيرة لكنه مع قيام الجيش الشوعي بالاعداد لذلك الهجوم الاخير ووجهت القيادة السوفيتية العليا بخيارين سراتيجيين صعبين كان السوفيت بدأوا الهجوم بدافع الدفاع اليائس عن النفس ضد الغزو الالماني الذي بدأ عام واحد واربعين لم يشنوا حرب غزوات والان فقد تهيأت الظروف للشيوعيين للتوسع وهذا القرار لم يكن في كيفية هزيمة الالمان بل في كيفية الاستفادة من السلام كان الروس يتمتعون بميزة الكثرة العددية مكنهم ذلك من الحصول على احتياطي سراتيجي على الدوام حيث كان لديهم دوما شيء يخبئونه لضرب النازيين ترجمة نانسي قنقر الاستثناء الوحيد للسيطرة السوفيتية على شرق اوروبا كان يوغوزلافيا وهي دولة كان يسعى فيها الشيوعيون بقيادة جوزيف تيتو لتحرير بلادهم من المحتلين الالمان بمفردهم وبدون مساعدة اي جيش اجنبي هذا ما سيجعل يوغوزلافيا فريدة في عالم ما بعد الحرب في شتاء عام اربعة واربعين واجهت قوتان عسكريتان متشابهتان جدا مصيرين مختلفين جدا تم حل حرس المنازل البريطاني في ديسمبر عام اربعة واربعين شكل هذا الحرس في ربيع عام اربعين حيث كان الغزو الالماني يبدو حتميا وادى هذا الحرس مهمات عسكرية بسيطة حيث اتاح للجيش النظامي التركيز على تدريب وتجهيز الجنود الجدد بقي الحرس الوطني يحرس المطارات والمصانع كان يقيم الحواجز على الطرقات ويلقي القبض على طياري سلاح الجو الالماني الذين يهبطون بالمظلات كان الحرس الوطني مكونا اصلا من المسنين والشبان الصغار وحقيقة الحرس الوطني كانت مختلفة عن المسلسلات الكوميدية التلفزيونية وبعد ان اصبح وضع بريطانيا في امان وبات امر الخوف من الغزو بعيدا جدا انضم الحرس الوطني للجيش النظامي وارتبط بالوحدات النظامية بعد ان كانت العضوية في الحرس الوطني تطوعية اصبحت اجبارية واصبح الحرس الوطني المرحلة التمهيدية للخدمة العسكرية مكرسا لاعداد الشباب للخدمة العسكرية كان هناك حيث ان معدل سن اعفاء هذا الجيش كان 30 عاما بالنسبة للعديدين كان الحرس الوطني هواية ممتعة وقت الحرب قاوم بعضهم اية خدمة عسكرية الزامية عندما امروا بالعمل في المدفعية المضادة للطائرات مع قيام الحرس الوطني بالسير امام ملكهم وعبر شوارع لندن انهى هؤلاء الجنود الهوات خدمتهم شكل الحرس الوطني الالماني حينما تم حل الحرس الوطني البريطاني تم تجنيد جميع رجال بين السادسة عشر وستين عاما في الخدمة تجربة الحرس الوطني الالماني لم تكن جيدة حيث دبت الفوضى بين صفوف هذا الحرس الذي كان عليه مواجهة الغزاء بينما كانت الامدادات تتناقص بالسمرار لم ينظم هذه القوة الجيش الالماني بل الحزب النازي تجاه نهاية الحرب كان افراد الاس اس يجندون المدنيين ويدفعون الى مناطق القتال لمقاتلة الغزاء ولم يكونوا هواة ابدا حيث انطلق الاطفال والكهول يحملون اجهزة اطلاق الصواريخ ويواجهون نخبة جيش الحلفاء اذا كان هناك احد في دول الحلف يشكك في اسباب الحرب ويتساءل اذا كانت هذه الارواح ازهقت هباء فانه خلال اشهر القتال الاخيرة ومع دخول الجنود الحلفاء اراضي الرايخ الثالث فقد وجدت ادلة شاملة ودامغة على شرور النازية حيث اكتشفت معسكرات الموت والاعتقال كانت النازية معادية للسامية في تكوينها وكان اللوم يقع على اليهود بسبب جميع مشاكل المانيا اللوم يقع عليهم بسبب الحرب العالمية الاولى وبسبب كل المصائب التي وقعت على الشعب الالماني كان من الخطر دوما ان تكون يهوديا في الدولة النازية كان هناك عنف وتعصف كان ذلك نتاج عصابات الشوارع وتطبيق القوانين بلا شفقة ومع احتلال بولندا طبقت سياسة جمال يهود في جتوات حارات اليهود ومن ثم تجوية السكان اليهود في هذه الحارات في اعقاب غزو روسيا شكلت فرق الموت من الاس اس والذين امروا بالانطلاق خلف الجوش وتطهير الريف عرقيا بقتل اليهود لا يمكن للتاريخ اخفاء حقيقة ان الاوكرانيين والرومانيين في جنوب روسيا واللتوانيين كانوا سعداء في مساعدة النازيين في اعمالهم هذه اعمال فرق الموت هذه ارعبت العديد من الجنود الالمان العاديين والذين شاهدوا عمليات القتل ومن ثم تم تقديم الحل النهائي كانت عمليات اليهود المنظمة تتم في السر وفي مناطق نائية كان يتم ترحيل الضحايا بعيدا عن مواطنهم تحت ذريعة اعادة التوطين لم يكن الحل النهائي حدثا تاريخيا وحيدا حيث ان بعض المعسكرات مثل كانت معسكرات موت من اجل عمليات القتل الجماعية فقط في المعسكر السيء السمع غوشفيتس كان يتم هناك اجراء التجارب جنبا الى جنب مع العبودية كان يقتل الاطفال والمرضى والمسنون لدى وصولهم مباشرة بالغاز الاصحاء كان يتم ختمهم وتخصيصهم للعمل حتى الموت واجهت القوات السوفيتية في الشرق فضائع معسكرات الموت بشكل واسع بعد التخلي عنهم في وجه تقدم الجيش الاحمر العديد من الصور المرعبة التي وصلت الينا هي صور معسكرات العمل والعبودية الاقل وحشية كمعسكرات بيلسن وداكاو قبل تطبيق الحل النهائي اوجد هذه الاماكن الجيوش الغربية سكان هذه المعسكرات كانوا في الغالب مبعدين من المعسكرات الشرقية نترك الحكم على هذه الصور للباحث والمتحقيق من التاريخ فعدد القتلى كبير والاسباب الحقيقية مخفية اشتركوا في القناة قدمت الى هنا منذ ثمانية ايام ولم ارى في حياتي مثل هذا العدد من الموت هذا الصباح سيدفن خمسة الاف حيث لا نعرفهم وخلفي خندق يحتوي على خمسة الاف اخرين واثنان يحضرني ذات الغاية في الحقيقة عرفت الان ماذا كان يجري في هذه المعسكرات واستطيع الحكم شخصيا مما شاهدته بام عيني اشتركوا في القناة كانت الحرب بدأت مع سلاح الجو الالماني والذي كان اكثر سلاح مخيف وفعال في العالم اخر سنة في الحرب شهدت الاذلال التام لسلاح الجو الالماني حيث دك سلاح الجو الامريكي والبريطاني المدن الالمانية دك وحصدت المقاتلات طويلة المدى طائرات سلاح الجو الالماني بحلول عام 45 اصبحت القوى الجوية للحلفاء تمتلك ما نسميه اليوم بالتفوق الجوي ولم تعد طائرات الحلفاء تحت تهديد المقاتلات الالمانية واصبحت تستطيع مهاجمة اي هدف في اي وقت وفي اي مكان في المانيا النتيجة كانت مجاعة نفط حيث دمرت مصافي ومصانع البترول وهكذا توقفت الدبابات والعربات المتبقية عن الحركة تعرض نظام المواصلات الالماني للدمار الشامل لم يكن بمقدور اي قطار او شاحنة التحرك لمسافة قصيرة دون تعرض للقصف الجوي فوق ذلك كله كانت نتيجة التفوق الجوي في تدمير المدن الالمانية وقتل الالاف وتشريد العديد من الناس في فبراير عام 45 شنت واحدة من الغارات بالقاذفات الاستراتيجية والتي اثارت الجدل على مدينة دريسدن قام 800 طائرة الانكسر بريطانية و300 طائرة فورتريسز امريكية بمهاجمة المدينة الالمانية الشرقية والتي لم تكن الحرب وصلتها حتى ذلك التاريخ لم تكن دريسدن مركزا صناعيا بل مدينة مشهورة بجمالها المعماري كانت مكتظة بالمدنيين الذين هربوا من الروس قتل خمسون الفا في ليلة واحدة حيث اوجدت القاذفات عاصفة نارية فوق المدينة اوجدت دريسدن موجة من الشك بين الحلفاء حتى تشيرتشيل شكك في كون الغارة صحيحة وسيبقى الجدل حول اخلاقيات وفعالية الحرب الجوية دائرا للابد وستبقى حقيقة ان الحرب في اوروبا قصرت اجلها الغارات الجوية احضرت الحرب معها عدة تقنيات جديدة ولم تكن الحرب الجوية مستثناة من ذلك في يناير عام 45 وبعد ان تمكن الحلفاء من اقصاء المقاتلات الالمانية من الاجواء استخدم سلاح الجو الالماني طائرة جديدة اول مقاتلة النفاث ام اي 262 سرعة الطائرة الرهيبة جعلتها منيعة لكنها كانت سلاحا وصل متاخرا وبعدد قليل بحيث لم يستطع انقاذ الرايخ فيما كانت جيوش الحلفاء تقاتل على الحدود الالمانية اطلق سلاح الجو الامريكي حملة قصف المنطقة على المدن اليابانية كانت القواعد التي بنيت على الجزر التي تم الاستيلاء عليها تستخدم لاطلاق هجمات شاملة بالقاذفات الاملاقة بي 29 لسحق الجزر اليابانية واتخذ قرار بمهاجمة المدن الخشبية بالقنابل الحارقة وقامت امريكا بذلك بمحاكاة اساليب سلاح الجو البريطاني في المانيا وبالتخلي عن التكتيكات الاعتيادية المتعلقة بالهجمات الدقيقة على الاهداف الصناعية والعسكرية في الخامس والعشرين من فبراير شنت مائة وخمسون قاذفة بي 29 هجمة ضخمة على العاصمة اليابانية وحرقت كيلومترين ونصف مربعين من توكيو وغير سلاح الجو الامريكي دور القاذفات بي 29 لجعل الهجمات اكثر تدميرا كانت القاذفة بي 29 ذات التسليح الثقيل مصممة للطيران على ارتفاعات شاهقة كان عليها الان التحريق على ارتفاعات منخفضة ليلا لذا فككت مدافعها الدفاعية واصبحت بحاجة لوقود اقل وبذا تستطيع حمل المزيد من القنابل مع بداية مارس هاجمت 300 قاذفة بي 29 توكيو وتسببت في عاصفات نارية احرقت النيران الهائلة ربع المدينة وقتلت 85 الف في الاشهر اللاحقة هجمت كل المدن اليابانية الرئيسية ودمرتها الطائرات التي استخدمت نفس هذه التكتيكات بعد ذلك بشهر بدأت القاذفات بي 29 بتدمير المدن الاقل اهمية من الناحية الصناعية في جنوب المحيط الهادم استمر القتال الطويل لتحرير الجزر الفلبينية من السيطرات اليابانية وكان الجنرال الامريكي ماكارثر والذي كان يعتبر الجزر موطنا ثانيا له قد وعد بتحريرها رغم الانزال في اكتوبر عام 44 فقد انخرطت القوات الامريكية في قتال طويل عبر الجزر الكبيرة وارخبيل الجزر الصغيرة المباثرة اجبر اليابانيون اعداءهم على القتال على كل شبر من الاراضي في الطريق الى العاصمة الفلبينية مانيلا في معركة اخرى كان يجب تدمير المدينة لتحريرها من الاحتلال في فبراير قتل 16000 ياباني وحوالي 100000 فلبيني مدني لم تكن الفلبين جزءا من خطة اليابان الكبرى لتحرير اسيا من الهيمنة الاوروبية كان العديد من الفلبينيين فخورين بتوجهاتهم الغربية واوت الجزر حركة المقاومة المنظمة الوحيدة ضد اليابانيين الموالين الذين ساندوا القوات الامريكية في محاربة المحتلين اليابانيين ومع دفع اليابانيين نحو المنطقة البعيدة من الجزر اظهر مكارثر اسلوبا قياديا حدد دوره في العالم حيث انه احتضن وغفر لأولاك الفلبينيين الذين تعاونوا مع اليابانيين حيث رأى بان الاستقرار المبني على الغفران والنسيان هو المستقبل الافضل للاراضي المتحررة في فبراير عام 45 ربما جرت اشهر معركة من معارك المحيط الهادف حيث شنت البحرية الامريكية هجمة برمائية اخرى قاموا بمهاجمة جزيرة ايوجيما كانت ايوجيما موطئ قدم في الطريق تجاه احتلال اليابان قاعدة لشن الهجمات على اليابان منها كانت الجزيرة جزء من ارخبيل بركاني واسمها يعني جزيرة الكبريد طبيعة البراكين الجيولوجية جعلت من الخنادق التي كان الجنود يحتمون بداخلها مناطق حارة للغاية حيث ان الارض كانت تنفث الغازات البركانية السامة كانت الاراضي مكونة من الحواف الحادة والوديان العميقة والكهوف الطبيعية كانت حصنا طبيعيا بنى المدافعون اليابانيون الطبقات الاسمنتية والتحصينات المعدنية فوق سار الصراع على نمط الصراع الذي اندلع على الجزر الاخرى ومع اقتراب القتال على الجزر من اليابان ازداد تصميم المدافعين ووصل الى مسويات عالية اكثر من 110 الاف جندي مارنز امريكي تعرضوا لمقاومة 22000 ياباني فقط لم يعمل اليابانيون على مقاومة الانزال وتركوا القصف البحري المكثف ينزل فوق دفاعات خاوية اتاحوا للقوات الامريكية النزول ومن ثم اشتبكوا مع الغزاة بالايدي بحيث لم يعد ممكن استخدام القصف المكثف والقوة الجوية وكانت الميزة في صالح روح القتال الفردية جرت المعركة فوق الارض مترا مترا وقد تمكن اليابانيون من الصمود في ممر صخري ضيق لا يزيد طوله عن نصف كيلو متر وقد احتاج الامريكيون لعشرة ايام من القتال المستمر قبل ان يتمكنوا من هزيمة المدافعين الذين كان يجب قتلهم رجلا رجلا ثلث رجال المارينز قتلوا او جرحوا واصبحت المعركة اسطورة صورة قوات المارينز وهم يرفعون النجوم والشارات على جزيرة ايوجيما اصبحت ايقونة النصر الامريكي في فبراير عام خمسة واربعين جرى اهم اجتماع على جزيرة يالطا كان اجتماع يالطا لحظة حاسمة في الخط الزمني للحرب حيث لم يكن حول مجريات الحرب بل حول السلام فيما بعد الحرب كانت تشيرتشل وسال عقدات فاقية لتقسيم اوروبا الشرقية واتفقا على نسبة الهيمنة النفوذ البريطاني في اليونان سيكون بنسبة 90% والنفوذ السوفيتي في بلغاريا ورومانيا بنسبة 90% قرر مؤتمر يالطا تشكيل منظمة الامم المتحدة قرر مؤتمر يالطا تقسيم المانيا الى مناطق احتلال قرر المؤتمر مصير بولندا فيما بعد الحرب كانت حرية بولندا السبب الرئيسي للحرب كانت بولندا حليفة لبريطانيا عندما اقام الاتحاد السوفيتي والمانيا النازية حلف صداقة واثناء اجتماع القادة كان الجنود البولنديون يقتلون ويقاتلون بجانب الجنود الامريكيين والبريطانيين معه السالين بدخول الحرب ضد اليابان سيحصل الاتحاد السوفيتي على شرق بولندا وسيتم التخلي عن الحكومة البولندية التي هربت عام تسعة وثلاثين لصالح حكومة العوبة شيوعية في يالتا كان التحالف يتحول الى مصالح شخصية عقد روزفلت صفقة سرية مع السالين لم يعلم بها تشيرشيل لمكافأة الاتحاد السوفيتي بالمزيد من الاراضي في اسيا ادان مؤتمر يالتا عمليات القتل طالب السالين بعودة جميع المواطنين السوفييت في الغرب اسر الحرب السوفييت المعادون للشيوعية والذين انتقلوا الى المعسكر النازي مصير هؤلاء بما في ذلك اسر الحرب الحقيقيون والذين حاربوا بشجاعة من اجل بلادهم كان غالبا الموتى او معسكرات الاعتقال من بين القادة الذين جلسوا في مؤتمر ريالتا كان فرانكل روزفيلت فريدا بكونه الزعيم الوحيد بين الزعماء الثلاثة الذي اخضع الزعامة الحربية لقرارات بلاده فيما كانت شيرتش يجلس على قمة تحالف في زمن الحرب عمل على تعليق الديمقراطية البريطانية طوال فترة الحرب كان السال بالطبع ديكتاتورا حيث اكثر ديكتاتورية من هتلر في عدة طرق حيث جاء الاخير للسلطة بشكل ديمقراطي وحظي بدعم الشعب الالماني الحقيقي لم تكن آلية الدستور الامريكي لتتوقف من اجل الحرب في نوفمبر عام اربعة واربعين خاض روزفيلت انتخابات الرئاسة لدورة الرابعة قياسية فاز روزفيلت لكن هذا الفوز لم يكن ساحقا تقدم على منافسه الجمهوري توماس ديوي باربعمائة وثلاثة عشر مقابل مائة وثمانية عشر صوتا في مجلس الشيوخ وفي الانتخابات العامة فاز روزفيلت بثلاثة وعشرين مليون صوت مقابل عشرين مليون صوت لديوي كان ذلك عرضا للاسباب التي دخلت فيها امريكا الحرب دليلا على قوة الديمقراطية ويحتضر بشكل سري وفاته في العاشر من ابريل لعام خمسة واربعين وهو في الثالثة وستين من عمره جاءت كمفاجأة مذهلة للعالم رفض العديد من الجنود الامريكيين تصديق النبأ في ذلك اليوم ادى نائب الرئيس هاري ترومان القسم بكونه الرئيس الثالث والثلاثين لامريكا لم يكن ترومان معروفا كثيرا وكان عديم الخبرة وخلال ادائه اليمين القانوني سحبه وزير الحربية الامريكي هنري سيمسون جانبا وكشف له اعظم سر حربي متفجرات جديدة القنبلة النووية وصل الحلفاء للاراضي الالمانية لاول مرة مع بداية اكتوبر عام اربعة واربعين كانوا السولوا على بلدة اخر الالمانية على الحدود بعد مقاومة شرسة في الحقيقة فان الحدود الحقيقية لالمانيا والتي كانت تشكل العائق الحقيقي هي نهر الرين كان ذلك اخر عائق طبيعي امام الحلفاء الهدف الاول كان الوصول الى ضفة النهر الغربية ثم الاستيلاء على تقاطع النهر وجد معظم الجنود معابر النهر مهدمة من قبل الالمان لكن القوات الامريكية السولت على جسر ريميجن بالصدفة في الجنوب فاجأ الجنرال الامريكي جورج باتون المدافعين الالمان بهجوم مرتجل والسول على جسر مينز في الشمال شن بيرنارد مونت جومري هجمة مخطط لها جيدا ادت الى الاستيلاء على اكثر من رأس جسر خلال ثلاثة اسابيع كان الحلفاء الغربيون السولوا على ضفة نهر الرين الشرقية ووقفوا مستعدين لفصل الحرب الاخير في اوروبا الغربية واحدة من اولى التحركات كانت محاصرة رور الاقليم الصناعي لالمانيا كانت سهل مقتنع بان هناك صفقة سرية بين الحلفاء الغربيين والمانيا والتي تقضي بان لا تقاوم المانيا هجمات الحلفاء في الغرب لتقوية وضع امريكا وبريطانيا في اوروبا الاوامر التي حارب الجنود وقتلوا بناء عليها اصبحت الان نتاج مناورات للقوة في اوروبا ارادت تيرتشيل ان يسرع الحلفاء ويصلوا الى برلين العاصمة الالمانية قبل الروس لكن الامريكيين كان لهم تفكيرهم الخاص حيث اتخذوا قرارا بالسماح للروس بالسيلاء على برلين مع اقتراب الحرب في المانيا من نهايتها ظلت القوات الالمانية في ايطاليا تقاوم الحلفاء وفي بداية ابريل شنت جيوش الحلفاء والتي تمكن الالمان من ايقافها هجوما كاسحا على خطوط الدفاع الالمانية شن الحلفاء غارات جوية مدمرة تحت تغطية القصف المدفعي المكثف وظل الالمان يتوقعون هجوما للمشا يتبع ذلك لكن ظلوا يتعرضون للقصف المكثف وفي النهاية عندما بدأ هجوم المشا كان الجنود يمتلكون تدريبات خاصة ومعدات ومشرت العوائق في الاراضي الايطالية واخيرا انهارت المقاومة الالمانية ووقعوا في المصيدة وظهورهم باتجاه نهر بول كانوا قد خسروا المعدات والعربات الثقيلة واجبر هؤلاء الالمان للنجاة بحياتهم وقعت بولونيا في عيد الحلفاء في الحادي والعشرين من ابريل انطلق الموالون في ثورة واستولوا على مدينة ميلان وتورينو الشعب الايطالي الذي بدأ الحرب كاعداء استقبل جنود الحلفاء كمحررين في الثامن والعشرين من ابريل فيما كان هتلر يجلس في خندق في برلين ويتأمل في قتل نفسه وقتل النازية جاءت نهاية الدكتاتور الايطالي الفاشي مسوليني كان مسوليني يخطط للهرب الى جبال الالب الايطالية وقام بمحاولته الاخيرة وفيما كان متخفيا بين الموالين الذين كانوا يدافعون والقي القبض عليه وقتل وقد علقت جثته وجثة عشيقته على عمود كهرباء في احد شوارع ميلان كانت معركة جزيرة ايوجيما انذارا مخيفا لما قد يواجهه الجيش الامريكي الذي كان عليه المشاركة في المعركة الاخيرة العظمى من حرب المخيط الهادئ معركة اوكيناو فيما يتعلق بالاعداد وحجم العمليات كان انزال نورماندي فقط يتفوق على غزو اوكيناو كانت اوكيناو تقع على بعد 500 كيلو متر من اليابان كانت الوقفة قبل الاخيرة شارك الامريكيون باكثر من نصف مليون جندي و122 سفينة حربية انضم الاصول البريطاني الى الاصول الامريكي في المخيط الهادئ سبق عملية الانزال في الاول من ابريل قصف السفن والطائرات المكثف وكما كان الحال في ايو جيمة انسحب قائد القوات اليابانية بجيش الى داخل الجزيرة حيث اتخذت لها مواقع دفاعية محصنة لم يكن هدفه رد الغزو بل لقتل اكبر عدد ممكن من الغزاء وبعد ستة ايام من عملية الانزال شنت البحرية اليابانية هجمات كاميكازي الانتحارية المكثفة ونفذت اكثر من 1900 هجمة كاميكازي وتسببت في خسار فادحة للحلفاء لم يشهدوا مثيلها اضخم عدد من هجمات الكاميكازي تبعه ما قد يكون واضخم مهمة انتحارية فردية اطلق يامات واضخم بارجة في العالم في مهمة كاميكازي بمفردها كان عليها شق طريقها عبر اساطير الحلفاء والتوقف عند شاطئ كيناوة لتصبح بذلك بطارية عملاقة غير قابلة للغراء لكن البارجة غرقت في طريق اداء مهمتها استمر القتال من ابريل حتى الثاني والعشرين من يونيو ومن بين السبعة والسبين الف مدافع ياباني اسر اقل من عشرهم غرقت ست وثلاثون سفينة حربية امريكية معظمها جراء هجمات الكاميكازي قتل حوالي خمسة الاف بحار وثمانية الاف جندي مارنز امريكي زرح حوالي اثنين وثلاثين الف جندي وسقطت اكثر من سبعمائة وخمسين طائرة امريكية اوضحت كيناوى للامريكيين بان اليابانيين سيجعلون هم يدفعون ثمنا غاليا مقابل اي غزو للجزر اليابانية وكان هذا الثمن يثقل كاهل اولئك الذين كان عليهم قيادة القوات الامريكية ربما كانت طبيعة الهزيمة الشاملة التي لحقت بالمانيا هي السبب في عدم مواجهة جيوش الحلفاء المحتلة لاية مقاومة وفي خضم الفوضى المتزايدة والتي وصل فيها القتال فوق عراض الرايخ اصدر هتلى رامرا بانشاء ما اسماه بالاستحكامات الوطنية وهي عبارة عن اقليم محصن يقع في جبال بافاريا الجنوبية معقل النازية هذا المعقل الوطني يتولى الدفاع عنه الذئاب البشرية ارهابيون نازيون متطرفون يقومون بعمل المقاومة السرية قال نائب هتلر مارتين بورمان ولد الذئب البشري من الاشتراكية القومية والتي لا تقيم اي اعتبار لاي شيء اخر ولا تعرف سوى الحقد سيكون الحقد مصدر انتقامنا وسيكون صرخة الحرب بالنسبة لنا اصبحت الذئاب البشرية عام خمسة واربعين غير حقيقية كالاساطير المتعلقة بالوحوش في الحرب العالمية الثانية اثبتت المدن بانها تحصينات قوية ربما كانت افضل من التحصينات المعقدة التي بنيت كخط مجن متاهات الشوارع مع ابنيتها العامة والممرات كانت تشكل تحصينات جاهزة للمدافعين واصبحت المجاري والقنوات والاقبية ملاجئ ارضية جاهزة وكلما تعرضت المدن للدمار المتزايد من المدفعية والقصف الجوي كلما ازدادت سهولة الدفاع عنها ومع اقتراب الجيوش الروسية من برلين تقهقر هتلر الى ملجأ تحت المدينة طوال ربيع عام خمسة واربعين حشد الروس القوات من اجل المعركة الاخيرة وانطلقت هذه القوة الهائلة في العاشر من ابريل رغم الوضع اليائس للريخ الثالث لكن الالمان ظلوا يقاتلون دفاعا عن برلين لاخر لحظة في السادس في السادس والعشرين من ابريل قام اربعمائة وستون الف جندي روسي و الف وخمسمائة دبابة وثلاثة عشر الف مدفع وستة وعشرون الف قاذفة صواريخ بمحاصرة مركز المدينة اختبأ المدنيون في الاقبية تحت القصف بلا ماء او طعام وخلف الروس المتقدمين في الصف الامامي جاءت موجة اخرى من الجنود الروس بعضهم كانوا اسرى تم تحريرهم وانطلقوا بدافع الانتقام بالقتل الجماعي والاغتصاب والعربدة العديد من النازيين الذين حاربوا في اخر معركة كانوا صدفة من البلجيكيين والهولنديين والفرنسيين الذين تطوعوا لمحاربة الشيوعية وبعد ان اصبح الروس على بعد بضعة امتار انتحر هتلر قبل موت هتلر بساعة كان الجنود الروس والقبض على قيادة الرايخ كان هتلر عين الادميرال كاردونيتز خلفا له ليكون قائدا للشعب الالماني بعض الذين بقوا في السلطة بعد مقتل هتلر كانوا يعتقدون بانه ما زال بالامكان عقد مباحثات سلام الجواب الوحيد الذي اعطاه الروس كان المطالبة باستسلام غير مشروط وكذلك المزيد من القصف المكثف في الثاني من مايو طالبت القوات الالمانية التي تدافع عن مدينة برلين بوقف اطلاق النار وعند الساعة الثالثة صباحا صمتت المدافع الروسية انتهت اخر معركة تجري في الحرب الاوروبية مع صوت الرهيب لاجراس الموت وخلال الاسابيع الثلاثة من القتال على برلين خسر الجيش الاحمر عشرة في المئة من قوته وهي اكبر خسارة خلال الحرب بعيدا عن الخسار الكبرى في الايام الاولى من عملية بربروسة الايام الايام الاخيرة للرايخ شهدت محاولات تجنب الغضب الروسي حاول دونتز كسب الوقت لتتمكن الجيوش الشرقية من الانسحاب اما القوات في الغرب فتعرضت للمحاصرة في اليوم الرابع من مايو استسلمت هولندا والدنمارك وشمال غرب المانيا الى الجنرال الانجليزي منتغومري في الخامس من مايو عرض الالمان لاستسلام لجميع القوات الامريكية وكانوا يأملون في كسب الوقت ثانية اخبر ايزنهاور الالمان بان الاستسلام غير المشروط هو العرض الوحيد تم الاتفاق على ان تتوقف عمليات الجيش الالماني في الثامن من مايو تم التوقيع على الاستسلام في ريمز بمقر ايزنهاور في فرنسا شك السال في وجود خيانة وطالب بالتوقيع على استسلام منفصل لبرلين اعتبر الثامن من مايو يوم النصر في اوروبا في اوروبا صارت امواج بشرية مزرية عبر انقاض المدن والشوارع تبحث بكل ياس عن الطعام والمأوى والامان بين حطام المدنية وفي شوارع المدن والبلدات والقرى البريطانية والامريكية كافة ملأت الجماهير الهائجة الشوارع احتفالا بالنصر في الحلقة القادمة من الحرب العالمية الثانية القصة الكاملة يستيقظ العالم من حفلة يوم النصر ليدرك بانه ما زالت هناك حرب يجب خوضها الفصل الاخير من مأساة الحرب يجري في المحيط الهادك لقد قدف القدر بهاري تروما نحو محور الاحداث هذا السياسي المغمور والذي جاء الى سدة الرئاسة جراء وفاة فرانكلين روزفيلد يجد نفسه مجبرا على اتخاذ قرار يعمل على انهاء الحرب بضربة واحدة خياره هو هل يتوجب عليه استخدام القنبلة النووية ضد المدن اليابانية ام لا تواصل قوات الاتحاد السوفيتي القتال لبضعة ايام بعد يوم النصر لتضمن بان تعكس خريطة اوروبا غقد السال وشكوك وفي مؤتمر بوتسدام يتم تقسيم المانيا تقسيمها لاجزاء تستمر لجيلين تقريبا في بوتسدام يقوم وجه جديد بتمثيل بريطانيا حيث ناتشيرتشيل يخسر انتخابات ما بعد الحرب وبين انقاض اوروبا تتحرك الكتل البشرية الهائلة لاعادة بناء القارة وتبرز خطة مرشال الامريكية لضمان مستقبل مستقر تتحرر الهند من الاستعمار البريطاني وفي مستعمرة فيتنام الفرنسية يبدأ الصراع من اجل الاستقلال ويسقط الستار الحديدي حيث تبرز الامبراطورية السوفيتية مع وقوع اوروبا الشرقية كافة تحت سيطرة الاتحاد السوفيتي اشتركوا في القناة طموحات هتلر السوداء وحلمه بان يسيطر الجنس الالماني على العالم تحطمت جميعها بين انقاض برلين وقلبت موازين النازيين التي شملت للسيلاء على كل مدينة اوروبية كما كلفتهم ملايين الارواح في ربيع سنة خمس واربعين تقدم الجيش السوفيتي السابق دون هوادة في مدن المانيا الشرقية وسلب المدن وقتل اهلها كنوعا من الثار من شعب الرايخ الثالث في سماء المانيا تجلت القوة الحقيقية للتدمير حيث قامت الطائرات الحربية الامريكية والبريطانية بالطيران والتحليق دون معارضة وببساطة نشرت الدمار والخراب في كل مدينة المانية وبتغلغ لقوات الحلفاء في عمق المانيا النازية تكشفت خفايا الظلم والاضطهاد الالماني للناس والبشرية وصعقت في مجابهة مخيمات الاسرى وغيرهم ممن سجنوا وعذبوا كان الجنود الذين يحاربون في الايام الاخيرة من الحرب العالمية على علم بان قادتهم لا يخوضون الحرب لاجل النصر او لانهاء الحرب بل كانوا يحاربون ويناضلون ليبدأوا السلام اما القائد السالين فقد اجتمع مع الانجليز والامريكيين على مضض اذ كان يشك بهم وبنواياهم بان يتحالفوا مع عدوهم الان وهو هتلر للقضاء على الاتحاد السوفيتي وفي المقابل قلق الانجليز والامريكيون من النوايا التوسعية للاتحاد السوفيتي التي تسعى لتحل مكانا نازية من خلال نزعة سادية لاحتلال الامبراطورية الاوروبي وفي خضم النار التي احترقت بها برلين توفي هتلر بارادته الشخصية اما الديكتاتور الايطالي موسوليني فقد اعدم وعلق جسده بمهانة عبرة للناس بينما كان الشعب الامريكي والبريطاني يحتفل في الشوارع بالنصر في اوروبا بدأ الاعداد لمواجهة اخرى في اوروبا استعدادا لاحتدام القتال في الجانب الاخر من العالم استمرت المعاناة وكانت هناك بالفعل حرب عالمية موسيقى كان الثامن من اغسطس عام 45 يوما مهما حيث تم الاتفاق بالقاء الجنود الالماني اسلحتهم في جميع مواقعهم حول العالم دون شروط والتوقف عن اطلاق النار في ذلك التاريخ لكن المعارك توالت لايام عدة في اوروبا حيث واصلت تشكيلات منعزلة من الجنود الالمان القتال على الخطوط الامامية وفي عمق الاراضي الفرنسية المحتلة كما وصل الجنود الالمان المتحصنون في مناطق بعيدة الى المحيط الاطلسي وواصل الحرب لكن هذه التشكيلات طوقت وعزلت وتجاوزتها قوات الاحتلال باعتبارها غير مهمة بالنظر الى الصورة الاكبر للحرب واستسلم هؤلاء الجنود بعد الاعلان الرسمي عن انتهاء الحرب موسيقى لكن القائد السال لم يقبل بالاستسلام وطالب بمعاهدة سلام منفصلة وامر الجنود بالاستمرار في التقدم حتى بعد ان استسلم الالمان وتقدم الجنود السوفيت الى عنق تشيكو سلوفاكيا على امل ان تتوسع رقعة المناطق الواقعة تحت سيطرة الشيوعية موسيقى بعد ثلاثة ايام من انتهاء الحرب توقف السوفيت عن التقدم ولم يكن يفصلهم عن مدينة براغ سوى مسافة قصيرة كان الجنود الالمان الذين حاربوا في هذه المعركة الاخيرة فصيلا كاملا من اسر الحرب السابقين في المانيا الذين غيروا من مواقفهم وحاربوا السالم فقد رأى الملايين من الشعب السوفيتي الالمان بانهم محررين وكان مستقبل هؤلاء الرجال الاعدام والحرق والنفي الى معسكرات العمل في اقاص الشمال في ذلك اليوم عندما وقف وينسون تشيرتشل مع الملك جورج ليحيي شجاعة الشعب البريطاني فربما كان يعلم بان وقته قد حان مثله كمثل هتلر فقد اعتلت تشيرتشل سدة الحكم ايام الحرب وكان رجلا مقرونا بالحروب التي وقعت في الثلاثينيات لم يلبث عنادو تشيرتشل وقوة شكيمته بان اصبح السلاح الوحيد لبريطانيا في مواجهة قلاقل وحرب الاربعينيات عنادو تشيرتشل سعده في ابقاء بريطانيا حية حينما كان من الاسهل لاستسلام لهتلر وان تخطيطه لجر امريكا الى الحرب كان له الاثر الكبير في هزيمة المانيا النازية كما ارادت تشيرتشل من الحلف الحكومي الذي خاض سنين الحرب معه بجميع احزابه السياسية الاسمرار في زمن السلم لكن حزب العمال رفض فاستقالت الحكومة وعلى رأسها تشيرتشل الذي دعا الانتخابات عامة ورغم ان الناس صفقت له اينما ذهب الا ان حزب المخافظين الذي ينتمي له تشيرتشل ابتلي بهزيمة ساحقة في الانتخابات حيث فاز حزب العمال باغلبية المقاعد في البرلمان كما وصف بالزعيم الفاشل وقت السلم وان سياساته كانت قريبة لسياسات الثلاثينيات التي اتت بالفقر والبطالة للشعب البريطاني الذي امن بان الحرب كانت لتأمين مستقبل افضل وان وقت السلم يجب ان يكون افضل من الثلاثينيات كما شاءت الظروف بان يكون رئيس وزراء بريطانيا في اواخر ايام الحرب وبداية وقت السلم هو كليمنت اتلي رجل متواضع وهادئ في امور كثيرة وهو بعكس شخصية تشيرتشيل المعروفة كان اتلي مثل بريطانيا في مؤتمر بوتسدام الذي عقد بين السابع عشر من اغسطس والثاني من يوليو عام خمسة واربعين كان هذا المؤتمر هو الاخير بين القوى الثلاث المهمة وهدف الى رسم خريطة المستقبل في اوروبا وطبيعة المجتمع الذي سيعيش فيه الشعب الاوروبي تم ضم بولندا الى المجتمع الاوروبي لكن الاتحاد السوفيتي اقتطع الجزء الشرقي منها وتم تعويض بولندا باراض اقتطعت من المانيا الشرقية ووصف الاعلان النهائي للمؤتمر هذه الاقتطاعات بانها مؤقتة بانتظار مؤتمر السلام النهائي كما انه اجاز التطهير العرقي حيث دفع بالملايين من الالمان الى الجهة الغربية وفي الواقع كانت هذه الاتفاقية غير مقبولة من المانيا الى ان قبلتها عام 1990 حينما انسحب الجيش السوفيتي نهائيا كانت الامبراطورية اليابانية والاتحاد السوفيتي في سلام حتى يوليو عام وكانت اليابان قد طلبت مناقشة السلام مع بريطانيا وامريكا من خلال الاتحاد السوفيتي لكن مؤتمر بوتسدام اخطر اليابان بانه لا مجال للتحدث ومناقشة السلام اذ يجب ان يكون غير مشروط وان اليابان سيتم احتلالها وانتزاع جميع المستعمرات منها والقادة اليابانيين ستتم محاكمتهم لجرائم الحرب التي ارتكبوها والاهم من ذلك سيتم تحضير المجتمع الياباني وجعله ديمقراطيا عنوة من المتناقضات ان نرى الجيوش التي اسمت في دحر المانيا وقواتها تلتقي معا وهي الجيوش البريطانية والامريكية مع الجيش السوفيتي القادم من الشرق ان هذا الاتحاد بين قطبي العالم انظر بقوة الهزيمة التي اوقعت بالنازيين ان هذه الصور التي تمثل التناغم بين القوات المتحالفة سوف تحل قريبا وتستبدل بصور اخرى تدل على عدم الثقة والحذر وقد قرر مؤتمر بوتسدام بان يتم تقاسم الاراضي الالمانية الى مناطق احتلال تسيطر عليها جميعا قوات الحلفاء اصر الروس على ان تتراجع القوات الامريكية والبريطانية التي تغلغلت في اراضي المانيا الشرقية وفي المقابل دفعت روسيا بقواتها الى غرب المانيا مؤسعة بذلك حدود الرقعة الشيوعية تم تقاسم المانيا بين امريكا وبريطانيا وروسيا حتى ان العاصمة برلين والتي كانت تحت السيطرة السوفيتية تمت تجزئتها الى مناطق احتلال وبقيت محتلة الى العقد الاخير من القرن العشرين واعتبرت جزيرة غربية في قلب المستنقع السوفيتي ازيمة النازية كانت الهدف الاساسية لقوات الحلفاء الثلاث امريكا وبريطانيا وروسيا وكان على الشعب الروسي والاتحاد السوفيتي تقديم التضحيات والثمن الاكبر للدمار والخراب وتحولت روسيا الى ساحة للمعركة وقودها الجنود السوفيت ومن موقع كانت فيه القوات الالمانية على ابواب الكريمل عام 41 تمت هزيمة الالمان وانعم على السال بالنصر والنظام السوفيتي كان الذي بدأ بمعركة من اجل البقاء قد انتهى بنصر ساحق بعد ان تقدم الجيش الاحمر الى الغرب تخلى الاتحاد السوفيتي في الثلاثينيات عن فكرة نشر مبادئ الثورة المثالية حيث اختار السال بناء القوة المطلقة في روسيا بدلا من الانخراط في امور التجديد السياسي ومع هزيمة هتلر فاز الاتحاد السوفيتي باراض ومناطق جديدة وكان يجب الاسراع في التخطيط للسيطرة على هذه الارض الحقيقة التاريخية ان السالم كان مسؤولا عن الكثير من عمليات القتل التي يضاهي بها هتلر وان نظام السالينية كان ارهابيا في المبدع والتطبيق اكثر من النازية ساهمت شيرتشيل بمثال مميز للغة الانجليزية عندما تحدث في ولاة مزوري عن السطارة الحديدية قائلا من ارض البلطيق الى ابعد بعد في الادرياتيكي انا ملتزم باعادتها للوطن خلف هذه السطارة الحديدية عاش جيلان من الشعب السوفيتي كخدم في الامبراطورية السوفيتية واصبحت اوروبا الشرقية مكانا حزينا لم يرغب اهلها سوى بالهرب منه بينما بدأت الحياة الطبيعية تسود اوروبا ويعم السلام المنطقة انتهت الحرب في منطقة المحيط الاطلسي وبدأت اليابان بحصاد ثمار الهمجية العسكرية والاضطهاد في اغصص عام 45 قامت طائرة وحيدة بتغيير مجرى التاريخ حيث قامت قاذفة امريكية من طراز بي 29 بالقاء القنبلة الذرية الاولى على هيروشيما واماطط لثام عن اكبر سر عسكري للحلفاء في الحرب سمي فيما بعد مشروع منهات او القنبلة الذرية صنعت القنبلة لاستخدامها ضد النازيين بعد ان زادت المخاوف بان العلماء الالمان بدأوا بصناعة قنبلة مماثلة وعندما نجول بنظرنا في اشلاء المدينة التي دمرت في لحظات وحتى في ربيع العام 45 عندما سيطر الامريكيون والانجليز على برلين وصوب الروس البنادق على الالمان سقطت قنبلة ذرية صغيرة على مجموعة من الجنود الروس وصاروخ برأس ذري بي 2 اطلق على لندن وصاروخ اخر بي 2 برأس ذري ارسل بحرا ليطلق على نيويورك لقد تمكن العلماء الالمان في اللحظات الحرجة الاخيرة من تحويل مرارة الهزيمة الى نصر باستعمال هذا السلاح الفتاك لم تملك المانيا الموارد الطبيعية او العدد الكافي من الخبرة والعلماء لصنع مثل هذه القنبلة حتى ان العديد من العلماء الذين بنوا القنبلة الذرية الامريكية كانوا علماء اوروبيين يعيشون في المنفى ان مشروع منهات بحد ذاته يمتلك تاريخا خاصا به اذ تطلب مثل هذا المشروع بناء وحدة صناعية ضخمة يعمل بها اكثر من ستين الف عامل عندما فحصت القنبلة الاولى في صحراء نيو مكسيكو واثبتت انها ذات فعالية كانت المانيا النازية قد هزمت ويبقى السؤال التاريخي لماذا القيت القنبلة الذرية على اليابان اثبتت المشاهدات ان الجنود اليابانيين سيدافعون حتى الموت عن الجزر اليابانية وان السعمال القنبلة سوف ينقذ الالاف من الارواح ارواح الجنود الامريكيين بالاضافة الى ان القنبلة قد تكون انتاجا جديدا يدعم السياسة الامريكية اصبح واضحا ان الاتحاد السوفيتي سيصبح عدوا وان القنبلة الذرية ستكون الورقة الرابحة في اية مناقشات معهم في عالم ما بعد الحرب اذ لا يمكن وصف الدمار الشامل والقوة الهائلة في كلمات بسيطة او باجراء اختبارات وكان يتوجب اظهار قوة هذا السلاح وفعاليته في ايام الحرب لاطلاق الرعب في نفوس الاخرين بينما توفي اكثر من 78 الف ياباني من قوة القنبلة على هيروشيما طالب بيان لوزارة الخارجية الامريكية بان تستسلم اليابان او تتوقع زخا من الدمار الجوي لكن اليابان امتنعت عن الرد وعليه القيت قنبلة اخر على نجازاكي وقتل اكثر من 25 الف اعلن الاتحاد السوفيتي الحرب على اليابان في الثامن من اغسطس اذ ان هذا الخط الدفاعي لم يعد مهما بالنسبة للسوفيت واستغل السال الفرصة المواتية لهزيمة اليابان ليسيطر على المزيد من الاراضي اليابانية في الجزر الشمالية اضافة الى كوريا الشمالية وبعد خمسة ايام من الهجوم على نجازاكي قام الامبراطور هيروهيتو بكسر الصمت والاعلان للشعب الياباني عن الاستسلام وامرهم بالاستعداد لقبول السلام في الثاني كنرال دوغلس مكارثر على وثيقة السلام اليابان في خليج توكيو لنأمل ان يسود السلام العالم وان يحمي الله العالم على الدواء واعلنوا انتهاء كل الاجراءات وانتهت الحرب العالمية الثانية مرة اخرى غمرت لاحتفالات شوارع امريكا وبريطانيا احتفالا بهزيمة اليابان واصبح من الممكن النظر الى المستقبل بتاكيد اكثر من الماضي وبدأت مسيرة اعادة تاهير القوات المسلحة وذلك لدخول المجتمع المدني ففي بريطانيا وحدها كان يعاد تاهيل مائة وسبعين الف جندي من الجنسين الى الحياة المدنية شهريا وفي كل من المجتمعين زادت فرص العمل مما يعني ان ايام التقاعد لا تزال بعيدة اما بالنسبة للنساء فان السلام كان يعني العودة للدور التقليدي لهن في الحياة المدنية او بعبارة اخرى انشاء العائلة اعتبرت هذه الايام فترة الانجاب الكبيرة ووصفت على ان الجميع شغل بانجاب الاطفال اما بالنسبة لجنود الحليفين الرئيسيين فكانت بهجة العودة تاخذ اشكال متباينة اذ عادت امريكا الى بلد لم يتأثر بالحرب وعادت الى مجتمع يمتلع بالثقة ويتحفز الى العمل اما الجنود البريطانيون فقد عادوا الى بلدهم التي دمرتها الحرب والغارات الجوية عادوا الى بلاد مفلسة وبنية تحتية صدئة ومتااكلة واصبح دورها كامبراطورية كبرى مشكوكا فيه وتصعب العناية بها من اثار الحرب كان الموت البطي للمستعمرات التي تسيطر عليها الامبراطورية والذي ادى بالتالي الى قرار بريطانيا عام 47 بترك الجوهرة في التاج البريطاني وهي الهند من التناقضات العنيفة ان اليابان خاضت الحرب مدعية انها ستحرر اسيا من قوال السعمار وان حرب بريطانيا في بورما والمحيط الاطلسي كانتا لحماية تلك الامبراطورية وبعد انتهاء الحرب اصبح من الصعب على بريطانيا ان تؤمن الموارد اللازمة لمتابعة السيطرة وحكم هذه الامبراطورية واصبح الهم الاكبر للحكومة البريطانية الاهتمام بالدولة وشؤونها الداخلية في فترة مع بعض الحرب والنهوض باقتصادها لذلك كان قرار ترك الهند سريعا حيث انهى قرنين من الاحتلال البريطاني للهند واتخذ القرار نهائيا في عامين وان الافرازات المتأتية من انتهاء الحكم البريطاني بانشاء دولة اسلامية في باكستان ودولة هندوسية في الهند ادت الى هجرة كبيرة للشعبين والمزيد من الموت نتيجة للخلافات الطائفية في السنوات التالية بدأت المستعمرات بالانخراط في خضم العالم واستغرب العديد من الانجليز سبب دخولهم الحرب اذا كان الثمن هو الاستغناء عن كل الطرف والمزايا التي تربوا عليها اما تشيرتشيل فلم يبدي اي اهتمام بالحقائق المنبثقة عن فترة ما بعد الحرب واصر بشدة على المحافظة على الواقع البريطاني الذي يجب ان يستمر دون هوادة وباستقلال الهند اصبحت بريطانيا تتقهقر ببطء من جميع المستعمرات حول العالم وان لم يكن الامر مقبولا بنفس الوتيرة اما فرنسا فقد شعرت بمرارة اكبر من بريطانيا عندما بدأت تفقد مستعمراتها حول العالم فقد تم احتلال فرنسا وهزمت في الحرب ولم يجد الكثير من الفرنسيين تفسيرا مرضيا لاسباب هزيمتهم ولاحقا احتلالهم وبعكس بريطانيا قامت فرنسا بتكريس احتلالها وسيطرتها على المستعمرات وحاولت الرجوع الى الوضع الطبيعي في الهند الصينية والتي تعرف هذه الايام بفيتنام بمجرد ان وجدت فرنسا السلامة في اوروبا باشرت حربها ضد فيتنام وتحديدا ضد الجيش الوطني لتحرير فيتنام بقيادة هوشيمين وكانت هذه الحرب تجربة طويلة واليمة للفرنسيين وقد تكبدوا تسعين الف قتيل وتكبد شعب فيتنام الملايين انهاء السيطرة على المستعمرات كان من ثمار انتهاء الحرب العالمية الثانية واتاح المجال لهذه الفترة من التاريخ بالاتساع والتمدد اذ اصبح الاستقلال مقرونا بالحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي وحلفائه السابقين وان الحرب في فيتنام اصبحت معركة من معارك الحرب الباردة التي اشترك فيها الفيتناميون المسلحون والمدعومون من الاتحاد السوفيتي بينما مولت الولايات المتحدة وقامت بتسليح الفرنسيين استقلال الهند اوجد بلدا كبيرا للديمقراطية فالهند ثاني اكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان وبسبب الحرب العالمية الثانية تأثرت الصين وهي اكبر دولة في العالم من حيث السكان ولكن لم تتجه للديمقراطية عانت الصين اكثر من الجميع حيث تحملت للطهاد والاحتلال منذ عام سبعة وثلاثين وتحملت الحرب الاهلية الطويلة بين الجيشين الثوري الشيوعي الذي قاده موتسي تونغ والقوات الحكومية بقيادة الجنرال تشانج هاشك والذين اشتبكا في حرب غير واضحة مع الجيش الياباني المستعمر هذه الاحداث ادت الى هجرة واسعة للسكان وتشتتهم في ارجاء الاراضي الصينية بعد ان هزم الاستعمار الياباني تواصلت الحرب الاهلية من حيث وصلت واستخدم موتسي تونغ اساليب الحرب الثورية التي اتقناها ضد الجيش الوطني ورغم تمتعهم بالدعم الامريكي هزموا بشدة وتراجعوا الى جزيرة تايوان حيث اسسوا حكومة في المنفى وفي بكين اعلن موتسي تونغ جمهورية الصين الشعبية وبدأ تهديد جديد في العالم كان من افرازات الحرب العالمية الثانية كان من اثار الحرب العالمية الثانية ايضا ايجاد دولة جديدة وهي اسرائيل حيث ان الامبراطورية البريطانية المترامية الاطراف في العالم شملت جزء بسيط من تلك الاراضي في فلسطين والتي احتلتها بعد الحرب العالمية الاولى الامبراطورية التركية تعهدت بريطانيا بتاسيس وطن قومي لليهود وهو وعد لم يزل في طور التطبيق عام خمسة واربعين عندما بدأت الاسرار بالتكشف والحل النهائي لليهود اصبح معروفا اصبح امر تاسيس وطن للشعب اليهودي مغريا اصبحت الاراضي الفلسطينية مسرحا للعمليات الارهابية وكان تجمع اليهود يقذف الحجارة على الجنود الانجليز وبدأت السفن البريطانية باعتراض السفن التي تحمل المساطنين اليهود القادمين من بقايا احياء معسكرات العمل والاسر النازية رفض العرب الفلسطينيون ان يصبحوا جزءا من دولة يهودية وكل المحاولات البائسة لاجاد حل دبلوماسي فشلت اذ انه لا توجد ارضية مشتركة للتفاهم بين الانجليز واليهود والعرب عندما انتهى الاحتلال الانجليزي عام ثمانية واربعين والذي كان هروبا من ورطة كبيرة غير قابلة للحل اعلن مولد اسرائيل كدولة جديدة كل هذه الاحداث والنزاعات ادت كذلك لتطوير الاساليب والالات المستخدمة في الحرب وقام العلماء والباحثون باختراع اسلحة جديدة ضرورية لالة الحرب المتقدمة بينما استحدث القادة العسكريون طرقا جديدة لاستخدام هذه الاسلحة كل هذا ادى الى سباق في التسلح لاختراع اسلحة مرعبة ووصل الجميع الى نتيجة ان استخدام الصاروخ العابر للقارات محملا برأس نووي سيغير مجرى التاريخ وفلسفة الحرب الا انهما لم يستخدم الان في وقت الحرب اضافة الى ذلك تم اختراع طريقة حربية جديدة لا تقل فتكا او اهمية عن القنبلة الذرية ففي محاربة الاحتلال تم اتقان فن الثورة والحرب غير العادية وفي وقت احتلال اوروبا والصين قامت المجتمعات باختراع ما يسمى بحرب العصابات ورجال المقاومة حيث خاضوا حروبا سياسية اكثر منها حربا للاحتلال لقد اتبعوا اساليب القناصة والكمان وقتل المتعاونين مع العدو وقام هؤلاء الثوار بمزج خليط من الثورة السياسية الشيوعية مع القومية وحتى الان على المستوى الدولي في فيتنام كينيا قبرص ارلندا الشمالية وكوبا فان الثوار تم استخدامهم في الحرب بسبب الدوافع الاقليمية الشديدة في نفوسهم ضد الجيوش الاعتيادية خرجت الولايات المتحدة الامريكية من الحرب العالمية الثانية كقوة عظمى على السعداد لان تغزو وتحارب دون هوادة في اي مكان في العالم وقد طورت الولايات المتحدة تفوقا اقتصاديا وصناعيا على معظم دول العالم كما انها طورت الصناعات الحربية التي انتجت اسلحة متطورة يمكن للمؤرخين النقاش بان الولايات المتحدة كان لها نفس الموقف بعد الحرب العالمية الاولى اذا ادارت ظهرها للحرب وانغلقت على نفسها مما ساعد ومهد الطريق لنشوب الحرب العالمية الثانية فهؤلاء الذين لا يفهمون تاريخهم سيعيدون نفس الماضي لكن امريكا تعلمت درسا من تاريخها ولن تعيد الايام المريرة التي عاشتها عام 1918 ففي عام 1945 تبوات امريكا مركزا جديدا في عالم ما بعد الحرب حينها قال الرئيس الامريكي بان القوات الامريكية ستعود الى البلاد خلال عامين من احلال السلام في اوروبا لكن روزفلت لم يفي بوعده وراء رئيس ترومان بان امريكا تنزلق الى قوة اوروبية حيث بقيت قوات امريكية متمركزة في اوروبا ضمن حلف شمال الاطلسي ان اوروبا عام 1945 كانت مثالا على الكارثة الانسانية والدمار حيث ان احتفالات السلام القصيرة خبى بريقها عندما تكشفت الحقيقة المرة فالمرارة والصعوبات التي واجهها الشعب البريطاني ازدادت وطأة في ايام السلام ففي ايام الحرب استمتعت من الولايات المتحدة الامريكية في الخامس عشر من اغصص عام 1945 انهى الرئيس ترومان دون سابق انذار المعونات التي كان الانجليز يستعملونها لدعم اقتصادهم المتعثر باعادة تصدير هذه المعونات مقابل عملة صعبة يحتاجها الاقتصاد الانجليزي كانت النتيجة المؤثرة على الشعب البريطاني تقنين المعونات الشهرية مما زاد من مصاعبهم كما كان هناك اكثر من 30 مليون مهجر في اوروبا ممن فقدوا اموالهم ومنازلهم حتى ان بعضهم فقد هويته الاصلية هؤلاء الذين هجروا كان اغلبهم من الالمان الذين هربوا من شرق المانيا او انهم كانوا ضحايا التطهير العرقي في اوروبا الشرقية كان الفضل الاكبر يعود لجندي امريكي متمرس في اعادة بناء اوروبا واعطائهم الامل فالجنرال جورج مارشال خدم ايام الحرب كرئيس اركان الجيش الامريكي ثم وزيرا للخارجية الامريكية بعدها وقد رسم خطة املاقة للدعم الاقتصادي الى اوروبا والذي حمل فيها بعد اسمه كانت خطة مارشال جهدا كبيرا في توزيع الثروات ومكن اوروبا الغربية من الاستقرار والتقدم كان نصر عام خمسة واربعين قد سمح الاستالين بان يرضي غرور بان دفع الى الخلف الحدود والاعداء المحتملين حيث كانت خريطة ما بعد الحرب العالمية الثانية قد رسمت وفيها بولندا هنجاريا تيكوستوفاكيا رومانيا وبلغاريا واصبحت جميعا دولا شوعية تعمل لخدمة الخطة استالينية وبما ان موسكو رفضت الاذعان لخطة مارشال فقد تقهقرت اوضاع الشعب الروسي الى ادنى مراتب التقشف في اوروبا الشرقية لكن لازالت الحرب مستمرة حيث ان المداولات لانشاء نظام دولي للامن ما زال قيد النقاش في مؤتمر الامم المتحدة والذي مهد السبيل لاعلان الامم المتحدة كمنظمة تخضع للدروس المستفادة من الحروب العالمية وبعد الحرب العالمية الاولى تم تأسيس عصبة الامم التي لعبت دور حافظ السلام لكن هذا ادى بدوره الى لعب جزء في اندلاع الحرب العالمية الثانية عندما بدأ تصميم منظمة الامم المتحدة كان المخططون يسرجعون الاخطاء التي قامت بها عصبة الامم والتي كانت عبارة عن ناد لم يسمح بعضوية المانيا او الاتحاد السوفيتي حيث ادارة ظهرهما لعصبة الامم ولم ترغبا الانضمام فيما بعد لكن منظمة الامم المتحدة كانت شاملة ولعبت فيها الدول العظمى دورا رئيسيا في العشرينيات والثلاثينيات كان من السهل لاي دولة ان تتجاهل اية عقوبات تفرضها عليها عصبة الامم وبسهولة غادر هتلر العصبة بينما تجاهلت اليابان وايطاليا العقوبات المفروضة عليها في منشوريا واثيوبيا وغالبا ما كان ينظر الى عصبة الامم على انها ضعيفة ومترددة وكانت اخر عمالها فرض عقوبات على الاتحاد السوفيتي لغزوه فينلندا وعليه صممت منظمة الامم المتحدة لتكون البديل الفعال لعصبة الامم واستطعت اتخاذ القرارات الحاسمة وارسال جنود يحملون اسم الامم المتحدة ان مصطلح محاكمة القرن الذي اشتهرت به الصحافة الصفراء استعمل بفضاظة لوصف محاكمة الشخص العادي لكن الوصف ينطبق حقيقة على محاكمة نورنبيرغ في المانيا فقط عام ستة واربعين حيث قدم كل من بقي من القيادة النازية الى المحاكمة لكن الكثير من هؤلاء القادة تهربوا من المحاكمة بان انتحروا مثل قائدهم هتلر والذين حضروا المحاكمة كانوا مزيجا من القيادات السياسية النازية اشهر هؤلاء كان هيرمان جيري وعدولف هاس واجه المتهمون لائحة اتهام تضمنت خرق القانون الدولي مثل معاهدة جينيف المتعلقة بمعاملة اسر الحرب والمدنيين في الحرب والجرائم ضد الانسانية جرت وقائع المحاكمة امام قضاة من جميع دول الحلفاء ولو كان للتاريخ وجه اخر فكيف يمكن النظر الى قصف المدن الالمانية واليابانية وهجوم الغواصات الامريكية على اليابان وكيف سيستطيع النظام الساليني ان يتهم نظاما اخر بجرائم ضد الانسانية لكن الحقيقة تبقى ان المتهمين تمكنوا من الدفاع عن انفسهم وحصلوا على محاكمة عادلة لا يمكن لمحاكمة النازية ان توفرها لهم فقد استطاعوا التهرب بتبني عدم المسؤولية وتنفيذ الاوامر العسكرية واحيانا التشدد المتعصب للقومية الالمانية والولاء الاعمى لهتلر وقد برأت المحكمة بعض المتهمين بينما حكمت على البعض الاخر بالسجن او الاعدام وقد قام هورينغ بالانتحار وذلك للتهرب من المحاكمة بعدما صاح يعيش هتلر الفضائع التي واكبت الحل النهائي جعلت مجرمي الحرب اليابانيين يمثلون امام المحكمة بقضايا مثل مذابح اسر الحرب والمدنيين والتعذيب الجسدي ومرة اخرى دفع الكثير من هؤلاء القادة حياتهم ثمنا لجرائمهم ومن اكثر المعروفين في جرائمهم كان رئيس الوزراء الاسبق ايدي كايتوجو بدأت الحرب الباردة في اوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في برلين ففي مايو عام ثمانية واربعين قام الجنود السوفيت باغلاق مدينة برلين من الجهة الروسية ولم يسمحوا للقطارات والطعام بالوصول الى الجهة الغربية من المدينة كذلك لم يستخدم الشيوعيون الاجراءات العسكرية خوفا من اندلاع الحرب مع امريكا لكن هدفوا الى نشر المجاعة في الجزء الغربي من المدينة حيث اصبح مشروع مارشال في الغرب يهدد موقف واستقرار السوفيت في الشرق وعليه رفضت الامم الغربية الموضوع وقامت بما يسمى الجسر الجوي الى برلين لدعم الشعب هناك حيث هبطت الطائرات على مدار الساعة محملة بجميع اصناف البضائع وانواعها ومضت سنة كاملة قبل ان يتراجع السوفيت ان العشرة كيلومترات الفاصلة بين اكبر قوتين ذريتين اصبحت الشغلة الشاغلة للعالم طوال خمسين عاما وبدأت حرب للسفزاز والسنزاف والمجابهة لكن المعارك تم خوضها في بلاد اخرى وكيلة عن القوتين تعلم العالم عام خمسة واربعين دروسا من حرب وتاريخ عام ثمانية عشر فالطائرات التي وصلت الى برلين الغربية لدعم الشعب الالماني كانت تأتي بارزاق الجنود الغربيين المتمركزين فيها ايضا حيث ان ترك الشعب الالماني في مجاعة ومجابهة الهيمنة الروسية لن تكون له قيمة استراتيجية من ناحية اخلاء المدينة حيث ان الرئيس الامريكي وصف نفسه بانه من برلين وعليه تم توظيف هذا الوصف وتكريسه ولم تعاق برلين بالتعويضات المعوقة التي فرضها هتلر على الناس ايام الحرب لتمويل الالية الحربية فلقد بنى الجزء الغربي من برلين بنظام وديمقراطية واصبحت برلين الغربية عضوا كاملا في الاتحاد الغربي لكن برلين الشرقية حكمتها حكومة شيوعية واصبحت تحت عيون الاتحاد السوفيتي تلعب دور الشرطي الذي يحبس شعبه خلف جدار من الاسمنت المسلح والحديد وفي مقابل خطة مارشال وصل الجنرال دوغلس مكارثر الى اليابان الذي تسلم استسلام اليابان واصبح فيما بعد حاكم اليابان العام ووضع اطرا لنظام جديد وقد خط لها دستورا ديمقراطيا ينص على رفض العسكرية والاعتداءات لكن من خلال الصناعة والتطوير استطعت اليابان تحقيق ما تصب اليه من مكانة مرموقة من خلال الحملات العسكرية قالت شيرتشيل ان الارقام والحقائق في الحرب العالمية الثانية كانت اكثر ما اثار مخاوفا واضاف عند التحدث عن الحرب بلغة الارقام فانها تكشف حقائق مفجعة عن الخسائر البشرية التي تتجاوز الحدود الطبيعية تتل الخيال كان العدد الاكبر في الخسائر البشرية في الاتحاد السوفيتي حيث خسر ثلاثة عشر مليونا ونصف المليون جندي وثمانية ملايين مدني وعاش الاتحاد السوفيتي على حقيقة ان النساء يفوق عددهن الرجال بنسبة ثلاثة الى واحد وفي الصين مليون ونصف مليون جندي قتلوا لكن الخسائر المدانية وصلت الى عشرين مليونا اما فكرة اليابان عن التفوق البشري والتكبر على اصول الناس جعلها تنشر المجاعة في الصين بعد ان دمر الجيش الياباني جميع المحاصيل كانت الامم المهزومة قد حصدت جوائز الحرب حيث وصل عدد الجيش النازي الى عشرة ملايين ولم يرجع منهم اكثر من ثلاثة ونصف مليون جندي كما قتل مليونا مدني في المانيا تحت وطأة قصف الحلفاء خلال الايام الاخيرة للحرب في الشرق الاوروبي اما الجيش الياباني فقد كان عدده ستة ملايين جندي حيث قتل اكثر من مليونين وسبعمائة وخمسين الف جندي والخسائر المدانية وصلت الى مليون كانت الايدولوجية السياسية والجنس يحددان خبرة الحرب في البلاد المحتلة فلقد خسرت فرنسا ثلاثة ارباع مليون جندي ومائة وسبعين الف مدني تحت وطأة القصف الجوي لكن في بولندا فان العنصرية النازية ارتأت الشعوب اسلافية على انها منحطة واليهود على انهم اصل كل الشرور في العالم وعليه قتل ستة ملايين بولندي منهم ثلاثة ملايين يهودي كل بلد اوروبي ساهم في الحل النهائي لليهود وان كان البعض منهم قد ارسل اليهود الى معسكرات الاعتقال دون تردد وبعض الدول تقول انها بغض النظر عن مساهمتها فلم يكن لها اي دور فيما حصل الدنمرك ارسلت جميع السكان اليهود البالغ عددهم خمسة الاف وخمسمائة الى السويد التي كانت محايدة ولم يمت منهم سوى سبعة وسبعين يهوديا في بلغاريا هرب اليهود بسبب رفض الملك حينها بتسفيرهم حتى ان ايطاليا الفاشية رفضت تهجير اليهود ولم يتم ذلك الا بعد سقوط مسليني ورضوخ ايطاليا للنازية كانت بولندا تحت وطاة القصف السوفيتي ومن اصل مليون شكلوا الجيش البولندي قتل اكثر من ستمائة الف جندي ولم يبقوا لينعموا برؤية السلام عندما اكتشف النازيون جثث الضباط البولنديين التي دفنها الجيش الاحمر تكشف لهم ان السوفييت ليس الحلفاء الذين يثق بهم في الحرب العالمية الاولى خسرت بريطانيا خمسمائة الف جندي وحوالي سبعين الف مدني انها حقيقة من حقائق الحرب بان الجيوش يتم تدميرها بعد الهزيمة والمنتصر يدفع ثمن الانتصار غالبا اما امريكا فلم تخسر حربا بجيش قوامه ستة عشر مليون جندي لكنها خسرت ثلاثمائة الف جندي وليس اكثر من عشرة مدنيين ان الامم المهزومة تكبدت خسائر فادحة ودمارا شاملا ولم يكن ذلك حصرا على دولة معينة في العالم لقد خسرت البشرية اكثر من خمسة وخمسين مليون شخص حول الكرة الارضية بمرور الايام تعلمنا ان الحاضر يسبقه الماضي واننا نسافر في خط مستقيم من التاريخ الفريد والشخصي الذي تتخلله المشاكل الكبيرة للتاريخ ذاته ان تاريخ الحرب العالمية الثانية يمثل تاريخ البشرية بحد ذاتها ولكن مكان الحرب في التاريخ لا يزال مبهما وغير واضح المعالم للعديد من الناس فالناس في فرنسا وبريطانيا يتحدثون عن الحرب من عام تسعة وثلاثين الى عام خمسة واربعين بينما البعض يتحدث عن الحرب القومية من يونيو عام واحد واربعين الى مايو عام خمسة واربعين وتتحدث امريكا عن حرب بدأت في ديسمبر عام واحد واربعين الى اغسطس عام خمسة واربعين وفي الصين بدأت الحرب عام سبعة وثلاثين ولم تعرف متى انتهت الحرب ويمتلئ تاريخ الحرب العالمية الثانية بالتناقضات بين الهستيريا السالينية والعنجهية النازية وبان ابطال الحرب سيتفقون ثانية اصبح حقيقة حل منازيون باوروبا موحدة تحت امرة الرايخ الثالث بعد الحرب وان يكون البحر المتوسط المتنزه للشعب في الشمال الاوروبي وكلها تخضع للاقتصاد الالماني بينما تحدثت اليابان عن التقدم والتطور في العالم الذي لن يكون محتلا حيث تكون اليابان في موضع الصدارة وتبدأ الحرب وذكرياتها تخبو مع تقدم الذاكرة في التاريخ ويبدأ المعرخون بالابتعاد عنها مع اقتراب الصورة الاكبر للقرن الاشرين ويمكن القول ان الحرب العالمية الثانية هي جزء من نزاع بدأ عام اربعة عشر وانتهى عام تسعين وبعد ان غادر الروس وتفككت الشيوعية في العالم اتحدت المانيا مع اعدائها السابقين في اتحاد اقتصادي واحد يمكنهم فقط ان يكون مجموعة متحابة على هذا الكوكب ولا يعلمون بان الحرب خاضتها الجيوش ولكي ننتج برامج وثاقية في هذا الخضم من الزخم الصحفي ومن خبراتنا سنجد ان هتلر يتحدث ويخطب والدبابال تتقدم والقنابل تلقى ان لم نكن على علم بتاريخ الحرب فاننا نعتقد انها عساطير خيالية في مخيلة هوليوود ومنتجي البرامج التلفزيونية حيث يصورون القادة الوسيمين في هجومهم على الاسلحة السرية ويصورون المنتجين مثقلين بالارباح عائدين الى ارض الوطن في بريطانيا وهنا طائرة سبيتفير البريطانية تحلق في السماء الصافية لبريطانيا حيث يقول الشعب الانجليزي بان الحرب خاضها الجيش في صيف حار وهذه اسطورة فالحرب اشتعلت في صيف غائم وماطر اكثر من العادة والجيش الاحمر حارب الجيش النازي وحدا وفي امريكا يقال بان الاحذية العسكرية الامريكية ابقت الحرب مشتعلة وللعديد من الامم فان فلسفة الحرب هي مسألة هوية قومية وفي النهاية تبقى الامور محكومة للساعة الاخيرة اننا نعيش بافرازات الحرب وهناك نحن الذين نعتبر من نتائج الحرب وان اردنا المزيد من الدلائل على ان وقتنا يتعرج مع ذلك الوقت الذي عاش فيه هتلر والشيرتشل وروزفلت وستالين فما علينا الا النظر الى تاريخ عائلاتنا فالحرب كانت وقتا لزواج سريع وعاطفي بدون توقعات واحلاما تلاشت مع رجال لم يعودوا من الحرب وبسبب الخوف من ان السعادة لن تعود فالكثير منا يعول وجوده الى فضل ابائه واباء ابائه ايام الحرب الذين التقوا بسبب الحرب سيظل الشر موجودا في العالم وهو امر غريزي لدى البشر وان كان هناك فعل اقدم عليه البشر لاجتثاث الشر فهو الحرب على النازية من قبل بريطانيا وامريكا ان فلسفة الحرب تكمن في كونها شبكة معقدة من معتقدات حماية النفس وسياسة القوة ولكن لتطبيق هذه الالعيب وجعل الحقيقة مجردة من السعراض قوة ما قبل الحرب نجد ان الحرب ليست الا نزاعا بين الخير والشر ولن يسلم العالم ابدا من رجال ذوي نزعة شريرة والذين هم اسرى الحقد والانتقام والاضطهاد وهي من اساسيات الغرائز هؤلاء الرجال سيبدأون الحروب ويجرون العذاب والقسوة على الناس ان التاريخ الذي صنعته الملايين من البشر والجنود سيكون الشمعة المضية لنا لنعلم من الشرير والحاقد ونرى من خلاله ايدولوجيات الخير والشر ونتوقع متى ستقوم الحروب ان التاريخ الذي صنعته لنا الملايين من الرجال والنساء يجعل من واجبنا ان لا ننسى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة